اشتركوا في القناة 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 نعرف مين صحابه بصي احنا نقلب بقى ممكن نبدأ بالفيسبوك افتح قوم الفيسبوك اشتركوا في القناة 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 تتبري لوحده والملوخية لوحدها؟ ولا تحب لغواصهم لك على بعض؟ ايه دي؟ ايه؟ الانتص انت تايع الانتص لغواصيهم على بعض؟ عيني؟ مش هتبطل لو ساخد انت فعلي بقى ايه انتص دي؟ دي اللي بتعمل له كل حال بتغسلي هدوم بتطبخلي الطريق دي اللي هوس كير لاو سكير البؤيد الحمضانين دول تطرتش بيهم على حد تاني العلمك بقى ثوب أرض المكس كلها عارف المليطة اللي انت فيها دي وسكتين عليك عشان قاطر شبتك يا نابا وي يا نابا وقايبة لو غصت ايه دام طلع؟ لو غصت اه وطلع في ستيب دا هتجيلك سكتة قلبي الله هيخرب بيتك دا جابة دا جابة ليه قالا؟ دا انه محترم وراجل خور دا راجل ناقص والله راجل ناقص والعلمك بقى؟ بالوقت شاب ابنك عارف انك ناقص وعشان كده ما بيرضاش يبص في خلقتك ومقطعك مش عايزش وفت بدل ما تعلمه بر الوالدين بر الوالدين كنت انت حسن تربيته عشان يبرك انا مربيه احسن تربيه فعلا مربيه احسن تربيه احسن تربيه انت مربيه فيها طبعا لو كان متربي كويس ده ما انت بتقول ما كنت بقى يشتغل في الحاجات المسروقة بني ادم بقول لك ايه لو عايزنا تغدى معاك بنت ايتي تفضل جوة مش عايز يشوفها اهمني؟ ده هي اللي تبخى الطبيخ تبخى الطبيخ مش تبخى الطبيخ تاخد منابها وتتكل على الله ولا انت عليك شوف حاجة تانية انا باوي لا قول لو لك شوف حاجة تانية لانت ضيئة يعني ده انا من جيدك الله يخرب بيتك والعلمك بقى اريدها تخلي الملوخاء لوحدها والجنبال الوحد عشان انا مليش في اللحواصة ماشي؟ ماشي انا باوي؟ ماشي؟ مليش حال ده كده 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 تلوه علي ما يخرب بيتك ماشي انا باش انت المحل ده مش بتاعي مايج دعا بالنسى غوME مضروب ولا فلام ويست 승 بتاعتم مضروش بتاعتم لافلام ويست 승 بتاعتم انت ما مش هبوا الدورة عليها وساعدكم انا اترام عليكم بحل ملو الزفق انا بنا عدم ساعدكم على فكرة ايه الباس دي ايه دي الحادق اسلم ايديك يا انتص انا سايبك ساعة بتقلب في الموجس يا واطي يا واطي انا بحاول الاقي حاجة تدلني على صحابة بتاع المسروق ده دب ما تسيب نقلب معاك لم نفسك انا بوي لم نفسك بدل ملمك علي النعمة ما كنت بخاف من ابوي قد ما بخاف منك قريد تاب يالا لما انا قلتلكم الاولة باشا قلتلكم بتدوروا علي ايه وانا هاسعيدكم سألني هاسعيدكم قول الله هاسعيدكم تاب يا بايزي طيب تاب ايه ده مزل محله خشه تاب احنا مبتوب على وشنا صيني يعني اخيرنا تاب صيني من ابو الستمائة جني انا افتكرت باشا افتكرت احنا فقنا الجنة تاب حتى الناس تغرفت جدا قلتو والتاب ده مين اللي جابه امسا عبو قال لي بتاع انا قلتو انت ابو انت عايز ايه يا صاحب التاب ده قال لي فكلي الباسورد قلتو افكلك الباسورد فكيتو بالفعل والحمد لله عملي نجحت ورح جايلي جاعدة عشاب ورح اتكل على الله ونعمل عزي ما ما اعرف ونعمل عزي ما ما فيه تاب جايلة ماشا ايه لازمتو الفيلم الاجنبي ده ايه 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 اعمشو زينجر طيب يعني بسم الله ما شاء الله دي قودة ضغط المكان و بسم الله ما شاء الله يعني لو كان فيه اي تاب هنا كان قلن اهو انت عارف يا ايه لو انتبتوك دي بعيين هنعمل فيك ايه وانا عارف من ايه ما انتو اللي هتعملوا بس انا ممكن هتوقع هتموتوني احنا مش طايبين قوي كده هتقتلوني يلا يلا ايه هتعملوا ايه هتعملوا ايه هتعملوا ايه هتعملوا ايه دي ملقناش حاجة تمام تمام يا رئيس مستنى دي السلام مع السلام الشيسي نبوي طب روح انتو انا هاجه الساعة دي نبوي بس عيدة مجد السيدة بايه زي فيك حين تسعيدة يا راجل يا راجل دي انتو سدي حتتصدم فيك صدمة عمرها ايه والله حتتصدم فيك صدمة عمرها بكهراما يا انا بكهراما بكهراما ايه يا شحاب ايه 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 يانهار ابوك اسود طب اقف اقفل اقفل انا جاي اقفل انا جاي ايه اقفل ايه موسيقى لا تيجي يا انتو اقفل ايه انتو مين؟ معك اذن نيابة قول! اتصوديش! وراك راجل! انا عيد يا بيدي! انا عيد! الله يخرب بيتك يا شاب! الله يخرب بيتك يا شاب! يالها رسوخي! الشاشة اللي لدي خلاص! تكسرت! هو الكيسة دي! مفيش حاجة سليمة! مفيش حاجة سليمة لما! انا سليمة عمو درويش! الحمد لله! انتو تقرص خالص! الله فباك! تقرص خالص! تفتحش مقت! انت قص الملاوة دي كلها! قلتلك من اول! انا قلتلك من اول! اخر الطريق اللمش! وحش! ما صدقتي ديش! ما سمعتش كلامي اعمل فيك ايه! اعمل فيك دلوقتي! سمعني! سمعني والله عمو درويش! ما شو استعدى بالله كده! اعمل حبش يشوفك كده عمو درويش والله! اقولك اخزمهم المرتبين! مرتبك! 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 مرتبك ايه! مرتبك عشان مرتبك! والله رحمة! شوف انت! انت حلال فيك ابوك! حلال فيك ابوك! اللي ازام معك عمو درويش! كنت قد معاو! سيرهم! شربهم شاي! اللي هو حاجب لكم التاب! كلمني! كلمني! ما جايين دي اختوب اختي! انت ما شفتها مش عمو درويش! وبعدين انا دول لا يمكن يكونوا صاحب العباد! دول لا يمكن يكونوا تبع الدكتورة المحترمة اللي اعنا شوفنا صورتها! دول دخلوا شخرموا المكان زي التران! شخرموا المكان زي التران؟ هي ايه؟ دخلية يعني؟ لعم بقى مش مش دخلية! الدخلية بتشد بعد كده تنفخ! دول دخلوا نفخوا على طول! دفخ على طول؟ طبع ايه دول يعني؟ اعافش! متعرفش! مش نقصك يا دابوي! مش نقصك! تنسل علان! اطلبه تاني! وانا دايماً اما بطلبه! هو يكنسل! اطلبه تاني! لا لا! ما هو يطلبني! اطلبه! حاطر! غير متاع يا حبيب! ايه يا بشو! تمام! تمام يا ريس! يلا رجال! ايه يا بشو! يا بشو! يا بشو! يا بشو! يا بشو! ايه يا بشو! مدرويش! ايه يا بشو! الحمد بالله لاتموشي اغالة! اتنوش سليم! باش! ما اتنوشي بسليم! حسبي الله نعم الوكيل نعم الوكيل دبويا بتتاصل بشكل عاوزة كنت لا عارفني نابو مش حيبطل زن نابو الخير نعم تفضل قول عايز ايه كده دروش كده بعيت المصايب تبهدلني تبهدلوني باتي لجزاء ان انا حزنتك عزومة كويسة عالغادة وضيفتك في بيتي ايه ضيفتك في بيتي وعزمتين عالغادة ايه اللي حصل فيها نابوي بس يا انتص ما تغيطيش ولا كنت هخلي واحد يلبس شعرة من شعرك دا انا كنت دابحته انتص ايه وزفتي ايه ايه اللي حصل يا نابوي تلبغال استرالي قلبوا البيت ودغدغونا كل ده عشان الزفتي اللي كان في ايدك يا انهار اطرام وعملت ايه يا نابوي اديتهم اسمك وتليفونك وعلوانك وبدع ربنا اللهم يصدقوني الله يخرب بيتك الله يخرب بيتك فيه عم درويش الجماعة اللي جولك هنا وقلبوا المكان راحوا لابوك يدوروا عالتاب احيه ده بتاع كده مرسود مرسود يعني يا علم مرسود يعني فيه جهاز تاني بيتابقوا وبيعرف مكانه على الخريطة البتاع ده لازم يتقفل ونقط من هنا كنتم روح فيني يعني في اي ده اي حتة انت ما شفتوه مش انا شفتوه كلهم دلوحوشة عم درويش بفوق اممهم رفع كيسة بصبعه رفع الكيسة بصبعه اه بصبعه انت بتعمل اي عم درويش بقفل على الحتاب اللي ضو ولا حيبقى موت وخلاق ديار انت بانجز انجز عم درويش انجز عم درويش الخراب وصل لحد ايه انجز عم درويش انهضتين نوت نوت يال واحفل اشها كده تمنع انشاموا ها ونجو بصورة انا عايش بير ايه ورا كنتم ده بوش في مي من عند بتاعفك ايهاني بصورة انا عم درويش عشوه ما تخافش عم درويش عشوه عشوه عهه عشوه لا عليك يا عم درويش. جبتان بلين دي دي تسليكة رفع لابرة. كل لابرة وليه خرب. يلا خريش شوي. اطلع اطلع اطلع. اطلع. انا بطلع اهو. السادة. من المالي طاية. تسيلي حاجة مشوقة ليه. فلوس يا عم درويش. نجمان. نجمان. خش وراه خش وراه يمين? عدي. عدي 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 عدي. اسحب. من لسه ورنا بر? اسحب. السارة. الملي حراه. وردش. سليمان. وردش. وراء ما تتبوش خليك وراء موسيقى 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 السراك عم ببرويشة عزبناهم المهم دلوقت هنعمل ايه بقى بعد المطاردة الجامدة دي؟ راهين نجلاب البلاوي موسيقى حيواني جسمه ايه سده يلاقيه فيه لتاكيد عارف لانا اعرف ان هو بيعوف دروك ده فبوير دروك فبوير؟ اه ياله على ابو ايه ايه ناس ابو ايه ابوت واعرف انتو تتلموا على الاماكن السبالة دي سيها ولا شهاد انا انت متعلم انا او معاك معاك دبلون حاسب قالي الله يخرب بيتك دبلون حاسب قالي اه دبلون حاسب قالي متعلم ايه خدت جايزة ايه انا عم درويش واضح ان فكرتك عن التعليم بازه خالص عم درويش ده اسمه اه ده بوب من منظر ده عزه ايه اطلع سيدالي الحمدلله انا انا مطلعتش تجر مخدرات كدير النظيف النظيف لنفسه ومنجواه مالهاش دعوة بقى ابوك بيعوك ايه امك بتغسل فين مالهاش دعوة انت لمحسسني ان انت خارج مدرس رهبات عن الدرويش يعني انت متشاقتش زمان مفيش حد متشاقاش يابني النظيف بيتشاقة والسوي بيتشاقة بس هي شعرة لو شليت عانها وتقطعت هتفضل سوي طول عمرك السلام على الحاكم عم درويش لانت شكلك الشاق الجامد قبل ما تيجي الماكس قال انت صعيح انت منين اصلا عم درويش بس انا وعت عليك لقيتك في وسطين يعني بس انا سألت ابوي قال لي ان عم درويش مش من حتة اصلا كنت في الدنيا انا في الدنيا فينة على الخريطة انت حتسيشني انا ما تشوف الزفت ده فين عشان نخلص من المصيبة اللي معنا دي مش معاك نمرتو فاتكلمو محايا نمرتع مدرويش بس لك هتنفذ رصيدكم لفذ رصيدكم ده انت مبتكلمش هابوك يا معافني ايه ده ايه ده فيه يا عم درويش يزهر المباهي اللي بتاعي وقع مني وحلب ندري ايه ده يا فاداك عم درويش يعني هكونزا اللي راح دلوقتي الواد هيسا من عافن هيجي ونستلقتلك منه حتة اس فايف اس فايف خمسين جنة في النظامة على بيسة اقولك ايه هو النهاردة الواد هيسا ده حيبان ولا في البرتمان هو لو عوع عن ساعة كمان يبقى نط في البرتمان انا ما ظن يعني انه قبل كده حيبان امان هوتنه هلاوة عالكوستبان اللي راعيني هلاوة عالكوستبان وطالف البرتمان تتكلموا بالقافية سياع يعني شوف عم شوف عم شوف عم شوف عم شوف عم يا انا ourselves خ Langعام خافت خالص اهو شوف كفت خالص بعدين تطفح ميت ما تلعش ماشي عم درويش عم يدينو الامام ماشي انا مش همد ايدي عليك مع انك تستغل تقطيع اشدارك فاهم؟ قولي بقى البتاع ده سرقته النيه انا البتاع ده ما يخصنيش ولا عمر مرة شفته ولا عمر شفته قولي مال يعني ماجر عم درويش وانا مال انا مش انت مديلو الامان نلطقه ماشي ماشي احاكيت له هلا كل حاجة انت بتتغابة انا جاي تتغابة انا انت سرقته من انا اسو اما انا سرقت حاجات كتيرة ومش فاكرة سوال انا عم ده هنفكر هنفكر ماتفت تاكر ايش خاضر خاضر انا شاقته من العربية اللي كانت في البنزيلة اللي قبل البابات شوف ايه وحيات امك شوف وحيات امك شوف وحيات امك اني حاسيبك اللي لدي اللي نبدلينينا ع السكة اللي برجعو بيها المصيبة جي لصحابها وإلى وعهد الله شوفوا عهد الله عبر ويل عبر ويل مص كده مص عن ايه وقد أعلنت وزيرة الصحة الدكتورة نادي أبو العزبي في المؤتمر الصحفي أن خطة الوزارة في المرحلة القادمة تتضمن افتتاح العديد من المراكز أحيم دي طلعت وزيرتي الصحة وزيرة أحيم وأنا ما هيع الأساسين ما هيع النى وزيرة وزيرة أحيم 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 احنا نعمل ايه وزيلة بس تتعرف هلا شهد اكيد الجهاز ده بليان بلاوي بلاوي عشان الناس دي كلها تتسعر عليه طب احنا نعملوا ايه دلوعد نروح نرجعوا الجهاز دلوعد فينسا ولا بقى ندوروا ع البلطجاه ونرجحوا لهم ولا قولك احنا نروح نودي في الداخلية وهم هتصرفوا براحتهم لا داخلية لا انا مروحش الداخلية برجلية ليه عم درويش؟ اه اتلك كولي على اي حاجة وانا رجل كبير يا شاب انا مش حملة بهدالة خلاص عم درويش عنا نرمل بتاع ده في ايه ده اقولك نرمو البحر يا صلاة يا جمالي يا حلوتو بركة فبك يا حبيبي الدوم اسمي وعنواني ورقم التليفون واكيد عارفوا الطريق لينا واكيد مش هيسبونا في حالنا ابدا الله انت بس الداخل في الشنة اللي عم درويش طب احنا نعملو ايه دلوقت او دلوقتي ما فيش جنحل واحد بس دلوقتي احنا الجهاز ده عارفينه بتاع مين او صح؟ صح نروح نرجع لصاحبك دي وزيرة بقى وزيرة يعني حتقاملنا كل يبقى تمام لما تعرف ان احنا ناس جدعان وناس امنة وجايبين لها الحاجة بتاعتها الحد عندها في الوزارة فيش حل غير كده فيش حل غير كده عدوح اللي وزيرة؟ في الوزارة جاتك جاية قد دلت دراعي بدونتك عليه طلق عمرك هنالعنا عم درويش المهم احنا هنركبه الحد ووزارة احنا هنطلع الاول عالدوقي ان غيروا رقنا بشقتين فول كده فيهم الشفة شقتين فول ايه بس عم درويش بتخلينا عدو مش قولنا الاول عايزين نروح في ايه يلا عدوق يلا 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 مرقاك بقى شوية فول عجب عجب يعني مش قوي الفول انا هاشفة وطحينها اخدر عقيتها اما ده احمد برقب طب ماشي انجع يا عم اخد يا عم فولك بس بس احمد يا رويش ايه قلتو ما ما قلتوك مش حاكل انا احلوم يا رقب مرقب وصلا مرقوا تباع وطو تباعي ايه واحفين اعم درويش تجاكه يا رقبش مهندس اهلون تجاكه عم درويش عاش من شافك تعيش يا حبيب البارك انت ايه كولو تمام الحمد للله ايه اتطلع لشتركا عندنا drugi لا أنا كنت ماشي جنبك كده لمحتك قلتك أسلم فيكي الخير ولا يا راجلة طيب فيكي الخير طيب مش محتاج أي حاجة للسايبر لا إن شاء الله للسايبر هي بقى محتاج حاجات كتير قوي الفترة اللي جايه وإن شاء الله طبعاً عاي يعني يعني كل الخير ماشا يا عمدرويش بس إحنا اتطورنا قوي هم إن شاء الله يعني تابلت وحركات لا دا مش بتاعي دا أمانة وحرضة لصحابي ماشا عمدرويش مهمة لما تحتاج أي حاجة للسايبر شيل من دماغك موضوعي الفلوسي هم مكانك دا العاشة يا حبيبي بخير دا العاشة مكانك عمدرويش ماد حزنة 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 هاا ماد ايه بقولك مين والراجل اللي انت تبسلانا وروعت وقفت معانا ايه سيتك انت يعني ايه سيتك انت دا الباشبان دستار انه يمشي له من دا برامج الحماية بتاعت السايبر فهمت لا بنتفاور اه عمدرويش طب إحنا في ايه ولا في ايه لما نخلص المصيبة اللي احنا معنا الاول دي وبعتنا نسلم عمنا عارف بق كالت روح لسه لسه؟ مم ده بالحمد لله يال الحمد لله يالله الحمد لله يالله الحمد لله يالله 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 دي وزارة الفيحة بش قالت بشيك طب ايه مش هاتيكي معايا ولا ايه اجي معاك ليه انا مشتموح قابل وزارة يعني خالت من ايه هلا ما تيجي معايا اجي معاك ليه عم درويج بسلملي عليها انت خل بقىك من نفسك وانت بقى لو قارتكي سليمة بقعد على انا اعود فاستنك في ايه واحوة لا لا الا الله الحمد لله بقية النزلة دي انت ما سبتش حاجة من ابوك روح روح ايه يه ايه انا فيين حضرت؟ اهه عنزي قابل معايا الوزيري تي كل يا بابا اعمى المعروف بس اه انا معايا امانة تخص الوزيري عني نعم زم بقولك يعني معايا امانة تخص الوزيري وهاي بقى هي الاامانة دي ان شاء الله وانا لما اديها الامانه علي احكي لها الحكايا ده على الاساس ان معالي الوزيرة عاني فاضية تسمح حكايا تعلي يا معاني الوسيلة يا معاني الوسيلة يا دكتورة يا دكتورة وقف رجع بقى شوية بس خش زوم بس فهو ده راجع ده أنا عايزه صحيح وزيلة وزيلة أنا مربي أحسن تحبين لو كان متربط كل الزمان تبتون ما كمس بقى يشتغل في الحاجات المسروقة يا بني آدم بني اتابي أنا طب أنا قلت لكم الأولى بس قلت لكم اتدوروا على ايه وانا هاسعبك وسألوا جماعة اللي جولك هنا وقلبوا المكان راحوا لابوك يدوروا على التاب أحيان ده البتاع كده مرسول الحاجة ده مش هتعدين عن مدرويس مش هتعدين مش هتعدين مش هتعدين مش هتعدين عدت عدت كنت ماشي جبك كده لمحتك قلتك أسلم فيك الخير ولا يا راجعة طيب فيك الخير يا معاني الوزيرة يا معاني الوزيرة اتقار كنت مكتب mús لي súperüler اني ااراااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااWow ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر حول مقر نانسي قنقر نانسي قنقر واضح نانسي قنقر 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 نحنقر نانسي قنقر نانسي قنقر مع ألف سلام نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نحنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نحنقر 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 صورة نحنقر 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 أنا نحنقر ده نحنقر 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 بسم الله نحنقر 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 قلت نحنقر 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 طبعا نحنقر 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 شكرا 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 او C ما اوه ما اوه يا الله يا خايبي يا بيالك عربي س cotton annie واحدة اصنألك إذا رأيت Kick ديودители دا ميني تا اسكندرية قولك انا دلوقتي بيت منكو خلاص لازم تحموني طب اقفل انت دلوقتي وانا هتكلمك كمان شوية نعمل يا باشا لازم نحميه تمام ساعتك مفيش ولا فايل ولا وورد بالاسم دا تحتى البيدي اف مش عايز يفتح مش معنى انا الفايل دا اللي ما بيفتحش وبيتي الفايلات بالتفتح عشان عليه باسورد يبقى اكيد يبقى اكيد الفايل دا هو هو اللي مهمة او يعني غالبا اه لانها لانها افتكرته في عايز تعبها بعدين يعني ايه عين العفريد يعني يوصدوا بي ايه بالزبط يعني عين العفريد انت عارف انت عارف احنا لو نقدر نفتح دا اقولك ايه انا في ايه معنىش نكمل بكرة وبعدين هنعمل ايه في اللي احنا وصنره دا دا اللي مش هنعمل ايه باجل ايه ناجد عينه روح حاجة علينا وبعدين طب احنا دولات هنعمل ايه في اللي احنا وصنره دا هنكمل بكرة ان شاء الله انت فكر انت فكر بس انت تعالجة بس انت خرجي من مطرح مدخنة انت هتعمل ايه لان ايه ما هتصرف ايه اوه هتبع الشيه من فاضلك لو سمح الحساب من فاضلك مادام نحلة خارجت بحراء باش يعني ايه الوحدة فرق الراجل اللي كان معاه تدخل دلوقتي حالي للفندوق تيه اللي بالدنيا عليه ما تخرجش اللي بيه انزل بسرعة يعني ايه نعم يعني ايه ربما تعال لي الوحدة حاليا يعني ايه فين قال هولا الزفت اللي اسمه مهربة تحتروسيكلي ده ايه دع حازم انا بعدت عزف على هناك وقلت له رأي بالمكان على الله بس رجل تجيبه على هناك الكال كان في ايدينا هو فعلا كان في ايدينا كان في ايدينا من اول مرة قبل فيه نهلة كان شازم نسيبه جرية ده انت هتعرفني شغلي ولا ايه انا مقصدش متقصد ولا متقصدش قلتلك قبل كده ان انا مش هيفعد حرك وراه طول ما نهلة معاه دي مراضي مش عرضها للخطر حازم انت عارف كويس قوي ان الوعية الشغلي دي بتتحكم بكلمة من تحت الترابيسة الكلمة دي لو اتلع فيها مفيش عقدة هيصلاحها خلصنا يا عقدة انا عارف انا بعمل ايه كويس مفيش باب تتكلم هنا يا باوي تتكلم بخل النهار يعادي بلا مليلي يدخل علينا وساعتها مش هيحصد كويس يا باب اتعرفاني بي انا عصر البيزة بي علي انها ممخص حاجة عن زفت الطيب دي ابي لا 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 موضوع كويس قريينجا لا ها يلقوش من موضوع يلقو ها ها وشرف جنابك انا ممتع وانا وشرف جناب انا خذيك بكلمة ايضا يخرف يا عبا يقول المولادكم مين ها ليكم اقارات فين في مصر تتواصلوا ازاي مع بعض وتتواصلوا ازاي مع التنظيم برا مصر تنظيم؟ احياء الحمد تنظيم يخرف بيطك يا دابا وي اشهاب انا محتاج اعرف كل حاجة طب يا شهاب انا روحت اللي عندي لأن لو في حاجة ان انا خبيها ليه لا مش تخبيها ممكن تكون نسيت مثلا صح موبي اشهاب مش هده مسكفيل طب والنعمة دي ورابطنا تصعجلش بالحلفان كماش انا حكيتلك على كل اللي حصل من ساعة متاب المصيبة ده واع في ورعتنا لحد ما سمت عم درويش في مصر عاوزوا بندي ايه تاني عاوزك بعد حاول تفتكر من ساعة مصر بتاع مدرويش في مصر ما حصلش حين غير ان انا هربت شوية من الحتة لحد ما اللبى الشهده ودلنا تروح متأكد؟ متأكد ام المين خليفة منصورة بودونيا اللي نحاولتوه خلص شوية يولف جنيه من مكتب بليل الماكس يوم من حد ساعة ثمانية وثلاثة بالليل يا شعب بستو كوموتر دوت ولا شترك النقد ها؟ ها؟ انت عرفتوها ازاي دي؟ عرفناها كده هنعمل ايه بقى؟ اكل عشنا اخذ يارا اه يا باشا خليفة بودونيا الساكن هنا تقصد خليفة تاتش يا محترم تاتش اخلص فين هو؟ انتو مباحس يا باشا اخلص يلا بص يا باشا انت عتمشي كده على طول وهتخش اول يمين هتلاقي بيت على يدك اليمين هتطلع الدول التاني هتلاقي الشقال على الشمال اطلع شرفت يا باشا شرفت اللهم استردنا فوق الارض واتحش يا باشا الله يبارك فيك يا حبيبي الحمد لله حد ايه؟ واحنا لسه حصل لرمضان لا ما الست عفاف طلعت عمرا ولما الست عفاف تطلع عمرا يبا خليفة حد اما انك رزل صحيح ما تصفي قلبك وبارك وخلاص ايه حرفت بجلدك يا عمنا؟ الى امن الوطني بيسأل عليك وانا دلتهم عالبيت يا فرحة همك بيه؟ دلتهم عالبيت؟ ماذا لو كانوا مباحث كنت تويتهم انما دول امن وطني انا سألتهم انتوا مباحث يا باشا هل اخرس ياه؟ هارفت انهم امن وطني على طول عشان كده جيت اقول لك يا باشا الناس دي ما يدفعش يتافن معهم السليمة باشا باشا فضل يا باشا عمين شورت باشا طيب وهو ما بلغش يبيقط على المخد منك نمر الترويش واشعت منك التقليفة دي شوية اشهاد وعزت وجلال الله ما واشعت لانها مش تقليفة اساسا طب رحمت امي وغلوتها وهي عايشة اللي حكيتولك حصل بالملة حتى انا واباعدنا نقول له عيبة خدر مايصحش يا خدر دي مش وصولة خدر هددنا بيه هددنا ان هو يلبسنا قضية حشيش حسا لا باشا مستعدة قبل ساعاتك الحشيش لو مش مصدقني بس ابعت معي حد عشان ما تمساكش في السك طب افرد يا سيدي ان انا صدقتك انت عايز تقنيعني عن ان انت ها اخر مرة اكلمتي فيها درويش ولتلقى في الخط ورميه مساعدتها ما اكلمتوش تاني وانا هعرف المراتو الجديدة ازاي اختراحها عود اجرب ارقام لحد ما تلعلي عن مدرويش بالصدفة لا اشاب بس ممكن يكون هو اللي كلمت ما تستنصحش علي والنعمة وربنا ما حاصر حتى موبايل معاك اه باشا مفتش في زي ما تحب اعزق kalo مشي حماك فين هايكون فين عام درويش اكيد بيفجر الحمام فوق خيئ فجر حمام اللسا وصل بيته لف اجازين سمان طالع لو احبا ما اراضش ايال الي بحصل الفوق هاتعامل اوامرك فخص درويش وصل يا فاهم بيه اي ومتأكل حاضر مش هتحرك غير لما تيب وصلوا لك ازاي؟ وانا كنت اعرف من هنا درويش انه يدوب بلغت فراره و جيتها على هنا على طول طب جيت على هنا ليه؟ ليه؟ ما انكدت اروح فيه؟ فاي ده يا اخي تيجي عند هنا بزوره ما اطروا قعب عليك وانا مدرب سباحة مدرب سباحة؟ احنا لازم نسيب المكان ده دلوقت حالا احنا كده محبوسين زي الفراق الشامرت في قفص الفرارجي دلوقت حالا لازم نسيب المكان ماشي؟ يعم اهم حاجة نجيب التاب هفهم؟ شد شوية شد شوية اسرع من كده لخ البيتك يا خليفة يا شيخ بتعمل انتو روحنا عندك اخلاصي مدور على بامبرز نزار بامبرز ايه؟ هو لسه بيعمل هات بامبرز هنبقى نشتريه له يلا 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 يا عام يلا ها يلا تاخده المركين من البلك قالا عم بداوش بايجد 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 ماشينا اقصر اجرو اشتركوا في القناة 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 هم اشتركوا في القناة 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 اشتركوا بقريتهم بك المحاول هذا إذن حياتك بس حرود داع التليفون ورجع لحياتك على طول تصدى لي بنتي قالوا الدنيا تقلبت علي يا أستاذة طوب الأرض هاج علي ما خلصتش منهم غير الشديد القوي مين؟ البوليس؟ مش عارب بالزبط هو ما خل ما أفزها أنا صحيح مش حضرتك قلتلي إن التاب دا بقى آمان بعد ما حضرتك عني ما خل ما أفزها شلت منه الشريحة أيها طبعا أيها طبعا مال وصله لي إزاي يعني؟ تفتكري يكون في حد اللي اللوم علي توصد مين يا درويش؟ الله أعلم بقى الله أعلم طب وإنت هتروح فين دلوقتي؟ هتصرف عندك مكان تروحه؟ لسه فاضل لحد دا ما تجرى حدش أمان؟ لو كان لسه زي ما أنا عارفه يبقى المكان الوحيد اللي ممكن يكون أمان طب هتكلمني أمتى؟ ما عرفش درويش؟ هو أنت شكك فيها؟ بعد ما اعرفش؟ بردو مارفش اللي احسر المه تياميش؟ ايه؟ ايه؟ مش فاكرني ولا ايه؟ حد برضو يقدر ينسى السجانة ع شوقي بيه؟ بس انا بقى اللي مستقرب له يعني ان حضرتك لسه فاكرني لحد دلوقتي اذا كان السجين مقدرش ينسى سجانه تفتكر ما امور السجن حينسى مجرم حربا منه بس يظهر انه ساعتك بتعزيني شوية ولا يا حضرة المعمور ولا اقوله ساعتك ساعت اللي هو ما هو ما اكيد ساعتك برضو قبل المعاشق قدت اللي هو كان ممكن اخدها قبل كدب كتير لما كنت شاربت مني وانت كان ممكن تعيش اكتر لو انت فضلت مداري لكن انت يظهر خمرتك خلصت فغيرت النشاط بقيت ارهاب كبير امال الارهاب دلوقتي بيكسب أكثر مش كده ولا ايه درويش تعتك عارف ومتأكد ان انا مش درويش ومتأكد كمان انك جيت في مكان يخصه واحد تاني انت انت اللي اخترت تبقى درويش اللي هرب مني زمان كان درويش واللي حيرجع السجن وحتتلاب اللي مش نقى حوالين رقابته هو برضو درويش يعني الدخلية وصلت له ابنك لا باشا لا لا مش دخلية خالص بس شوقت عائل ولاد حرام عارفين شغلون كويس دخلين على الرجل زينا بالزبط مين بايتو؟ لحد الوقت ما عرفش يا باشا بس اكيد هه عرفلك بس انا لسه تحت قيد ان امرت مهر الدغش وامكلمة تليفون واحدة للوقت بتاع الاتصالات هيقدر يقول لي هو فين وهجيبولك من رقابته احمد ربنا ان رقابتك انت لسه في اكتافك ما دل في حد تاني يبقى لازم نهدى لحد ما نعرف ايه اللي بيحصل بالزبط جمع بساعتك انت عترضة بص في التقريب تاع الوعيد الامين الشرطة ده للصف ما قالك يا ابني طلق ناري على الرأس ما فيش اثر للمقاومة يعني امين شرطة متسبت في خرابه من واحد مرفع بمصدس من مسافة قريبة جدا ايه ما كانش حتى قادر يدافع عن نفسه عادي اه تلاقي يعني عشان مسك طار في خط بتاع واحد ارهابي ايه تبقى ايه منظمة ولا حاجة تنظيم ايه بس يعني انا عارف انا عارف يا اشرف ايه تبقى ايه جهة زفت اجنبية ولا حاجة كل ده عشان بيحاولوا يحموا واحد ارهابي هربان بقالوا عشرين سنة وحاول يقتال وزيرها دا لو كان يمير متاعه ما كان هوش هعمله فيه كده انا تعقت دي حاس ان أماغ هتنفجر مالو شغول ممطاب دينازال كله واخر دلع واي سيار ولكم مدقية جابت واما كان تتغمق قوى عاوي كان بتبقى درشو ونرشو وجيهان ١٨ ما ستقول ايه دا؟ ايه دا؟ ايه دا؟ طب عليك هتديه مرا واحدش مش عارة يا رجل مش عارة، طب يلا قوم، قوم امه على فين؟ امي يا عم هالريحش ايوان نعمل رستارت وبعديني بنرجع نفكر الاضيه دي ونركبها تاني باسترفع ها؟ اقول حقيقة بريت اه يا عمك انا عايز ارتع انا بني ايدم على فكرة بريت وبعديني انت محشتكش البيت ومه بحشن السرير بحشن السرير ايه شب ايه دا؟ مراحبا جدا ليه؟ اه يا عم كريم يا رجل انا عديك اجازة مازل ايه دا؟ يالله، يالله مش مصدق نفسك انا تجايلي بعد وكل العمر دا كله عشان تكرر كلام خيبان بقى لك عشرين سنة بتقول وعيذني اصدقك معقولة دا مش كلام خيبانة شوق باشا دي الحقيقة والله دي الحقيقة الحقيقة اللي لو سعدتك ولا حد من اللي كان بيحقق ومعه بصدقها ما كانش بقى دا حالي يا باشا انا قصتي بتبدأ وتنتهي عند زهيل الملاحة زهيل الملاحة زهيل الملاحة يا باشا زهيل الملاحة يا باشا هو اللي غدر بنا كلنا واخد كل حاجة زهيل الملاحة هو اللي ضرب النار من سلاحه على الناس كلها بس ربينا بقى سبحانه وتعالى مد في عمري ما عرفش اذا كان دا حظي كويس والله حظي نحس ما انا اللي شدت الليلة تشيلت تمن اللي انت عملته ولما تقلت الشيلة حضرتك حبت باسم تاني وكان متهيالك ان دا حينجدك بقية حياتك شكا مدينة بايد قدام ساعاتك او مش بس بدفع تمن غلطتي هروب على طول ما بايد عن ابني غريب غريب انا وسط الناس مسجون شايل على راسي تاريخ اسود لواحد معرفوش واحد اسمه درويش عبدربه الكتيان وموروط على حسه في جرايم مرتك ابتهاش حيات النبي محمد ما تعيش ليش في دور الطحية قوي كده تعقرم تعارف ورجلك لو ما كانتش جاد في القضية دي كانت حتيجي في قضية تاني ساعات الباشا انا عارف اني مش ضحايت ساعاتك كمان يعني انت شملات انت كممكن ساعاتك تقول وانا وانا وقت ما هربت منك باسم درويش ان ساعاتك تقول الحقيقة اه تقول ان درويش مات في السجن وان اللي هارب منك مسجون تاني بس انت بقى ساعاتك خفتك لانهم بدل مكانه بدل مكانه حيحاسبوك مرة حيحاسبوك مرتين مرة عالمسجون اللي هارب منك ومرة عالتزوير اللي حصل في اسجلاتك صح؟ تصدقنا للأسف ممكن تكون دي الغلطة الوحيدة اللي عشته عمري كله نادما عليها مكانش لازم اخاف لابدا على يسبي واول على كل حاجة مكان خلاص خلاص هي جات الفرصة اعرف ان انا صلح خلطتي هو العمر اللي بقى فيه لسة تفيرة باشية عشان تصلح غلط بغلط وانت عارف انه غلط غلط يا حبيبي حيتصلح لما يتم الابطع عليك ويشرب امي حتغرب مني زي المرة اني فاتت ابدا ما اعرف انا ما هربتش من السجن يا شاوي باشي انا هربت من الموت اللي ساعتك ما قدرتش تحميني منه وانا جوا سجنك اختاز لعمل يعني بعد ما زوير بعتلي ناس عشان تصفيني جوا السجن برضو حيقولي سهير تاني سهير ده كتبة كتبة انت اخترعتها بخيالك انا انا حسدها ملا حضرها ملا حضرها مكمل معدامة الوش يا شاوي بيه يا شاوي بيه ارحمني حرام عليك زوير مش واحد زوير اهو زوير اهو 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 زوير اهو بسوي تحت درعزي غير اليمين وانا اهو كتفي جنب كتفه يا ريتو يا ريتو كانت قطع قبل ما يلمسه امان انت كنت تفاهم ايه؟ كنت تفاهم ان انا حجلك لوحدي يا بادوين اهو اقفل لي الشارع مش عايز باني عدم يخرج طلعين عند مين يا باشا؟ مفيش حد ساكن فوق اقفل جوع يا بدي وقت للبعب باشا باشا ايه؟ انت كويس؟ لا 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 تمام تمام تا 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 تمام يا عصم بسلتك الحاوى اللي ما هيه رفين ايه ايه رفين يعني حيكون رفين طلعا السطوح ورعا السطوح ورعا السطوح تلك مع الباشا مغدا طلعا السطوح هاد جابت عيه وشاكل عدي خرج من عدك؟ ما عديش خرج وندخل في عدك يبقى لسه موجود هنا مش شاطه المنطقة بيت بيت لحد ما تلاقوه مالوش أصر يعني ايه مالوش أصر بكب جناحات وطر صدر عصام يا عصام يا حبيبي يا عصام لم تضر لم تضر الله يغليك عشان الموضوع مكبرش أكثر من كده فاهم ما احترام اللي ما عليك انا قلت لك ما تبيتش هنا لوحدة ما فاكهلك ايه يا عصام انت هترفعني يا صدك واللي العكاية مش فهمها خالي 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 رب جنا يسطر يا فاقيد هما كانوا طلعين عندي مين هو احنا فيه فوقين غشقة واحدة رب جنا يسطر اجمع القوة يا ابني وحصلني ويسيب لي اتنين تلاتة مخبرين في الشارع انا مش قادر افهم انا اتنين تلاتة مخبرين اللي انت هتسيبهم من دول ممكن ان هما يعملوا ايه انت متخيل اني بعد كابسة زي دي حيرجع اتنين يفهمها بقى عيد تايا حكايتك يا اخي اتنين عيوة يا علي طب احنا هنجيبه زي دلوقتي ما تقلقش زي ما جيبته مرة وحياكت امه احكي بو مرة تنين احكي بو مرة تنين انت منيفها اشعارате هى اشعار اعنى رد اشعار أمفق؟ بص على الصورة دي كده؟ ده هو؟ اللي جنبه بقى ما بشبهش عليه؟ أنا أحاسس إن أنا شوفته قبل كده ده من الشبه أم جديد دي برجل أعمالي آه صحيح ده جبت الصورة دي من إيه؟ هو اللي اده هانك ده اتكلمته؟ لا لا هو حاول اتنعني إن كان له شريك في الحادثة القديمة اسمه زهير هو اللي ورطه شيء اللي قاله اللي هو ده؟ لا ده زه؟ أخف اللحظة أنا فكرت فيها تزاي اللي انت بتقول قده؟ غفلني وضربني ويرب آه والله كبرت يا فؤاد عارف أنت أنا فكر سيبتك كده وأنت يمكن يجي عندك عشر سنين كنت طول كده عشان كده ما عرفتنيش إنما عمري منسيتك أنا عم الفضل أبوي الله يرحمه كان دايما حسنك ترجع في الم الأيام عشان كده كان بيحوش لك جار الشقة بتاعتنا أول باول ووصني قبل ما يموت إن أنا كمل تحويش لحد ما أنت ترجعه تحويش إيه وفلوسي يا ابني الله أرحمك يا صالح الله أرحمه أرحمك تعرف أنت يا فؤاد أبوك ده كان الرجل الوحيد اللي يبص في عيني يعرف أنا مخبه إيه وإيه ما نصحني يا فؤاد يا ابني يقول لي بايد عن السكة اللي أنت فيها دي يا فضل أريدني سمعت كلامه هي الحكومة كانت هنا عشان عشان إيه ما تأخذنيش يعني عمي فضل أنت حتى لسه قايل إن السكة اللي أنت كنت ماشي فيها زمان لا 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 شغلش نفسك أنت بالحكاة دي لا لا ده كان موضوع عديم كده وعدة تقلقش نفسك أنت بالموضوع دي خالص عموماً هما هما مش حينطنا هنا تاني خلاص وأنا كمان أنا كمان مش نوعود هنا كتير يعني مش القصد والله عمي فضل كل حكاية بس أن أنا عايز أتطمن عليك يلا أنا هسيبك ترتاح ونكمل كلامنا بعدين أنت بتمريش بأي حاجة أجبها لك أنا مش عايز منك حاجة غير الوانس أنت أنت أحد لوحدك أفقد لا عمي فضل ما اتجوزنا بقى ولي كان كان ما شاء الله ألف مبروك الله يبارك فيك ده حتى كمان ربنا كرمني بزيده يوسف ما شاء الله ربنا خليه أبنك أفقد ربنا خليك لينا أنت عمي فضل خليه يلا سلام عليكم سلامة حبيب الله أرحمك أصالح ده مش هو لده خليه وانت اللي عرفك هو إيه اللي عرفنا جراء أدم في إيه انت يا أبني مش كنت في يوم اليوم واحد منهم مش فاهم أصدق إيه أفاهم أصدق الروسازة اللي لقوها ما طلعتش ميلي ده غيرين كلام منصور كله كده على بعضه مش عمال ده خليه ومالها كون عمال مين؟ ما أنا أعرف بس ما هم دلوقتي تشوف لنا حد مرحبابنا في الوزارة ولا في المدارية خليه أسلنا كلا من تحت التحدي أقولك إيه؟ ما يكونش الناس اللي عايزين التاب صبرهم من يفقد خلاص وانه ويين يبعونا ويشتغلوا مع حد غيرنا وارد جدا طبعا الناس دي سلوه ما بيصبروش يا بقى خلاص إحنا لازم نعرف تبدع لي إيه؟ لا يا ده ملاش فيه الده لييجي ويتسلم وبس يعني هو يا فؤادي يعني قاعد فوق دلوقتي أيوة يا مربو طب وانت زي يا فؤادي هتسيب واحد زي دوت الحكومة بتجرى ورد سجون وقاعد مالة في نفس البيت بيتي يا امو بيت أولا ده بيت وحي اللي أضيف عنده ثانيا هو أحكاية قديمة وقال إنه هو الزلم فيه اتظلم؟ عشان كده بقى الحكومة مخدتوش ولا يكونش استخبق منهم تحت السرير وانا عرف منين يعني مانا كنت معاكي لا انت هتسيب واحد معنا في البيت يعني بقولك دلوقتي سلو انت مش خايفة على نفسك خافة على الأيال خافة علي لا وكمان تطلعت ضيفه بشي وسكر يوه مروع عدي الليلة دي على خير وبكرة بأحلاق ألف حلاق ولا ما تعديش يا فؤاد كريم؟ كريم؟ إسحا كريم؟ أشرف مستني كبر أشرف مين؟ أشرف زميلك ما لنتك كتير أبقى؟ لا ما كملتش روبا يا ساعة يلا أصحى بقى اللي جامعة رائحة أم الفصلها من بقى هوري ستاعت اللي انت عايزنا نعمله ارغي على فاكرة نحاول تفصل زيك انا كمان *** وأقولت تقول ما تهدي دهر للقضية ديت خلاص هتتبقت عني كلييتها بتخبط على دماغي من ثاني رجعت ازان على دماغك وخبطت على دماغي خبطت قايت لك إيه بقى قايت لأن إحنا تسرعنا يا كريم تسرعنا لما تعملنا معدرويش على إنه هو ست سهل صورة متهم وبحث جنائي وخلاص نا لسه أنت إش زباط بقى على فكرة مش جاء عظر لو عبد بقى أنت كما يديني دروزها يا أبوك ما كان يديني زمان عادي كل ده عشان بقول لك نضبط الشغل نضبطها إزاي بقى نشتغل على المستجدات بص أنا أحكي لك اللي إحنا وصلنا له من ساعة ما ودقنا الست دي الترفوه بتاعة سرق وفي نفس الوقت التاب اللي بتاعة سرق من بنتها واللي سرق الأولان كان عايز يوصل للتاني ده عشان التاب اللي بيشيل معلوماته في هيلات أكتب كتير التاب اللي ده هو توصل لعم درويش وعلى كلان الواد اللي اسمه شاب أنه في ناس جمع عندهم من المحل وكسروا الدنيا عشان يوصلوا التاب ده هو عمل لي بقى درويش فكر أنه ياخد التاب ويرجعه تاني للست أم إيه؟ درويش رجل المصدون ده بقى اللي انت جاية تقولوه لي صاني يا كارين أنا وانت عندنا معلومتين وواصقين فيهم كويس جداً عند درويش لأن الرجل ده مش عايز يقتل الوزيرة وده يلي على كده إنه عالي في خش المستشفى ووقف معاها كتير ولو رجعت بقى الشريط معايا هتلاقيه كمسك في يده جهاز الجهاز ده غالباً هو التابلت اللي بندور عليه ثانياً بقى وده الأهم نهلة بنت الوزيرة نفسها أكتر واحدة في الدنيا يهمها تعرف مين يعمل كده في أمه ومع ذلك قبل تدرويش مرة أو مرتين على الأهم ولغاية دلوقتي بيتها يقري على التلاصل معايا لما لو شغل معنا واحد إنه الرجل ده قدر يقنحها الدليل مهم جداً إنه موليش أي يد في الموضوع صح تقولوه كرامك ده مع ظهور درويش ليه مجيش حكا عالكلام ده مبلغ يا سلام عشان مضطر انت لسه هو متهم بإيه ولا إيه؟ كان متهم باغتيار رئيس جمهورية وكان في دلوقتي وليل جداً حكم انزل من عليه انت ما لو ما كانوا ترجع تاني عشان تلبس الحكم القديم؟ وانا عشان ما قبسش حكم قديم ألبسنا في قضية جديدة؟ أصبع عنه ده مطارد يا كريم ومش مننا إحنا بس على فكرة من جهات تانية كتير يبلوة خدرة كان مظبط مع الجهات التانية وأو ما قفاش خيط القضية مرديش بالله صح انت كده صح أهلا كده عرفنا نفكها تعال بقى نفكها مع بعض واحدة واحدة والركبة ركبة ركبة بتعكيمة وانا بقول لي جهان بس تعملها في انجل أهوة يا جيجي أهوة للبيئة أهوة سورا ورأي سورا ورأي سورا ورأي سورا سورا ورأي سورا ورأي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في القناة في القناة اشتركوا في القناة في القناة في القناة اشتركوا 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 في القناة شفتي؟ شفتي في ماذا؟ كان بيحوم حوالي المكتب طارق واضح ان هو عايز يقبل طمين يا باش مهندسة حادث معي الوزيرة والله بقت احسن كتير احنا ما نبقاش فاضل قدامنا غير انها هنستنى هي ان شاء الله هتفوقها طيب حياتك شايف يعني هي محتاجة وقت قدقها عشان تفوق دي حالة مش فقدينا يعني ان لو قلتلك اي توقيت هبقى باتحك عليك لكن من انتفق لي ان شاء الله خير ان شاء الله انا من شكرة جدا جدا بحضرتك برسي ربنا اتمنك علي ان شاء الله برسي من شكرة قوي بعلش انا اسف اعرف ان داي فوقتي مش فنسب انا اتفطر بحياتك محتاج تعرف ايه والله هو انا عارف عارف ان انت يا بل تدري وش اكتر من المرة كمان بس ان انا فعلا محتاج اعرفهم انتي انا نخليكي متطمنة للشخص هو اصلا مجرم وكمان متان بمحولة اغتيال وردتك هو حضرتك عارفت مني ان انا وثقة فيه انت لسا مكملة معي حياتك بتفترض كده طيب احب بس افكرك ان احنا بيتنين طرين واحد في النهاية كلما تدري تساعديني بقى انتي اكيد كده بتساعدين نفسك وده خلينا نختصر على بعض الطريق والوقت المجهود اكيد انا فاهمت كلام ده او عايدك ان انا لو عارف تفيدك بحد اكيد هبلغ حضرتك تمام شكرا عن إذنك اترضى والله لو طلاك سيضر باتبطة الوضобраз منك يا أخوب الفقال ما تقول تشوفي العياني يا فقال بكلم نفسي زي المجانين انا خطينا الجردان عشان نخطي القتل خليني كده قاعدة بكلم نفسي اضرب انت واه ومشي ملك يا فؤاد انت كمان فؤاد عم فضل صدعتني يا فؤاد صدعت اضرب انتاني باحساسي يا فؤاد الراجل ده وجوده هنا خطر واذا كان ابوك بقى كان معاه عيش وماله فابوك الله يرحمه لكن احنا منها يرحمنا من شر الراجل زي ده الناس دي قلبها مات والحكومة بتاخد عاطل مع باطل ويوم ما هيجوا يغطوه تاني حيجروك قابل واحنا من ناش في الدنيا غيره كيف وقاعد يعني عايزان اعمل ايه يعني انت عارف المفروض تعمل ايه مشاهدين الكرام جلنا دلوقتي خبر عاجل من وزارة الداخلية بالقاء القبض على المتهم الهارب درويش عبدربو المتهم بمحاولة اغتيال الدكتورة نادية ابو العزم وزيرة الصحة موسيقى 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 ايه؟ 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 هو صعبها عليكي ولا ايه؟ لا مش الفكرة بس اصل اه اصل ايه يا نار؟ بس انا مستغربة يا حزم ده ده كان لسه بيكلمني من كم ساعة؟ اه طب وكم ساعة اللي قابليهم بقى؟ كان بيكلمت كم مرة؟ هو فيه يا حزم؟ فيه انت يا نهلة؟ انت بتنقاطين بالكلام وما انت متحبي ولا ايه؟ جرائي يا حزم انا ممنقطكش على فكرة انت لسه داخل دلوقتي وانا كنت هقولك ماشي ماشي يا نهلة كان بيقولك ايه بقى في التليفون؟ قالي انه هو مش لو يستخدم موبايل تاني عشان مش هايز حد يوصله اه طبعا عشان حاس انه هما وراه عشان كلا معرفش يهرب اه هو انت رايح فين؟ اعمل شغل بعد اذنك قلوه عندكو؟ لا دي مشاركة وجدانية طالما الامن الوطني هو اللي جابو بدخل تلاجيتهم خلاص بتعرفش جابوه منين؟ لا معرفش ده انا هموت بحصرتي يا خالي مش احنا كنا اولى زمان اللي جابوه دلوقتي على الولوقات انت هاتهزر انت باني عليك بتهزر وفاية كمان بقولك ايه؟ يا اخي ده انت عليك ضرورت مش عارف انت جايكوه من يا جدا بس يا خالي يا ده عصابك غيرها بغيرها اللي ارهابين اصلهم اسمع نصيب ولا غور غور دلوقتي مش عايزة اسمع صوتك ها؟ يالله يالله مع السلامة دلوقتي مش فايقلك اقفل بجد ولا هتقتزل كمان شوية وتقول لي عايزة كونسيت حاجة والجودة ايه طب 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 استنى 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 عصامة انا عاوزك تتعرفني امتى عبضوا على درويش بالضبط بالضبط وفين واي اخبار ممكن انك انت تلاقيها بلغني بيها فوراً فاهم يا خالي فاهم انا ماريش اللا انت كده هتبقى مسألة وقت مش اكتر والتابي بقى في قدينا تفتكر؟ احنا مش متأكدين انه هو معتب فطب ايه الدخلي هترجعه الوزير هو مشتور بتحجيش عشان حرزوه الحزن المؤتمر هيبتديه هل بسرعة من عندك بسرعة من عندك بسم الله الرحمن الرحيم تمكنت اجهزة الامن مساء اليوم ان القبض على الارهابي برويش عبدربو المتهم الاول في محاولة اغتيال وزيرة الصحة الدكتورة نادي ابو العزم وقد جاءت عملية القبض على المتهم بعدما تكللت جهود رجال الامن الوطني بالنجاح وقد اتضح من التحريات لرجال الامن الوطني ان محاولة اغتيال الوزيرة لم تكن عملية ارهابية تقليدية وانما هي عملية ارهابية نوعية عملية ارهابية نوعية الهدف منها الاضرار بالامن القوم المصري وهو ما سيتم البضاح والافصاح عنه لاحقاً بعد الانتهاء من التحريقات وبعد فحص المطبوطات التي تم العصور عليها مع المتهم ووزارة الداخلية استؤكد على خدمتها الدائمة للوطن واستعدادها الدائم للدفاع عن مواطني وسعيها لبس روح الامن والامان وانما فهمت لنا فهمته؟ تفتكر المطبوطات دي ليه علاقة بالتابة؟ تفتكر انت ليه علاقة بحاجة تانية غير التابة؟ وسوف تحرص وزارة الداخلية على اعلان اخر المستجدات في القضية اولاً باول على الرأي العام للتأكيد على تكاتف الاطراف كافة في سبيل محاربة الارهاب اي اسئلة؟ تفضل قال في اي تصور مبدئي لطبيعة الجهات اللي ورا العملية؟ طبعاً في اكتر من تصور بس مش هنقدر نعلن عنه الا بعد انتهاء التحقيقات تفضل المفروض ان درويش عبد الربو هرب من السجن من 20 سنة هل خلال الفترة دي كان مشارك في اي عمليات من العمليات الارهابية في مصر؟ وارد طبعاً ان يكون مشارك وارد ان يكون مش مشارك اللي هيفصل ويجاوب على السؤال ده بعد انتهاء التحقيقات ان شاء الله شكراً فضل ممكن نعرف تفاصيل اكتر عن ملابسات القبض على درويش عبد الربو وتم القبض عليه فين بالزبط؟ كان مستخبط منطقة شعبية وتحريات رجال مباحث قرفت تجيبه ودلتنا عليه وقابضنا عليه تفضل اهb ام انت بقى اي انت بقى اي انت بقى ارب ببنائته بعينا من خذنا في البيوت انا كافت نقول كمتين زي دول كده بقيمتنا بقى ده المرمطة اللي احنا فيها دي على فكرة بقى كلها قضيتان تلاتة من نفس العينا دي وسعايت اي اتلاقي ناسة الاخر ترياستي سنائية بتبقى انظيف حلوة كده زيهم لا يا عم من نفس العينا دي انا مش مستحقت مش نقص لف مبروك بشاعت اي باري فيه كريم باشا كان نقول عقيد بقى ها شكرين قوي شكرين قوي أبراهيم تركزش معا حبيبي أبراهيم تكره الله شوف راح فيه شكرين قوي ما عرف أهمين حاجة طيب بعد ما تبعنا المؤتمر الصحفي بهمني أرجع لضيفي في الستوديو الخبير الأمني اللواء حسام كامل واسأله عن أهمية الكشف عن ملابسات هذا الحادث أهلا بيك مرة تانية أهلا بي سيطك كان في قدينا تصرف 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 إزاي باشا تصرف أهلا بي ساعتك هو إحنا روحنا في دايا أولا بيس داياق دي بص هو إحنا لسه ما روحناه في دايا بس سوعدك أمروه يبقى درويش حيخور مش كنا بص وعلى حسب معلوماتي ما خرش عمل كده بس الحقيقة ما جربتوش في أمن الدولة يا نهار يسود طب هفرد تغابوا عليه جمد يعني دا هو عارف إن إحنا هنا بص هو كل اللي يعرفوا إن إحنا في الفيوم عنده مبتاع بس فين في الفيوم الله أعلم دا على أساس إن فيه ميته ممتاح في الفيوم يعني ولا إيه؟ بص بص هو أنت تخف إيدك وتشد حيلك وتضرب لنا الفيستين بتوعكيليا خلينا نقلع من هنا ماشي آه بس للقاعدة عندك الاعدة لما تطول بـ خليفة ايه في ايه؟ من الناس اللي عادة معنا دي؟ بسم ده الرحمن الرحيم ما فيه حد أحد معنا؟ إزاي ما يكون فيه نفرين عادين معنا؟ تخد شباه لك أناس بعد المكان دا مسكون مسكون؟ طب من طيني قلت آآآ الآن يعني سلوة عليكم عليكم السلام ورحمة الله الاا ماسكون ليه يا الله احنا ونصيبنا زي ما يكون حد يسلب علينا... مصدقتش عيني إني لم قشفت رقمك موجود على الموازيل عندك لا 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 ما سدقتش ايدي اللي تتقطع دي و هي بتتصل بيك عبيبي يا وحش بقول لك يا جلات مؤمر انا عندي مصلحة عايزين لخلصها في ظرفه 3-4 ساعات بوضة جديدة عليك انت كل مصلحك كده يا بيس بس المراض المصلحة صعبة شوية كل اسلحه ليش عدد الحرزي عندي كده عايزين لخلصه بيت فيه في العبن الوطني وبا بقول لك يا جلات انا عايز الحرز ده باي تمن ديني فرصة لحد الصبح وارد عليك على كالنفسي تخلصتني الموضوع ده في سواد الليل مفيش الكلام ده انت عارف ان الحرزي جواه مغزة وقامل المغزة مجيجيش للصبح ولو عملنا غير كده انتقفش مش هزلكم عارف طب بقول لك ايه لو خلص على الصبح يخلص على الساعة كامي يعني اعملت الصلاة يقول لك معاك رقم القضية؟ معايش رقم القضية بس اقول لك ايه القضية الاستطازة قضية الارهاب ووزرة الصحة وباة كده خبت لازل؟ باي تمن يا جلات باي تمن خليه علي الله ويوفيخ يقدم ربنا يا شوز كان شلو لزوم ده كله باشا كان لفت نفسك باشا لا ازاي هلازم نبسطك وتأكل وتشبع قبل نقول طلباتي مطلوب الاكل بس يا باشا قدامك اهو كل وشبع زي ما انت عاوز يا باشا ده مسح زور انا اصدي على الحلاوة ما تقلقش انا هعكلك خلاوة لغاية ما تقول كفاية ويا باشا حد بيشبع من الحلاويات برضو ما تجيب من الاخر يا فاهيم بيه وتقوللي طلباتك ايه انا عايزين شوية معلومات بسيطة ما عايز اعرف خط السير العربية معادة الترحيل قوت التأمين قد ايه حاجات زي كده بسيطة انا صحيح سبت الداخلية اه بس ايدي لسه جوه ووليه ما عارف يامه ميت واحد هيدلنا باشا بس انت اقوللي اسم المتهم ايه درويش عبد الرب الكاتيان مش ده الارهابي اللي اه اوه ايوة باشا بس اه امن وطني يعني ترتبات تانية خالص انا ما طلبتش اي ترتبات انا كل طلبت وشوية معلومات يا باشا ترتبات لي انا ساعدتك يعني على الاقل الودي اللي هيقس على ضيح ممكن يتليسع على الاقل يا باشا عارف المعلومات دي رايحها المين دي رايحها لا يا سيدي لا لمواخز يا باشا اللقمة دي مش مبلوعة الله 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 ليه كدا بس يعني بالبلده كدا يا باشا الأب انا لو طلطيت مش انت اللي هتغتني لا تخافش احنا مسنودين على ظهر جامد قوي طب ما تقولي يا باشا من هو الظاهر الجامد ده قبل ماسناد عليه على الاقل اعرف جامد ولا نخوخ ده ما تونقش جامد جدا وسند برحتك طب ما تقولي يا باشا وأنا كل للك أمجة الديب تعرفه عمكة الديب كبير تجامد بالقاوي يا باشا كده انت طمنت قلبها يا باشا خلاص ارتحت عالاخر يا باشا تفضل كل بقاويش كده انت فتحت نفسها يا باشا ايوة انا في العربية قدام بيتك نزليلي حالا في ايه ما تتأخريش طيب خير فضل اتقبض عليه عرفت قادينا خلصنا منه لا ما خلصاش منه ولا حاجة فتحي ممكن يهرفض في الكلام وضبط في مصلحتك قلت مصلحتك طيب مايه هلفط ما فيش حد هيربط بين قمجد الديب وزهير الملاحة لا فيه فيه حد هيربط مين انتي انا هو انا ايه اللي يخليني عامل كده اي حد تحت ضغط ممكن يقول اي حد او يعمل اي حد ما كانوا ضغطوا عليا زمان زمانا ما كنتش موجود وهو كان هربان لكن الوقتي وحبل المشتقة بيقرب من رقابته هيبقى عامل زي الغريب اللي عاوزي تعلق فقاش شايف يعني انت جاية تحذر جاية عشر افكرك اسميني انا وانتي رازم تبقى بعيد تماما على الموضوع ده وإلا الخطر مش هيبقى علي الوحدي يبقى عليكي وعلي وعلى طارق كلامي واضح وانتي بنيمتش خلص ولا ايه؟ اه حاولت انام بس ما عرفتش فقلت اقوم عشان ما عليكيش ليه في ايه؟ عادة مشاكل في الشغل مشاكل ايه؟ تحكيلي اولا انام افعش دماغ احكي بس انت متشغيش بالك مالسه يالله طلع انتي كميلي نمنا يالله انا احكي معك حازم ايه؟ انا بطلت اخذ البيلس انت بطير انا بقى ايه دا رايح فين؟ انا مش ايه لك على عكة بتاعت مدارس العيال عايز الحل ادارة التعليمه عشان اخلص وراء النقل ايه دا؟ بس لسه الساعة تسعة ما جاتش ولا انت لو تدرغ اليوم كله واتدبسني في تقفين الميزانية ما تبقاش دايق بقى يا بيبس الميزانية ما بتخلص في يوم يعني ابتد انت بس وانا بكرا ان شاء الله اكمل معاك ويا سيدي احاول اخلص وارجعلك اخوص سمعص شورت له ونبشر خسلم ايدك عن يفوزة يبارك هاوس السمير يليه الأقبار انت ليه الأقبار انا أقبار تقيلة بان يباريك لك تأكدين هو؟ هو الطمن لسه جاي بمارح مع العضية اللي قلت لها ليها طب لو حد سأل عليه ده الشغل أنا بقى ويلا زوق من هنا قبل محد يشوفه مش سلام مع السلام نعم عققة المسلح موسيقى 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 الأمانة معاي طبعا متأكرا متقابل فين بصفت السكة حكونيني المترجم الى صحيح اشتركوا في القناة 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 حازم ده احلى حاجة حصلت لكي الكاملوم اللي فاتوا زي ما يكون كنا عايزين حاجة تفوقنا عشان نحس ان احنا بنحجب بعض قوي كده ايوة بقى ايوة شدتي حرام عليك الحمد لله حدش ازدقتوا ليها الفين بالصورة معين وزيدة فاقت 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 يا دكتور الحمد لله حمد لله حمد لله على سلام فيه زي ما ودي وحشتيني حشتيني 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 حمد لله انتي كويسة ماما انتي سمعني ماما ماما انتي انا ماما في المستشفى مستشفى ماما انتي حصل لما وضعه كبير احجب عليك بعد المهم من انتي تبقى كويسة محرك يسوا معك؟ تانية؟ بس نيدي عليك احنا بقينا تمام خالص احنا الحمد لله بقينا احسن كتير انا هزيبك شوية معيها بس اربوكي ما تجيديش انا عرفيتي جميل هاي عصان جري يا ابني انت مبتردش ليه على التريفنات عايزة فهم ماليش يا كبير كنت فهمي بقمور دي معليك اعمرك؟ وانا لس اعمرك يا عصان يا ابني انت نسيت الموضوع اللي ايه؟ عملت ايه في موضوع درويش؟ سألتلك الموضوع مكتهتم عليه تكتمتي السنين القيادات في الابن الوطني قطعين لسان كل اللي هناك من لغالية يا شيخ بتكتب دا ايه يا والد؟ يقولوا دول عاملين مؤتمر صحفي ومليين الدنيا لاب 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 امال ايه؟ يا صار المو انت ما عدتش نافع بقى في الشغل بقولك اسمع عارف يا عصان؟ اخليك معايا شوية انا لو جبت صحفي قد كده علشان يجيب لي اعرار الموضوع ده حيجيب لي بطنه امه في ساعتها فهمني ما عليك؟ الموضوع اكبر من اللي اتقال في المؤتمر الصحفي مفيش حرف طلع عن ملابسات الاب ولا على القوة اللي راحك تجيبه الواضح انهم انا حوطين عليه جهامد على كل حل هو مش مستغرب اللي انت بتقوله ده باس يا عصان خليك معايا حليجي انت سيبك ما الموضوع درويش عاوزك تحفر لي ورق أم جديد ديب أم جديد ديب؟ مين تحديداً ورق أم جديد ديب؟ أم جديد ديب شخصياً عاوزك تجيب لي عصان تاريخ حياته بالكامل مرة واحدة كده؟ وفيه يا خال انت ناول تفتح محلي مباحث ولا ايه؟ يا خال تصور انا هسألك سؤال واحد عشان ما تخلونيش تعرف؟ ولا ما تعرفش؟ ماشي يا خال ما دا مش هاخبص أحلام ساعدتك أوامش صباح خير يا باشا؟ عملتي ايه؟ زبطنا كل حاجة هذك وأنا تصرف تعرف انا اسمعت الكلام دا كان مرة قبل كده؟ كتير ساعدتك بس وعدك دي اخر مرة انا عاوز اخلص من حكاية درويش دي النهاردة قبل بكرة اعتبر اخلش ساعدتك فاهم اما عرفتش تجيبو ايه تيلو تمام ساعدتك نحن تgments نحن تLove طيب ماشي يا مصطفى على بهيةawanات رحلة ابتعة دروش تثبتت وقاتت عاملت معايا حفاظ على حد اي كم اتوقعت بالزبت واضح ان وجود دروش معنا مش في ممصلح الجهات كثير السؤال الجهات دي تبقى امين وإيه اللي يخليهم يحاولوا يوصلولوا بعد موايع في قدينا مش مهم هم مين مش مهم عايزينه ليه المهم إلينا تأكدنا أن الراجل ده شايل أسرار أكتر بكتير من اللي ممكن نتخيله بقولك إيه من النهاردة مفيش موبايل وحتى التليفون اللي بكلمت منه حخلص منه وصلت لحاجة في موضوع فاضل لا لسه عندي كنتي بديد؟ أيها شفته شفتيه؟ مشاهدين الكرام جلنا دلوقتي خبر عاجل من وزارة الدخلية بإلقاء القبض على المتهم الهارب درويش عبد الربو المتهم بمحاولة اغتيال الدكتورة نادية أبو العز وزيرة الصلاة هرزي عندي كده عايزين نخلصه نهار فيك تمين أنا عاوز أخلص بالحاكاية درويش دي النهاردة قبل بكرة سلاح ناسي سلاح ناسي سلاح تمكنت أجهزة الأمن مساء اليوم من القبض على الإرهابي درويش عبد الربو موسيقى أنا وفيتكم على المخاطرة دي عشان لقيت في كلامكم شيء منطقي بس خلي بالكم إحنا في النهاية بنجرب كتبة كبيرة قوي فلو المخاطرة دي محققتش اللي إحنا عاوزينه هنخسر كتير قوي بدون مقابل ولو اتكشفت هتكون عواقبها وخيمة علينا كلنا رب نوستر معليك بس أنا متهاري إن إحنا ماشيين صح وإن شاء الله هنوصل الحياة كويسة آآ.. أنا كده بقى مش متطمنت ليه بس يا فantom م خللو حنبتديها مت هايقلي وها نوصل د شئ ما تطمنش أخذريتك للخطوات اللي إحنا أخذناها دي بناء عن معلمات اللي معانا والمعلومات دي كلها بتأكد ان إحنا هنوصل للشاء موفيها هاه، تاني بتقولها ها نوصل م لاتقولش يا هاه احنا يا فندم بنوصل إحنا في السكة أنا بناء下去 عاوز أمسك حاجة في إيدي مش كلام مرسل كده في الهواء يا فندم أكيد مش كلام مرسل بدليل إن السجرة كلها بدأت تتفتح قدامنا بعد ساعات من خبر الأبض على درويش إذا كنت تقصد على موضوع الحرز أو موضوع عربية الترحيلات فدي مجرد خيوط ممكن توصلنا لحاجة ممكن تنقطع يا فندم أكيد مش تتقطع إحنا مش هنسيبها وحضرتك لو دي كانت خيوط ضعيفة ما كانتش ظهرت بسرعة بقولك إنت وهو أنا مليش دعو بالكلام ده المسؤولية عليكم منتم أنتو عرضت علي خطة وأنا غامرت وفقتي بها في النهاية اللي بيني وبينكم نتائج مش كده ولا إيه تحت عمر معليك كمان يا فندم بضل بضل بشرفت شكله علينا على فجر أهندو حق أهندو حق بصراحة يعني أعمل ما بتعملش أنا ممكنه ما أفقش عن كده خالص بالعكس لأ ما أفكر صح ده ما خلناش عابلنا كده العديد دي تركهم في الدورج وتتنسي زي إخواتها ويطلع بقى أي طمزين من إياهم يقعد يجعجع ويقولهم هو اللي نفذ العملية بالعكس إحنا كده بقدرنا فرصة بجد أهو أحسبها كده نالو إيه يا ابن فعلاً؟ لا لا خليك خليك إحنا جايلاً لا لو صلاة إيه؟ مش هتصدق العربية ده كان فيها الحزب بتاعت مين؟ مين؟ حاول إيه إلاحسا مين؟ 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 مم؟ يا ماما تفضل معطوعة للهباب ده؟ تعايزة تعمل إيه؟ تعمل أي حاج؟ تكلس تطبخ بس طب المطرحة ده؟ لا ما اعتزلت الحاجات دي من زمان البركة بقى في نفتيس وكلوباترة نفتيس ومين؟ كلوباترة كلوباترة دي السجاير؟ لا دي أختي اسمها كلوباترة؟ كودي اللي بأhuman تكبر هاته بصوبة ها ها هاửة مت كسويا كاسه الموبايلي مكانانين الموبايلي فينهم؟ فحات للتلفون أووا بشاكل دا؟ أحط خموط ألا فيه هيك هيني؟ ستنعنا وشوف ألو؟ أيوة ماء أنا درويش مين درويش؟ درويش؟ إزاي؟ مش تعبض عليه أنا كنت حاسس اللي إحنا مش هنخلص من المصيبة دي تلاقيه يبتصل بيك دلوقتي ودي رقمك للحكومة عشان يسرسبوك تفتكر ألا؟ أه أه نفس الرقم بيرنة إلي تردش؟ تردش عمي مهري إما بلغ عنك إما بيتصل بيك عشان يبلغ عنك الرجل ده مش جاي من وراءنا الخراب بصراحة تقوم الصوت دوت عخلينا يا فاضح حاضح حاضح أنا أسمع كلام مهمة أنا خردك ألو؟ أنت بتاقي في الفرش يا مهر؟ أقول لك أنا درويش؟ لا يا حبيبي أصلا أنا سمعتك واحد يقول درويش قلت مين درويش في عفا؟ أنت فين؟ من الشارع أنا مش عارف إيش مين؟ أنا أساسا ما تقبطش عليا طب أحرف أحرف مين؟ أقول لك أنا بتكلمك من الشارع أهو اسمع أه 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 بتكلمك من الشارع أهو اسمع 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 طب هو تعرفت تفلت من جماعة دول إزاي؟ عم أنا ما تقبطش عليا أساسا ما عرفش أقول لك أنا حصل لي إيه ولا أعمال لي ولا فاهم أي حاجة ما اللي بيحصل ده بقول لك أنا عايز أعب لك أنت الخليفة ضروري تعبيرني أنا وخليفة؟ طب ينفع تابل خليفة لوحدة؟ لا بص مش هينفع درويش أخوية أصلي عبار ما تشوف يعني نفتيس أخت بتاع أه ولدت فإحنا بنحضر للسبوع وكده أخيه عديد أخيه عديدك يا مهد أصلي أنا خايف وأنا بقول لك أنا أحاب لك في القسط أنا أقاب لك في مكان أمان مماش 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 حبيبي يا ريت خلص موضوع الأمان ده معاك حاكم أنت بسم الله ما شاء الله تنزل برجلك التهرة في حتة تلبوم كلهم حواليك أقول لك أنا أقاب لك في مكان استحالة حدي وصلنا فيه مكان مدوش ملامة مالوش صاحب ما فيهوش ناس أنا اللي خرجت بيه من كابسة اللي هو شوق السباعي إن اسم درويش ده طول ما هم لازمي الدنيا عديه علي ومش هعرف أخرج من الحفرة دي أبدا دلوقتي اسم درويش هو اللي نجبك؟ مش ده كان طوق نجاتك زمان لما كنت عتغرق في السجن؟ كان زمان طوق خفيف يطلعني الفوق دلوقتي بأدابشة تقيلة على صدري لو ما فكتهاش وحلتها هيخلص نفسي وهتغرقني يا السلام بس كده انسى درويش خالص مفيش أكتر بالأسابي انت تفتح دليل التليفونات وتنقل اسم اللي انت عايزه والطاطش يزبط هقوله انت بتستابل تقول ايه يا ماهر زمان لما بدنا اسم درويش الله يرحمه باسم فضل ترتيب ربنا هو اللي طلع روحه ساعتها كان عايز يفكر من السجن دلوقتي هنعمل ايه؟ نقتلك قتيل عشان تاخد ورقه؟ الله ما تقتله قتيل يا اخي خصرف ايه؟ ده صاحب ده برضو اهدوا بس يا جماعة مش هو ده اللي بفكر فيه انا استكفيت ان عايش بأسماء ميتين انا حلي ان ارجع الاسم اللي مات على الورق حلي ان ارجع فضل الغول من تاني بصيت رجعوا له الله انت بتقول ايه يا عم الحج ولما ترجع فضل تاني هتعمل ايه؟ ده كان عليه قضية قد الداهية وبعدين لايط عليها بقضية تانية هروب من السجن وتزوير في اوراق رسمية يعني لو رجعت فضل هتحط الحديد في رئابتك يبقى استفدت ايه؟ ده بقى اللي انا عاوزكم فيه عشان ارجع فضل الغول من تاني بقى لازم اشيل حاجة من على كتافي وعشان اشيلها لازم اثبت ان زهير الملاح كان موجود يا البيت تريده بقى لها قديمة جاتش بقى لي كتير بدور عرمجة عشان اعرف اخسله طب ممكن تديني القهوة الاول حاضر يا خالي فضل بدور واخسله يا اخي انا مش عارف ليه متهياء لي كده ان انت جاي تضايف مش جاي عشان تبلغني بايه اللي حصل لا اه مش القصد يا خالي انا بس قلب عليك لا يا اخويا خليك قلبك عالشغل الله يخليك ما تخنقنيش بقى من اولها اه؟ فضل فضل قول مش اه اللي توصلتله لحد دلوقتي ان امجد الديب رجع مصر 2006 كرجو الاعمال وكان معاه توكيل عربيات سيني كانت بتتبع برخشو التراب وبعد اقل من سنة واع توكيل عربيات كبير الماني من صاحبه امجد هو اللي استاده اه والتوكيل الالماني استغنى عنه ولا امجد اللي هبش فيه لا اللي باين قدامي ان الراجل سابه بكيفه مع انه كان معاه لمدة خمستاشر سنة ميش غيره فالفين وتسعة بقى بدأ يلعب في العقرار وده بقى البيزنس الاساسي بتاعه لوحده ولا معاه حد عصان لا كان لوحده محدش كان يقدر يقرب من العقرار انما ما كانش عنده مانع يشارك في اي حاجة سلاسل سوبر ماركت فنادق محطات فضائية وبعد شوية لمس مع الحزب الوطني وكان هيدخل الانتخابات وبعدين في الاخر تراضع طبا كان ايه قبل كده كان برا المثبت في الاوراق عندي انه ساب مصر لليونان سنة التسعين ورجع من ابرس الفين وخمسة تاريخي عصام عايز اعرف تاريخ سفره لليونان سنة التسعين عصام انا ما ركزتش في التاريخ بالظبط لكن كان في شهر اكتوبر شهر اكتوبر اه معنى كده انه بعد قضية وحدثة فضل بحوالي شهر تقريبا طب لو فرضنا ان كلام فضل مظبوط تفتكر ان الواحد يقدر ياخد تأشيرة اليونان في خلال شهر توصد ايه؟ عصد يعني ان مش من الصعب ان هو يكون خاد التأشيرة او بمعنى اصح ضربة الصعب ازاي؟ صعب طبعا بزمتك ما انتش مكسوف من نفسك يا عصام يا ابنوختي بقي الزبط ورائد وتقولي على حاجة صغيرة بالشكل ده صعبة يا عصام ايب كده ما تكونوا اني يا عصام؟ يا خالي يا خالي ما كانش هيبقى صعب لو احنا بنشتغل بشكل رسمي لان احنا و احنا بندور الخارجية هتدخل في الموضوع وهنتصل بالصفارة اليونانية ما تنساش ان احنا بنتكلم عن شخصية عامة وما ينفعش يتخرب شؤدنا فضل يعني مستحيلة يعني ما فيش حاجة مستحيلة بس احنا بندور بشكل ودي اكيد الموضوع هياخد وقت العلاقات يا حبيبي بتأثر الوقت مستر امجل في حد برا اسمه صبحي وعايز حضرتك ضروري ايه صبحي ده؟ بيقوله انه منطرف فهيني اه طب خليه ادخل حاضر يا فاند اتفضل بسايل فولي امجب باشا نعم انا عارف ان مفيش سابق معرفة ما بين يوم وبين ساعاتك بس المستجدات حكمت بالمقابلة يا باشا اختصر انا لمو اخذة البطارية اللي كان بيتنور ايه انفهيم على عربية الترحيلات بطارية؟ كنه الفارج ده؟ حلمك علي يا باشا انا جايلك بحكتين يا باشا بخبر ونصيحة ونصيحة الخبر يا باشا ان فاهيم ويعا والنصيحة يا باشا انك ما تلقفوش بس ايه رايك بقى؟ او انا معرفش هالي اسم الفاهيم ما هو ده المطلوب يا باشا ده امن وطني ساعاتك واللي بيقضوا فيهم بيقرطموا له اسنانه اما حسابي بقى اللي عند فاهيم انا مش عايزه انا هسيبه عربون محبة لساعاتك عشان انا بصراحة عايزه اكسب ساعاتك وراقمي هسيبه عرب السكرتيره برا باشا انا متأكد يا باشا انك هتحتاج له ساموا عليكم ايه امممم اخلص 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 احلص هفيه مهددي ده يا اخي من مرآي ساعاتك أنا مش هتقلم اللي قدام اللوحنا بتاعي محمل ههههههههههههههههههههههههه انت فهم خلق والله يا ابه ال olvق ده بقى ده بقى الف لأفلام امريكاي هنا الموضوع مختلف تماما ا gobا وبالنسبة لك مش زي زمان ما هيش حيزة سلح بدون ترخيص ولا تسهيل بحارة يعني محمي بتوقع بتوقع زمان غلابة بص انت بعد ما تخرج من هنا ده انخرجت يعني هتطلع على نيابة الامن الوطني العليا طوارق عندك محمي سندية؟ طيب سعدتك انا من حقيقة اعمل مكلمة تليفون طب نفاهم البني ادم تاني بص يا ابن الخطوط هنا كلها ما قطوها انا عمي بساعدك بص يا فاهم الاخر انت بالنسبة لأضايا خالصانة وعلياتر ايه مظبوط متلبس بمحاولة تحرير ارهابي ادموش يعني امنيت حياتك انك تعيش في السجن بقيت عمرك انك تقول انك مجرد يد بتنفذ لحساب حد تاني لسانك تقول ولا ايه محتاج تكون صديق طيب اه نقول خيارات انا مجادة ديب مثلا اه اه اظن ان انتو حبايا بينكم وبين بعض اكتر من عشرين مكالمة في الاربعة وعشرين ساعة اللي فاتوا انتو حبايا ولا في حد تاني شغلانتنا دي فيها ثلاث سيكة ما لهمش رابعة السيكة الاولانية سيكة انتكة وايه حد يضرب ورقة باسمها اي حد يقض بيها مصلحة جواز بطاقة وبعد ما تخلص المصلحة يرميها السيكة التانية سيكة الضل دي اللي انت مشيت فيها حد يموت على الورق ويعيش بورق واحد تاني ميت السيكة التالتة اسمها السيكة الجحدة بني ادم تتقطع جزوره من على الارض كأنه مكانش موجود ويتولد تاني شطاني بس من غير جدور تفتكر بقى يعني هي دي السيكة اللي مشي فيها زقير لما كانوا بيدولوا عليه زمان وملقوش ليه اي قصر اعتقد اه لان السيكة دي الورق بتاعها ما بيشاورش على اي حاجة كما اللي يدور على حاجة كده كانوا بيدور على شبح الناس تقول اه عارفينه والحكومة تقول لا ما عداش علينا ميت في الشغلة دي يا خليفة؟ وايقولك اسمها السيكة الجحدة ده منظر واحد يمشي بالسيكة الجحدة؟ ايب خلاص خلاص مال يعني مين يكونوا في الشكة دي؟ معلمين كبار قوي دون طايلة بتعرف حد منهم؟ اعرف كبيرهم الله انت بتفول علي يا بتاع يا سيدي قاعدين في الترب بس قاعدين كويسين اقتن بقى لعن ابو اللي جابك عيل غتت فكيت حاصر ساعتك؟ انا تمام تبلا نهموا من هنا يلا يلا الله كيف؟ مئة تين وعشرين ده عطال قربة قولت؟ اه السماعت لانا عندنا من المبارح فضل شكرا هلو؟ هاي باشا نعم لا ما انا مش هينفع قول اسمي والمصحف ما هينفع باشا بس انا لو قولت قولك انت مش هتفهمه ساني واحدة باشا ما تنفلش الخط هقولك بس انت لو عايز تعرف مكان الارهابي درويش عبد الربو فين؟ انا عارف مكانه اهلا من اشرف بيه ايه المفاجأة دي؟ ايه يا ربا بس كون مفاجأة سعيبة طبعا باشا انا مفروض ان انا اجي عشان ابركلك انت بكريم باي بعد الابض على الرجل نياه؟ ولا اهمك يا سيدي الاهم جاء كتير اعرفك ادم لصاص شريكك؟ طبعا اهلا وسهلا يا فندم اهلا بيك ألف سلامي الله يسلمك اعيل ولاد حرام سبوتوني على الدياري وضربوا عليك نهاره وسرقوا العربية وحطوها عند شتيت القطر والعربية تفرمت فعلم هيا العربية روحت تصدق زعلتاني بتعارف انا كنت لسه بسأل حازم يدفع لنا فديا ونخلص العربية دي اصلا عزيزة علي قوي فدك هزت الرائد مش الباشا لما سابل مخدرات كان رائد برضو اه بس هو نفسي منك كده مش الباشا برضو رائد اه بس انا لسه مش مستعجل بس متوقع ان القضاء اللي في اي ديت اخد منها ترقية ان شاء الله يا باشا يا رب انا وفقك قولي صحيح باشا انتو معرفتوش مين التنظيم الورا الارهابي ده؟ حازم باشا احنا لسه منولي يا هاد بس لسه اتحاج كتير والاحراز اكتر والله يعانكم يا باشا قولي معا تشرب ايه؟ ولا اي حاجا انا كنت بس جاءت اعرف على هاد هام باشا ودني اتعرفت حبيبي اهلا بيك عايزك بقى تعد علينا احنا موجودين هنا على طول اكيد بس احسنك انت بقى ترد الزيارة معان قريب سلام عليكم بس حازم بس عايزك دي اقعد هزنك اه طبعا باشا اتفاضل طبعا سيادتك كنت عارف نجالك للنهاردة واسعين مفيش اي حاجة رسمية وخصا بعد ما شريكك رحم المحضر في الاسم بسرعة العربية بس دا مش معنى انه موقف سليم بس رف بس انا مش عارف لو بتتكلم عن ايه فعلا مش عارف طيب مصيحة مني بقى تخلي بالك من شريكك لان هو عارف هو بيعملي كويسة عايزك ماما ماما انتي كويسة طيب الحمد وريقا عارفة حازم اول ما عارف ان انتي بقاتي كويسة وفقتي فرح قوي هيخلص شغله ويجي على طول علشان هو جد ووحش وكلام معك ما شرره بس مش بعينها هو فيه إيه؟ معلش يا حبيبتي معلش أنا عارفة إن إحنا فترة صعبة بس الحمد كلها الحمد كلها على كل حاجة أنا بحمد ربنا إن إنتي جامبي دلوقت الدكاترة على فكرة طمّنوني جداً وقالوا إن إنتي هتبقي كويسة هترجعي زي الأول وأحسن إن شاء الله أنا بعمل إيه هنا؟ ده إيه اللي جابني هنا؟ أي زفا يا زفا استغفالي يا عزيزي بس يا نعلم بس يا حبيبتي معنين قولي الحمد لله إنها قامت بالسلامة يا بحمد ربنا في كل اللحظة وكل سنة يا مساعد الحادثة حصل بس أنا ما تخيلتش إن أعلم المتفوعة دبقى جداً دي فتكرتني بالعافية يا حبيبتي عادي مش البكتور قالك إن ده عادي في الموقف زي ده؟ لا لا بنتي طمّنة والله إمامتك كويسة والله إنت العظيم كويسة حضرتك ما ده هتلهيش وأنا كلمت معاها دي مش بكرة حد خالص هي أنا مقدرش أشوف معالي الوزيرة وهي في الحالة دي بس طمّنة هي الحالة اللي فيها دي حالة طبيعية جداً دي صدمة نتيجة للحادثة وهي أسبوعين ثلاثة بكتير وترجع زي الأول وأعسر طيب طيب أنا عايزة أعرف حاجة دلوقتي هم طلبوا أشعة مقطعية طلبوها ليه؟ لو هم مش شكين في حاجة مجرد إجراء روتين لأي حد دخل في كوبا بتعمله للحكاية دي يعني اللي اطمئنان مش أكتب من كده طمين يا بنتي يا إن شاء الله هتبقى بخير إن شاء الله شوفتي صدقيني هتبقى كويسة ان شاء الله إيه دا؟ دا لو جايين يقبضوا على البغداد دي شخصياً مش هيبعتوا بجرمة دا كله بص هم في العادي ما بيردوش على مئة 22 بس الظاهر الوقت بتاع أخناه كده الرؤية واضحت هم حاولوا يشاولوني بمنديل الأمان عشان أتحرك برحتي ونقبضوا عليها أيها التباري تحركي إزاي بلوقتي؟ ربنا بسطرة ربنا بسطرة أم جات بيه؟ مين؟ مقدم كريم سهلت أمن ووطني اه مور حضرتك راجل مشغول وأنا مش عايز أعطى لك اه في حاجة؟ درويش درويش مين؟ درويش عبد الربو اه الارهابي البلد كلها بتتكلم عن من يومين دو؟ يعني حضرتك ما تعرفوش بشكل شخصي؟ واحد زي يعرف واحد الارهابي ليه؟ ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم لقيتها لي ما عدت جنبها شوية قلت يمكن تصحى بس خفت أزعجها تمشت رواحي ولا إيه؟ لا مش هينفع كنت براواحي وبيني لفاتوا عشان هي ممكنت شفوها عياها لزيل الوقت هي لازم أفضل معيها ولي صحيح هو مفيش حد ما الداخلية يكلمك النهاردة؟ هيكلموني ليه؟ عشان الموضوع القفض على درويش آه، ما رفش حد يكلمني بس أكيد لو وصلوا الحاجة هيقولوا طيب أنا كنت كنت مفاكر أكلم أشرف بكرة على أساس يعني أن أقوله على موضوع الفايل اللي على التاب يمكن هما يعرفوا يفتحوا فنبقى عرفنا إيه اللي بيحصل آه تمام فاهم ده؟ مجرد مخلصاتي بالنسبة لي راجل يعرف مين ياخد كام ويحمل ديه؟ الله، ده فسد رجال أعمال باكرة بجد رابعة بجد رابعة بجد ولي يعني مخك راح فينه لدناه باديتك فين آه ساكلك تعرفهم من زمان عشان تأمينه على الشغل انت من تحت الترابيزة أعرفهم من زمان أه لكن أمينه دي لأ بس كان لازم أستعين بواحد زي ده بعد ما رجعتني بالسفر ولما هو حلو كده ما عينتوش عنك ليه في الشركة هنا ما عينتوش عشان ما جيش واحد زي حضرتك يسألني الأسئلة اللي انت بسألها هذه على إذن على إذن أنا مش فرهم بقلق من إياه صاحب مكونش مش واصدك من ولا خليفة وإمكانياته إزاي بس مش واصدك في خليفة من واصدك في خليفة جاي كده ما تقول شقة المدربين متوقرة في العيب حريف بس نازم يجيلي مزاجة عشان يلعب ببنا يا عدل مزاجة كخليفة وترجع سالم غانم يا رب يا رب يا ابني يا ابني شهاد صلصة وشهاد شاطنك إلا تواصل ما تشحش إيدك يلا ما عينها يا كبير الفضل خالك شكرا الله 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 هو أنت إيه إنت ولا انت مش انت? ولا انا بيستها ياقلي? لا بيستها هناك انا مش. لا انت ورحمة سيد البليبين انت. سيدة منك بليبين يا انت يا بنا مش هلعبني? انت ايه? الشمس سياحة دمارك ولا ايه? او والله الشمس لا. الشمس ايه احنا بالليل. وانا تاه عنك. انت عمي صابر صح? اه. اه. اه عم صابر اه. صابر. طبعا عمك صابر. لاب. طبعا عمك صابر. انت عم صابر. عم الوقت صبر صاحبي. اه. صبورة. اه اي ما صبورة. صبور انا عم صبور. اي. ده انا مربيه وهو طفل رضيع. بس صبورة ما كانش طفل رضيع. يا سلامه ما كان ايه. ده نزل زي البغلي كده وامو ماشرين امو من عليه. ياه 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 ياه. انت ايه يا انت انت بتغلص فامو صابر. لا والله. فالله مقصد اقسم بالله. والله مقصد. ايها بلعان. بالله مقصد. ايها بلعان. تغلص فامو صابر. طب حق تخوية. حقك علي. حقك علي. انا استهل ضربة كازمة. والحساب عندي. ايه. حيث كنا بقى اعملي طبق دبل الدبل وكتر المكارونة. المهر اللي إدبهنا الوزير فتعليها 24 ساعة كده هنلبس العمل اللي عملناه والوزير هيتغير فقه وتعديل وزاري والله كنت بحبه كنت بحبه مش عايز تبع ناعته على عيدي أعرف إلي يغس في الموضوع إن كل ما تزنق أحد فيهم يقولك والله أنا مش فهم أنت بتتكلم عن إيه زي ما كونست و أنا وكلهم حفظوها سوا أقولك إيه أما إيه بدي قلون إرهاب هاخدوا وهلم كل العلم الوسخة دي وهدي عطل على باطل جامد طب وواحد ما تدي عطل على باطل احتمل بهم إيه وتلمهم ليه يا عم فهمي اللي زي أمجد الديب أو أدها من الأستاس عب حتى حزم درقام دولهم مش هفقات هيعرفوا يطلعوا منها زي الشعرة من العجينة وهيقلبوا الدنيا والمشكلة كمان ما فيش أي حاجة عليهم طول ما هم بره كده أحسن بكتير طول ما هم بره يبوا تحت ضغط و مع الضغط كل حركة بغلطة و ده في أصلحتنا إحنا بس شطرتنا نفضل محافظين عليهم تحت علينا مفيش وقت مفيش وقت كل اللي تبتحكي فيه ده إحنا لو تحبادنا بلاغ تاني زي بتاع درويش ده هنلبس طرح هتلم كلنا وهيوم في ستين ده يعني لك على حسي بسم الترياش علي أنا حاس الاسمه درويش ده و تقول اللي عمل بلاغي الأخير بنفسه رابط تبتكر؟ اه فتكر الرابط ده كل شيء بيزبيت إنه ذاكي جدا هي الحركة الأخيرة دي موقت تبقى عاملة زي بلونة اختبار عايد تشوف القضية تقفلت ولا إحنا لسا وراها ولا لأ ولا إلي بيحصل شكلك مش بصدقني شوية مازي رجلك كده فكر ده اللي انت بركز فيه معلش أناس بسيتم تقدم فضل فكر تاني اين بأان جگريت مه؟ عمل .ي جه؟ فيولي بخواه عزيق هش جيد؟ اين بأعن جديد ما إفادتك؟ أهلاً يا فاد ما إلك؟ لونك مخطوف كده ليه أليه؟ إنت ليه ما قلت ليش؟ ما قلت لكش ايه؟ ما قلت لكش إنه جرويش؟ ولا ما قلت لكش إنه تأبض عليها؟ أنا مش فهم إنت قلت لي زمان إني ما كربت من السجن عشان تبوضت مصلوم إنت أبوديلوقتي؟ مرضو مصلوم مصدومة زي وانت متاحة وان بصور في تفجير موكب الوزيرة وإرهابه كل ظلم والله العظيم ثلاثة كل ظلم تعال فؤاد تعال اطرمها فوق وانا هفاهمك على كل حاجة تعال أبني تعال ها دي كل حكاية فؤاد ويعلم ربنا شوف يعلم ربنا فؤاد لما حد سمعها من أولها لأخيرها على بعضها كما ذلك انت طيب بعدين عم فضل هو اللي قولك عم درويش قالوا لنا زمان اللي خاف من العفريت يطلع وانت عشت عمرك كله ما بتخافش بس فضل ما بقاش عفريت فضل رجح تاني عايز زي زيك موجود في الحياة احنا اللي ممكن نخليه موجود واحنا كمان اللي ممكن نخليه عفريت وانت عملتها زمان انت بسحت اي ورقة لها علاقة بظهير الملاحة النهاردة ممكن تتخلص من فضل بنفس الطريقة نفس الفكرة نفس اللي عملته زمان هتعمله تاني انت محتاج تمسح فضلنا على وش الدنيا وتحولوا العفريت ساعتها مش هيفضل غير الارهابي اللي اسمه درويش ومهما عمل عمره محدة هيصدق ان العفريت موجود احنا في النهاية بنجدب كتبة كبيرة اوي فلو المخاطرة دي ما حقيتش اللي احنا عاوزينه هنخسر كتير اوي بدون مقابل ايوة ماهي انا درويش انا عارف ان ما فيش سابق معارفة ما بين يوم وبين ساعاتك اختصر انا المؤاخزة البطارية اللي كان بيتنور ايه مفاهيم على عربية الترحيلة هوا انت لو عايز تعرف مكان الارهابي درويش عبد الربو فين انا عارف مكان انا ماتخانتش النار لما اتوقعت بقى جد دي افتكرتني بالعافية الله 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 ايه هو انت ايه انت ولا انت مش انت انا مش فاهم انت قلتلي زمان ما كربت من السجن عشان انت كنت مظلوم انت بودلوقتي نهارده مظلوم انت مسحت اي ورقة لها علاقة بظهير الملاعب النهاردة ممكن تتخلص من فضل بنفس الطريقة انت محتاج تمسح فضلن على وش الدنيا وتحولوا العفريت ساعتها مش هيفضل غير الارهابي اللي اسمه درويش ومهما عمل عمره محدة هيصدق ان العفريت موجود ايه ده انت لسه صاحي افتكرتك نمت بتعمل ايه في وقت بتعمل ايه مش بعمل حاجة بقى قلب في الصورة بويال قديم اش مال اصلا بصراحة كده كلام عم فضل عن اللي حصله زمان خلاني كده فتكر شوات حاجات تشوش تايس توصل ايه يا فؤاد شاف الرجل في الصورة ده الجنب بو كلا يا رحمة لا اللي في الجنب خالص ده يبقى زهير الملاح اللي عم فضل قالي انه اختفى بعد ما لبسه كل حاجة ده زهير الملاح ده زهير الملاح انا عاجك تروح البيت السككيني انا؟ ليه؟ فيه سكتين لازم امشى فيهم السك الهولمية الهكومة المستندات والورق الرسمي هلم كل حاجة واكيد هلاقي حدي والضبري الموضوع انا مشاق السككيني هلاقي فيها ديول كتير اكيد هدلنا على حاجة ديول؟ ديول زي ايه؟ عقد درشقة جواز صفر البطاقة اي حاجة من الحاجاتي لا انا مليش دعو بالموضوع ده هالس انا متفين احنا في مركب واحد لا مش في مركب واحد فضل لو خطر يبقى خطر عليك انتا ولو له طار يبقى عندك انتا مش عندي انا هو اللي طار عندي ما انا يبقى عندني ايه؟ ده سرق حياتي عايشني في زنزانة مش قادر اخرب بنا بس انت عندك حقا ده موضوعي ده موضوعي وانا لازم احله وهحله هوا قودت التنين معلش ما كنت تسمعك العطب عالصاخة التنين ايه ونيلت ايه انت مش مستغربة ان انا بكلمك عادي كده اخبارك بتوصل لي وماتي من الدغش وعرفت انك حر طليق بس ما كنتش عارف انك سير كده بحير كده ايه بس ده انا بقالي 8 ايام بشحت النوم بس كان تقريرك انك بتسألي هزيه انا الحنية دائي ومالاش دور بقولك ايه يا نرجس انا عايز باني الخدمة فهمر يا عسل بسيطة عايزه ممتع واصفع وقت بكرا الصبحة لو ممكن ولما ينفعش ينفعه يا سعلة بالسحراء يتابل فيه ماشي غدا نالكاك السلام الله 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 انت مهمة مستحيل طب الفرق اللي لسه ما خلصيتش دي مين يا رواح؟ احجز لهم فكاره اللي طلعت الساعة ثلاثة ايوه بس ده مكانش اللي اكتفاء سوريا طلعت الجارة اصدارة ولازم الاب بالإداء الواجب السلامة حبيبي دوعة بس كده شوية شوية اكتفاء لابدت له تحت البيت لحد ما زلعته أمه طيب كويس جدا فهمتوا بقى أن الحرز تلع مضروب؟ الجلاد مش عايز يميده في الموضوع ده تاني مش معنى الموظف اللي سألك لنا الحرز قبض عليه طب وهو عماله هو كان قابله تكلمه بتليفونه القضية في ألبش كتير والجلاد فاكر إن احنا اللي كنا عايزين نهرب البيت بي مين؟ درويش نعم عربية الترحيلات الكابتين للدرويش في ناس ثبتوها وكانوا عايزيني أنتو شو منها مفق إيه ده بقى كده على نفسك وحكيلي من الأول عشان عفها صدر من أحنا صباح الخير زي حاضرتك تفضلي صراحة ما كنتش متوقع أنا أول ما كلمك إن برح تتديه معاد بقدري أوي كده لا أحنا عادين هنا على طول ما متحركش من هنا غير لو في حاجة مهمة ربنا يعنكم تشرب هي ولا تحب تفتري لا لا خلص أنا مش جاية عالطالك أنا جاية بس أسأل لو كنتو وصلتو لحاجة مع درويش والله إنت حياة لست شغالة طب بالنسبة للتاب مينو؟ لقيتو معي؟ ها طبعا فتحتو؟ عاصول يعني لقيتو عليه حاجة؟ ما ده منها لا ياردت بصريحة أكتر من كده إنتي لما كنت بتقابل درويش من مرة وصلت لحاجة عالتاب فهيردت سألي بوضوحة أوكي طب هو التاب عليه فايل بي دي اف هو الفايل الوحيد اللي عليه باسورد على التاب يعني والفايل ده اسمه دافلز آي وأنا حسة إنه الفايل ده لي علاقة كبيرة قوي باللي بي حصل حسة؟ او حسة أنا معرفش الباسورد أكيد لو عرفت الباسورد كنت هفتحه وعرف في إيه وكنت حاجة يقولك لأنه أنا كمان من وصلحتي نعرف نوصل اللي حصل وضعي جدا إن حضرتها مقتنع إن درويش مالوش أي علاقة بالموضوع موسيقى موسيقى آه زكرا فاهيم عامل ايه؟ نمت كويس؟ نمت؟ آه باشا نمت كويس الحل دولي أبو أنا مانمتش كويس مش هتسأل ليه؟ ألي عايزة السؤالة باشا أكيد يعني من كتر الشغل اللي هيكون فعونك لا يا ببا يا مش من قدر الشهر أصلاً كنت بدعي لك عشان انت بقي بالنسبة لي متهم المسالي كل ما جي جاي صدير على إيه على ما أسك بالزبط يعني مثلاً لقى أنا عائلة غالبان من إسكندريا من شرطة اسمه خدر الأشعر لقى أنا مضروب برصاصة في نص دماغي لفينا وروحنا وجينا و... هو لقى أنا كنت مكلمة برضو أربعة خمس موعدة لنفس اللي أبنى صدفة والله العظيم يا باشا ما قتلته أنا مليش دعوة اثبت ومتقوليش بقى قام جديد قام جديد دي دا رجو العمال محترم وأثبت أنا ملوش أي علاقة بيك ورحمة أم يا باشا ورحمة أم هو اللي بعت لو واحد يخلص عليه مش أنا ليه أنا هحكي لساعتك صباح بخير صباح بخير فارد بي أيوة في حاجة آه بس مستر أم جديد تزيب نستنى حضرتك جوة دا جيئة امت لا؟ من حواره بساعة الطيب ببعتيني القهوة بتاعتي عالقومة حاضر دا ايه المفاجآت الحلوة على الصبح دي؟ انت عارف انها لا حلوة على حاجة انا عاوزك تركز معايا عشان اللي هقوله لك دا مهم جدا انا مركز وفايا قوي انت عملت ايه مع بتقول الأمن الوطني؟ أمن الوطني ايه؟ واضح ان الأمور بتوصلك بسرعة جدا ما انت عارف بلدنا بلدنا ميمة محدش بيسيب حد في حاله؟ هم استوجبوك رسمي؟ ما قدروش ما عندهمش على اي حاجة ولا عندوه؟ هم ولا انا بعمل ايه؟ انا جالك النهاردة مش في استشارة قانونية ولا حاجة لا عكس اللي هقوله لك ملوش اي علاقة بالقانون فضل تحت عمرك فضل سيد الغول الاسم دا عاوزوا يتمسح من كل السجلات الرسمية ما يبقالوش عصر ما يبقالوش وجود مين فضل دا؟ شمال من مين؟ مهمتي قدر تنفذ البولودك ولا أبا؟ انت متأكد ان اقدر عشان كده جيتلي للأسف فاهيم فراح فدايا راح فدايا يا باش يا والله العظيم اللي حكي تقولك دا هو اللي حصل بالزبط مصدقت مالله بس الحكامش كل انت قولته دا ما فدنيش بحاجة مش عارف اربط ما بين درويش قدرابه وامجة دين فكر كده يمكن تكون ناسي حاجة عايزنا من الحاجة دي مش عرف ساعتك انا ما سمعت اسم درويش دا على لسان امجة بيه الا يوم حادثة الوزيرة دا ساعتها حتى رجبه مليون عفريت ساعت ما شخصه وكل اللي طلبه اللي احنا روح نجيبهوله حي او ميت وانت طبعا ما سألتش عشانا ما تعودتش اسأل وانا بنفذ اوامره بس وحاسأل ليه في حاجة ما تخصنيش فلح فلح او انا بقى تخصك لوحدك ثانية واحدة باشا ثانية واحدة انا افتكرت حاجة مهمة جدا اليوم اللي كلفني بيه امجت بيه ان انا اجيبه درويش كلفني برضو ان انا اسأله على اسمه واحد مين ماهر سلمان الدخش ايوه باشا الدخش مهم ملك يا خي ما تاكل كويس انت بتاكلش ليه انا باكله انت نوابتك ليش لا انا عاملة ضاية كميائي دوس انت بس انت لسه مشاورك كتير انا الحمد لله الحمد لله ايه حسابك كم بقى حساب ايه الاكل ولا الشنطة كله يعني تصدق جرحتين يا ما صدقتيني مش فاهم ايه ايه او انا اخد برضو منك حساب اكل طب حساب الشنطة ايدهم بس عنوطة المكار بك يتفك نبقى نفوك الحساب انا عايز سألك السؤالة نرجس يعني اوه انت بتعميني معايا كده ليه كده ايه يعني اكله وشربه ومشاوير وعنوطة و انا الوفاء والقامل تعرف يا نرجس ايه انا دولة العكة ان انا فيها ليه كان بقالي معك الكلام تاني يا ريال يلا بقى خد الشنطة يلا عشان تلحق معاد الحفل باشي استنى منك تليفون قريب سيبيه على الله الله بقال بالسلامة الله يسلام الله يسلام ايه رأيك؟ بتاخدي ماما اول ما توقف على يدليها ان شاء الله بالسلامة وتسافروا على اي حتة ايه رأيك في بني؟ منها هي تريكاور؟ وانتي ترتاح شوية من واجع الدماغ ده تفتكري ينفع ابعد في الوضع ده؟ مينفعش ليه؟ الموضوع كله على بعض دلوقتي يبقى في الدين الداخلية وانتي قلت كل اللي عندك ما يتهيقليش يعني يا نهلة هيوقفوا التحقيقات لو انت سفرتلي كيومين؟ معاكي حق بلاس كمان حزم هينبسط جدا بفاكرة زي دين زي بكمين ده أنا دلوقتي واقولي لي اخبارك ايه؟ عامل ايه مع شام؟ ما بعملش حاجة هو اللي بيعمل خروجات، هدايا، فسح، واتساب، تليفونات وزن زن زن عشان موضوع الارتباط ده يعني انت بنت يلا؟ اه يلا ايه يا بنتي؟ انا متطلقة لسه ما كملتش سنة قلت كوني فاكرة الجواز بعد اطلاق حاجة سهلة كده هو انتي بنتي مش بتحبيه؟ ما انا كنت باعش اقباسي إيه اللي حصل؟ بصي التجربة أثبتت ان الموضوع مالوش علاقة لها بالحب وعلاها بالهدايا والدبديل والفصح والحاجات المطيفة بلاش تستعبطي بقى انا عارف ان الموضوع مش سهل بس مش الدرجاتي ايه ده ايه تليفون ده؟ انت غيرت رايمة موبايلك؟ لا ده موبايل تاني بس انت الخاطة ده مش مع حد غير واحد بس ألو؟ ازايك يا أستاذة؟ درويش؟ ايه طب ازاي؟ هو انت عربت؟ انا مطابعتش عليّ اصلا وما تسئلنيش هم عاملوا كده ليه لاني اكيد مش عارفوا طيب انت فين دلوقتي؟ مش مهم انا فين في المهم هشوفك ازاي؟ ما عايز تبقى تركزي ما عارفوا اللي هقوله قولك مين يعني هيكون عايز يغررهم؟ هم مش بيقولون انه ورهابي اكيد التنظيم بتاعه عايز يخلصهم وهو التنظيم بتاعه هو اللي وقف قدام منصور لما كان بيجيبهم من نازلة السمن؟ انا ساعتها شكت ان هم ممكن يكونوا تكلموا حد تاني عشان يجيب لهم التاب بس لا باللي حصل ده في جهة تانية خالص بتدور على الرجل ده زي أنا بالظبط ودخل معنا في سبب سببية بس يا حاسم مارش مش عارف بقى صحب ميسيو اسعد اه والله ماشي يا باش نعمل كده طبعا ماشي سلام هو مسعد عايزي ايه؟ نزل مصر وعايزي ابني كمان سعدي هم طيب وانت نو تعمل ايه؟ عبل بس اسمه انا عايز اتكلم القلاد تقول له خدمة اخيرة وقال له ميلاش انا عارف انه قده موسيقى 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 قدس أبونا الحمد لله على السلامة الله يسلمك يا حبيبي هو مش نيافتك برضو جاي مع الرحلة اللي جاية من أبراشية أسيط آه أبراشية آه أنا أنا أبراشية إيه؟ أسيط أسيط يعني أنا أنا أسيط أمال فين ولادنا؟ أولادكم أولادكم؟ لولاد بتوع الرحلة أيها هم هم جايين في القطر أسانا قلت أجي أجي بالبجو بقدري بقى كده شوية يعني أجي بقدري كده شوية أقعد بقى براحتي أصلي كده بقى يعني عارب بقى ما بيجوا بقى دوشيتهم بقى ودوشتهم بقى من الدوشة ووزي طوى ويعادوا أهللوا يعني كده بس هم هم بصراحة أولاد ناس بقى بس يعني ما تخافش يعني مش مش حقا سروح حاجة يعني مش حقا سروح حاجة هم قد سابونا الحمدلله على السلام لا الله يشأليمك يا حبيب موسيقى استغفر الله العظيم يا ابني ايه في ايه؟ لو سمحت يا ابونا انا انا عايز اعترف ها؟ ابونا ماتت مجاهش وانا مش قادر اشير الزن بيدا كله الواحدة انا لازم اعترف طب هو ماتت مجاهش ليه؟ مش عارف انا قاد مستنيه من صباحات ربنا ولا عارف اروح الشغل ولا عارف اروح البيت انا لازم اعترف ليه يا ابني تعترف بايه؟ انا انا خطيط يعني يعني في ايه؟ انا خطيط خطيطة كبيرة قوي يا ابونا ايو انا خطيط يعني 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 عملت ايه؟ انبارح في الشغل واحدة زملتي ابتسمتلي ابتسمة حينو قوي وانا بقى حسيت بحاجات هلو قوي هلو قوي وبعدين حصل وبعدين روحت البيت لقيت نفسي بفكر فيها طب طبيعي يا ابني طبيعي بيدام بيدام انت يعني حسيت بيها فلازم يعني ايه تفكر فيها ايه وبعدين حصل ايه؟ بس بس ايه؟ بس خلال يعني يعني بعد كده مثلا ما حصلش مكالمات اتصالات تلامسات يعني شيء شيء من هذا القبيل يعني لا 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 خالص يا ابونا ما حصلش اي حاجة غير اللي انا قلتلك عليه ده بس طب اوم روح ابني اوم روح اوم اه اوم روح فين اوم روح لامك اوم روح لامك اوم روح لامك امشي تكر على الله امشي ما هم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظم بتتعملي بتتحكي ماشي 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 يا سيدي حمد الله على السلام الله يسلمك متل ما بحب انا دايما رح ببتدي حديثي معك بطرفيك ماشي حلوي تتخيل اني انا طلعت من مطار بيروت بالطيارة بتلت شنت وصلت عمطار القاهرة طلعت بشنتين لا لا ايه ازاي كلام ده اللي عم تسمعون على كل ان انا راجعت راجعت شركة الطيران حولتني ع ادارة المطار راجعت ادارة المطار حولوني راجعوني ع شركة الطيران شركة الطيران حكيت مع بيروت بالنتاجة رعت الشنتة لا انت متشغلش بارك خالص بالموضوع ده انا اخلصوا لك لا لا ما تشغل بالك بها الشغلية تايدي اه اصلا شنتة تايفها وما فيها شيء نعم شو بتشربها هم قتلي دابل اس برسو كمان انا اعملهم اتنين ايه ايه قل لي شو صار بموضوع البت تمام شو هو اللي تمام كله تمام كله تمام كله تمام والبت شو صار فيه التاب هنجيبه هنجيبه كيف بدك تجيبه وهو صار بايد الامن الوطني هو هتكون مفتكر نحنا مش متابعين للموضوع يعني ولا ما اتمين فيه شو فيه موسيا يا صعد انا الموضوع كله تحت ايدي اسمعني منيحا نحنا لما اتفقنا كان اتفاقنا واضح وصريح وقربك من معالي الوزير المفترض يسهل مهمتك وبخلال اسبوع نستلم البت هلا صار ابعد عن ايدينا اه هو ظروف كلها تغيرت واعتقد انت شايف كواس جدا ان ظروف كلها تغيرت فعشان كده انا بطلب منك تديني مهلة اسبوع وابل نهاية المدة اتبعكم في يدك اسبوع انا رح بعطيك مهلة اسبوع بس مش مشان جيب البت رح بعطيك مهلة اسبوع اللي اترجع الديبوزيت اللي اخدته مني يعني ايه ازاي ما بتقول البلاي ستيشن game is over انتهت كما بتقوله عندكم بمصر خيرة بغير بدمتك هاي دي دابل ازراشو الكم افترق امتوني ازراشو الكم امتوني 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 موسيقى 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 psychopath موسيقى 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 في ايه؟ لا يا باشا لو انا مترقب تقولي لو انت شاكك في حاجة تخصيني يا باشا ممكن تحاولني التحقيق لكن شغل العال الصغارة ده مش من مقامكو يعني ايه ده يا حازم بيه؟ احنا بنأمنك وبعدين انت تنسيت ان انت جزب انت مع الوزيرة ولا ايه؟ طب ده نحى الشرك يلا تعال بقى امتع تزاك اللي زي دول ما يترقبوش بعربيات بالعكس بقى الذين زي حازم وقادهم دولة لازم يعرفون ان هم ياترقبو وعدك سمعت بنفسك اول ما خباله توتر والتوتر هيزود الغلطات وصد Virginia توتر%, نعم ماذا ما ل coherent Dia توتر اردن انطرعت الكنيسة؟ لا, ممكن تكون مسألة عندها مناسبة انكyticوض صحبته ممwhe من احدر الوداس مساء صحبط اشرف ايه؟ انت مش فهم يعنيه؟ لأ فاهم بس انت متخيال ان احنا ممكن نعمل ايه؟ نعمل إيه؟ أن ندخل الكنيسة ومتربعها لحد ما يطلع درويش يا سلام، عشان نحل عضيات الوزيرة فنلبس الوزارة كلها قضية فتنة طائفية يا عمنا، الرغل ده عرف هو بيعمل إيه كويس أوي الوجوده بره فدنا ولسه هيفتنا كتير قولي عشرة فيكم دخليك أنتك هيا مش مسابدة مفيش فايدة الفايد مش عايز يفتح أنا جربتك كل الباسورد اللي ماما ممكن تكون عملتها طواريخ ميلادنا، تليفوناتنا حتى عيد ميلاد خلت الله يا رحمة حطيته كم تجربت حطي طاريخ عيد ميلادي أنا ده هتحرج يا درويش محقوم الغلبي، الغلبي، عامل إيه يعني طب إنت دلوقتي مش بتقولي إن الستة الوالدة فائت الحمد لله كم مرة لها ونقلي على الجهاز ممكن لما تشوفه تفتكر أقول لك ما فتكرتش اسمه جوزي، أتفتكر الباسورد أنت عارف، الجهاز ده عايز مهندس أقلت كيش هترقبه علشان يعرف يفتحه بص، أنت تسيب لي الجهاز عشان أنا عارفها واحد ممكن يساعدنا في القصة دي لا لا، معلش، معلش سوري، لا 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 هو إيه اللي، لا لا سوري، وإنت تقفلها وبعدين تسيبني طب إنت عندك حد تعرفه، يعرف يحلها لنا أوه، معلوف، معلوف معلوف أدوري الأخيران شاء العلمين، خلاص بسرعه، أتسيب شيئاً يا أصر أعلم ركبش حمادة، ما تيجي يا فوش؟ بالليل إن شاء الله ماشا فوش، صباحة فول لفوش سوريا، بإجراء التسرع كنت كنت عن علي مني؟ كنت بدورة على بيت الحق عبدالله الصوت انتظروا مين يا عمي؟ قالوا لي ساكن هنا قالوا لي؟ انا فيش حد ساكن هنا بالإسفادات العصر بالدير تشكعوا مختلف رحت النهاردة لمدرسة وعملت حتة خنئة الولية البعيدة عايزة تزني بالواد طول الحصة عشان البرجل يكشي برجل يخزق لها عنيها البعيدة طب والله العظيم لو لم يستماح النهاردة شريتها من تحت إيدي لو كنت طلعت مصارين هكده بإسناني بس أنا بقى خايفة تستقصد الواد في الامتحانات تفتكر ممكن تعملها؟ فؤاد فؤاد صرحان في إيه من ساعة مجيد؟ أنا شفت زهرين ملاح وإنت نمت وإنت قاعد وأنا مش وقدة بالي ولا يا فؤاد نمت يا مارو أنا شفتو الجهد شفتو فين؟ هو أنا داخل الشارع متغيرش كتير أعز في عربية كبيرة كده شكله كده بجامد قوي من زي اللي حم تشوفهم في التلفزيون دو ما يا أخيك مني اللي اسم فاضل ده يحكيلك عنه مبارا فتقوم تشوفهم مهاردة؟ تمرتبينها مع بعض وما نلاقيه؟ بالعكس بقى أنا لما شفتو النهر ده اتأكدت إن عام الفاضل كان كلامه صح طب إلهي لعشان أصدقك يا فؤاد أقول لي كان دلوقتي عام الفاضل لما هارب من السجن بعشرين سنة كل ناس اللي افتكرته ميت وأول الناس دول كمين كان زهير دلوقتي لما حصلت حادثة الوزيرة عارف إن هو عايش في عشان كده جيحهم حولين المكان يعني أنت عايز تقول لي إن اسمه زهير ده بقى هيقعد مستني عشرين السنة لحد مفاضل يظهر ويبن ما عرفش بقى ما هو لو ما كانش كده يعني إلا يا خلي باشا جامد أول كده بعربيته السبعة متر يقف عن ناس يتحارطن ما قولك إيه أنا خدت نامرة عربيته ما هتعمل بها إيه؟ هديها اللي عم جيد جوز أختك خلي يجيب لنا قراره و لو لو ما عم جيد يسعل بقى هتقوله إيه بقى؟ هقوله هاي حال هقوله هقوله إن إحنا وإحنا خارجين من الشغل أخبطت واحد صاحبنا البري فرحتك يا فقد هاي اللي إنت عايز تعملي فهمت هتعملي إيه؟ فهمت لما نشوف بقى عين العفريت دي هتوصلنا الفين استني درويش استني إيه؟ هتعملي إيه؟ حصل لي وضع ربنا أكيد هو شايفنا وعلم بالضيئة اللي إحنا فيها ما تعطيش دقتك على دقتين أنا ربنا سمعني من زمان بس الظاهر إنه مش ناوي سمحني ليه بتقول كده يا درويش؟ يا ربنا حنين قوي مفرج وبيجي عالكل إلا أنا كل ما ده بالضيئ علي كنت فاكر زمان إنه بيخلص مني زمان في دنيتي يعني ما تصورتش إن زنبي هيبقى كبير قوي بالشكل ده قلت أه أنا عارف إن غلط أجرمت؟ أه أجرمت كنت فرحم بشبابي وفتحت سدري للغلط كنت عاوز أجيب قرش بإيدي كان كل خطة بخطيها كانت رجلية بتغرز أكتر وكل ما استقوى أغرز أكتر وأتعك أكتر وأكتر لحد ما فيه موليلة لقيت نفسي مشلول لما زهير ضرب نارع على فرض الأمن أنا تصمرت وأنت ده مش في الخطة ولما اندار ناحي الدسوقي وقتله قلت كنت ده طمع لكن ما كنتش يتصور أبداً أنه يتدور ناحيتي ويدرب عليها نار فوقت في المستشفى بعدها بأسبوعين لقيت إيديا ما تكلبشها بالحبيب والسلاح عليه بصماتي حاولت أفهمهم إن اللي عمل ده زهير ردوا علي وقالولي ما فيش حد اسم زهير خدت المؤبد وطلعت عالسجن ورديت إنه أتحاسب على اللي ما عملتوش ممكن يكون كفارة على اللي عملته في السجن زهير بعتلي حد علشان يقتني ولما فلت منه جات الرسالة واضحة طول ما انت في السجن يا فضلي أقول زهير هايبعت اللي يخلص عليك طب ديه ما أخذت كل حاجة وتبخر وأنا اللي لبست القضية الواحدة عازقتني ديه عازقتني ديه ده السؤال اللي مش لقي له إجابة لغاية دلوقتي ما لدرويش ده مين؟ ما عرفوش ولا عملي شفته بس يموتوا في السجن بقى كن نجدتي جات لي فكرة بدت شياطين ما بدل ورق بورقه بقى اللي مات في السجن وفض للغول واللي عربان ترويش درويش واللي ادى الفكرة بقى دي طولة العمرة ان المأمول ما كشفهاش عشان خاف انه يتحاسب عليها وقدرويش اللي مادة يعني ما مالوش الأهلي يسألوا عليه لا ليه أهلي ما رس فاكرين انه هربان وانت ازاي؟ ازاي كنت قدرت عيش باسم واحد ميت؟ واهله فاكرين انه عيش ازاي؟ مين قالك انه كنت عايش؟ انا عيشت عشرين سنة زي الوطاويت مبضل معيشي والنور عدوي حاجة الوحيدة بس اللي هاداني لها دميري انه اسأل عن اهل الميت اللي هاداني اسمه مجالك هيت؟ هي مرة واحدة ما كررت هاش ست غلبانة كده هاي اللي عندي يجي يجي سبع ثمان سنين ودي ليهم بقى من حوالة بعد هلهم كل شهر باللي فيه الاسمه يوصله لهم حد يبلغهم ان المبلغ ده من منطرف درويش طيب انت بتحكيني كل دليد الوقت يمكن عشان مش قادر هاشي تزمي اكتر من كده لا عارف همشي بيه ولا عادي لنزله بعملي اللي اتفعنا عليه وبكرا ان شاء الله هبأتصل لكي يوامل الحد دين ما يقلش تمانعا خمس تلاف جني وتقول ايه بقى لشوهب اللي وقعه بتلتميت جني بس اقول له ان انا هخرب بيت اهلك لو ما قلت ليش مين اللي جاب الجهاز ده يا معال الوزيرة عاجب حضم درويج الايباد ده والايباد ده مش بتاع حضرتك انا جايب اه ادي لي ساعتك وزيرة محترمة فيها من غيبوب عشان تقول لي انا عفريت عبداللي عالسلامة ساعتك عالف ومتأكد ان انا مش درويش شاف الرجل في الصورة ده في الجنب اللي يا رحمة لا اللي في الجنب خلص ده يبقى زهير الملاح انت مساحت اي ورقة لها علاقة بزهير الملاح النهاردة ممكن تتخلص من فضل بنفس الطريقة انا مجد يبديد ده رجل العم المحترم واسبت انا ملوش اي علاقة بيك ورحمة امي يا باشا ورحمة امي هو اللي بعت لواحد يخلص عليه مشاكل بقول لك يا دابلس انا عازب انا تخذيها هو امور يا عازب التابلت ده اتوصل لعم درويش التاب داود عمل ليه بقى درويش؟ فكر ان ياخد التاب ويرجعه ثاني في الست انا في النهاية بنجد بكتبة كبيرة اوي فلو المخاطرة دي محققتش اللي احنا عاوزينه هنخسر كتير اوي بدون مقابل تمكنت اجهزة الامن مساء اليوم من القبض على الارهابي درويش عبدربو ايو اماني انا درويش ازايك يا استاذة درويش؟ طب ازاي؟ هو انت عربت؟ انا مطابعتش علي اصلا مفيش فان دا الفان مش عايز يفتح انا بالربط كل الباسورد اللي ماما ممكن تكون عملتها بقاريخ ميلادنا تليفوناتنا حتى عيد ميلاد خلت اللي ارحمه حطيته واعتقد انت شايف كويس جدا الظروف كلها طغيرات فعشان كده انا بطلب منه بتديني مهلة اسبوع وقابل نهاية المدة التابع يكون في داود انا بطلب منه وقابل انت مصرا وقابل انت انا بطلب منه مهر مش هنك يعني ايه؟ المنطقة بيقول ان ربعة ايام حصل اشتباه كده بدون مهر ما بين بلتجيه في عربيتين ووضح ان الضرفين كانوا عايزين مهر او اللي معان واللي معا دول هم مين؟ هم بيولو كان معاه بنته وجوزها وعافيه دول واثنين تانين مع رأفهمش بول بلتجيه بقى اللي طاشوا مع بعض دول تروا طبعا مين؟ هو الواضح من كلام الناس اللي هنوش في بلتجيه شوالع دين الكلام كان عن عارضية طييلة واسلاح متطورة دول حتى كانوا مسامين حرب يوم التلاثة حرب يوم التلاثة؟ وانحن بقى ما نجدل في الحرب دين؟ ولا احنا اصحين ايام اربع ولا ايه؟ هم يعني ماهر ولا معاة صفه صح؟ لا يا فاندم هل المنطقة بيقولوا انهم يستغلوا في السلاك الترفين وزواء في النص؟ هم مش هواه فضل لوك حتهم رفي موسيقى 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 دي لقل يتلغي حازك الرجل ده عبيت قالته عايز يلغي الديل بس ده كمان عايزنا نرجع له الدبوز يا سلام وانت هتعمل كده ولا ايه؟ ليه؟ احنا مش دورنا واشتغلنا مش كله دي مصاريف شفت؟ هو ده اللي كنت عايزة فهمولك من زمان بس انت مفهمتنيش تفهمني ايه؟ الراجل كان في ايدينا اكتر من مرة وانت اللي فردت فيه بسبب السانيورة ما تحتلل نفسك يا ادهل دي مراتي ماشي بس افتكر بقى يا حبيبي احنا لبسنا صح؟ بسبب المدام الراجل ده طوب الارض بيدوروا عليه ومش عارفين يجيبوا لعلمك بقى احنا لو كنا دوسنا زيادة كان ممكن نتلط يا حبيبي احنا طلطينها من زمان اول والخطر حولنا من كل ناحية تعرف بعد كل اللي احنا عملنا ده هنطلع يا حبيبي ان المولد بلا حمص ماشي يحصل هنكمل الدين ازاي؟ لو طلع اللي في الدماغي صح يبقى انا عرفتهم عايزين التبليم كل الأ utilization يانا انا اطلع من بتاقونة وتراميت في النيلة دى وصبر وسكتة عايزي ان اطلع من هنا على اسكان الشباب تعال افتح يا مصح يا زياد عموماً ياختي فكري إن شاء الله تقدر لك الشقة وتسقعيها الإسكان هو اللي بيتكسب الليمان دول السلام عليكم تأخرت ليه يا عبد المجيد ده أنا يا أخي قاعدة مستنياك من الصبح والعلب ينعاسه طيب يلا بينا يا ست يلا يا علا عشان نامشي يلا صحيح يا مروة إيه لما في وقت يجي يبي خليه بشر صاحبه عارفة نمرة العربية اللي ادى هنا عشان خاطر أسأل عليها في المرور تلقات بتاعت نين بتاعت مين أمجل الديب مين يا أخي يا أمجل الديب ده أمجل الديب يا مروة إنت مش عايشة في الدنيا ولا إيه؟ ده واحد من كبار ريال الأعمال كريمة الكريمة أيوة بيشتغل إيه كريمة الكريمة ده؟ قولي ما بيشتغلش إيه؟ ده عنده مصانع أراضي كنباوندات نصيحت لي فؤاده وصاحبه يروحوا يتصفوا معايا ويحلوها ودي وهو أكيد هيراضيهم إحنا فين والناس دي فين يا عبد المجيد؟ انت بتكلمي صح؟ بس الناس دي ما بتحبش الشوشرة وأكيد الرجل هيلم موضوع قوام قوام وهيرميل قرشين ويبقى حلوانها أحسن منها صح؟ حلوانها أحسن منها العiéni ها سيلينا لحد ما الشاي ييجي تحكي عش tota هو رزياد قام سأجلك أعز نحكي عنيها بالظبط ع pinpoint النوارد يا فهيني ما انت كل ما جيلك تشتغلني. ما قلت ليش لي ان درويش عبدالربو كان مستخبي عند مهر الدغش. تعرفت ازاي باشا? احنا ملحناش نحط ايدنا عليه. فجأة كده ظهر لنا رجالة من تحت الارض كده نازين من العربية السودة. وضربوا علينا نار. فاحنا اضطرنا ان احنا نتعامل معاهم يعني. ودور مين بقى بلطجية تبع مهر ولا ايه? لا يا باشا بلطجية ايه. ده عيال مضطربة كويس على محترفين يعني. وكان معاهم حديتين سلاح جمدين. ودور ايش اقو كده في كل اللاك لله? وانش عارف باشا وضلا حصل يعني بس اه. الزهر اما كانوا عايزين يروح اجيبوا درويش اه حي. اه. طيب وانتو ماشا الله جيشين كده يعني درويش يزوه منكو ازاي? يعني باشا اكيد في وسط الدرب ده كله يعني اعرف يزوه. اه. طيب هتفتكر بقى اوصاف العربية ولا هتقول لي انسيت وتفتكرها بحديدة البكرة. اوه. انا فاكرها باشا فاكرها. هي عربية سودة كبيرة كده يعني. انا منشوفش زيها كتير في الشارع. ده انا يعني استغربت ان الرصاص بيخرم فيها يعني انا كنت فاكرة ما صفحها اساسا. يا فؤاد يا فؤاد بيقول لك الرجل اسمه زهير ده وقت بيلعب بالفلوس لعب يعني مش هيخسر اي حاجة لما دينا شوية فلوس ولا ابي بيوها لوش الدنيا وهيدينا فلوس بعمرة اي يعني يا ماروه بعمرة الرجل اللي واقعت فوق ده هو تليفون سواء نقوله انه هو هنا عايزين اخدر بحمل فضل انت بان عليك الجننت الجننت اي فؤاد كده كده زهير هيوصل لفضل هيوصل ولما وصلهش دلوقتي هيعف في ايدي الحكومة وساعتها بقى يا حليولك تعالى ما انت متسطر عليه انتب نامي يا ماروه نامي ربنا يهديك عشان انا مش هبيعه صاحب ابوك صاحب ابوك ايه اكسم باللاق ابوك لو كان عايش لغد دلوقتي لكن هو اللي راح بلغ عنه قلتلك عم فضل بريق والله العظيم انت اللي بريق وطول عملك بتشتغل في الخسارة بقولك يا فؤاد اسمع مني هو تليفون صغير كده للي اسم زهير ده وساعتها بقى نقبق على وش الدنيا وانهيش بقى يا فؤاد اسمع مني هم اصلا زرمت بعض خليهم بقى يتصافي مع بعض يا فؤاد تب اتخيم دي بقى نامي اللي احسن والله العظيم للروح كلوم بك انه هاردة بالهدوم اللي عليك بلاش عارف اهو يا عبد نفس الموصفات اللي قال عليها الوقت شهاب هيدي العربية اللي كان بتجري وراه هو درويش باسكندرية ما كانوش بيضغره على درويش كانو بيضغره على التاب مين بقى لي مع فلوس كتير وعربية زي دي وعال محترفة بسلح متطور وبيضغره على التاب اكيد هو نفس الشخص اللي سرق الحرز بتاع التاب احبه كنت معي على الخبر يلقى كده دخلوا القفص برجليهم صدق ان الوقت شهاب ده او اطلع عقدة واحد في الاضيه ديت لحد دلوقتي كل كلام مصاحبه بش حاجة خيشي من اول موضوع التاب لحد موضوع لقمين خضر دلوقتي موضوع العربية الواد ده او اشرف فانا عايزة اديره نشان نشان مرة واحدة خلاص يا اشرف يديره اسبوع احتياطية ما قلت ليش يعني عملتي انبارح مع الجماعة بتول امن الوطن اولا حقا روحت لهم وقلت لهم على موضوع المفعل اللي لقيته حتى فيش كتيت يعني طب وهم قالوا لك ايه قالوا لي هنبقى نشوفه انه التعليك مم مبتليش سيرة يعني فاكرا الكلام ده كان مبارح وبعدها انا انشغلت لاني عديت عند ريهام وامانا ما عادش وقت حياته وبعدين لجعت كنت تعبانة دخلت لانت ما كنتش انت لسه وصلت البيت مم ويكن من فيش كتيت هيا ايه اذا الموضوع طلى الكبير اوى حازم في ايه الجلاد عارف مين اللي كان عايز هرب درويش من عربية الترحيلات مين امجد الديب امجد الديب والموضوع في كمان امجد الديب هو درويش ده جنس ملته ايه على فكرة ممكن تكون رجال تبديه بها اللي وقفت لمنصور فنزلت في السنان أكيد هم ما هو لو مش هم بقى يبقى درويش ده مطلوب بالمافيا المهم خنعملي دلوقتي يا حازم بقولك سلام دلوقتي ان الكلام في المكتب أحصل ماشي سلام صباحك خير يا أستاذة ما عليش أنا عارف اني بطوصت بك بدل شوية تطمينيني أعملتي إيه في اللي تفان عليم بارح طب الحمد لله الحمد لله لما قابلك بقى هو لما جيب حتصل بك تاني إن شاء الله مع السلام شكيني عالصول لا عافوة أستاذ بتعرف اني بتشبه عليك ناسي دي نخلق من الشبه البعيد آه موسيقى اللي سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله من فضلك أنا كنت عايزة أقابل أمجة ببيت ديب في معتشابة؟ الحقيقة لا بس هو أنا عايزة في موضوع ضروري جداً الحقيقة هو لازم معتشابة؟ لا لو أنت خلي بس حد يبلغه عشان موضوع اللي أنا عايزة ما استحملش تأجيل أو هقولك قوله إن أنا عايزة بخصوص فضل الغول طيب أيوة يا فندي في واحدة موجودة عايزة تقابل حضرتك بخصوص واحد اسمه فضل الغول تمام يا فندي تمام للأسف مش حينفع دي أنا عايزة تقلت له يعني عايزة مش حينفع عابله يعني؟ آه مش حينفع وما ينفعش الطاقتل غير العمريبي تفضلي أبين زين وأجرى البخط والمكتوب أبين زين وأجرى الكف والمكتوب هاهاها للا أخدي لك أوتجر دير كده يطر على قلبك أنا ما باكل صحت هات يدك أجرى لك بختك ارتاح البال على يد ضغتك ده والنابي جرب وشوف ارتاح الجلب الملهوف بلع تجايا ببيع المياه في حرط السقين ولا إيه؟ هات يدك إنت عطتني وكلك وهتاخد بطمن حاجك مال هرغي بسم الله الرحمن الرحيم صلي على رسول الله علي أفضل الصلاة والسلام فانت زار معاد مهم بإذن الله يتم ايه؟ ايه حلولي كما الراجل كما الراجل اللي برا ده عنده معا والمعالم ده عنده معا وأنا كان عندي معاة مبارح ومعاد أول مبارح ايه؟ جبتي اتايها يعني؟ شش جواك مرار كتير؟ وشايل من الهم كتير؟ اه وحطت فضافي مونكير كرية ست انت انت طالعاني من ألف ليلا وليلا ولا ايه؟ عايزة فبريكيها فبريكيها بمعلمة ولاش تخش عليها كده بأمور النصب دي؟ انا ما بنصب يا صاحب الفضل والتفضيل عسى ربك يقبل منك دعوت المظلوم وينكتب لك البراءة في كل ساعة ويوم بحق من أقسم بالسماء والطارق وما قد راك ما تطارق نعمة تظن بها يهتدي فؤادك وينصلح حالك لكن صاحب الكون هو جادر على انه ينور بصرتك بين الظهر والظهير شكرا لك يا ابن الكرام وان كان الشكر لله وحده لزام وما عليك مني إلا السلام السلام عليكم عليكم والسلام ابن كنا شاها يا فهد دي شي ايه يا ابن دا شي ايه هاتس احلب هاتلي بانذكر هات اي حاج لا اله إلا الله صباح الخير يا مي صباح الخير انت لسه هنا اشتقارتك نزلت احلاء انا مستيك واحدة النهاردة ليه؟ ايه اللي حصل؟ ما انت كل يوم بتاملى البيت داوش عشان تروح شركتك قبل الموظفين جواز حيغيرك ولا ايه؟ نعم جواز اللي غيره العلمي كان اللي هغير الجواز تب تحلم شوف وراح فين متأخر كده؟ مفيش عندي طلعية معاينة كده لكلان جديدة ما هي اما زبونة تقيلة قوي؟ يا اما حلوة قوي؟ ليه اتنين يا نوني؟ والله من ناحية حلوة ما قدرش انكر بس ده من ناحية برضه من ناحية زبونة تقيلة عندها شركة انتيريور ديزاينز وعايزان اعمل لها بقى نتورك وسيكوريتي سيستم وكده انتيريور ديزاين؟ طب وحايزة تعمل سيكوريتي سيستم ليه؟ ده هما دول اللي محتاجين سيكوريتي سيستم مني دلوقتي ديزينات دي بتتبعها بملاقيين وحتى لو مش هتتبعها اي عاجل دلوقتي في تالتة بتداء يدخل يهاكي النتورك عندها ويرمي ديزينات دي كلها على النت ويخسرها شائع ومرأة كله حد هيروح معاك؟ هاخد حد معايا ياما بدا هروح لي واحدة طب كنت عايزة تطمن عليك بس لا تطميني طب مش تفتر لأول؟ لا يلا بعدين بقولك عندي طلع عنوني يلا بايبان يا حبيبي شوك بالليل ان شاء الله على مهلك بدخل كنت عزم باي؟ في زباط في القرارش زباط باي؟ عم نواطع عم نواطع طب اهي يا كريم باي؟ انت وانا قلتوا المرور هنا ولا ايه؟ حيوة العربية دي بتبرو ما شاء الله ايه؟ شاريت؟ يا ريت بس منين يا ادهان باشك؟ بتهيالي انت قدر حد بمرتبات الشرطة صح؟ لا هو واضح ان الشرطة بقى معجبة بيها جدا يوم في بيتي ويوم في مكتبي يوم هنا في الجراج هو انتوا بتحققوا فيه بالظبط يا جيش؟ هو مش غريبة شوية ان عربية مهمات خطرة زي دي ما بقاش فيها خبطة كده ولا كده متحقت؟ ايوة بس يبقى ابن حكاء عشان العين ما تتفضلها باش وقت عندي في المكتب تاخدوا اهواتكو وتدخلوا المكتب من بابو عشان منظر العين بس لا معلش يا حزن بي مرة ثانية بس احنا كنا معدين من هنا اولين يجي نسلم مع السلامة يالله اصر سلام مش هيبطلوا ان اخباروا وراء بتكريل الفتنة اخوهم بتحطي نفسك مكانهم انت طرف بيفكروا فيه ايوة تبكي العربية فين تبكي العربية فين تبكي العربية فين اهلا تفضل باش مهتزي زعيك اتخارت اول حاجة؟ لا لا خالص يوم عادك بالضبط تبكي العربية فين 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 ايوة إن أهو أهو كنت بدور على واحد اسمه اسمه زهير زهير الملاح كلام ده بنعمت أول مبارح أول مبارح الزهال والحكومة قبض عليه من ثالث أيام لا ما هو إحنا كنفاكين زي حضرتك كده بس إحنا فجأتها لقى إنا راجع البيت ولا تقبض عليه ولا أي حاج هو فين دلوقتي؟ الله هي معرفة بس أنا أول ما هلمح ونهاجي أقول لك على طول بس وإنت بقى حضرتك كاني واتنسانيش فانا أنا عايزة حطت شقة صغيرة كده في الكمبارد بتحضرتك ده قتلمي في أنا وعيالي فايز أو أمرك يا باشو فادر بيتس دي ودوها الكمبارد تختار الشقة اللي تعجبها واكتبولها عقد وبعد كده بشوها ما يكرمك يا رب يسترها معاك اسمعني من فضلك يا باش مهندس يعني بالعقل كده هو درويش لو مش بريل كنت أنا عبقى قاعدة معاد الوقتي في مكتبي وهو متهم بمحاول التغتيال والدتي أنا ما قلتش بريق ولا مزنب أنا مش حينفع أكون موجود هنا أكتر من كده ومش حادر أساعده بحاجة يا سيدي أنا كمان محتاج تساعدني والله زي ما هو بزبط محتاج مساعدتك وبعدين الراجل في ظل الظروف اللي مر بيها دي كلها لما حاول يلجأ لحد ما لقاش غيرك ياسق فيه متأسف يا باش مهندس يعني عطرتك يعني يجي وسبع سنين تعرفني يعني ضغير مؤخذ يعني شفت مني حاجة وحشة أنا موتش كده عامد الرويش بس عامد الرويش أنا أمي ملهاش غيري فأرجوك راي موقفي أنا معاك يمكن كنت تكون حضرتك يعني متدايق من الطريقة اللي احنا جبناك بيها بس والله العظيم يعني لأن اللي طربك فيه مش حاجة كبيرة يعني يعني هي حاجة صغيرك بس أنا ما صقش في حد غيرك يعملها يعني إيه الحاجة دي عامد الرويش؟ زي ما هو حكا لك بالظبط القصة كلها في التاب التاب عليه فايل مقفول بباسورد حاولت أفتحه ومعرفتش أعتقد إن الفايل ده فيه سر براء الدرويش وحل القضية كلها ماشي والمطلوب مني برضو المطلوب بقى محردك إنك تطفش لنا الملف ده من عالجهاز من غير يعني بغير مؤخذ يعني من غير الباسورد عامد الرويش انت فهم غلط والله لا تطفش قوي أنا رجل بتاع security system نتورك ماشي مش بتاع الكلام ده الله العظيم انت بتاع كله كتاب الله بتاع كله وربنا شوف أنا يعني يعني تعملت مع ناس كتيرة في الشيء مننا دي وحزت جلال الله أنا ما شفت في بر مصر كله حد مخه في رضافة مخك الله العظيم أستاذة عبقري 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 ماشي عامد الرويش نوعي الفايل ده PDF كمان؟ اه هي هي مال هو حش ده وحش مورش بس يعني أنا ممكن أحاول برضو عامد الرويش بس أكيد مش عارف أحاوله هو عالتال ولو ممكن أوصله على الليبتوب عندي هم هوايا ما أعطينا الوصلة بتاع تتجاهز هلا أستاذة عبقري شوف محدش عمالة غيرك عبقري ربنا ربنا عبقري ربنا أخديك يا ربنا والسادة والفايل بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كنت فين يا مارو؟ والعلف إيه؟ كنت في مشوار مع حياة وخيتي تعد تاخدهم من المدرسة يقضوا عندها الأجهزة النهاردة يا سلاة وإيه المشوار اللي خد ليه بطوله ده يعني أنا مش فيه؟ روح تقدم على شقة في إسكان الشباب يمكن ربنا بيع ياخد بأيدينا ويطلعنا من القرف اللي احنا فيه ده بنا أهديكي ايه؟ لسه برضو؟ مفيش؟ باسورد مش راضي تتفك تالت صوفت ويرا جربوه مش راضية مش مهم يا أخي تنفك جرب تتعافى عليه كده؟ افسخه افسخه ونخلص عمدرويش افسخ ايه يا عمدرويش؟ افسخ أمه افسخه جلوه كلون باب شقة يا عمدرويش الموضوع معقد والله معقد طيب طيب مش ممكن احنا نعمل داونود لأي صوفت وير جديد يعني أحسن شوية؟ حتى لو هنشتري بفلوس مش مشكلة؟ ماشي مش مشكلة فلوس بس يا الفكرة ان اي صوفت وير بيشتغل بطريقة ان هو بيجرب اكتر من عدد من الباسورد كل ثانية لغاية ما تيجي معابق الباسورد الصح لكن المشكلة اللي متنايل عامل الباسورد دي مصحابها ومعقدها زنها لزوم يعني مش بعيد يكون عاملها قصيدة شعر للمتنبي مثلا طيب ما قاله دا افتع جوجل ماشي ونازلت كل القصاد المتنبي واندوروا فيها تنبي ايه عامل درويش بس استنى بس ونبقى عامل درويش قصاد متنبي قصاد ايه ايه يعني قصاد جامدة بس حلوة وكلها عزة قصاد ايه عامل درويش انا رايحك انا درويش ايه بس اضرب اخر محاولة كده يا رب هيا دايما ان شاء الله اخر محاولة دي اللي بتبقى انجح محاولة بتبقى كده دور اخوها دور ما قاله خالدة بقى باش ماندورسة معلش ايه ايه اللداتة اللي عليه يعني اه ايه اعمش عرفها بالزبط بس يعني اكيد حاجاليه علاقة بشغل ماما يعني حاجات طبية مسلا فيش فائدة الخوف بقى ليكون اللي عامل الباسورد دي اصلا عاملها بلغة غير اللي احنا نعرفه اساسا اللغة ايه يعني جريجي مسلا يا ريت جريجي عام درويش ماولا اللي عاملها يا رجل بيشتغل في المجال الطبى ممكن او يكون اعملها باللاتيني وفي الحالة دي مفيش اي سوفت وير هتوقعها لا انا اتوقع بقى انا اتوقع اي حاجة من الجهاز ابنتجاز بقى انا اتوقع منه اي حاجة الجهاز ده طيب الحل ايه دلوقتي الحل ايه طب احنا عشان نبعملين اكتر خلينا نرجع حطول ورا يعني لو الفايل ده عليه حاجات تخص التب اكيد ما كانش PDF من الاول اكيد كان ليه اي اكستنشن تاني كان ورد كينوت باوربوينت مثلا يا دي المصيبة الصلاة يا دي المصيبة الصلاة انا كده دم اتفرق بين مصرحات الكمبيوتر براحة بس فاهمنا واحدة واحدة الله خليك عمد درويش هو يوصد يقول اصل الفايل اوكي مش مظبوط كده طيب انا دلوقتي فتحت اللابتوب بتاع ماما وما لقيتش في اي حاجة بالاسم ده نعمل ايه ما قولوا الفايل ده مش متاع والنتج يبقى اكيد يتبقى تلاقي على الميل باي شكل مصر خلاش ندوره هناك يا سيدي انا ممعيش الباسورد يا خرابي السلطنية السلطنية يا ربي يا رب انا كل خرابة اطلعلي فيها باسورد ده مصيبة ايه دي باش مهندس بيتهايلي بقى دي منطقتك مش مش فاهم بس قصدك ايه ماليش النتورك لعبتك يعني اكيد مش صعب عليك انك تفتح الايميل بتاع ماما ده انت فاهمها غلط ده حد كده وكفية جدا انا باش مهندسة ده شغلة هاكر اذا انت جاباني هاك عايزاني هاك ميل بتاع وزيره في الحكومة يا باش مهندسة ده امن قومي عارف يعني ايه حتى لو بطلب من بنت الوزيره شخصيا ماينفعش ماشي يعني دلوقتي ايه الحل هنفضل قاعدين عامين كده عندك حل تاني يقوله بس ايه لا ما عندش حل ايه 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 عم طار يا الله خليك باش مهندس احنا بس احنا بس نتبقى حاجة الوجه الله سبحانه وتعالى كده يمكن نفك ام النحس اللي احنا فيه ده ايه حاجة نتبقى ان شاء الله حتى رب ان شاء الله ارنب ايه حاجة ان شاء الله هنلاقيها ايه ده بس ايه ده بس ماينه قصاد المتنبي ما كنا كنا جربنه ما مدربش يا ولاد اللاعب خلونا اتدورنا وراحوا كلموا راجل بتاع التوكيل وزبطوها مع بعض اللي زي ده مش محتاج يتزبط ده اكيد متعاود ينظف وراهم اول باول يعني ايه؟ يعني ايه يا اشرف؟ ماذا خلاص هم بقفولنا يعني؟ لا يا عم اكيد لا بقولك هي العربية دي فيها جي بي اس صح؟ اه خلاص احنا نفرغ الدات اللي فيه دي اكيد مش هيقدروا يلعبوا فيها الا بقى لو كانوا اشتروا الشركة اللي عملت العربية نفسها فقد دهال في واحد هازي يابل سياد تكبر يا بش بيقول عنده معلمات عن دروش عبد الرب دخلوا بسرعة دخلوا بسرعة دخلوا بسرعة موسيقى ما قلتلك ما فيش حاجة تقف قدامنا يا ام جبي خصوصا اذا كانت تمس حبيبي واحنا عادين هنا في فريق كامل بيقلب الدنيا على كل حاجة تخص فضل الرب المهم تتمسح وبقى أسرع وقت دي أمرها سهل المسائل الحكومية دي في جيبي من وزارة الداخلية للسجل المدني لمصلحة السجون تابل غير حكومية احنا ملنا بيها لكن ما اهمكش أي حاجة هتظهر هنسفها لك حتى لو كان اشتراك نادي الورق مقدورها ليه لكن في حاجة مقدرش هتصرف لك فيها أبدا البني آدم لأنه زي الشجر الشجر مش ورق وبس كل بني آدم ليه جدر وفروق ونقلعت الجدور وسقط الورق هتبقى الفروق وفضل لسه ليه فرع أخير إن حبيت تمحيه من على وش الأرض لازم تمحي معاه آخر فرع شايل اسمك مدانيسي أعرف انت زي وثق فيه قوي كده مش لكن قيبي حتى أردني زي ما قط ليش إن داروية عبدالربو كان مستخبعة عند ما نريد درجة اسمع مني هو تليفون صغير كده للإسم الزهير ده وساعتها بقى نقبع على وش الدنيا ولا هيش بقى يا فؤاد عارف مين اللي كان عايز هرب درويش من عربية الترحيلات مين؟ أمجد الدين من فضلك أنا كنت عايزة قابل أمجد الدين في معاك سابق؟ جرب وشوف ارتاح الجلب الملهوف بلح تجاي تبيع المياه في حرط الساقيين ولا ايه؟ عسى ربك يقبل منك دعوة المظلوم وينكتب لك البراءة في كل ساعة ويوم يوم في بيتي ويوم في محتبي يوم هنا في الجراج هو أنتوا بتحققوا فيه بالزبط نيش حبا مش غريبة شوية إن عربية الترحيلات خطرة زي دي لا بقاش فيها خبطة كده ولا كده تفاهمها هلط بحد كده وكفاءة جده أنا مش مهندسة ده شغل هاكرز انت جاباني هاك عايزاني هاك ميل بتاع وزيرها في الحكومة يا عم طارق أخي ده مش مهندسة أنا بس أنا بس نتبقى حاجة الوجب يا سبحانه وتعالى كده يمكن نفك أم النحس اللي احنا فيه ده أي حاجة نتبقى إن شاء الله حتى ربي إن شاء الله أهرنا بأي حاجة أنا نفسي أعرف أنت زي وثق فيه قوي كده زي ما قلت لك أنا شغلتي الورقة ورقة تظهر أريحك من قضي ورقة تختفي أريحك من صاحبها غير الورقة مش سكتي إن كان على ورق فضل أنا هخلصت منه في غمضة عيني إنما موضوع ابنه ده مش عندي على قولي تهد حاجة كده تمام وليس موضوع ابنه ده سجولي أنا هعرف تصرفي أنا مش عارف الموضوع إيه لكن على رأي الدكترة الوقاية خير من الهجاب أتمنى بلاش العنف بلاش السلام السلام باشا ألو حصل إيه؟ مفيش جديد يا رايس أنا معسكر له على ناصة الشارع والردالة وقفة على أشارع السنة لما يدخل وبعد يخلصوا أو أمرك؟ خلصوا على كله مفهومة رايس مفهومة رايس مفهومة رايس ما هي أنا ما بفهمش فيه يعني فالسؤالة يعني إنه فخمه ما تعوف فيه ومصروف عليه يعني زهر إنه حضرتك شطرة شاكرة قوي حان مجاملة يا رب بقى نسق فيا ربع ساقتك في ابنك البش مهندس أوعي أرجوك يا أستاذة خلي بالك أوعي تجيبي سيرة ابني دي قدامه أنا بالنسبة له عم درويش صاحب السايبر اللي بيجي يصير عنده الكمبيوترات كل أول شهر ويشتري منه شوية إكسسورات ويمشي ما تقلقش يا درويش قاعد قاعد أنا فهمه أنا فهم الموقف كويس بس بس بصراحة فيه سؤال مجنيني يعني أنا نفسي أعرف حاجة هو إزاي يعيش عمه دا كله من غير ما يفكر يشوف ابو عمه ما سأل عنك عين ويع الدنيا لأ نفسه من هرهم زي بقيت مع عين نفسي المعانية كان لازم الناس ألي طب واللي سألهم ردوا قالولو إيه ردوا عليه بالجواب اللي ما يحوروش وفي نفسه اللي هتين فعي تسدد أبوك كان معتقل سياسي ومات في السجن طب طب يعني عمره حتى ما سأل على صورة لك كانوا بردوا عاملين حسب لما سألهم عن صور لي قالولو صور أبوك وراحت في البيت اللي تهد بتاع السككينة بتي بتعني كوليدا أستاذا لا يا درويش شو الله لما ربنا سبحانه وتعالى يرزوك هتعرف يعني حتى منك بتجري على الأرض قدامك تملى الدنيا فرحة وتنطيط من حواليك طبعا منها خمالة شوفته فيها وهو زغير كان نايم وحطت إيدي لاتنين كلا تحتخدوه كان بينام لي ما أنا بنام بزبط كنت بخاف عليه من هوا الطاية كان نفسي نفسي ملي إيدي على الأمر كده واجبله حتى منه عشان أعمل له مستقبله فجأة لاجيت نفسي ولا الشمس واتحرمت من أعز ما أملك فيما يكون حد بناله بيت من وراء ويجوم شوية هوا وطاي عروف ثانية ويغم إن أنا أعربت بالسجن إلا إني لقيتني بزج النفسي بالحروب أكتر وأكتر عايش عشان ما يجيش في يوم ما شوفوش في يوم بيتبرى مني ما شوفوش كل الفترة دي ربانا يا رد لونيو تربى بييد عني عشان عشان ما أخدش حظي من الدنيا كان نفسي شوفوه بيجوار قدامين مني فينا يملى الدنيا فرحة وي ما عرفش أغمنش قوتو أوقتي كده فأنزل أرباط برباط جزمتهم وهو نازل أول يوم أروح المدرسة أشيله على كتافي كده أخش بيدي ستان واللتحادل 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 ما كفو في كف كده وأنا خارج بيه من صنات الجمعة واللما شوفو بقى بيحاجز بيت الجنالة أقول له أقول له ذاكر يا بني الكلب وأقول له دايما دايما بقى بقى محفظتي وأقول له ليه يا أم تقول لي سيمان وأنا أقول لها سكوتي أقول ليه سكوتي ما عايزي بقى بكر لا أشف عشان كده فتحت سايبر كان نفسي ألمسه أشمه أسمع صوته وأول ما عرفت أنه مهندس كمبيوتر وفتع الشركة بتاعتك جبت ضرف محل السمت بالشوال واشتغلت في حاجة أمري ما سمعت عادة عشان بس يبقى فيه بقى فيه حاجة تربطني بيه ولو من دعيه أنا راضي أنا راضي باعقاب ربنا ليه في كل حال بس العقاب ده بالذات كانت جديد أو كانت جديد أوي قل له أستاذة ما زيل أنت عشان لو فيه حد مرأبك ولا حاجة ينصرف وراك طيب و أنت يدرويش أنا أخرج بمطرع ما دخلت خلي بالك أنت على نفسك ما تنسيش اللي اتفاقنا عليه معه طاليا كي لاش أنا هكلمه و أثبت المعد معي اتبلك عن نفسك خلي موسيقى 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 أنا اللي رحت اجيب درويش بموران انت بقى كنت عمل له مفاجئة الفالنتين لا يا بشر اللي عملاء دي كانت الحساب الخاص بس خيشت مني ودرويش هرب على اخر لحظة بعد ما عربية تلطط حذن به راجل المضيفة مالوش علاقه بالموضوع ده خالص طبع طبع لا بأحذن كويس دلتامن العملاء دي حساب مين قم جد بالضيبة ايه مينة هات ماشا لا وحد وحدة كده هو اللي بتعمل عملية دي اتاني لحسابي امجد الديب يا باشا رجل الاعمال المشهورة هو اللي عرفت مكان درويش وهو اللي بعتنا جيبه والله انت اللي باشا يعني انت عايز تفهمني ان انت تعرف امجد الديب شخصيا ها بصراحة يا باشا انا مش عطوش للمرة واحدة بس بس كان فيه وسطنا بيننا وهو اللي بتعمل معي و امجد الديب عاوز ام درويش ما عرفش يا باشا انا كنت منافذ بس بس فيه حاجة و انا رايح اجيب درويش بتلوا عليا ناس بالعربية و ضربوا عليا مورا وهو ده اللي بقى وزن عملية و رحت اصلح العربية بعد كده من ورا حزن بها عشان ما يحسش باي حاجة وصير من فقرة الحالق الزناية ببرنامجنا اشرف و معانا انا نصور رجل بلطاجئ محترم والحمد لله لسه ابو الخير ويفكر في الرجل الطاهر اللي كان شغال معاه وش عايز لي بسهاره انا هيسقف لك وديكي يندهب في اخر الحلقة يا باش انا مكتش هتكلم بس ما ينفعش الرجل اللي ماني من الشارع والحم اكتفي من خيره يتضرب سببين جميلة منصور جميلة انت والله انا حاسس ان احنا تصرعنا في الموضوع ده حازن ايه ام ادى ما انت علبك خفيف كده ليه؟ ما تنشف كده شوية ده اسمه تخفيف احمال لازم نرمي الكرة في ملعب بعيد عندنا خالص ايوه ايوه بس مش بدرجة امجد الديب ليه مش هو كمان عايز درويش يشيل بقى معامل ليلة بعدين امجد تقيل اللي يمدي ايده في عربية الترحيلات عشان يخرج ارهابي ويفتح النار على الحكومة ويفلت يطلع من اي حاجة اوه حبيبي بقى هو مهبرده لو نفت يبقى اشترينا عدوته بلاش يا سيدي ساعد نصرف بقى نشوف هندردي ازاي مش بالسهولة دي حازن مش بالسهولة دي احنا كده يا حازن فتحنا نفسنا جبهت كتير قوي ومعارك احنا مش عبدها والله ولا معارك ولا حد انجل الديب سيبهولي انا هتصرف معي طيب منصور هنعمل مع ايه منصور هتلع منها زي الشهر هنعمل اجين القضية مفهاش ادلة ولا مجنيه علي الادلة سيدة الاعتراف يا حازن يا سيدي غاير اعترافه بس القضية تاخد لها كم شهر كده في المحاكمة وممرافعات وحط لو لبس هيلبس قدية سنتين عادي منصور حبيبنا ومعرف ان احنا هنراضين بساء الخير يا نونو بساء النور اتأخرت كده ليه هيا قابت احنا ما خلصت مع الناس بس طب طب مني عملت ايه لا تمام بتلعوه لطف بتتسرعش في الحكم في البزنس مفيش كلاينت لطيف اسألني انا اه نونو بس الواحد لازم ياخد بين طبعاته الاولى اللي انا نظرة في الناس ما بتخيبش واللي بيدخل قلبي من اول مرة بيبقى فعلا يستاهل برضو ما تسقش بسرعة كده الظهر اللي الكلاينت طلعت حلوة قبل لا والله مش الفكرة بس الحاجات اللي هي طلبها مني صعبة شوية بس رب انا ساهل وبقدى لو بكتش انت قدها مين اللي حيبقى قدها يا ربي انا تبقوا بقى اغير هدومك عشان اتعشى مع بعض انا بستنيك وهموت مجوة مش هتأخر انا هنزل انا هنا انت نصدق اي حاجة مكان يوضل اسم ونصول ده ولا حاجة احس ان حازم هو هدهم بلعبوا لعبة كبيرة ايه انا شايف ايه انا شايف انه واحد مال من اتنين ايه اما حازم وامجد كانوا شرقوا فكرروا بيعوا بعض ايه اما حازم قرر يباع امجد لما حاس انه هو كده كده منطوط فعلك يشاهلوا الليلة طب او حازم يعرف مين انه امجد يوجد في الليلة يا كبير انت ناس انه ولي عيون كتير قوي في الداخلية اللي خلى شريكوا يهرب حرز مش هيعرف مين المتهم بايه طب اقولك ايه لو عايزين يلعبوا انا مش هارمهم من حاجة لا يعني ايه مش فهم اضرب غباوة اللي اوعى تحت ايدي لحد ما اقول حقي بيرقبتي هو يجيب اخوه اه اصدق ان انت كده هتحقق مع امجد رسمي رسمي ونظمي واشا يلو الليلة عارف الصح بقى اه انا كنت بتحقق معاه تعرفوا مين اللي شايلهادي وبرودة الافعال كل حاجة هاجبها صح صح اشرف انا هنزل انت هتروح البيت ولا هتعمل ايه اروح المانيا لجيب المدام وروح عش عم ربنا معاك شكرا على التوصيلة العفو بس دي اخر مرة قربتك تتصلح والله كنت عارف ان انت هتقول كده ايه اقراس انت من اعلى حبيب سلام اشتركوا في القناة 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 يعني زهير لا اسمه همجد الديب معرفش بس العربية متسجلة بالاسم ده ولا انا شفته جواها هو زهير انا عرفته عشان شفته له صورة وسط صورة ابوها القديم طب والعمل ايه ده اسمع يا راجل انت احنا عندنا مشاكل ولي فينا مكفينا مروح مروح يتوقع انا في احنا كنا قاعدين في حالنا احنا ايه اللي تجعلنا دور ومعنين احنا مش عادي همجد الديب همجد الديب اتامل اهدت 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 ارس وجمه هذه الآتة معادي مش متعود إني أقبل حد إلا بمعات سابق لكن مدى مجيت البيت إلا أهل مسابق خير لا أنا مش هادي مقابلة خالص ولا هتكون هنا ده أنا كنت معدي من هنا قلت إجي أقول لك أنا مهد المقابلة اللي بجيت بما أن سيادتك مطردش على الدليفون والمقابلة دي إن شاء الله بخصوص إيه بكرة بكرة لما تشرفنا في الجهاز هتعرف كل حاجة وتسمع كل اللي تحلم بيه محاضرتك جيت أهل ما سهلا بيك ما هتخلص الموضوع هنا ولا أنت عاوز أقوله لك ما فيش حاجة هتبقى هنا ده ستبقى رسمي أوه أه آسف سري Rabi الراجل هرمي امجاد بيه آه كويس كويس أسيغ فاخر لحظة بس بيت الاعمالية تمت أتعابلك الحمد لله على الأمور أنا وصلن المعلومة هاكلمك بعدين مع السلام بسكلو خبر حلو آه إن شاء الله كبير حبيب آآ إن شاء الله اللي معت بكرة إنت في الجهاز تمانية الصبح ونين تأخر كده نعم إن شاء الله تمانية لخمسة هكون عندك في الجهاز ترجمة نانسي قنقر موسيقى 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 صباح الفل يا غول موسيقى صباح النور أنا رجس ايه يا أخويا أنت كويس؟ اه الحمد لله إن قومة مهليش ده إنت عليك شوية علي النعمة كلمة كمان وهزعل منك ده أنا فرحتي بيك زي فرحة زبدة صروت لما كان في بيتها رجل والله والله إنت بميت راجل يا نارجس ايه يا أخويا جالبية المرحوم تلعت وصارع عليك ولا يا؟ ايه مرحوم ليه كده بس ديه الفل اللي على صبح ده يا نارجس ايه يا أخويا اهيه تبات بيها ليلة كده قبل منزل استقضالك طعم المنزيون مبارا بيت يعني جالبية المرحوم دي مرحوم ده كان جوزك ألا ايه؟ لا جوزي ايه؟ انا مثبوطة في الأوراق عزراء يلا قوم بس اتشطف كده عبال ما بعمل لك القماتة كلها لا اتبهش نفسك انا قصت لازم انزل اطروح فيه؟ اقوز اعمل تليفون ومال الماكرويف ده بيعمل ايه؟ خد يا أخويا تكلم ومبسط براحتك الله مال فيه خدهم؟ ما تخافش عالحاب لي بتنشف قلت ام ما خدهم كده شطفة كده قد في الأوتوماتيك ينهارس وقت ايه ما تخافش؟ ما تخافش؟ ما تخافش؟ المحفظة والبنكينوت والفون بوكت احت المخاد ده وهم مطرح مفوت تناي خد اهم تخافش اعمل لك كفيلة تي اه؟ كفيلة تي اعملي كفيلة تي اعمل لك كفيلة تي شحوت ريني اعمل لك نفس بيت الرجل ايه؟ هلو ايه استاذة بتطمن عليكم انتو فين؟ يعني قدامكم قدي كده طب انا هكلمكم كمان لص ساعة عشان اتطمن مش قادر اصبر والله ما قادر اصبر انا بلله خايف اني اتقل خطويكم كنت جيت معاكم لا 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 ما تتسليش عن نمرة دي النمرة دي مش بتاعتي انا بقى هتقصد بيكم كمان شاهد طمن يلا ربنا معاكم ربنا معاكم سبحان خير سبحان خير مفضلك عندنا معاد مع دكتور منتصر الالفي استاذ انا هلاله دي دي ايوة بس المعد متسجل قدامي عشر ومص معلش اصد احنا جايين من مصر الجديدة فخوفنا نتأخر عليه فحبينه نيجي بدر شوية هو بس الدكتور منتصر لسه نوصلش طي مش مشكلة يعني احنا ممكن نستنى عادي ايه طب طي اقل او سمعت اوكي تفضل ام تاخد وقت تقديه مقدرش احدد بس كمشي اللي منتصر ساعة اوكي انا شخصية معروفة اكيد في لاز كتير او يعرفوني لكن مش بالضرورة انكم بعرف كل الناس اللي تعرفوا مقدر بيه دلوقات شافك وعرفك كويس وديها نسألك تامي اعرف ولا ما تعرفوش ما انا بقولي ساعتك مش بالضرورة اعرف كل الناس اللي تعرفين بس غريبا ان قصة الودة متطلقة تماما مع قصة فايين الا حضرتك برضو بتكدب مش شايف الحكاياتي غريبة شوية سيما كدبت فايين اكيد هكدب الشخص اللي بيتداعي اللي يعرف لي امه انا اجيبه لك ادخل يا ابني اعلى منصور ام جد بيه بيقول انه ما عرفوكش ايه رأيك هو جاي تنسيني بس يا باشا بس احنا بقى انا فاطره ما تقبلناش من زمان وانا بعيده وبكررها انا ما عرفوش وعب اللي قابلته هو انا انا متهم بايه بصبت ده مشروع التهم بالتحريض على امال عنف ومحاولة تهريب مواطن مطلوب للعدالة ولو فضل الوضع بالشكل ده هنزابد عليهم تهمة تضليل الامن الوضع يعني اي حد يقدم اي بلاخ في اي حد يتواجه له الجهان من غير تحقيق ودلوقت ما هنزابد ام جد بيه ايه رأي حضرتك تقول انه هتعرف ايه عن الدرويش عبد الرب او بشكل اضاق ايه علاقة كبير بزبط او توفر وقتنا هو وقت ما عليك ما هتجيبوه تسألوه هو مش عبدوكو مش توقبت علي واحنا لازم نقول لك كل حال على العموم اه انا وللثقتي في الامن المصري كنت اقول اللي بيحصل معايا ده تشهيل بشخصي ارجوك لو فيه اتهام رسمي بالنسبة لي باستدعوني متحدتوش نفسك في مواقف البيت اللي مرة تانية لانت صرفي لبرة الجاية هيبه سحيف سحيف قلي امجد بيه هو ساعاتك تعرف شركة حريصات خاصة اسمها ايجيل سيكوريتي اعم اعنسي وصل ايه لأ ولا اي حاجة اصل منصور اللي حضرتك لسه شايفه دلوقتي دوت شغال فيها فقلت ممكن يكون يعني انت تعملت معها قبل كده ساعاتك انا عندي شركة الامن خاصة بشركاتي وبمجموعة كلها ما متعاملش مع اي شركات امن تانية سلام اعلى سلام يا خندي نورت شفت بقى احنا كده بقى هنوفى الرسم في الحلل اعملت ايه؟ الميل مفتوح على الاؤتلك بس ما فيش اي حاجة باسم ديفلز اي خالص طب وبعدين؟ احاول افتح الميل من الويت بقى ممكن يكون متسايف على السيرفر طب من فضلك بسرعة الله خليك شد حيلك بسرعة حاضر هلو؟ امين معاي اهلا 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 يا ساعت المحافظ لا يا باشا تحت امر ساعتك لا امرني امر اهلا ايه يا باشا دي حاجة بسيطة اول مش ساعتك اللي تطلبني السكرتاريا بس كفايا ان هما يقولوني ساعت المحافظة عايز خدمك حاضر يا فاني لا تحت امر ساعتك ايوا يا استاذة مالو ترديش لي انا اعصابي ثابت مش حال يعني اذا ما كانت امك متلقحة في المستشفى قصد يعني ما تمديش ايدك اول كده اذا كنت انت بنت وزيرة فطارق ابن ناس غلابة ومنحق برضو اتطمن عليه ماشي هبقى كلمت تانى عشان اتطمن عليه سلام اه 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 ساعتك بقى ابعتولي في ظرف مص ساعة مش اكتب من كده والله يصدقني تعلي كده اه هأي لقت حاجة؟ لقيت الميل الي في الفايل مفاتح معك؟ لا بدف bرضو تقريبا نفس النسخ اله المعكي بالضلط حتى نفيش اي بصورد في الميل برا بقى بس هاري السالة بعد كتصلم لHer مابعوط من مني الايميل ده بي اتش اندرسكور زيت دوت اس اتتو ات جيميل دوت كو طبعا ممكن عمو سيرش لا 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 ما فيش وقت خلاص سايفين من عندك وهنا بقنامس شفائي حتى ذهبين يلا بسرعة عمو يلا بسرعة يلا ازبقني وانا هافي الكمبيوتر بسرعة ايوه طب طب مع السلام يا باشي مع السلام لا لا ايه اللي كابك بادري كده يا بنتي اوكا ممتصر ازايك الحمدلله خير ايه في حاجة لا خالص ده انا كنت جاية ادور على العقد بتاع لفلة السحل الجديدة اصحيبك الشركة كان ليموني كانوا عايزين ياخدوا دفعتين الشهر ده والشهر اللي جاي مع بعض بيقولوني اني فيه بنت في العقد بيقول ان هما من حقهم يعملوا كده اول سنة فكنت جاية بوص على العقد وهم المرس قال حضرتك هندك اي خلفية عن العقد عن العقد انا انا معرفش الحكاية دي بقى انا فترة طويلة بعدين ايه اللي هجيب العادة ده هنا انا عارفة بقى يا انكل ما انا دورتها ليه في كل حتة مش لا ايه قلت يمكن ماما شايلة هنا عموما ان انا كده كده خلاص حدفع طب مستعجلة ليه بتيجي تشربي عندي حاجة في المكتب لا ان شاء الله المرة الجاية انا لازم اعادي على ماما في المستشفى ضروري بعد اذن حضرتك طبالي بتي طبالي طبالي السلام هلو هاي يا استاذة تمنيني خارقتم؟ طعب الحمدلله الحمدلله اه كده كويس كويس انا تمام التمام ماشي بقول لحضرتك انا انا هبا اكلمك بقى عشان نعرف ونشوفه بعد الزي ماشي يا استاذة السلام الله اه حلو اوي البتاع ده نارجس هو انت حتى في ايه؟ ده كوكونات فلافر مين يا حبيبي؟ كوكونات فلافر كوكونات فلافر كوكونات فلافر؟ الله بقول لك يا نارجس قولي اخوض هو ما فيه سايبر قريب منكو انا وده سايبر ليه؟ واحنا معنا سريجي انا هنت حيسمة تكوه انا مشتركة في باكة البلاعة خد راحتك البلاعة؟ بلاعة ايه؟ ايه اسمها اكادة عشان اعرف عام تدول نوت براحتي ما شاء الله بقضي باللاعة تدول نوت براحتك طيب اه تعرفت جوجلي؟ حب انا الراجل الابديت لفيني بالاسم ايه؟ لفيني بالاسم امجد ديب عاطف ايه هو 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 ده باين عليك سلانس كبير قوي ده لابس كرافقة تفرزتش تعرفوا ده يا اخوي؟ قد تعرفوا بس زي ما تقول كده يعني زمن بعد بينه بينه بس لو شفته مش هتوح عنه برده حتى لو الايام نحدت في شكله خليته حد تاني انا لازم اقتله لا هارسوي ديتل مين؟ انت بتفكر في ايه؟ صلى على نبي كده يا غول وهد بولي ايه الحكاية؟ الحكاية اصلا طولت ومسخت ولازم تاخلص بقى انت باستهدى بالله وتفى على شبالك ثلاث مرات انا صحيح معرفكش من زمان بس قرية فصك من يوم معرفتك انت مش وش الكلام ده ولو في حد انت متدايق منه مولع منه ولع فيه بجهاز بس بالعقل وبالتكتك انت مش رأس هم على همك انت اصلك مش عارفة حاجة معلوم مش عارفة ولو مش عايز تحكي ما تحكيش بس عشان خطري عشان خطري فكر كده وركز وان شاء الله هتلاقي لها ألف حل غير انت بتفكر فيه ده طب ممكن تسيبيني معنا في الشواء كده عايز اعود لوحدي حاضر يا اخوي خد راحتك هيا ابني رفعت الفيديو انت هرتوني مبارح ولا لسه لسه قدتلك اني انت فاصل وكل مره اسفل عتسان في المن ما تحاول تاني كده اللي هيجيب لايكات وكومنتات كتير والبيجي بتاعنا هيتشهر افتح تاني كده تايب وارهولي اهوي يا عم تعرفتين من الناس دي؟ وما شكلهم مش من المنطقة بس الراجل ده حسنا شفته حتة ده كده ايه ده ده اللي فجر وزيرة السحة بتاع تقفره موت مسك يا عمي هو ده انا هاري الصفحة بتاعته كومنتات ولايكات لغاية ما حطيت وش عالفوت شبه وحافظت اكتر منوش ابوية هو ولا مش هو المقطع ده رازي متشارع الصفحة وقتي لا لا يا عم فاكش لا يبقى فقر من دولة وسينة وجيم احنا بش نقصين وما له يا عم هنتشهر اكتر بطل الجبن اللي فيك ده طب قبل ما نرفعه عايزين ننقلها كده هوات اسم ايه يدلع الشعب اكتب شاهد قبل الحسف ماذا فعل ارهابي بعد يهربوا من الدخلية قبل الحسف دي ايت متقود احنا نكتب لان تصدق عينيك بستنى كده شاهد فضيحة الدخلية قاتله الوزيرة هارب ويوسير زعر في شوارع في كاهرة والله شكلك انت اتواردين في دهيا يا عم اقعد لقيت حاجة على الفيسبوك ام في ايميل معمولة عليه اكاونت باسم واحد اسمه زين زين السعيدي قريني كده السعدي بقى تقريبا زين السعدي من منصورة مدرس في كل ايه دقلوبه ايه ده لحظة واحدة 버بردين أبحث جدا يكون فيه بينهم تشاد عراف تدخلي على الفيسبوك moto جيدا انتبه YO تحت رحمته معايش شغزوريه وغرت اللي هو فيها دي برضه مستهلة وتخليه خاف من اي حاجة غريب اوي الرجل دي معيني تقريبا معرفش عنه اي حاجة معرفش ليه كنت بتبسط اوي لان كان بيجي عدي عليك هو من ناحية غريب فهو غريب فعلا انا صحيح معرفوش غير من كام يوم بس اللي عرفته عنه اغرب من اللي عرفته عمري كله انا في الاول كنت فاكرا اني فاهماه بس كل ما الوقت كان بيعدي بحس اني لسه معرفوش في اللحظة اللي كنت بتوقع منه خطوة كان بيفاجئني بخطوة تانية زي ما يكون مصمم يبقى لغزم محدش يعرف يحل يزيك يا نعمة حلو حصل ايه مفيش جديد يا رايس انا معذكر له على ناصة الشارع وردالة وقفة على شارع خلصوا على كله تطلق شائطة فقد لا والله يا مفاد ما في حاجة حصرت ولا ايه الشائع مالوبة في حاجات اتاخدت وحاجات تكسرت في حد كان بيدور على ايه خلي بالك اوه عادي ديني سيدة ابنكي قدامي انا بالنسباله عمي درويش صاحب الصيبر طب انهو كنعمة سيرش لا 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 ما فيش وقت اخلاص سايفيد من عندك وهنا بقى نابسة شفاء ايه ايه حازم بي وادهم بي بل هو مش علاقة بالموضوع انا اللي روحت اجيب درويش بمرة حازم بي راجل مضيف ما مش علاقة بالموضوع ده خالص طبعا 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 حازم كويس تبتعب العمل ايدي الحساب مين انا معرفوش وعوض اللي قادلته القادلة سيدة الاعترافة حازم يا سيدي غاير اعترافة صلى على نبي كده يا غول وهد ولي ايه الحكاية الحكاية اصلا طولت ومسخت ونازم تاخلص بقى ايه زيك يا نعمل انت متقبطش عليك لا كل اللي سمعتيه وشوفتيه كدب في كدب انا محتاجة اتكلم معاكي في بلوي كتير اقوي حصل عليك اليبلوى فيهم يا صدل انت بلويك كترت مش فرق كل البلوي بتنفذ على بعض هم انت ليه خلفت اتفاقنا اتفاق ايه ليه قربت من طارق اللي قرب من طارق درويش مش فض ما انت لسه بتقول كله منفذ علي كله يا ابني ابني عارف عليه ابني عمري كله عيشته محروب منه مستكترة علي أروح أقبله في طوب راجل غلبان استقض منه مصلحة وهو عارف إن الراجل الغلبان ده طلع إرهابي هتلبسه طوب مين بعد كده أنا مش إرهابي وأنت أكيد عارفها متأكدة أني ما عملتش كده أنا مش عارفة حالي لا بقى لازم تعرفه معلوب فعله؟ طيب هاتلي كل المعلمات بتاعته آه لقد ما تقدر نعيش بسرعة إيه؟ هو دي اللي كان معناه أنا صبحي في الوزارة مال؟ هو نفس الشخص اللي كان عندها مبارحي الصبحي في الشركة إيش طيب بعدين؟ هو نفس الشخص مهندس الكمبيوتر اللي واضش هابقال عليه اللي دركوش يروح له يوم للحط الصبح حشان يسلم عليه اللي بها طيب ده مينبقى؟ لا طارق فضل سيدي الغول ح basics هام هام لحد من يومين فاتوا بس كنت فاكر أن الحابتي مش مطلوبة غير للدخلية والناس بتعتاب لكن اللي عرفته بعد كده هو اللي خلاني جيتلك دالوقتي زوير زوير أيها زوير الملاع اللي كنا فاكرين إنه اختفى من الدنيا لا 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 مختفاش دعاش ومتسطر ورا اسمه واحد تاني ورا صورة رجل أعمال كبير اسمه أمجد ديب ما اسمعتيش عنه أول مرة اسمع الاسم ده يعني انت متأكد زي ما أنا متأكد نشايف البعناية ده اتنين دول متأكدت ازاي انبالع بعتلي بلطقية عشان يخلصوا علي في بيت السكاكيني وعرفت منين انه هو اللي بعته عرفت عرفت يا نعمة وتأكدت طب انت عايز مني انا ايه دلوقتي زمان لما قربت من السجن عادت ادور عليه ما يطلوش قصر يمكن لو كنت عطلت عليه ساعتها كنت كنت استكفيت ان اسأله سؤال واحد بس هو عامل فيها كده ليه لكن بقى ربنا سبحانه وتعالى طول في عمره وأظهر من تاني اصلك ايه؟ عايز تقتله؟ لو اطوله بأداية دي اعملها لكن انا عندي حاجة تانية أبدا ابدأ بكتير انا اعوز اشيل الغطى من عليه واسبك للناس ان ده زغير الملاح عشان ارجع انا تاني في فضل الغول وانت اللي هتساعديني في ده يا نعمل انا؟ ايو انت لازم تشهدي ان امجد الديب هو زغير الملاحة نعمل هو مش كده؟ طبعا طب ازاي؟ ازاي عارف يهرب منهم بعد ما قبضوا عليه؟ لا مهم ما قبضوش عليه أصلا عشان يهرب منهم يعني ايه؟ يعني الكمين ما كانش في الحرز بس ليلة القضى عليه دي كلها كمين وحنا وقعنا فيه مش احنا بس امجد الديب كمان ويوع فيه يا ولد الكالب انا لو كان معي ورقة فيها اسمه الحقيقي وختم النصر كنت استكفل بيها ولو كان ممكن اعرف حد ممكن يشهد ان امجد هو زغير ما كنتش كتلك لكن للأسف ما فيش حد قدامي غيرك يا نعمة انا ممكن ان افزلك اللي انت عايزه واشهد معك بس وبعدين تفتكر لما تدخلني انا بالذات في موضوع زي ده ايه اللي ممكن يحصل بعد كده ايه؟ خايفة منه؟ لا خايفة على طارق ومستغربة ان انت مش خايف عليه زي طارق ايوه طارق زهير لو عارف ان انا وقفت معك في موضوع زي ده مش هيسيبنا في حالنا زهير لما كان بيشتغل محاسب في شركة فرقف السكاكين عمل اللي عملوا معك زمان تفتكر يعني انه هيعجز وهو رجل اعمال كبير زي ما انت بتقول انه يخلص علي انا وابنك وحتى لو معملش فينا حاجة مجرد دخولي انا في موضوع زي ده مش في مصلحة طارق موسيقى يا فاضي انت فضلت بعيدة عن طارق عشرين سنة بالرضاق عشان ما يعرفش ان ابو كان مجرم ليه عايز تهد ده كله دلوقتي ليه عايز تشايله عارق عشان طارق قديمة انت عارف ان طارق فرحه بعد شهر وعارف هينسب مين مش مهمة حينسب مين لكن نسايبه لو عارفوا الموضوع ده حيبقى وضعه ازاي طب انا اعمل ايه يعني طب انا اعمل ايه يعني الولاد كده معناه يعني كل السكة كتقفلت فوشي انت اللي بتدخر نفسك في حارات مسدودة يا فضل انت قدرت تعيش عشرين سنة هربعا مش صعب انك انت تكمل كده يعني ايه حوزاني اهرب تاني يا نعمت لو عندك حل تاني ما يضرش طارق اعمله يا قدي كنت فين كل ده عرفت بقى باش مهندس طارع فضل الغودة طلع مين؟ ابن فضل سادة لقول ده كان مزجون في نفس السجن السجن في درويش ومات قبل ما درويش يهرب بكام يوم ايه يا أشرف مالك؟ في ايه؟ ايه؟ ايه دا؟ هم؟ بتصور ايام ده؟ برح بالليل اه احنا كده اتنفخنا احنا اتنفخنا فعلا اه معي الوزير انا اللي استاهل اللي مشيت وره شوية عيال يا فاندم بلا فاندم بلا زفت عملية تتمرقى في قضية كانت ممكن تقرص في بحر يومين يا فاندم احنا ممكن نلم الموضوع لو بس حضرتك كديني فرصة نلمها ازاي يا اخوة؟ ها؟ دي ما تتلمش خالص للأسف انتوا لبستوا الوزارة كلها طرح ساعدتك بس ديني فرصة انت ما تنطعش خالص انت تسمعوا بس مصيبة ان كنت موافر وسبتكم تلفزوا العملية الزفت دي على مسئوليتي يعني مش هعرف حسبتم ساعدتك لو مفيش لو اسم حضر الزابط انت واسميلك الزابط تسلموا القضية دي لحد تاني وتسلموا بكاتبكم كمان وتروحوا بقى تستلموا شغلكم الجديد في المرور ولا في الحل المجانية هو دا تمامكم اتفطر ما المسائل الخير اهلا اهلا ازايك الحمدوالله ايه مقالك مودك مش عجبني مفيش حاجة اتعشيت ولا خليهم يحضروا لك العشو قالت في المكتب وليلي ماما ملقي لا جديد لا جديد جمع بتو الأمن الوطني دول يكلموكي؟ من ساعت ما كنت عندهم آخر مرة محتش يونكلمي خالص طبعاً أكيد مش هيكلموكي هيببوا مكسفين جداً لأن الموضوع اللي حصل ده غريب موضوع إيه؟ هو إيه اللي حصل؟ إيه ده؟ هو أنت مش عارف إيه اللي حصل؟ لا فيه إيه؟ أبداً قصة درويش دين ما هم قبضوا عليه دي طلعت فشنك طالهم هم قبضوش عليها ولا حاجة طبو أنت عرفت منين؟ إيه اللي عرفت منين؟ مصر كلها عرف قادي أساتي فيديو الحادثة حصلت البارع ده مين؟ درويش؟ أوه فعلاً هو شو بدأ رخيص قوي؟ هذين الأفضل قضية وفاكرين الناس مش هترفيشوا آم؟ احتي احتي كل اللي صحيح هو كلمكتين؟ لا طيب أصبح على خير ونتم أهلاً طب أنا كنت أفكر إزاي؟ كنت مستاني إيه يحصل غير المصيبة اللي حصلت دي خد ما أميه بفكرة الزبالة دي ليه حق؟ ليه حق يقول عين معين صغير؟ قضية خلصانة تفجير وإرهابي بقى ليه الليف حوالين نفسنا؟ ليه؟ أنا اللي غلطان أنا اللي غلطان إن اسمعت كلام عيل زيك عيل؟ يعني إنت شفت عيل؟ عيل؟ وستين عيل؟ ما تعلمتش أي حاجة من أبوك؟ لا تشمنك ولا حاجة أنا مستاهد نسيت كل اللي علمه لي وشيت ولا تماغك وكل حاجة أبوك 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 فيه إيه يا عم كريم؟ لو قد شافني أولا ما كانش ينفع أشتغل معاك في القضية ما كنتش تاخدني؟ كنت عايز أردله بجميل عايز أعمل معاك زي ما كان بيعمل معاك عايز أخذك تحتك ناحي وأمشي دماغي جنب دماغي بس غلط لا سب دماغة جابتنا عارة تاعة تقولي تاعة عملهم فخر هل أخلاقهم؟ هنوقعهم؟ هندهوالهم؟ تاعة بديك يا زواني؟ في الأخر باية أنا السبب؟ لا 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 إنت؟ مش إنت؟ خالتي خالتي هي السبب؟ خالتي هيك يا وادي يا كريم؟ دروي دي شكله مظلوم شكله معملهاش ده يعني إيه؟ ده متورط أنا ما أنا أعري أنا عندي أعضية وعايزة تخلص يعني عشو الأعضية تخلص أي حد يترمي في النيادة؟ مش مهم اللي أعرف مني عمل كده بجدعة هتخطط؟ هتقولش عارات؟ انت؟ خبت وخبتني معاك السنة خلاص أعمل إيه يا عم؟ وأنا كلنا لبسنا خلاص ومشيت وراك زي الأهباء أخرتها بيب بيب أسرع دليبري في مصر الملازلس ده دي ده تأسيس عام 48 بس إيه مش قادرة أقولك تدرب بقك في الكارع ما توصلش للمسهورة ولا أصبع المنبرة عنده إيه؟ فشر السجاري الكوبي وأحسن من ده كله؟ يا مين؟ ما بيحمرقش في البهاريس بقولك إيه؟ أنا عايز أدرب الأكل ده أنا النهاردة اليوم الفري بتاعي أنا عايز أنتقم بتحب أصب لك الشربة في أروانة ولا أخروم لك الكيس وطمصمص انت بتقومش ليه؟ بتقوليش إنك ملكش في السمين هزعل قوي بقولك إيه؟ إيه؟ أنا لو رميت كل حاجة ورا دهري ومشيت مش بيبقى بعمل الصح درمي إيه؟ كل حاجة كل حاجة أنا من ساعة رجلي ما جات في القصة دي ومصايب عمالة بتزيد مش يمكن لو ديتها ضهري الدنيا تمشي يا الدنيا عمرها عطلت على حد مطول عمرها ماشي وراجب عجلة ببدال كمان تعال بس يدرب بس الصباح الباردة تنسى كل همومك لا كل إنتي كل إنتي ولا أنا والشفا لما تخلصي يمتع فنور آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ ترجمة نانسي قنقر innovative يوتو ترجمة نانسي قنقر انت كمان حبيبت وعاشتين ايه الشغل بتاع كده مش هيخلص اه هيخلص يا حبيبت اهو تقريبا كده خلاص خلاص اذا بكت انا شوفه كله اهو شوفين كله بابا خلاص بطاعة رديس يالا حبيبت تكملي معه صباح اخي ممي PASNO مدى ممي PASNO ممي PASNO ممي PASNO ممي PASNO ممي PASNO ممي PASNO كوIII مدى نهو لم تصبح Futnets ولو نبتا عمال اه لو بتشوفي كاسمو اللي هل يقيتو سرقا بتاع اخسر يا كاسر لا وعنى حد الماضي طارق طارق با نرجس نرجس اخويا مالك فيه ايه فزعتنا بغير الانبوبة كتتفرع في وشي انا عاوز مهر وخليفة دلوقتي حالها يا يا ميسي واسعد صباح الخير صباح النور ارجو انه ما كنش صحتك من النور لا يا حبيبي الظاهر انه انت بتصحى ماخر انا بصحى التير بكير طب كويس عشان عندي خبر كويس اعتخد انه يهمك انك تعرف اعقل كتير منيح نهار جديد اخبار جديدة هات تشوف ابدا يا زيدي الراجل بتاعي كتابات قبطش عليه يعني الخطوط كلها معينا عايزة قابلك بقى عشان نرتب الموضوع ده بعدك مفكر بهالموضوع ان احنا نسين ايه خلاص هو ايه اللي خلاص يعني ايه يعني مش عايزين البت بالفرنسي السفيني ازاي يعني مش احنا بلنا التفاق اولا اشتغلت عليه يا حبيبي هايتك بعدك فيه من النوم وما اكلت احنا الاتفاق اللي بيننا التغى وناطر منك تبعاتل الديبوزيت ارفع ارها احلى شي فيك انك بتفيه بكير مثلي طب فاكرة اليوم ده كان امتى ده ده في المارض عند ريهان ما منها كنت شاين لهم اكتباع النقابة كان ليموكي يقلولك ان المشكلة اتحلت ولي اكتباع تلغى مكتري في أرحيتك قلتش تشتري اخر لوحتنا عند ريهان في المارض اه هيا دي ريهان مش كده ايوا هي دي ريهان وده الراجل للشار lig é اللي هو حل لكنت عايزيها ايوه حبيبتي هو ده ألا تعبال تعباله خلاص دي مغيه مش قادر خلاص 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 أنا أسف حقك علي بس أريد أسألك عن حاجة تعرفي واحد اسمه زين السعدي؟ مين دا؟ دا واحد عندك على الفيسبوك بعث لي يسأل عنك مش فاكرة مش فاكرة مش فاكرة خلاص حبيبتي خلاص أنا أسف حقك علي خلاص خيري مادمنا شكرك مدى إلي مش شك مش حسن ماما بتتحسن بسرعة احنا معناش إنها تحسن بسرعة مهم إنها بتتحسن هي دلوقتي بقيت عارفاكي وعارفة كل الناس القريبين منها وعارفة كتبتشتغل إيه في معلومات كتير أساسية بقت موجودة إنما التفاصيل هتيجي بعدين بعدين إمتى؟ دي حاجة بترجع بقى يعني لربنا دي بتفرق من حالة للتانية يعني مقدرش أقولك معايد معينة وإنتي بصراحة تجي بتظلمي نفسك وبتظلميها جداً لو عاتي تحسبيها بالساعة وبعيني خلي بالك وارد جداً تفاصيل معينة تفضلتها بابا؟ أنا أي رجل شرطة مفصول بيكون محل ثقة عندي أولاً لأنه عنده المعلومات وعنده الخبرة تانياً والأهم طالما هو مفصول يعني مستعد يعمل أي شي لقاء المصاري أنا حاولت كتير أفاهم حازم إنه خوف على مراته ما يمشيش مع الشغل بس هو بقى بيحبه هو في غير الحب دمرنا خلينا فيك إنت المهم إنك تكون واسق لح تعرف توصلني للي طالبه منك أنا عايزك تتطمني مسيوها سعد تطمني عن آخر أنا ناوي لا 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 أنا ما بهمني أعرف التفاصيل وش بدك تعمل وكيف وليش أنا اللي بهمني يوصلني طلبه وحقك رح تاخده كله ودفعه وحده تمام نفس الرقم نفس الرقم ومش رح ينقصم على اثنين مامتك دلوقت الحمد لله حليتها تسمح بالسفر مش هتلاقي أحسب لنطن عشان تعمل ريكابري أنا حاجة استيلها في ميديكا ريسورت وعملت حسابي على مرافق وأعوزك تيجي معها هي فكرة كويسة طبعاً بس أنا مش هعرف أسيب حزب أكيد حزب هيبقى موافق مش هيبقى عنده مشكلة لو أنت سفرت مع مامتك شهر أو شهرياً في الظروف دي مش هعرف نهلا حبيبتي تكلميني بصراحة أنت مش عاوزة تسفر لأنك مو تصورة أن وجودك هنا هو اللي هيساعد في حاجة لقص الحدسة بتاعت مابا مش كده بردوم حياتك عرفت من مين؟ أنا اللي قلت له أبيبتي حضرتك؟ لو أنت يعني فهمة أن عشان بابا وماما مش موجودين فمش حد ياخد باله منك يتطمن عليك ويعرف أخبارك بالأكس أنا بعرف أخبارك أول بأول من حازم بس لما عرفت أنك أنت قابلتي للراجل الإرهابي ده لحيانا أتخضط عليك جدا مرضيتش أكلم معاك لأنه عارفك دماغك عديدة من صغرك واتطمنت أكتر أن يحاز معاك وهو يعرف يقناعك ويتفاهم معاك يعني بس لما أعلنوا بقى بعد كده أنهما قبضوا على الأرهابي ده خفت عليك أكتر بس أنا شايف يعني أن الأمور بتتطور إلى الأسوأ علشان كده لازم حد ياخد باله منك كويس نا بليز أنا عاوسك تتجنب أي حاجة وحشة ممكن تكون حساها من ناحيتي بتفتكر بس أن أنا بواكي مرش غيرك في الدنيا وتبقى غلطانة لو كنت متصورة أن وجودك بس هو اللي هيفرق في حل الأضافة دي مش شغلتك لو عندك أي معلومة وحسنها وهمة اديها اللي بتوع دخلي هم هي تصرفوا شفت الفيديو؟ شفت الفيديو يا فريد طب إيه؟ تكلم يا فريد هلل عندك وخلصني أنا قلق عليك هو في علاقة من درويش عبد الربو وفضل سيد الجوز فيش أي علاقة من أي معبد اللي تن دول أنا قلبي عندك وخاف عليك وعايز أقول لك حاجتين أولاً البيت ده اتقتل فيه اتنين أول أول مبارح وثانياً الراجل اللي كان بيدرب نار صرته متصور ووضحة جداً في الفيديو تلاتة؟ الله يرحب ممت تلاتة أكيد درويش هو اللي قتل اتنين دول الله هو إيه اللي مخاليك متأكد قوي كده هو واضحة يا سادت اللي هو يوم كباسنا على الفضل اللابت في البيت أول ما بدأ اتحرج الرجل ومراته حسوا بيه خاف بلغ وقتل طب إذا كان كده بقى مين الراجل اللي اشتبك معه في الفيديو وضروع على النار؟ ورق جداً يكون حد من الأهالي اشتبك فيه وهو خارج لا 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 عصام دا لو كان دا حصل يا حبيبي كان ملق دنيا غاغا وقعد يقول أنا اللي هو قابت الإرهابي أنا اللي هو قابت الإرهابي لا 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 قطية دي مليانة تفرعات عصام تستعجلش ما تستعجلش أبداً في الاستنتاجات عصام عارف؟ هاي قولي بقى وصلت لإيه في قضية تأشيرة اليونان بتاعة أمجد الدين الله عرف حسب آخر معاد المفروض ورده عليها بكرة كويس فهدان اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وانت ما يعني ايه لزوم الشحتاطة والمرمطة اللي انا حطك فيها معايا دي وانت عندك بيتك وعندك دكانك وعندك بيتك وجز بيتك وكافين خركوا شركوا وزنبك ايه وزنب ايه السيت اللي جوا دي مين عارف المصائب هتخبط على بق بيتها امت والاجهة من كده بقى ان في بلاوي ممكن تطول ناس انا دفنت نفسي بالحياة عشان خايف عليهم طب اعمل ايه لازمته ايه انا لازم اخرب داني هو ده لحد الوحيد استبينا لو وافقناك تعرفها تعمل الكلام ده ازاي ده بقى ده اجهبكو فيه وربنا سبحانه وتعالى سهل تبقى دي اخر خدمة طلبها منكم ماشي ينا انت كان لازم باباكي ييجي من لندن بيقولك الكلمتين دول عشان تسمعي كلامي على فكرة انا ما وافقتش انا لسه بفكر قصدك لسه بتعنيدي بعمت ايو دوام بتعنيدي لانيوه وصمحت اللي مش هلبي تفضل يا نهلة يا حبيبتي طول عمرك ما بتسمعيش لحد انه يغلطك ما بتسمعيش جرسود دماغك وبس ايوه عشان دماغي يا عمرها ما ودتني لحتة غلط اهو اهو وليه انت ده عندي دولة مش عند يوه انت بقى فافهميني بقى يوه افهميني انت بقى يا نهلة نهلة انت طول عمرك طول عمرك ماشي في حياتك من دماغي بس على سكيل صغير في حاجات كلها تخص دنيتك تقرر تسيب لندن وتيجي تعيشي مع مامتك في مصر يطقق في دماغك تسيب الجامعة والتدرس في الجامعة عشان تعملي بزنس يخصك تتجوزي خمس سنين وتقرر انك ما تخلي فيش اشتر كلها حاجات تخصك ما تخصش حتى لكن امن وطني وارهاب وناس بتدرق في بعض وبتعجل في بعض لا 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 يا نهلة ده كتير وما ينفعش فينا شفاء الدماغ ايوه ايوه ان كل اللي حصل ده ليه علاقة بلا حصل لأمي اوكي ومامتك هتروح معاكي لندن والقضية بتاعتها في جهات بتحقق فيها يوصلوا لحاجة بقى ما يوصلوش ده موضوع ما يخصكيش في حاجة بساطة كده خلاص مش عاجبك كلامي تريق عليها زي ما انت عايزة وروح يخدي مثلا رأي حازم تكلميه شوفها يقولك ايه حازم حازم هو السبب الرئيسي اللي ما خليني ممكن افكر في العرض اللي بابا قدمه ليه جدا انا مبقيتش عارفة تعمل معي انا مش هفعمل ايه انا طول الوقت حسن ان انا باكذب عليه طول الوقت مش هعارفة ابوص فوشه علشان ما يحسش ان يمخبيه عليه حاجة شفتي شفتي وصلت بنفسك لحد فين لو سمحتي ارجوك يا نهلة لو سمحتي حاولي مرة واحدة تسمحي كلامي رياحي الناس اللي حواليكي ورياحي نفسك لو سمحتي تشربي حاجة ارجوك يا نحن سمحي حسن 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 دعوه هل بحاجة؟ هم اشبيتاتي ديبتاتك لقد اشتركوا في القناة. لقد اشتركوا في القناة. لقد اشتركوا. اعذرني ان انا جامل غير معاد بس الموضوع اللي انا عايزك فيه ما كانش ينفع في التليفون لك تمين ادها من قصاص شريك حازم درغان وعلى فكرة من الاخر انا جاي تشفلك ورق كله ومش مستني منك خالص انك تكشف ورقك لاني بصراحة اللي شفت منه كفاية اوي طب روح اقول لشريكك اني ماليش في القمار شريكي خلاص ماليش دعو بالموضوع وانا مش جاي يلعب انا جاي عشان مصلحتي ومصلحة ايا كان اللي بينك وابن درويش ما يخصنيش ماليش فيه درويش معها حاجة تخصني وتلزمني وانا عارف كويس اوي متأكد انك مش عايزة ماشي طب هاتي اللي تجربك كله نخص ماشي قبل كده انا وانت لما جرينا ورا درويش خسرنا ولو فادلنا زي ما احنا مش هنوصل لأي حاجة احنا تقريبا مصلحاتنا واحدة بس الموضوع عايز حب التنسيق انا واعوذ بالله من كلمة انا عند اللي يجيب درويشه في اسرع وقت واسعدتك بقى عندك كل الامكانيات اللي تخلينا عارف اتخرج على الارض كويس ايه بقى الامكانيات اللي بتتكلم عنها ام جد بقى فيديو السكاكيني ايه بسم الله ما شاء الله عمللو يجي اكتر من خمسمائة الف فيورش الراجل بقى اللي جوه الفيديو مش الراجل بتاعك ولا الراجل بتاع مين ها زهير الملاع اللي كنا فاكرين انه اختفى من الدنيا لا 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 ما اختفاش انا اللي استاهلي اللي مشيت ورا شوية عيال يا فندم اسمي حضر الزابط انت واسبيلك الزابط تسلموا القضية دي لحد تاني وتسلموا مكاتبكم كمان وتروحوا بقى تستلموا شغلكم الجديد في المرور ولا في الاحوال المدنية اوه لا تمامكم حضرتك القضية فيها تفرعات كتير جدا ودي بعض الملفات المهمية ده ملف ام جديد ديب وده ملف حزم درغان وده ادهم الاصاص لو حضرتك فيه ملف در ويش ايه يا اخو يا مالك فيه ايه فزعتنا المغير الانبوبة هتتفرع في ويش انا عاوز معي للخلفة دي لوقت في حاله انت مقلب الكلام ده في دماغك قبل ما تقوله ادرويش عاوز ازمة اني بري وعاوز ازمة اني مش ارهابي لا تسمعيش غرصو الدماغك وبس ايه عشان دماغي وامرها ما ودتني الحتة غلط تتعرفي واحد اسمه زين السعادة؟ انا اللي بعمني وصلني طلبه وحق اكرح تاخدو كله ودفع وحدي انا جاي عشان مصلحتي ومصلحتك ايا كان اللي بينك وبين درويش ما يخصنيش درويش معا حاجة تخصني وتلزمني موسيقى البزبور امره سهل بس يديني يومه اللي يومين على ما تصرف لعدة دماغتي مش تحت ايدي بقى ميل على صديق من اصدقاء السوا بقى اضرابه عنده بس انت هتروح بيه فين؟ ايه هك هاي بلد مش فرقة او ايه اللي هيروح بيه فين؟ يعني هتعملو تقشير يروح بيه لكسنبورج ما اما هيغرب ويروح ليبيا اتطحن ياما هيشرة ويروح غزة يتفرم ياما بقى هيباحة ويروح ايطاليا يبوت غريب ولا يكونش عاوص تروح السودان مالها السودان محلو السودان مننا وعلينا يعني ودي تقشيرتها صعبة دي ولا حاجة محد استألني هليها قبل كده هاسأل ايه هقول هتروح السودان بتعمل ايه؟ هبيع شاطة هسرح بمعيز المهم اختفي واغول في اي دهيا بعيد عن هنا خد كل خاص احسن من شط خاص ايه وقرف ايه؟ تحت ايه اللي قاعدة قاعدت معيز ولا ايه؟ ايه اللي حكاها اخواننا امسكالة خريفة وبعدين قلت لك هاسأل اعرض نعمة للأم اللي اختلع عشان تروح السودان خلاص بيش حد معه تلفون خد هذا الرقم متاح دائما هتلم مين؟ هكلم البنادماء الوحيدة اللي مضبوطة في رقابتي اخدها لقريفة اخدها لقريفة اخدها لقريفة اخدها لقريفة اخدها لقريفة ألو؟ ايوة استيزة ايوة درويس ممكن قابلك دلوقتي؟ انت فيه؟ اجيب كريم كراميل ولا تشرفوا الشاي انين يا جي جي جي؟ جي جي بقى لازمة كاملية ايوة 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 ليه؟ ايوة ليه يا ام اشرف انا خلاص بمبكرة انا عايش حقاة الموظف المثالي فيش طبيق بقى على نيلة هاتيله بطيخة يا حبيبتي وجبنا طب علي علي قال ليه قال ليه يا عم كبرت دمائلك بقى يا عم قال ليه كده بس شوية نسمع بقوليه يعني مش ممكن كمل استهتار بعقول الناس انتو للدرجات دي مش مستوعبين ان ما فيش حاجة بتستخبه خلاص وبعدين ده ارهابي وقضية وزيرة كنت انا وينت ترمخه لغاية امتا يعني؟ ديني عليتها والبساط والله حالنا عمره ما هينصلح بالشكل ده ايوة مين فعلا طيب كويس يعني اخيرا في حد بيحس جالنا خبر دلوقتي تقريبا عمرنا ما سمعنا زيه في بلدنا قبل كده السيد وزير الداخلية تقدم باستقلته دي اخبت جبنة وكريم كراميلة وحلاوة الله وراء واشرع ايه يا استاذا لا انا عايز اعرف كان ايه لازميته تجربنا في المكان ده حق عليا يعني انا عايز اكتفيالي جو المراقبة وبرضه بقى لازم بقى متأكد ان ما فيش حد جاي في ديلك ماشي مكلمتينيش لامبارة لا دي حاجات كتيرة قوي وطول شرحها بس انا جايلك بالنتيجة اتفضلي ايه ده ايه ده خلاص ما عدوش تزمة انا الموضوع كله رميت ورا داعلي يعني ايه يعني من النهاردة انا مش متكمل انا كنت عامل زي الغريق عمالة طبش كل شوية تعلق في اي حد علشان ينجبني بس حملي تقيل اي حد كنت بمسك فيه كان بيغرق معايا كان املي ان اقلاقي ايدنا مدودة من مركب تنجبني او طوقنا ده يتحدفلي في وسط المقوق بس للأزمة ما لقيتش انا لازم امشي يا استاذة خلاص ما بقاش فضلي ولا حتى اشياء يتعلق بيها يعني ايه عايز تمشي؟ هي حفلة شايم عزوم عليها هتسيبها وتروح تمام ارجوك يا استاذة انا مش عايز تقنيب انا اللي فيه عمرك ما هتحس بيه انا باية عامل زي الوبا لما يحل في حتة ياخد اللي قدامه في سكته موسيقى هو انت خدت القرار ده بعد اللي حصل في السكة كينة؟ ديش عارفك باللي حصل في السكة كينة؟ مصر كلها عارفت اللي حصل في السكة كينة ايه ده؟ بتعملي ايه؟ اتفضل شوف الفيديو ده نزل مبالح على السوشيال ميديا والدنيا مقلوبة الجرايت كلها كتبت انهم لقوا جثة شابه وامراتهم مرمية في البيت تابع موسيقى فقد وامراته؟ يعني اتعرف؟ نرويش؟ ده اكيد ملاكش يد في الموضوع ده مش كده؟ ماليش يد في الموضوع ده ازاي؟ ماليش يد في الموضوع ده ازاي؟ الناس دول كانوا عايشين في حالهم بلغاية لما حطيت رجل في بيتهم واصفت عمرهم وانتوني لاكمل انا بقيت جامل في رجلي هلموت في كل حتة ارحم هرجوك يا استاذا بعيدا عندنا الله لا يسير وكفايا كده فهي بابراته قول لي بقى حزوم انت على اي اساس بتقول ان اسعد ممكن يكمل معنا اسعد مش ممكن يستغل عن الدب البساطة دي طبعا ممكن يكون كلم ناس عشان يجبوه ولو غيرنا بس المشكلة انه مش عارف ان انا الوحيد اللي ممكن اوصله اللي هو عايزه والله يا اخي انا مش عارف انت جايب السيقتي كل امنين ده ريش دلوقتي لسهربان واكيد هيحاول تاني عشان هيوصل لنهلة وهو ده الخيط اللي هوصلنا دي نهلة هي مش نهلة برضو ولسه مراتك ان انت بتحبها وبتخاف عليها ولا فيه جديد انا ما عرفوش نهلة دلوقتي تحت الناحي يعني اول ما يوصل لها انا هعرف اجيب بتطورش بالك انت بالقصة دي انا هفكر الله عنها نفسي ما هنفسك انت باب ايو ابني اعملت قلتلك عليه طب الحاجة دي بكرة تكون عندي ومش عايز تأخير وانت تعرف فوق ده من زمان؟ فوق ده كان زي ابني شيلته عليك تافي اما كان حتة لحمة حمر بعد العمر ده كله لما قابلني عرفني بقى يلديني باسمي اللي انا نفسي نسيته زي ما كل ربنا سبحانه وتعالى كان باعتوني عشان يطبطب علي كان لازم احميه من زهير وانت زي متأكد من زهير اللي بيعمل كل ده؟ ما حدش غيره هو اللي اعملها فوقتش يقفه وعرفه كان لازم اهرب انا عشان ما يحصلش حاجة مندي خالص ولازم اهرب دلوقتي كازم اهرب دلوقتي عشان لعنيتي متحلش علي حواليها واقولهم طريق دي زهير لو كان عايز يأذي طارق كان ازامي زمان جدا زهير كان عارف زماني انه موت لكن دلوقتي عارف ان انا حي ما حتى لو عارف ان انت حي يبقى حي يجري وراك حتى لو انت هربان كمان هو يجيبك بص انا مقدرة خوفك على ابنك ومقدرة مشاعرك بس صدقني ان الهروب ما بيجيبش نتيجة انت بقى لك عشرين سنة هربان كانت ايه النتيجة دويش الهروب ما بيجيبش وراه غير الهروب انت علي ايه انت علي ايه حاسس دموك حاسق دماغي هتنفجر عموما انا انا مش عادر اقولك حاجة غير ان انت هاتك تفكر عشان تاخد قرارك هسيبها مع نفسك كويس وشوف اللي هي رايحك وانه في النهاية القرار خرارك دمون رايحك موسيقى 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 ده بعد ما عيدنا نشرب فيها وصاف لدرويش عبد الربو دول كم دول؟ دول 523 بيراب يا فن نعم ليه؟ دروا راكب قطر وبصص للناس في الشباك بيشاور لهم مش كل دول هشوفوه واحنا اللي فتحنا الباب للبلغات والناس ساعتك بتشك تشك في محافظة؟ محافظتين؟ مش في 7-8 محافظات احنا كده مندور على والي مش إرهابي انا قولي يا فندي ممكن نعمل إعلان على المكافأة للي لقيك وبكها لضمن جدية البلغات متى السادق عشان اللقسام كلها تتحول لمبكات البريد اقفلوا باب البلغات دي خالص مش عايزين هاري على الفاضي عمرك فن اسمعهم ما عايزكم تعملولي حصر كل الأسماء اللي جات فاضية اختيار السادات بس حاجة؟ لا أبداً بس أصل القضية دي أغلب اللي ترد في ياماته والليس عايش منهم بها في حكم الأموات خلال زي دي تفضل نايمة بالسنين وفاجأة بتتحبق ما زي درويش دي أكيد مش لوحده أكيده وره ناس هتقولي اللي عايش منهم إن شاء الله على ما أقالف هم لقصة طيب فهم طيب أحسن تغير شو دي إبني أين أين أجل؟ هاي با يا حبيبتي شكلك تعبين يا أورج متعودة ترجع متأخر كده؟ يعني كان عندي شوية شغلة كده متأخرين اضطرت أعملهم أنا وعي معاكي من دلوقتي 18 ساعة تحضر نفسك طيارتنا بكرة بعد العصر ساعة ثلاثة طيارت ايه؟ أنا مش مسافر على فكرة نهلة أنا خلصت كل أوراق ورتبت كل حاجة ساري أنا برا الترتيبات دي معقولة حنتناقش في الموضوع ده تاني؟ سوأني بس حضرتك نهلة عايبتي لازم تفكري كويس انتي محتاجة تغير جوة تبعي عن جوة المشاكل اللي احنا فيه ده ميشي أنا ممكن أضغط على نفسي واستحمل انت بعيد عني بس مدام الظروف عايزة كده يبقى حزب الموضوع ده بالنسبة لي منتهي فعلا مامي محتاجة السفريات دي دلوقتي ممكن هي تطلع وأنا ممكن أحصلكوا بعدين لكن دلوقتي لا نهلة يا حبيبتي أنا عمري مغصبتك على حاجة ولما جيت المرة اللي فاتت وتكلمنا سبتك تطلع كل اللي جواجي معا أنك كان فيه كلام كتير جارح أنا فكرت في كلامنا واكتشفت أنه عندك حقا بليز دين فرصة نصلح كده ما بيننا بده ما تعني دمعي أنا مقدرة يعني اللي حضرتك بتقوله وإحساس حضرتك بس أنا ما بتهقليش هعرف أسيب حزم والبيت والشغل دلوقتي بحقيقة يعني أنا مش هعرف عيد تجربة شوفتها بتحصل قدام عيني سنة وراء سنة وأنا أكتر واحدة في الدنيا عارفة نتيجتها sorry dad I'm so sorry إنتا بقى لك عشرين سنة غربانة كانت إيه النتيجة إنتا مش الهروب ما بيجيبش وراء غير الهروب إنتا فضلت بعيدة عن طرق عشرين سنة بردوك عشان ما يعرفش إن أبوك المكر ليه عايز تهد دا كله دلوقتي ليه عايز تشهيله عارة عشان طرق قديم إنتا مش وش الكلام ده ولو في حد إنتا متدايق منه ومولع منه ولع فيه بجاس بس بالعقل وبالتكتك أنا ما كنتش كده أمان ما كنتش كده أنا كان الليل قبل ما إزل سواده على الدنيا يعمل لي ألف حساب أنا اللي كان يفكر يسن سنانه علي كنت أبلح حاله قبل ما يفتح بقه ولما جيه الوقتي اللي بقول يا حيطة داريني لقيت القرود بتتمتط على كتافي الله كنت خفيدك تعمل إيه بس يا صاحبي وبعملتوش أنا ما عملتش حاجة أنا ما عملتش حاجة أنا بتحرك زي الجلس ما بيرنش غير لما يدق عليه أيوة متفكر فيه دلوقتي يا دارويش مش دارويش اللي حيفكر فاطل الغول هو اللي حيفكر وينفذ فاطل الغول هو اللي حيدرب ما بيفديش الضرب الراجل دخل على الثمانين أخذ الحاكم في ثلاث سنينة عشان كان متسطر على دارويش ويتين تنين بعد حدث السلام أبض عليهم عنه بعد مخرج بستيك ما خلاص سوايا اللي مش عايز اسمح قصة حياته موسيقى شوف الفرق أنا مش عايزك تطول عندنا نحن وقتنا يسمح ولا أنت حمل البهدلة هم كلمتين ورد خطاهم وممكن تقول لي أنت بتضحك على إيه؟ أصلي لما سمعت عن حدثة الوزيرة دي وعرفت إنكم اتهمين دارويش وشفت كمان الصور اللي أنتو نشرتوها قلت أستنى أستنى أشوف الحدوتة العجيبة دي هتخلص على إيه؟ أنا كنت فاكر إنكم بتلبسوا أي حد لأي اسم عشان تلهوا الناس وخلاص لكن لما شرفتوني بالزيارة وجبتوني هنا فهمت أنتو غلابة عبدية وبعدين يا فردك وبعدين ما تتكلم عيدلي وتقول كلام مفهوم حاضر حاضر يا حقول لك كلام مفهوم دارويش عبد الربو اللي أنا عرفته من أربعين سنة واللي سجنتوه زمان مش هو دارويش عبد الربو اللي أنتو بتدوروا عليه دلوقت تعال إيه؟ أفهم من كده أنك مش هتهرب؟ أنا مش حد يدهر إلى النارة ماهر أنا لازم أواجه الله أمو البصبور بصبور اللي خليفة طاتش المقق عين أمه فيه خلاص هنلغيه خليه مقق عينه ما أنا عاوزه يا لحمد الله طفهمني نوع على إيه؟ نوع جيب دغز وير الأرض قبل ما جيب دغز أيها صاحب بس الزهير ده عرفه أنا وين كناس إنما اللي قدام الناس أمجل به الدين ويردير المضيف الوسخ عيفضل طول عمره وسخ وزهير ما نضيفش يعني لما غير اسمه من زهير لأنجل ولا انت فاكد يعني عشان خاطر المليون جني اللي تلعبيهم العملية زمان هما دول اللي كباني أصحى ما أصحى أصحى أنا لازم أن أخر براه وما وقعت زمير هواقع أمد وأنا معك يا صاحب بحيات اليام السودة اللي عشناها مع بعض السامن ما هسيبك اللي ما تبرد ضارك من ابن الكلب طول عمرك أخ ورجولة ما طول عمرك أخ ورجولة أنا عاز فلوسة ما بحيات اليام اللي عشناها أنا وانت على البرش كتفي بكتفي كده ما هسيبك أبدا أبنا يا كرمة أبنا يا كرمة بقولك رجولة طول عمرك رجولة أنا محتاج لفلوسة ما رحمة أمي وأمك زهير دوت لخلوه قد كده قدامك انت رمها ما بقولك محتاج فلوسة يا جدع وأنا بقالي ساعة ما لا لغوش على مسألة الفلوس دي أجيبلك مني بما تعرف الجيل وغطاها الواطي 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 هاتي نفونك نفوني فعيست قلبي وحلص اخلص 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 خيه خيه يا ربي انهاتي يا حبي انا في مخير من كحالي أنس بتليني علي بينا لقين هاه 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 اوه مه اوه فك حصرك اوه 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 اخد بالك بخير فوق اوه فك حصرك اوه فك حصرك اوه اعاد في نوسى جدع عادي حسان قولي بقى يا سيدي ايه اخبار قضية عوزية الصحة بالله يا فندم مش عارف اولي ما عليك ايه الموضوع معقرب شقاية اتشافت حاجة مهمة هي اللي خليتني اجل معاليك النهاردة ويه هي بقى دي صورة درويش عبد الربو اللي بنتور قليل اللي الزملاء طلعوها من الملف بتاعه اللي فقرشي في السجن الحقيقة فاندي من لما دورت وراه ووصلت للناس اللي كانوا شغالين معاه زمان ايام قضية يا سادات كلهم اكدوا لي ان درويش عبد الربو الكتيان شخص تاني خالص ايش اللي موجود في الصورة دي الشخص تاني ازاي شخص تاني يا فاندي ايش هو ده انا وصلت لاتنين من اهم الناس اللي كانوا يعرفون اكدوا لي نفس الكلام ان مش ده درويش عبد الربو الكتيان وانه المفروض ندور على درويش الاصلي اللي هو في الصورة دي سياتك درويش عبد الربو الكتيان الحقيقي انت هتخرج يا حسن يعني ايه الكلام ده ايه فاندي ممكن جدا يكون واحد منهم منتحل شخصية التاني اوي يا جوز اوي يا جوز ايه يا حسن وقال لك ايه انا اخترتك عشي تمسل القضية دي متأكد الف مية انك اجيب الراجل ده ونبضيعش وقت خد بالك احنا نرعفش الراجل ده هنعرف الراجل ده الراجل ده اللي اتهامناه قبل كده باختيار الوزيط الصحة والراجل ده برضو ان الناس بسألها لنقبض عليه وانت اللي هجيبه اعساء يطلع بقى عبد كريم درويش بيطلع زفت جن ازرق نجيبه الاول وبعدين نهد رأي العام وبعدين بعدك هنشوف العاق انت بتتكلم فيه ده فهم يا حسن؟ يا باب ما عليك مين؟ افتح يا شابان ابوك تقول ليه بتقولي انك ابوه يا ما كده مش عافتح مش هدفتح الباب ليه يا سبني ماركون يا شابوب ما تقول ليش يا ابوب ده تاني وانت كده ابوك بيتلعني؟ انا قلت لك كباب انا باكل يا شابوب دي من اتمر وبعدين انت امرها لفاس السلمتين لامن الدول المرات دي بقى عايز تعمل فيه ايه؟ هتعلقل زنابطة وتودين الشرطة العسكرية؟ يا انا لجيب لك كباب وكفتة ترم اطمن كباب وكفتة؟ والسلطات كتير؟ كتير؟ وهوزع بالعاد لنبو بالعاد؟ عبيبا بويا السلام عليكم هل انا فين الكباب وكفتة؟ كباب وكفتة ايه يا ابن الهطلة؟ ما انت بتجذب؟ انا انا بكرارك وبتجذب برضو؟ وانا حلت حاجة؟ انا جاي اخذ منك ارشين؟ ارشين؟ ما يعملش كياش ومش برسد بعكش انا؟ يا رب برحمنا برحمتك يا رب يا رب ده انا بسمع على عيال بتسرق ابهاتها بتاخد عربياتها بتاخد بوت ابهاتها علشان توليسها بالحياة لما قاب بيجي استرف من ابنه ابنه اللي ما بيحبوش انا في حاجة كده انا مش حسيسة ايه هي؟ انا ليش عبك ولا شابه امي؟ هو انا ابن خالي؟ لا انت جيت صدفة صدفة اه وعايز ايه بقى منك؟ سعبان يا ابنه جعال وعايز فلوس اه جعان حشيش صح؟ جعان نفسك تقول لك سخين كده حشيش طوق او صلطة بانجو يا ريت يا ريت يا بقى بقى اكبر بقى هو عباق يا بقى عشان خاطر يا بقى بقى لاش حشيش مش حبيني شوية زي الحشيش ده الحشيش ده هو اللي بتجواعك يا ابني ما تظلمنيش ده الدكتور كاتب لي على اللعمة اشاعة على دهري وانا وعبك درويش ايه انا كانت سلفني عشان عامل الاشاعة والله عزي ما بنزدق اكشا وبعدين انت مش عمات اشاعة على دهريك اكبر احتواشر الف مرة ولاك مفيش عاجة في دهريك انت بتستبز ازينا هتفق ايه انت؟ بعدين عم درويش ده مش ده اللي باعته بطوب الارض ايه يعني ما بيقوا تقالي؟ عافية انت شغلش طنب الليل ولا ايه؟ يا ابني الظروف هي اللي حكمت بكده عم مكدرويش لو كان هنا كان سلفني ده راجل طيب وبيسامح انت بتلفوا الدور على ايه؟ عم مكدرويش ويسايب لك شوية اجهزة كده في السايبر اه انت عايز ان اخوني الامانة ونقلب الراجل في ماله لا يا شيخ مان انت اكفل بيت فانا بتعمل ايه؟ بتزغط له البط لا باخد بحس البيت ولا انت عايز نعيش معاك يماك في الغرزة اللي انت عاملها ايه انا ما بيعلك حتة تيم من الحتات دول عشان اجيب برشاة مع بالبهد مالي لا لا يا ابن انا فيش حاجة عطي طعم السايبر تصبر دايما انا في رقابتي واي كلمة تانا انا هقالعلك بانك صدق انا ندمان انك ابوية وندمان ان انا ابنك وندمان ان انا باندم معي ودلوقتي بقولك ان انا ندمان وندمان ان انا فتحتلك وندمان ان انا بتكلم مجيت لها برا يا رخبا انا قليل الاص انا قليل الاص يا الله مش انتا ولد عاق عاق ايه بس انتفهم يا عاق ولو انا وصلتك ما اتعرف معنى هتوحشيني يا لوني وانت يا مامي هتوحشيني أقول مفضلك خذي باني تمن نفسك لاحبك أيضا باناك تلابقى يا حمود برحتك انا برضو هستناجي انا مش عايزة الكرسي ده انا حلمش على رجل لما عليكي ما يدفعش ماما عشان خطفي من فضلك خليكي حبيبتي خليكي على الكرسي مش هوسك على نهلة انا منتصر متقلاش يا مراد دفعناي انت عارف مع السلامة ما عليكي عليك سلمك يا عصام وصلت الحاجة في موضوع ام جديب ده انا روحي طالعت يا سيادة الليوة شغل السفرات ده ما اعرف بجد وصلت الحاجة ولا لا مفيش حد قد تنشير الدخول لليونان بالاسم ده في الفترة دي خالص اه زي ما توقعت عصام انا عايش شهادة ميلاده ايه اقولك عايش شهادة ميلاده سمعت ولع كرارها ألف مرة يا حبيب انا قلت لك وشغلانا دي عايش شوية سكاوة أكثر من كده عايش شهادة ميلاده وفي حاجة أبسط من كده يا عصام ده انت رازيل ابن اخت الصعيح يالله مع السلامة ماشي يا خالي مرسي علي ايه انك تمسك تتوقفي جنبي وتفضلي معي ويعني لو المفوض ان في حد يقول مرسي هيبقى انا مرسي علشان انت وقفت جنبي واستحملت اللحظة للفترة اللي فاتت بص يا نهلا انا كنت طول الوقت بابصت الحاجات بعيني وعيني طول الوقت خايف عليك بس بس اما فكرت قلت اشوفها بعينك انتي حاسيت ان عندك حال في ايه بالزبط موضوع ده رويش ده لما اتعرف ان الداخلية مقبضتش عليها موضوع اخد شكل جاني خالص انا طول الوقت خايف عليك ممكن تتعرضي لخطر بس خوفي عليك ده خلاني انتابه الحالة مهمة جدا انتي قابلتي راجل ده كذا مرة مفيش مرة فيهم فكر انه يؤذيك وانا كنت طول الوقت بحاول ان اقل لك احساسي انه الراجل متورط مش اكتر بس يا مهمة الخلاص يعني وانا علاقتي به اتعطت مش عارف حاسس انه ممكن يكلمك تاني مش معنى طبيعي يا نهلة راجل يعني هي الجنمين غيرك عشان يبرقوا بس المرة دي لو حصل ممكن نقرب من موضوع اكتر عشان نعرف نحله ازاي جد يعني هو لو راجي عديني المرة دي هتقف معي اه طبعا المرة دي هبقى كو الموضوع هبقى متطمن عليك مش اتحرك يعني بدفع الخوف بس المرة دي بقى شوفي حد يخاف علينا احنا جدين احنا جدين احنا جدين احنا جدين هايوة جاي فين احنا احنا فدر شايف يلا خليك عشان تطعز وتبطل عك تلاقي عددك في امر الدولة علمتك العفة يا بتاعا قلطص والولا شاك فين وده سؤال تسأله وانا عمر بعرب يروح فين يا السلام ده ذكر الحمام بيخاف على زغلوله الولا تينفونه مقفونه من الصبح ما تقلقش عليه هروح فين يعني يتلاقي عنده واحد صاحبه يتلاقي عندك في البيت يتلاقيه في الصايبر 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 ايه وما تشمعش الصايبر هو اللي زيده يغلب بس أنا ديته درس في الشام قلتوله تروح المحل بتعام بكدرويش تخلي بالك من ماله ومن كل أحواله وشغله وهو مش موجود ده انت اللي قلت الكلام ده طبعا ده انت تاكل مالي النبي يا شيخ قلت ايه ادفع لك حق الشاي ده ها السلام عليكم عليكم السلام علي الله يا سلام علي الحب يعني حضرتك ما سافرتيش عشان خاطر الزوم مش كده لا 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 هو ده سبب من الأسباب بس يعني انت عايزة السبب الرئيسي تايا ليه موضوع درويش درويش بعد ايه بقى انت مش قلت انه خلاص باعي القضية عندي أمل انه رجع تاني في كلامه واني وبينك انا ما صدقت ان حازم ابتدى يقتنع بحكايته حازم انت حكيت الحازم كل حاجة لا طبعا ما حكيتش انا بصراحة يعني لسه مش عارفة ايه اللي ممكن يتحكي واللي ممكن ما يتحكيش بس انت وراكي حاجة بكرة الصبح ليه عايزكي معي في مشوار وبعدين على فكرة ابوك كان عنده حاجة عارفة جامعة يا عم اسمع بس من الحاجات دي خربة باعها وانت اولى بفلوسها وما دعم مدرويش فيه ما بيك انا عارسه دوار بقى في نفس الوقت انا كان زي اللي ما شايف عم مدرويش قدامي هاهاهاها يعني انا مطلت بورشام عشان بشوف سراسول حشب حشيش حشوف عم درويش هاهة الله اخرج ببيت الحشيش امسك يا زميل الحرز بتاع انا هاامشي اوه الله اخرج ببيت الحشيش بسمع على خير اه 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 طيب واعش اه عم درويشان انت عم درويش بجد عم درويش الاني بتال محل بارشها انا اه انت شكلك زي الحقيب الضابط غير من السجارة دي. وفقني. فقني. العلم ده بصمت عم درويش. يعني الدناع ده ده عم درويش. يبقى ده جسم عم درويش بقى انت عم درويش اوه. اللي هو احجتك القرب فيكم بشكلك. دوع كينا وكلمني. عم درويش يبقى ديني اوه في غيابك يا عم درويش والحكومة عامت معنا الصح. عامت معاك الصح. عاملت ايه ما انت زي القردة هو. يفعل اغزل نفسي عم درويش وانت بتستهل بيها دي. عزة ايه يا حبيبي. انا اتضمرت من جوايا. بيت اقطاو. طب فوق بقى كده وسحسح لي. عشان ماش. عشان ماشي نا. عشان ما حتى ما اقشى انا. انا انا راجل هربان. وورايا ناس بتجري قرى بعض. ها? وحاجات كده يعني. حاجات ايه? وحاجات كده. لا ديني للسوق ده يا زل. يا زل ان انا سطلت عريحة. انا عايزك تسعيد نالا. نبيو الحاجات اللي في المحل دي كلها على بعضيها. يا سبحان الله. رحوان الله. ونعمة بالله. عندك حد يخلص وشيت بسرعة? اعافة باشي اوه. يبولك فورا. وامضع الاكوار كمان. انا سمع عليكم. انا شبه عما درويش بالزبط. رحوان الله الاخوة تقلي بالله يا نهي العظيم. فرد الحمام هتلسوع في زغلولو. زغلولو. ما كنتش عارف تجيب حاجة اصغر من ده? لو عايز اجيب لك يا بشرك. بس هتستنى علي يا زباقين كده انا ما قديمني لك جمرك. مش مشكلة. طه يقدل غرض برضو. عمل له كم ده? الفين يقر يا جبير. نعم ارو حمك. ليه? ما انت عارف يا جبير الحاجة دي بتجي بتضليل. ماشي. هتعرف تركيبه ولا ايه? عيب يا جبير دي لعبتي. خلاص. تكني مكانك واستنى تليفون مني. تمام المقائد. انت اكيد ملكش يادة في الموضوع ده مش كده? ماليش يادة في الموضوع ده ازاي? ماليش يادة في الموضوع ده ازاي? الا سدور كانوا عاشين في حالهم. لغاية لما حطيت رجل في بيتهم واصفت عمرهم. طيب كويس. يعني اخيرا في حد بيحس. جالنا خبر دلوقتي تقريبا عمرنا ما سمعنا زيه في بلدنا قبل كده. السيد وزير الداخلية تقدم باستقلته. طيب فهمني نوع علي ايه? نوع اجيب داخل وين الارض قبل ما اجيب داخل. وصلت الحاجة ولا لا? مفيش حد فاتنا اشير الدخول لليونان بالاسم ده في الفترة دي خالص. درويش عبد الربو اللي انا عرفته من اربعين سنة. ولا سجنته في زمان. مش هو درويش عبد الربو اللي انتو بتدوره عليه دلوقت. دي صورة درويش عبد الربو اللي بنطور عليها. انا وصلت الاتنين من اهم الناس اللي كانوا يعرفوه. اكدوا لي نفس الكلام. ان مش ده درويش عبد الربو الكتيان. وانه المفروض ندور على درويش الاصلي. اللي هو في الصورة دي سيدك. درويش عبد الربو الكتيان الحقيقي. مين? احيب. ما كنتش عارف تجيب حاجة اصغر من ده. لو عايز اجيب لك يا باشا. اعترف تركيبه ولا ايه? عيب يا كبير دي لعبتي. ما فاضلك لو سمحت. لو سمحت. ايه يا كبير. اه حياتك ما تعرفش اه دكتور الزين السادي على ايه ازاي؟ لا حضرتك مش هتلاقيه ده بقاله شهري ما بيجيش بعد ازني طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ ندور على بياناته في الـ HR مثلا؟ لا 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 ما بحبش الشوشرة في الحاجات دي بتهيالي انه الأوفيس بوي ممكن يساعدنا احسن طيب معلش انا اسفة ثانية واحدة بس استأذن حضرتك يعني لو لو تدلنا حتى نعرف نوصل له ازاي؟ سيب اول حضراتكم مين يعني؟ احنا حياتك زميله من الجامعة الامريكية وكنا بنعمل معه مشروع اه اهلا وسهلا اهلا وسهلا طيب اتوضل له عندي الدكتور سعيد رئيس الكسطة لا 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 انت اسم حضرتك ايه؟ سلمان سلمان بس يا عام سلمان احنا عايزين نعرف يعني انت تعرفوا من الزمان عرفون زمان ده من الزمان اول من ايام ما كانت في سنة اولى كنت ادخل المكتبة قليل ادخل المعمل قليل ما شاء الله طول عمره ما شاء الله من هو صغير وين رجعونا بالسلامة ان شاء الله بس بينه وبينكم عليك شهر حساب قديم انا ممكن ادهولك وفوقيه كمان الحلاوة بس من فضلك يعني لو تدلين على عنوانه الله طيب ايه شوك بايه العنوان ما زميله راحوا البيت وملقهوش اه طيب شكرين اه طيب بقى يعني لو الموضوع مهم انا ممكن ادلكم على قبلة بشرة اخته ياريت طبعا ياريت اه يا جنبينا هيدا في مدرسة ابن لقمان شارع الجمهورية بس بس بسرعة تروح قبل الجرس ما يضرب ويتروح اه منشاكلين جدا جدا اهه لعبو اهم هاكل السنة وانت طيبة اهه هاة عام عليش انا اسه والله ينسيح ربينا ماراجمه منشاكلة جدا جدا وعبين ما نسم ما نسمى حنسأل بس انا فقول لعم فوزي فوزي مين الا انت مستور ان ايه اللي فوزي مين لا ام درويش انه انا بقول له عم فوزي كدة تمويه عشان محدش حس بينا لسا لا ما حدش كسنا ولا حاجة ايه صرفت البضاعة؟ كله تمام قادي الفلوس قادي اللابتوب اللي قلت لك امرغولك وفلاشات النت موجودة في الشنطة عندك خد ابسك عشان تنحسها اكتر وهي منحوصة نمسك حسها تفرق اوه هلا قولي عم درويش انت ليه بقيت اللابتوب والفلاشات دي دا يا سيدي عشان ادور تدلتك على واحد حبيبي عايز اجيب قراره هلا ها عم درويش امسك اخد دول ايه دول عمدرويش دول شفاة؟ ولا شفاة ولا نيل اخد من مكافئة ناية الخدمة حبيبي عمدرويش والله ما عارف انا عامل ايه من بعد انا كافة انت احف عمدرويش ما تاخدني معاك عمدرويش اخدك معاك في ايه معاليا؟ اشاركك راحلك كفاحك انت مش بتقول ان انت بتدور على الناس واعتعمل مغامرات وارد تحتاجلي تعالى الشهاب رؤى شهاب والله العظيم انا اوصك انك هتحتاجي طب روح يجهز انا عنزل مصص بقى وانت هتعصرني بالليل هبقى سيبلك عنوان المكان دول ماشي؟ حبيبي عمدرويش ايه مش عارفه اقولك خطة ايه خلا تقولي حاجة بتكروح باش عمدرويش بتكروح اخرا ماشي مرد اهيه لأولا بوش غير الجماعة بصورة عليك ابو انا نساء من حضرة احنا جايين من المكز القومي بالبحوث مي قاهرة وكن عايزين نسألك عن اخو حضرتك دكتور زين يا بتفضل قاضي معلش البوفيق افل مش عارف اضايركم لا لا مفيش داعي احنا بس جايين ندردش معاك شوية كده وهنمشي على طول هو دكتور زين كان مقدم على منحة وتوافق عليها وإحنا كنا عايزين نوصل له ومش عارفين نوصل له فلو يعني حياتك شاكرة انت عرفت توصرينا به والله انا نفسي مش عارف اوصله يا ليت انتو لو شفتوه تقولوه لاختك زعلانة منه فهو مش عندكو في مصر ايه ده هو في القاهرة اخر مرة كلمني من شهر قالي كده ومن بعده لا اتصل ولا حد شافه ده حتى التليفون على طول مقفو ده ما هو ما قالش حياتك بالزبط وهو رايح القاهرة يعمليه اصلحنا بصراحة يعني صعبان علينا تروح علي المنحة هو قالي انه رايح يقابل وزارة الصح بس ما قاليش ليه بس طول عمره لاسع وما بيتكلمش كتير بس بس اظن انه سافر علشان المشروع المشروع ده اللي حصله دماغه المشروع ايه انا عارفة اهو كان على طول بيتكلم ويقوله انه بيشتغل في حاجة لو تم تقال ايه هتغير مصر كلها عين العفيت ده ايه ده مو بتحشري اه اه حاجة زي كده يعني طيب احنا متشكرين جدا اه يعني انا حسيب لحضرتك رقم تليفوني لو دكتور زهر مطبق خليه يكلمني ضروري متشكرة جدا مرسي نايس فضل طاهر حمد يوسف الاعصر احنا ما كانش ممكن يبقى كده يعني يعني يبقى مراد على هسني كمال على مرعي يعني اسم ده لعكده ما ايك الاشياءات دي هي اللي بوازت الشغلانة انت هتعمللي فيها علم زرة ولا ايه يا خليفة جريه ما كانش اسم يعني راح ولا ايه اه شغل الهواء ده انا معرفوش انا بحميك من تشبه الاسماء افرد ان الاسم ده اوت مطلوب في قضية ولا ممنوع من الصفر وانت مش ناقص الاسم لازم يكون من الروح الشخصية احبك انت احبك انت يا بتسلطن ايه الجبال ده ايه الحلوة ده ايه ده يا خوار راجب يالها ليس سيد يالها ليس سيخ نائب رئيس محكامة استقناف قصيوت يا خليفة انت عايش لو قديني في ده ياه ليه عشان عاوز اديك حصان يا قضائية انت عمرك شفت مستشار بيقف كمين اه احبك احبك يا بتدلع يا بتدلع ايه الجبال ده يا خوار ربيان لا يا رئيس محكامة وده كمان ايه ده 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 يا ماني ليك انت زبوني وعاوز ادلعك عضوية نادي القضاء روح بقى وعيش مع نفسك وما توليش يا ابني الاردن شغل لانا سنيس على ابوه واه واه اه لا يا رئيس محكامة وعود ولادي القضاء ايه؟ ايه ده؟ يا ايه ده إيه غربية أبو النجابة كنت عملتوا مستشار؟ ومالو شد نستور بيقول إن إحنا كلنا أولاد تاسعة أنا أزهر بقى تأخرت ولازم أمشي دلوقتي هتروح فين؟ انت هتفضل هنا؟ لأ ما أنا لازم أبعد عنكم شوية عشان أخفف عنكم المصابي اللي ممكن تحصل لكم بسببي وفين البتاعة دي؟ إيه؟ البتاعة اللي كنت نزقتها هالي على الشعر كده؟ ها المكتة؟ المكتة يريد بقى تجبيها كده وتلزقها لي عشان نخش بقى الهيئة الاستشارية عيني! هوا! يالي حدويتك هتشرفنا كم ليلة يا ست المستشار؟ والله أنا جاي هنا بقصوص قضية ومعرفش هنخلصوها إمتى؟ أول ما هنخلصوها هنمشي على طول يعني نخلي الحاجز مفتوح؟ ولغرفة تانية باسم مين؟ بقى مفيش مفيش غرفة تانية مفيش غرفة تانية وحينزل معايا في نفس الغرفة لأنه السكرتير الخاص وفي نفس الوقت ابن أختي فجاليت تشفين حاجة كده ميجوز هندم؟ غرفة مجدوجة يعني هاي الوال حكاتي من السجار ممكن سيتك توكاري هنا؟ ممكن باسببور لو سمحتم؟ فيه إملاقات مطابقة غير مطابقة بالنسبة للموصفات القياسية في القضاء لا يجب لقى أحد إن يطالع عليها لو سمحت سمحت دي شيء ما يزاعدش بصبول من اقتصاصي معلش هي لسه صغيرة ومتعرفيش في التوقعات آه يب شوية بس إن دي بنت بحاجات سرية جيدة طب آه حلو لا عاصر لا عاصر فردل أشكرك طلع سيادة المستشفر غرفة 26 وانا ما متشكرين 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 يا ستة الكل متشكرين يا حلاو متشكرين يا حلاو متشكرين يلا 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 لما سلع النبي لما سلع النبي ملجاهة دي كلها عم ترويش ها متشكرين يا شكرين الجانب ألف شكو عبيت أنا عبيت نيه انسى اسمي درويش ده خالص انت فاهم؟ من هنا ورايح اسمه العصر المستشار طاهر العصر خالك وانت بنختي فاهم؟ ما بالصراحة مش مصدى عم درويش مش مصدى الموضوع ده عم درويش بقولك بنختي ابقى أنا خالك مستعي خالك 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 المستشار طاهر العصر احسي طاب بالرويج على طبه عص انت يعقلك الشارف في ساعة الزمن ها؟ شغل عمال خليفة هاهاها ايده ايده تتلفق حلين تبتى ما اتكلمليونا عم خليفا اكلملي عم خليفا كانت يضرب لي كلين اهلي ويسميني شاب ميتاب عبيت اتباع ؟ يا بدروييت تعقى اتافي تبا والله اتافي تفهمة ليش طيب ما اقولك ايه شوف حناكله ايه وخليه مطلعون الاكلة هنا حناكله ايه حبيبا خالو حبيبا خالو يا انا فيه حبيبا خالو انا ينفع كلمهم في التليفون يجبوننا الشاكوسي هنا شاكوسي شاكوسي يا ابن نابا ويه دا انت كنت بتحك ضهرك في دربزين السلم عشان تطلع منه القاشف شاكوسي طيب اروح دلوقتي اروح دلوقتي عشان وراي مكلمة خلو خلو اسمع تبع لازنك خال هلو ايروه استاذة ترويش دا رقم جديد لا متسجلهوش احفظي كويس بس من كده ان انت خلاص مش هتمشي لا مش همشي مش عامش ايه انا هكمل ومش حسيب الليلة دي كلها قيل لما لماها بس بقول له حضرتك ايه زي ما انا حقق في جنبك حضرتك كمان لازم تأمنينك وزي ما اتفقنا قبل كده مفيش مخلوق يعرف عني اي حاجة حاضر حاضر يا درويش استنى 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 انا عايز قابلك ضروري اسمع بس فاكر الاميل اللي لقيته انا وطارق على التاب بتاع اماما طلع بتاع واحد اسمه دكتور رزيني السعدي حاولت ادور عليه لدرجة ان انا روحت له بلده كمان في المنصورة بس لأسف ملقيتوش بتحيالي هربان برا مصر ايوه ايوه يا درويش ماشي ماشي ماما انا حقول لك كل حاجة بالتفصيل بس الاول انا عايزة قابلك ضروري علشان انا عايزة انا عايزة تجيب التاب معاك لانه ايوه بس اسمعني انا عايزة تجيب التاب معاك علشان انا عايزة ادور على على الايميالات اللي بينهم وبين بعض عايزة ابوص على كل الابليكيشنز الفايبرز والماسنجز وكل حاجة تمام؟ حلصت ماشي لو انت هتعرف تدور وحتعمل ده بأخصص ورعنا تمام؟ طيب ركز معايا درويش انا عايزة تدور على اي حاجة ليه علاقة بأ werk العين العفريت أيوه عين العفريت اللي قلبت حيتي وحيتي أنا مقدرها وقفك جمي موتأكد أن ربنا هيوقف معين ادعي ها ادعي من قلبك يا درويش أنا مكانت تحس أن ربنا هيستجيب إن شاء الله ربنا هيستجيب انا عايزك تختص في البتاع اللي معاك ده مش عايزك تقب غير لما تجيب لي قرار امجد الديب ده انا بجعز ادت الغطس اهو بس انا عايزك برضو تحددلي ادور على ايه بالزبط اي حرف تكتب عنه اي حد جاب سيرته بالرادي قابل الطيب وانا بقى اشوف موضوع زين ده زين زين والله زين والله زين والله شاب اه فين الحاجات اللي هنا اللي الناس بتكلم بعض بيه يعني بص عمدروش ايه 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 لو حتكلموا في شغل اللي هو البيزنس يعني اه حتبقى المحادثات في المكانين ما لهمش تالي اه يا في المزينجر يا الفايبر اه لما بقى اللي هو حتكلموا في الشقاوة والدلع واللزي كله يبقى فين الشقاوة الشقاوة دلع ايه الشقاوة دلع ايه شقاوة دلع ايه شقاوة الوزينة بلو حتتدلع وتتشقا الله يا الوزيرة دي مش انسة الانسة من حقها برضو وارد تقول ليها علاقات سابقة عملت علاقة مع وزير بس ما كانش وزير تيكه الله بحيت شكرك شكوين يا شاب ألف شكوة والله ساما درويش ما تزعلش قدمة ايه يعني انت وسك فيها ايه كده وهتلاقيهم بايا في المزينجرة في الفايبر زماني شكوين يا شاحن يا شاحن شكوين يا شاحن يا شاحن يا شاحن يا شاحن يا مساهل يا مساهل كل عسير يا رب يا مساهل جيد ايبني من الهلا كنت فيه لا هادة الوقتي مانا كلمتك قلت لك ان انا في المكتب بس انا عديت عالشغل ولقيت المكتب من فول حزمهوك على فكرة مش كل شغل في المكتب انا عندي معاينات نزلت اعملها معاينات؟ حد دلوقتي ريهام مكلمتني كانت عايزت تنزل تعمل شوية شوبينغ فانزلت معايها عايدي دريش كلمك كان انت ماشي ان احنا بس كنت انت متصورة انك ممكن تبقي صراحة معاي كتر من كده انا كمان مش لاقي اي مبرر خالص انك تخبي علي اي حاجة خصوصا انت عارفة ومتأكدة ان اللي دفعني هو خوفي عليك انا ضربتها فى الماكارونة بالبشامل وطلعت حيلة بس لازم تقديحي الزيت كويس ايه اللوكلك ده ايه اللوكلك ده ايه اللوكلك ده الاقي رسائل ما لهاش تلاتين امه اي معنى طب وانت اقل لي بيهدفك على الكلام ده من اساسه ما انا لازم ادور فكله لازم لازم اعتر على زين الساعة دي ده طب ما اتدور على اسم نفسه وانت ترشع في المطلوبة على طول وينفع؟ امه اللي ينفع بص السيرش ده من هنا اه من هنا؟ اه كده ما اوه ينفع سابني فى اللحوصة دي دي ماناش عرفنا اما درويش ما نقولت يمكن تكون عايز تدري الشخصيتها الاول اه يا دي النحس ايه الاسم مش موجود رلاز بقى بقى ما سابق لهمش ان هم ما تكلموا فى الخانة دي سيبك من المازينجر خليك فى الفايبر خليه فى الفايبر؟ اه يا فرج الله يا فرج الله زين زين الساعدي اخر رسائل كانت من ثلاثة اسابيع بيقول لها انا خايف يا دكتورة واضح انهم مش هيسبوني بترد عليه بتقول له طب انت مستنى ايه؟ تعالى مصر بيرد عليها بيقول لها مش هارف هرجع بقول لك ايه يا دكتورة انا هبعطلك البحث عالميل وانت بقى وانت بقى تسجلي عندك وتسيفيه عالباد بتاعك ومسحيه بل عنك من على الكمبيوتر احسن اتناطر العส Pikachu ولا شاب دا وضح ان الموضوع هيحلق قوي ها 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 how لا ارجع بقى ارجع بقى من الأول اشوف ايه الي مكتوف مخنوا يا رَهام مخنوا قوي حاسentانيا ضمير فظيعنى alumni ripping حزم أيها يعني عامل إيه أنا فعلا أنا حسني وردت نفسي لما اديت درويش كلمة إن أنا ما اجيبش سيرة لحزم ولا دخله في الموضوع لا طبعا إنتي بتهزاري إنتي متعرفيش حزم عامل إيه المجرد إنه عارف إن أنا نازل قبله عشان موضوع التاب ده كان حيتجنن ما بالك بقى لو حكيت له عن حكايته والملاوي اللي هو متورد فيه عامل إيه لا يا بنتي لا ما ينفعش ما ينفعش لا طبعا لا مش هقوله ما هو الفطل دمس عالصد دمعات ساعتين عامل درويش درويش يالله يخرب بيدك آه صحيح ما عيشش ما عتأخذ نيش يا أونكل طير مش هايصدي أونكل طير أونكل بولا كيه طبعا ما أتأخذنش أصنع الساعة الصبح ما غمعتش هونك يا حبيبي لا يا ولا اوه يا فندي ما عيش كسابتهم مستشار يعني لمجرد فطل عشرات فول فول بس ما تاخدش بالك عدلينا كوبايتين شاي واس ضبطش تسوعني يا فندي ما تهيش هاي علامة بيهم نيبدو ولا 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 ايه ايه أنا بدأت أحيش ان انا قطار ان انا جبتك معايا تعط معايا هنا قطار قعد عشان تعبت شوية تفول طب ما أنا بطنر ازاي ازاي الخشب المسوس من كتر البوع ما درويش ادميرك هي اللي مسوسك كل وطفح اللي بتحطه قدامك كفان مبلاش كل شوية ساعتين مستشار ساعتين مستشار حد دي اخبط فيها حد شان يار عمد حد شان يار عارف عيني حد شان يار صدق صح اهدا اهدا قول لي عملت دي في التدمير على امجر ديب ايه تربماية وستين الف امجر ديب في نتيجة البحث حلوة دورت في اربعة وعشرين بس انت اللي ترى كلك هلمة اه لقيت ايه لقيت ايه لقيت كل خير دا طالع رجل عزيم نعم ار عمك اه والله عزيم قول لي لقيته حد الوقتي ان القصة كفاحة بقولوا بنا نفسا من تحت الماينوس لحد ما ربنا كرموا بعندوا مصانع وشركات واستثمارات نعم ايه كدوة يعني مين دول اللي بيقولوا تقولوا انترنت هم اللي قدين على المواضيع دي ولا هم ولا انا روحي خلاص بقت في منخيري بقت فين في منخيري وانت بتدور كدوة ما لقيتهوش ملطوط في اي حاجة في اي قضية في اي مصيبة عمنا بقولك دراج العصامي من صفوة المجتمع ده بيدي طبارات بيدي طبارات المستشبهات ودر الايتم اقول تعايت ونبقى الكلام ده هتعايت انت بطيق على الكلام ده اه ماشي يا شهاب طيب تكمل انت تدوير كويس اكيد هتلاقيه ملطوط في حاجة اكيد هايبقى ملطوط في حاجة يا شهاب طبار جعان دلوقتي ها؟ جعان بقولك دو تريه ملطوط طول لجعان بقول لجعان بقابي كل وين ردين ايه ماشي يا باب ماشي يا باب ماشي يا باب في حاجة انا اعزي اتختم لا تمام كده سعبت لا اسأل مدام كوصل ومدام نديا لو في حاجة اعزي اتختم لا تمام كده سعبت حاضر دا يا ابني دا يا ابني الاماع دي دا يا الشوارع دا يا انا مش في كاليفورنيا هنا خليهم يتعودوا على الشوارع بس خلاص خليه بقى يرجع بداره زي ما طلع كده حاضر حاضر حاجة الاماع حاجة الاماع صح؟ حاجة 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 يا ابني بصرع على فكرة بمس سكتا نعم يا اخت شتيك يا اخت شتيك هيعملو فيه ايه يعني ها؟ هينورو لموسيقى الشرطة شتيك يا اخت والهم لبعده أبنا يا شهاب يا عاود روش عاوزك تركز يا شهاب ا focuses هار دماغك تروح كده ولا كده تنزل دا واللوت كده ولا كده. ده معروف عايزين ربنا سبحانه وتعالى يسترها معانا. والفلاشة مش مستحملة. يا الله حبيب ركز. يعني نوف الم خمس دقائق كده. ركز يا شباب. ركز. هلو. هيا يا استاذة. اي درويش. هاتم مني وصلت الحاجة. اه وصلت الحاجات. واضح ان في واحد اسموزين كان عامل بحث مهم جدا. والست معاقل الوزيرة والدتك. حاولت تساعده. فبعتوت الواحد اسموه الدكتور بكر الدهان. مين بكر الدهان ده؟. ده بقى اللي احنا عاوزين نعرفه. بس فيه. في رسالة بعتها زيل لولدتك من شهر. يقول فيها. ان انا. روح تقابلت الدكتور بكر الدهان. بس كلامه غير مريح. انه طلب مني انه. اسيب البحث. وهو هيبعته الشركة برة. من غير ما كمل شغل عليه. ووالدتك قالتنه طيب حابقى اكلمك. واضح ان بكر الدهان ده ملطوط. ايه؟ ملطوط ازاي انا ماما اللي قالت ان هو ملطوط؟. لا الوقت ده مقالتش ملطوط. انا اللي بقولك ملطوط. طيب اه. قولي هو مفيش معلومات عن زين السعدي موجود فين دلوقتي؟. لا يا هو كل اللي. كل الحاجات اللي بعتها من شهر. واضح انها من برة. بس منين من برة. محدش عارف. واضح يا عيني ان زين ده خايف ومتردد. الان. طيب احنا هنعملي دلوقتي. واضح بقى ان احنا لازم نجد ورا الاسم ده. وتعسلنا عليه. عسلك؟. تطقص يعني. ندور على بكر الدهان ده ايه؟ هيئته؟. صفته؟. بكر الدهان بكر الدهان. طبعا عرفه. تسألي عنه ليه؟. لا اصلي كنت عايزة. لا لا يا بنتي. اسمعي الكلمة ان دول مني. مش عايزة تحس ان انا اواصل عليك ايه. او واخد بالي منك اكتر من اللي لازم. في حقيقة لازم تعرفيها. اني جد انت لازم تلواصل فيها. فعشان جدا بنتي صارحين يقولي ليه كل حاجة. وليه اللي حصل بالزبط. يمكن اقدر ساعدك. خروج. خلاص يا ابني. والكوبقة فاضيت. فاقي نفسك بتشد في حجر؟. اخ سارة. اللي حزيت الحلوة ما بتدومش. قرأتني خدت طلبت اتنين. ايه. هي تاني. هي هي. واحدة صحفية متدبقة قمجة تديب. كل ما لقى عنوان بخبط فيه. قلقها اللي كدبقها. الله. متدبقة زي يعني؟ استلماء في جورنال اسمه سوط الشعب. ها. كل فترة تظرفه مقالة. ها. تظرفه مرة انه بتطرب من الدرايب. ومرة انه بتطرب من الجمارك. ومرة بيولس مع وزير عشان حتة ارض. ساكت ليه. ساكت ليه. ساكت ليه. انا مش قللك لما تلاقي حاجة زي كده هتقولني. مجرحية الساعة تم مستشار. ما استوحش تعامل السكرتيب بتاعك بالمنظر ده. وعدين انا انا هقولت هصبر. لحد ما شوف حد تاني كاتب نفس الكلام بتاع الصحفية ده. عشان ما استوزقوا من صحاتي قبل ان ننطقوا بالحكم العشوائي. انت استوزقوا. انت اللي عيشت خلاش دور انك ابن اخت رقيس محكمة ولا ايه. ها. ها. اللهي بركة. بركة اني فيه لسه واحدة بتنتقوا بتقول للغول عينك حمرة يا غول. اسم هي الصحفية دي غلا. سلوة شعيب. سلوة شعيب. خير يا سادر. مفيش اي خير. انا هطائم من جنابي بس. سعادة ما احنا كلنا همطائم من جنابي. ايه الجديد يعني. مش عجب الحوار. قال ايه. دي فنانة. ليه تسأليها في الانتخابات والسياسة. اسأليها في الحاجات اللذيذة. ايه بقى الحاجات اللذيذة دي. ها. ايه الحاجات اللذيذة. سلوة الحاجات اللذيذة عن الفنانين كتير قوي. يعني خدي مثلا خناقتهم في اخر المسلسل مع المخرج. مش عارف ايش عاد طلق مين من دكتور تجميل. كده يعني. انت عايزت نقصني صح. يا سلوة ما بالعقل كده برضو. ما لو رئيس التحريق عايزك تسأل الفنانين في اسئلة سياسة. كان نعلك ليه اصلا من قسمة تحيات. ايوة يعني قال عملي دلوقتي. انا ما كملتش اسبوع وهترشق. اسيب له الجورنان. يا راش عبط. ده هو عايز كده اصلا. قوله لانك متعيني هنا وخايف ان قرار فاصلك يبقى تعصفي. كان لفدك اساسا من زمان. قل تعالي هنا. انت الناس اللي انت وقعتيه اصلا مع امجد يديه باخر مرة. ويا سيدي لو مشيتي من الجورنان. هتروحي جورنان تاني ما انت مش هترتاحي برضو. وهتحاول تخبطي في حد كبير هتلاقي ان انت وقفالك. صد كده. بينك وبين النش. ايوة يعني انا عايزة اعرف دلوقتي اعمل ايه. انا مش عارف اشتغل. لا 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 هتعرفي ما تقليش. هو في اولها بس شوية كده وهتتعود. هتلاقي نفسك بتكتبي كل حاجة. اللذيذ المريح. بهدو. زي بالظبط. ممكن منتصر. يعني حضرتك زاكد بعد كل اللي حكي تقولك. في حاجات يا بنتي اللي ما بنحفر وراها. ممكن توقعنا في بير. ما نعرفش الاخرق من وابتها. تركيبت اتناعك ليه. ليه؟ زين السعدي. زين السعدي ده جيه لممتك من شهرين. كان عاوز يقابلها ضروري. كان معها بحث. شغال عليه بقاله فترة. ووصل فيه لنتيج مهمة. ده فزعي. ماش فاكر. يعني مش مصلحة ان انا افتكر او ما افتكاش. انا محبش الدخل في العاجات دي. المهم ان هو كان عايز الدعم العملهم اللي عند منطق. عشان يساعده ان يقدر يكمل جزء النظري بتاعه. تساعده يعني تقدر تقدم له اي مساعدة. هي ما كذبتش خبر. بقيته بتوصية لبكر الدهان. هي ويتلع مين بقى الراجل ده؟. بكر الدهان ده مسؤول التطوير في شركة من شركات الأدوية اللي تبع الحكومة. وايه يا ممكن كمل؟ يعني ايه سبعته العملية مش كويسة. اقولك ليه؟ لانه بتعامل مع شركات أدوية كتير قوي برا مصر. يعني تقدري تقولي انه هو عين على السوق المصرية ليهم. ده غير بقى انه هو بيسرق أبحاث ناس كتير. وبينسبها لنفسه. وبيصربها للخارج. ولانه راجل مسنود. الناس دي قدمت فيه شكاوي. بس الشكاوي دي كلها بتتريمي في الزبالة. بس اكيد يا هاني ماما. اكيد متعرفش اي حاجة عن النضوة ده. للاسف. كان نفس اقولك بنت انها متعرفش. لكن للاسف. ماما كان بتعرف. لا يا ممكن لا. لا. لا لا مش ممكن طبعا. لا. الحقيقة كلمت معايا في الموضوع ده. قبل الحادسة كده بكم يوم. وقالت انها تورطت ورطة كبيرة. اقولك شكل الورطة ايه بنتي. مدرويس ما تخدنا معاك عن مدرويس. اخذك ما عالف ايه ما انا. دايت ربما وستين الف. ام جاد يديك في نتيجة اتباع حس. هلوه اوه. دورت في ارباح عشر بس. كون اعايزين اسألك عن اخو حداتك دكتور سين. والله انا نفسي مش عارف اوصلا. ياليت انتو لو شفتوه تقولول اختك زعلانة مني. وهو مش عندكو في مصر. ايه ده؟ هو في القاهرة؟ اخر مرة كلمني من شعر قال لي كده. عضوية نادي القضاء. روح بقى وعيش مع نفسك وما تقوليش. نائب رئيس محكمة السئناف قصوك. يا خليفة. انت عاشت وقديني في ده يا. انا عايزاك تدور على اي حاجة ليه علاقة. بدافلز اي. ايوة. دافلز اي. والست معادي الوزيرة والدتك. حاولت تساعدك. فبعتوتي الواحد اسموه. الدكتور بكر الدهان. مين بكر الدهان ده؟ في حقيقة لازم تعرفيها. ان الجدي لازم تبقى اصطفيها. ايوة يعني انا عملي دلوقتي. انا ما كملتش اسبوع وهطرشة. اسيب له الجورنال؟ اسماني الصحفية دي غلال. سهل لها شعيب. سهل لها شعيب. انا هكمل. ومش هسيبي الليلة دي كلها. قيل لما لماها. ايوة يطلع مين بقى الرجل ده؟ بكر الدهان ده مسؤول التطوير في شركة من شركات الأدوية اللي تبع الحكومة. وايه يا مكر كامل؟ يعني سمعته العملية مش كويسة. اقول لك ليه؟ لانه بتعامل مع شركات أدوية كتير قوي برا مصر. يعني تقدري تقولي انه هو عين على السوق المصرية ليهو. ده غير بقى انه هو بيسرق أبحاث ناس كتير. وبينسب عن نفسه وبيصربها للخارج. ولانه راجل مسمود. الناس دي قدمت فيه شكاوي. بس الشكاوي دي كلها بتترمي في الزبالة. بس أكيد يعني ماما أكيد متعرفش أي حكا عن الموضوع ده. للأسف. كان نفسي أقول لك يا بنت انها ما تعرفش. لكن للأسف. ماما كانت تعرف. لا يا ممكن لا لا. لا لا مش ممكن طبعا لا. الحقيقة كلمت معايا في الموضوع ده. قبل الحادثة كده بكم يوم. وليل إنها تورطت ورطة كبيرة. أقول لك شكل الورطة يا بنتي. إنها أخذت من الناس دي فلوس. في سبيل إنها تود زين الساعدة لبكر الدهان ويأخذ منه البعث بتاعه. ويبيعه. وبالفعل البعث. وهي أخذت الفلوس. لكن المزهل في الموضوع أن زين رفض. وحطوهم كلهم قدام نفسهم. وحطوا قلتك للأسف. في ورطة كبيرة. ورطة كبيرة. ورطة كبيرة. ورطة كبيرة. مكسوفة أقول لك بلتي. فكرة لما جيت هنا وسألتيني على عد الفلوس بتاعت السحل الشمالي. تقدر تقولي لي. ماما. بملتابها. تقدر تجيب من ليل المقدم الكبير اللي هو الدفع ده. شوف يا بنتي. هولدت المتين. وللأسف ورطة. يعني كل قاسة ولا بقول همتك. شوف يا بنتي. مامتك. حست إن العمر جريبيها في الشغل في الحكومة. وعايزة تأمن مستقبلها بأي شكل. فتوردت الورطة الكبيرة دي. ما عرفتش تخرج منها أبدا. ولما حاولت تتراجع وتديهم الفلوس. هم رفضوا. وهددوها. هددوها تعديد كبير قوي كان يوصل للأكس. وده تقريباً اللي حصل لبنتي. أنا آسف. حقك علي. أنا عارف إن الحقيقة مرة. كلنا بنغلط يا بنتي. لكن المهم في الموضوع ده. إن ماما. كانت عاوزة تصلح الغلط بتاعها. أيوة أيوة أيوة. طيب طيب فيه إيه؟ 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 نايا. مالك. فيه تعالي. طيب تعالي تعالي. 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 مالك فيه إيه؟ فيه بس. تعالي. تعالي إيهد. سيبتي. تعالي. فيه إيه؟ ماما كويسا؟ أنا زي. أنا كمان. إيه أنا بقى ليش أسبوع في المورور وحس إن أنا عايزة أضربت لقيمة عن اللي حواليها دي بالنار. هتخناء. يا عم إنت على الأقل بتروح بتايا مراتك بتايا بنتك. أنا بقى أتولي يوم. كل ما براوح. ألاقي نفس بعض أكلم نفسي. بنتي يا عم. بنتي الجميلة. آه. دي البت مالك دي طلع عليها غتاتة أشرف. يا بنتي براوح ملهوف في الشغل علي شو بنتي عاملتي ودار عليها. أتقينا عشان ما كنتي بشوفها كتير. يا البت زنانة زن. ما أنا بتناهي لقعب معك هنا دي هربان. ما إحنا نبدأ لعادين كده؟ لا أنا هنلاقي حاجة. بكرة. بكرة نروح لقاوة بتاع تبدو قيب قولك موشورت الدول الأوروبي هناك عالمية. موالي عنا. بتهزر؟ لا لا أذرش. هات يا عم الدوم أنا عشان نخلص ونترقعنا زي ما ترقعنا وشاننا لو عشرة دي. إيه عبد الوحدة اللي بقى خبير. اسم الأب حسين عبد اللاطيف الدين. اسم الأم زينب مصطفى أبو دنيا. محل الميلاد كفر ششنة مركز بنها اليوبية. يا عصام عاوزك تعمل تحرياتك بكل دقة. عاوز أوصل بأي شكل وبأي وصف لأي عثر للراجل والست دول. فهم؟ خلاص يا خالي فهمت. حاضر. ماشي مع السلام. يا خالي. ده ملف فضل الغول. شهدت ميلاده. تطعيماته. بطاقة التموين. شهدت التجميد. شهدت جوازه. لحد شهدت وفاقه. وده ملف أرشيف مصلحة السعود. أنا مهمنيش بقى الفات. أنا كل يهمني الاسم ده يتمحي من على البطاقة. هيحصل. يعني ما سألتنيش عن ملف مهم. ايه هو؟ ملف قضية فضل اللي في أرشيف النيابة. عرفت اجيبه؟ عرفت اجيبه ازاي وهو مش موجود أصلا. الجماعة بتوعنا قالولي ان فيه زابط من المدرية. جاء طلب الملف ده بالزات من يومين. والزابط ده اللي بيحقق في قضية السكاكيني اللي حصلت من يومين. اسمك هيفضل على الورق شوية يا فضل. مش شوية. أنا مستني يا حدي صحيني. حاسة اني في كابوس. مصيبة انها حقيقة. كل كلمة قالها أنجل منتصر. ده خالي اللي حصل ده منطقي. المفهوم وبتروت كل الخيوطة بعدها. إيه كان بس يا ماما؟ ليه؟ حبيبتي. هو كمان قالك ان انت حاولت تتراجع بس ملحقتش. برويش. ارد عليها اقول له ايه. اقول له. اقول له ايه يا ريب. اقول له انه كنت مصايب اللي انت فيها دي. سببها امي. لا. مش عارف عامل ايه والله يا ابني. انا مش عارف عامل. مش عارف عامل ايه. لا لا لا. بالعكس يا نال. انت مفوض دلوقتي عارفة تعملي هي اكتر من اي وقت فايت. زي. زي. انا دلوقتي بس فهمت. ايه لازم تطوريتك في الموضوع ده من الاول. سبحان الله. ممكن ربنا كان عايز كل الخيوط اللي تتجمع قدامك. وتشوفي كل التفاصيل. عشان تكشفي المجرمين اللي حاولي وراته امك. من غير صمعتها متتلوث. هي حاولي تتراجع بس ملحقتش. والواحدة اللي ممكن تساعدها دلوقتي هو انت يا نال. مش هي بس على فكرة. ودرويش كمان. اللي انت متأكدة دلوقتي ان هو بريء اكتر من اي وقت فات. والدكتور زي. انت الوحيدة اللي ممكن تساعدين. وستقيني. والله كبير تفقد. عارف انت انا فاكر. سبتك كده وانت امك نيجي عندك. عشر سنين. عشان كده ما عرفتنيش. انه مع عمري ما نسيتك انا عم الفاضل. يلا انا عسيبك ترتاح ونكمل كلامنا بعدين. انت وتمونيش بقى اي حاجة اجبها لك. انا مش عايز منك حاجة. غير الوانس. بتاعد واحدة كفود. لاح عم الفاضل ما تجوزني بقى اللي كان كان. ما شاء الله. الله يبارك فيك ده حتى كمان ربنا كرامني بزياده يوسف. ما شاء الله. ربنا خلهولنا كفاية. يبقى هو. زهير. انا عرفته من سرعة شفتها فوشت صور بوي. احنا عايشين في حالنا مش عايزين مشاكل حرام عليك. المترجم لله؟ المترجم للهو الله أرحبك أفوال الله أرحبك أبلي الله أرحبك أفوال أفوال أرحبك أفوال أستاذة سبعة محد بيسهل عليك مين؟ عنك إنت صبعة الفل طب خلاص روح إنت خلاص روح إنت مين حضرتك؟ حضرتك؟ مقبولة منك مش مهمة أنا مين؟ المهمة عاوزك في إيه؟ أفندم؟ أنا جانب وخصوص معلومات مهمة عن أم جديد ديب إنت؟ لأ إحنا إيه إنت دي؟ ما أنت مش مهمة دي أنا حضرتك وإنت مستعلاب إيه ولا إيه؟ لا أبداً ما هي الدنيا فيها العبر وإنت إيه بقى المعلومات اللي عندك عن أم جديد ديب؟ عبر؟ قصدك إن أنا عبرة الشكلك كده بتسخار مني إسخار إسخار ما السخرية بتلف تلف وتسخم من صاحبك يا ابني إخلص أنا روحي في منخيري وخلي إيه من غير أي حاجة روحك في منخيرك؟ قصة يا ما الدنيا كلها عبر إنت بتقولي إيه؟ إنجس التلامة اللي عندي ما يتعلش إيه ما لو عندك يتمام سوعة في حقيه أقولك يتال فيه تفتكن حتيجي؟ أنا عملت زي ما فطمتني بالزبط لما جاتش بقى بلعاف خطتك إنت لو كنت سبتنا استخدم أسلوبي والخلطة السحرية كان زي ما أنا جات زحفة دلوقت أسلوبك؟ أسلوبك؟ أه؟ كثنيلة اللي عايزة الخلف قابلت تجات إيه؟ فين؟ إيه؟ أشعقول لها أشعقول لها وأول ما تيجي خلع إنت ماشي بس عايزين نرحق بقى معاد الغدى في اللوقان ده الحق علي أنا والله لي؟ الحق علي أنا أنا جبتك معايا بجد والله الحق علي أنا كنت أرسك أنك هتتأثري بكلامه مين ده؟ ده سيادة ده تمستشار طهر أهلا وسهلا يا بنتي أهلا وسهلا يا بنتي تفضلي أنا مش هاخد من نوقتي غير دقائق أخلا أنا بقى مدرويش أما أسعد تمستشار أسعد تمستشار أنا عشان أوفر عليك بقى إيه وما تشبهيش إيه ده أنت الإرهاب؟ أيوة أنا الإرهاب المجرم اللي البلد كلها بتدور عليه وقعت وسط الناس كده عادي يعني مش خايف؟ مفيش حد يا بنتي ما بيخافش بس هكل بيعادي بعون الله يعني طب ما أنا ممكن أصوت ولما عليك الدنيا وكده ما فكرتش في حاجة زي دي؟ أمو أنت لو عملت كده يبقى مش هتسمعي اللي حول قولك عن أنجد الدين وإنت إيه بقى علاقتك بأنجد الدين؟ لأ مش مهم أنا علاقتي بإيه المهم أنا أعرف عنه إيه تحبك تسمعي؟ هل لي يبدأ يا ابني؟ ورينا صراح بين ده خلاص وقوله خلاص هل لي يرجع كريم؟ ها؟ تحبك تقولي تعالي عايزي يا عشرة إيه؟ أعلا بس هقولي يلا بسرعة وننبس زيوني نكمل اختبارات ها؟ ما ننجحش نشوان يا عمي يلا طب لو افترضنا دلوقتي إن الحكاية اللي أنت قلتها دي طلعت سليمة والنقام جدد ديب هو زوير الملاح زي ما أنت قلت إيه مصلحتك في أن أنا أعرف كل ده؟ يا أعتبريني يا ستي فعل خير هم الإرهابين دلوقتي بقوا بيفعلوا خير؟ يا ستي فكري بعقلك أنا لو إرهابي كنت عرضت نفسي للخطر وجيت عشان أهملك أنت صحفية وأعرف حضرتك شغل الصحافة أو بعض الصحافة ممكن تقلب الخير بالشر والحق بالباطل وتقلبهم سلطة أنا برضو جاي عشان أساعدك ساعدني؟ ساعدني إزاي بابا؟ أنا قريد كل اللي كتبتي عن أنجل الدين بس واضع إن كل شغلك طرف الهوى لأن مكانش عندك الدليل أيها بس حدودة زهير دي مفيهاش أي حاجة ممكن تساعدني ده غير إن أصلا مفيش أي حاجة تثبتها صح أنا كمان حكيت لك الحكاية دي عشان أوريك الجد كان معفن إزاي زهير الملاح من ثلاثين سنة في السككيني عايز أحط إيدي في إيدك عشان نقلع أمجد الدين وجدوره طيب أنا محتاج أفكر أمجد الدين وجدد أمجد الدين وجدد أنت تاهي يا أشرف إيه الهابل اللي أنت عمدها؟ هبل؟ هلازم نكمل يا كريم نكمل إيه يا ابني؟ أنت جرم موخك حاجة؟ يا ابني إحنا عملنا حيات كتير والأضيقة خلاص في إيدينا وإنت بنفسك شفت حسام ععرب ده هو تدخل الشغل في الأضياء إزاي؟ كل تعابنا ده هو يتير في الهوى أشرف إنك فكر نفسك باتمان إيه عمام يتير دي والجاودة؟ باتمان إيه؟ أنا لازم أرجع مكان الطبيعي وأنت كمان لازم تفكر زيه إحنا اللي حللون الأرضية ديت أكيد هيرجعون يا كريم صدقني أه يا درويش؟ أنت فين يا أستاذة؟ طلبتك إن بالح كذا مرة؟ ما ليش أنا أغلق كنت مجهولة شوي مالك، صوتك مش عاجبني لا لا أبداً أنا تعبانة بس لا ألف سلامة عرفت حاجة عن بكر الدهان أه عرفت حلوى قوي 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 ينفع أن يتقلب بعد ساعتين؟ ينفع فين؟ هقول لك درويش أنا وصلت عند نادي القضاء هنتقبل فين؟ أهو هو نادي نفسه إزاي؟ هتقدر لهم أن أعدك معد مع المستشار طاهر حمد العصر أنا سيب لك خبر التاب معاك مش كده؟ أيوة طب كويس أه لما تشرب يا هوتك هتلاقيني قدامك معلش؟ لازم أوصل بعدك عشان أأمن المكان وأتأكد إن ما فيش حد دورك ازيك يا أستاذة؟ ايه؟ ايه رأيك بقى في المنجاحة دي؟ دخلتي نادي القضاء عشان ما بقاش حرمت من حاجة ههههه ازيك درويش؟ ازيك أنت يا أستاذة؟ مالك لا مفيش حاجة بي شوية صدعة بس لا ألف سلامة عنك ألف سلامة ايه بقى حكاية بكر الدهان ده؟ بكر الدهان ده بطلع الدكتور صيداليب يشتغل في شركة أدوية تابعة للحكومة وهو المسؤول عن قسم تطوير البحث الدوائية وديه يعني من غير مؤخزة يعني حيثية مهمة يعني ايه درويش هو بيبقى مسؤول عن أي بحث بيتامل لما بيفكروا يطلعوا دواء جديد في السوق وزين السعدي عامل بحث جديد فالست الوالدة بعثته دي طيب وبعدين ايه كمان يعني؟ الراجل ده سمعت وحشة قوي في مجال شغله وتقدم فيه شكاوي كتير جدا إن هو بيسرق الأبحاث دي بس للأسف الواضح إنه مسنود أم زين السعدي قلق منه بس يعني اللي أنا عايز أفهمه يعني يعني إيه واحد يسر بحث هيعمل بي إيه؟ إزاي بس يا درويش أبحاث الأدوية دي ممكن توصل لتركيبات بملايين يعني ونفترض مثلاً إن شركة معينة وسط لمادة فعالة هتقدر بيها تشفي من مرض معين هتبقى الشركة دي هي الشركة الوحيدة اللي تقدر تبيعه وتستغله في كل العالم وأي فلوس بترجع ترجع لها لوحدها هتديك ham Explorer أه حاف Suzuki شوف كم حبةية بتتباع في السنة لكل دول اللي عامل كل الفلوس دي بترجع ل الشركة واحدة ها ها ومبكر الدهان دي بقى نشوف البحث اللي ممكن يطلع منه دوى مظيف يقمر عليه ويبعته الشركة من الشركات دي ويعخده اللي في الاسم نه بالضبط كده اللي عرفته إن باكر الدهان ده ليه علاقات كبيرة جداً جداً بشركات كبيرة برا مصر وبتعلم أنه هو كان عايز ياخد بحث زيني السعدي ويبيه الشركة منه أم زيني السعدي أصلك وبعت البحث للست الوالدة وحط عليه باسورد مايفكهوش الجن الأزرق الست الوالدة بقى عطيته عالتام هم خدوا خبر وده بقى سر المصايب اللي حطت على أدمقنا كلنا بالزبط وضع اللي حصل فعلاً طب إيه اللي يخلي زيني السعدي ده يسافل برا مصر واضح من مكالمات الفايبر يعني اللي بينه من الست الوالدة اللي برا مصر مش عارف يرجع طب إيه اللي يخليه يروع برجليه للناس اللي بتجري وراه بيه حلقات كتيره نفقود هالأرويش احنا لسه موصل للهرش ايوه اه خلاص فانت يا باشا فانت 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 يا باشا طيب ايه ده يا باشا طيب قاتل ازاي؟ ما هو طريقة الخواجات اللي انت بتستعملوها دي ما تاكلش معنا خلينا بالا ايوه اخويا بالادي عربية انا اقلب بأطورة تساوي بالأسفال بتا يا أمجد بيه انا كمان ما نفعش غمر بمصلحتي وده كان اتفاق ان الموضوع مش محتاج اكتر من رصاصة انت هتخلص منه وفي قوصة الزحمة انا هخش اسحب التابلت من جنبه وخلاص لكن اللي بتقولي ده ممكن ضيعي لكل المصلحة ده تخش دلوقتي حالة ان تجيبه بأي طريقة بالزم ده كلام معقول اي ام جبه ده نادو القضاء مش كاسون عنيل يا فاندي اكيد جوه فيه كتيمة امن مركز بتحرصه طب خلاص اهدى يا باشا اهدى عشان الهدوء مهم اقو في الحاجات دي هو على موم خلاص دخل النادي انا هستنى يطلع وهتصرف مع السلامة احنا عايزين بقى ننتوم القصة دي با ده المهم اللي يدوروا علينا احنا اللي هندور عليه خد التاب ده وصليه بالنت وانت الشريحة اي بس كده يعرفوا احنا فين ما يعرفوا احنا فين هيجوا يعني هنا يهدوا المكان ابييجوا ييجوا بقى هنا ابتدروا القضاء خلي السادة للمستشلين يدهم حكم وقته واحنا هنفضل عادين هنا على طول واحنا يعني هنفضل ندور على طول هي ديها واحدة نعرف مكانه فين ممكن يكون بقرة دهندة في مكتابه ولا في بيته دوري بس خشي خشي بس خشي انت متأكد يا درويش؟ هي متأكد خشي بس موسيقى موسيقى فيه فيه يتحرك أي أني متحرك فيه موسيقى مكتوبر مكتوبر؟ موسيقى ليس متحرك يعني شارع ولو في بيت ولو في مكتب عيني انا عائل ليه حد يجيسأل علي دلوتي ما فيش غريك مستر خازو جيد دلوتي اكتبتي متأكدة؟ يا أستاذة يا أستاذة بسم الله الرحمن الرحيم اسمي ده انا يا اخوانا حد يشوف دكتور اسعاف اسعاف يعني ماهر ودرويش وفضل وخليفة كل دوكنا مزجوين في سجن واحد ده مكانش سجن بقى ده كان وطيق هو ده اللي تفسر لميته معنى بعض الحد دلوقتي واضح جدا ان الشيلا بدأت مدق دي عشان تساعد بس فضل مش معاه يا ابني يا ابني فضل مات قبل ما درويش يهرب من السجن بيوم واحد ايه بس كان معاه بما يموت بكتير عشان كده كان مضايفه عنده ببيت السكاكيني مش البيت ده هوت باسمه فضل سيد الغول صح يبقى هو ده مفتاح هلازم نفضل ندور ورا فضل ده لحد ما نعرف قراره واحنا ايه المعنوات اللي عندنا عنه للأسف احنا كل المعنوات اللي عندنا كنا طول شغلينه كان مسجون طيب خلاص يبقى احنا بكرة الصبح عندنا مشوار مهم جدا لازم نروح الحمد لله جاءت سليمة سليمة ازاي يا دكتور دي فجأة كده طبت زي الطوبة طبيعي جدا الهبوط المفاجئ فالدورة الدموية ايامل كده واكتر هي شوية محليل وهتبقى كويسة ان شاء الله ان شاء الله عم اذنك ايه مالك يا استاذة انتي كنت نازلة من غير فطار ولا ايه ايه مالك بس يا استاذة ايه مالك بس يا استاذة ايه مالك بس يا استاذ هيا كده هيا تستفها كده دايماً ما تجيش غير من القريب لما أقولك بتحكيله ليه بتحكيله ليه تقوليلي جوزي حبيبي بيخاف علي يعني يا درويش انت لو مش متجوز مراتك ما كانتش هتخاف عليك بيقولك يا درويشك مش نقصة أنا حسني هموت حسن ده أنا بقى موت كل يوم كل ساعة كل دقيقة كل ثانية أنا كل خطوة بخطيها بحسي ان في قلت في ايد هايزة تقبط على روحي والت ليه بحسسني ان انا مسؤول عن الوضع اللي انت فيه اللي مفيش قدامي غيرك كنت بتعكز عليك عشان اخرج من الحفرة ان انا فيها قتنيكي وقفة فوق بلاعة مش بلاعة ده انت وقفة فوق بقى كبرت مجغط بقاش مين؟ بعد ازنك من الزومة رد على زومة عبيبك رد عليه خليه يجي كده يهز طوله ويخرجك من المستشفى ولما يجي قولينه ده الويش الإرهابي الطار بح مش راجع تاني فهمك؟ مجغط بيه يعني مظهرش يعني مظهرش يا أم جد بيه احنا فضلنا واقفين قدام باب النادي لحد ما اخر بن قدم خرج ومش شفناموش بخر طار مطف بالنيل اكيد طلع في عربية الاسعاف اللي كانت وقفة قدام النادي لان مفيش مخلوق خرج أو دخل وإحنا مش شفناموش وإنا اللي بعتك تجيب خبره أم جد بيه لاحظ ان انا النهاردة خسرت زي ما انت خسرت بالظبط وبعدين انا ما بشتغلش لحسانك انا بشتغل معاك وعلى عموم انا عايز اكتهده المرة الجاية مش هيفلك من ايدينا مرة جاية؟ لا مفيش مرة جاية يعني ايه؟ يعني الفرصة سعيدة الفضل شكرا قوي شكرا قوي بعد عزنك تحت عمرك انت عايز اعرف الحساب عشان امشي باسمي مين يا فنم؟ نهلة مراد الوديتي ايه يا فنم بس الحساب خلصان خلصان ازاي؟ حديتك متأكد؟ ايه طبعا الاصال قدامي هو المبلغ مدفوع باسم الاهلة الوديتي اللي دفع مماضي أستاذ طاهر الأعصر شكرا شكرا ايه يا نهلة تكلمتك كذا مرة وما رجلتش عليا في ايه؟ مكنتش قادرة أكلم ايه اللي حصل؟ انتي عملتني درويشي؟ ايه goo انتعبين على؟ انتعبين على اسنم AME بسم الله الرحمن الرحيم فيه ألا طلاجة دي ملبوسة عم درويش وبنعمل عظيمة ملبوسة داني بناخد منها الحاجة بنرجع نلاقي موجودة تاني يوم عشان اللي بتدفحوا بالليل بيراجعوا الصبح والا اللي بيدفعوا عم درويش مش هكاد من اللي بيدفع مانا وانت واحد وفلاصنا واحد الحاجة بترجع بحزافرة بالملة الشوكولاتات بتبقى سندة كده دلوقتي بقى افتح لقيتها سندة نفس السندة ايه ما بتتلبش يبني يبني يا بالمعروف بطل الغباقه بقى بطل ماشي فيه عم درويش مالك قافش ونافش كده وغزلتك مش عاجباني من ساعة ما راجعت عشان قاعد مع احمار بيناه يا زيك هاتف بتعلم او طلع منه الشريحة اللي هو انت وصلته بالنت يبني 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 اعمل اللي بقولك عليه الله لا يسيئك سندة كده بتلعب النور عم درويش ماشي ماشي العب من نور براحتك ماشي اه اه مو مروح شوف لك حتة لايه فيها واستحامة ولا اخسرك ليك ولا تناير روح فيها حده فيش اختيار الأكل؟ روح يا لها فيش حد هنا ولا يه يا لها زمان ما كنت بعمل كده ألاقي واجب لي كل حاجة على المكتب يا لها شد تغير أهلا من البشوات مقدم كريم زلط الراجعة في الصبوة آه نعم واكر دايق أخطف الدور واجه على طبوة لا 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 ما عالش إحنا مستعجلين وما دي لسه مادرة على العصر إحنا جايين ندور على ملف قضية بس هو قديم شوية رقمها؟ لا إحنا مش عارفين الرقم مصرحة مش عارف الرقم قضية من غير رقم يعني إبرة في كوباش بس إحنا عارفين اسمه صاحب الملف هو اسمه إيه؟ فاضل سيدر أنا أسف أنا عارف إنه الحقيقة مرة أرد عليها أقوله إيه؟ أقوله يا رهيب أقوله إنه كوب المصايب اللي إنت فيها دي سبب حقهم إيه؟ ملف قضية فاضل اللي في أرشيف النيابة عرف تجيبه؟ عرفت أجيبه إزاي وهو مش موجود أصفل أنا جايب وخصوص معلومات مهمة عن أمجد الديب إنت؟ لو افترضنا دلوقتي إن الحكاية اللي إنت قلتها دي تلعت سليمة وإن أمجد الديب هو زوير الملاح زي ما إنت قلت إيه مصلحتك فإن أنا عرف كل ده؟ عرفت حاجة عن بطر الدهاني أه عرفت أه لما تشرب يهوتك هم تقيله أدامك فعلت يا باشا فعلت فعلت علي يا بالقرج الله 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 يا أستاذة المبايد تلعفين في إيتي؟ أنا لازم أرجع مقابلة طبيعي وأنت كمان لازم تفكر زيي إذا حلونا القضية ديت أكيد هيرجعونا كنا صدقني ألو، درويش؟ تعرفي بقى أن أنا كنت متأكد أنك كنت حتتصل لأستاذة؟ قبل أي حاجة، أنت متأكد أن التليفون ده مش مترائب من مكالمة أمان؟ لا، طميني، طميني طمين إيه؟ بكلم واحد هربان من قضية إرهاب وتقولي طميني أه لا، طب لما أنت خايفة كده، أنت تصل ليه؟ عشان عبيطة، عبيطة ومش عارفة بطة العبط ربنا يكملك بعقلك المهم، أنا مستعدة ساعدك، بس إحنا لازم نتقابل عشان نعرف المساعدة دي إزاي؟ حلو قوي، نتقابل ربنا احنا مندور هنا ليه؟ ما تشوف حضرتك على الكمبيوتر هيبقى أسهل وأسرع؟ يا باشا حضرتك طالب ملفة دي من تسعين ونازل، والملفات بقى دي ما تلاقاش على الكمبيوتر لكن تلاقى فين؟ تلاقى عندي أنا هنا في الملف ده ها؟ طيب 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 فضل 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 دي الغول، اهو، اهو، رقم اهو بسم الله للأسف الملف مش موجود حاليا لا، يعني هي مش موجود؟ هم؟ بياخد أجهزة وابع مسلا ولا إيه؟ لا، وضعه سليم متساكل عندي في الملفات ها هو بس كل ما فيها مش موجود الوقت؟ يعني ايه؟ يعني مش موجود الوقت؟ راح فين يعني؟ باشا زيبل، حضرتكو كده طلب الملف وخاده، يطلع عليه؟ وبعدها ليه اسبيل؟ هيجي الوقت وهعرف منه كل حاجة، هعرف الملف راك فين ومنه اللي خاده؟ يا انت متعرفش مني اللي خاده؟ لا دي مش متساكل عندي، أصطى أنا مش شغال في الـ الـ F-B-I-B ولا الـ B-I-V دي بقولوا عليها دي؟ قاعدة انت ندمك خفيف وبتقفي، بقولك ايه؟ الملف ده مرحوب بأمانونا الوزير، يعني هيظهر، السؤال بقى الملف هيظهر إمتى؟ حالاً زيبلة هيجي الوقت هيسألوا أجلكو على طلبة لكم بكل حاجة طيب يالله، يالله بصرحة، يالله ها، تحبي نبدأ إزاي بقى؟ لا، البداية عندك انت أنا عاوز أعرف، الحاجات اللي انت كنت بتكتبيها عن أم جادة دي بدي كنت بتجبيها منين؟ لا، أنا ليا مصادري أنا عارف اني لك مصادر يعني أصلا قولي حضرتك يعني، مين مصادر جدول؟ لا، ما أنا أكيد مش هقولك هانهم حاجة يعني، وأنت أصلا عايز تعرفهم دي لا إله إلا الله، انت فهماني غلط أنا مش بسألك على قسميهم أنا بسألك يعني من غير مؤخذة حيثياتهم إيه يعني؟ أنا مصادري موجودة جوا شركة أم جادة دي بنفسها بس مصادر على قدها، يعني مفيش أي مراكز حساسة تسمع إننا نجيب مستندات أو بيانات عشان كده شغلي كله مفيوش أي دليل رسمي دي طيب ممكن مصادرك دي تساعدنا بشكل تاني؟ شكل تاني إزاي يعني؟ إحنا محتاجين نزرعين في المواقع الحساسة اللي مصادرك ما تقدرش توصل لها ممكن توضح أكتر؟ موضح إزاي؟ بتسألنيش عن أي حاجة عشان أنا تفكيري تشغل خلص لأ أنا أنت متأكدة؟ أي هو متأكدة؟ بقولك أنا شفته هو داخل البيت والموبايل معاه أنا دلوقتي بس عرفته؟ هو كان ليه بيحاول يبقى نطيف معاه للفترة اللي فاتت؟ كان بيحاول يبقيني إنه هو سابورت جدا في موضوع درويش رغم إنه هو من الأول كان بداية طب الأول ليه تفسيرها إيه أنا عايز أفهم؟ يعني ليه بلغ الأمن الوطني لما عارف إنه إنتي هتقابلي درويش؟ طالعما هو كمان يدور على التاب يعني بلغهم ليه؟ يعني بلغهم ليه؟ بلغهم علشان يقبضوا عليه في عقدوا منه التاب وابد فيلي التاب يرجع له ليه بقى في إيديه؟ هتعملي إيه بقى دلوقتي؟ مش عارفة مش عارفة تفكيري تشغلي خلص أنا.. أنا مش بصدق نفسي في الأول ماما وبعد كده حازم أنا بجد دلوقتي بقيت أتمنى أنه ما كنتش عارفة حاجة من الأول خلص يقيتني كنت على العماية كان حيبقى أحسن من أنا في دلوقتي بكتير درويش؟ هاي يا أستاذة أنت عاملة إيه دلوقتي؟ الحمد لله، الحمد لله معلش يا بنتي أنا باعتزلك على اللي حصل مني مبارح معلش كنت مغرول وما لقيتش حد قدامي أفشي في غيرك مفهوم يا دويش مفهوم معلش ما حصلش حاجة وأنت عملت إيه؟ تصرفت إزاي؟ أنا ما عملتش أي حاجة ما تكلمتش معاه؟ لا ما تكلمتش معاه أحسن وقعت جي بيلي سيرة أنك عرفت حاجة فهمها؟ من دلوقتي بقى أي خطوة تعمليها لازم تبقى باحساب هاه والهزب عايزة هدوء عشان ترتب صح هو أنت فلماك حاجة معاينة هتعملها؟ نص أنا كمان محتاج حسابها على الأموم خلي بالك على نفسك أنت أنا أول ملت بأموري هتصب بيكي سلام يا بنتي سلام ما سلام ايه لاتيكو لاتيكو كانون تابد اني مو لاتيكو لاتيكو ملك ملك يا حبيبتي خش يغني في القوضة يا حبيبتي اولا ساتي وحش يا بابا ده يا حبيبتي ان صوتك حلو قوي وقوي قوي خش يا حبيبتي خش يا حبيبتي خش يا حبيبتي كريم انت كده بتحبت البنت المفروض تشجعها لاتيكو لاتيكو واضح يا بابا انا راح بالطافة وحش يا ونعمية على فكرة لسه فدري انا ماضي وحش يا ونعمية عايز ارد على التليفون ايو ايو اي يا ابني مالك فيه فيش حاجة مفيش الجديد اه الراجل بتاع رشفي النيابة بكلمني وقال لي انه عرف مين اللي خد الملف بتاع قضية فضل مين مقدم في مباحث مدرية الامن اسمه عصام خطاب ايش يا كده عم درويش اه ايو افسي انا غاهرة دولة لا 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 اهبط 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 انا هاخرج لوحدي بخص عليك عم درويش طب وش هو بحبيبك هتروح تتفسح من غيريك ايو هتفسح من غيرك فيها حاجة هتروح الملايين لا هروح حاجة احلى من الملايين ايو هتروح السيرك لا 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 انا مليت من تنطيطة اكروباط والماشي عالهاب ولا هتروح فين رايح فين فيلم فلم للكبار فقط هبقى في مناظر ساخنة لا ايو هبقى في مناظر ساخنة لا ده فيلم رعب محتاج قلبي جامل واعصاب حديد تجيب خمسة مليون جيني وتاخد التاب ايه 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 انا فتح البولوطوس أه مين يرمل أدولي؟ أنا هه ناهيني ساهل وموريني عايزة تفرج على الفيلم وتذكرتي معي هي على أسف ما نفعش تذكر عيبها في الصالة تحت مع الأسف مني طول عمري بتفرج من الصالة نفس اتفرج من وجهة نظر الجندي المجهوم اللي خلف الأسوار اللي بيدحل بنفسه عشان إحنا ننبس أنا ممكن أبقى القتل المقبور حضرتك وأضحيلك بعيلك كلها بس مش عارف أقولها حضرتك إيه انت لسه هتقول الفيلم التادة نعم ايه يا ريح فيه اتداخل كده بس شوية اهو اتداخل يا حبيبي لا حضرتك السجار هنا ممنوع لا سجار ايه أنا بخاف على صحاتي آه عشان البتاع ده ممكن يدرب ويفضحني لا أنا معي بس عشان برش بيها ركز انت بس وسوق بشويش حاضر يا سوق ركز هركز هوا أنا مركز هوا قلتلك ركز هنا ها سيبنا تفرج بقى على أم الفيل مه 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 يعني جبت انه مراتي منين لا اله الا الله هو التب ده مش بتعس التحاماتك انت ما كنتش مديها تلفونا كله ايه ايه يا طرى بقى عرفت عني اي تاني ايه ليه كده ايه الرغي كتير ده تغي اوي وعملت انا كده هسيبك تكمل الفيلم الواحد اه هو بشو ده خلص عاست خلص او ده لأ ولا هشوف له بيعا حلوة بقى كده بمعرفته لما اصلا الخمسة مليون جنيه اللي انت طالبهم دول تشوف لك بقى هير صغير كده بريالة يدهوم لك او تشوف له صرفة بشارعب عزيز ايه اه 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 الله الله اخفوا الشونا كفوا شوه يا رجل جبلك قرم الله جبلك قرم الله جبلك قرم الله اللي يطلب يطلب بالعقل ما انت مش فاكر نفسك يا اني فتحت ما غلط علي بابا ما تاخد نصيبك وترضى باسمتك وخلاص واللي قولك مايرزمنيش مش عايز واشبع بيه مايرزمكشش يا عبي مايرزمكش شبع بيه ما كنتش عملت كل اللي عملته ده عشانه ده انت هطبيض هطبيض عشان تاخده هطبيض اخد الفلوش الاول عجل بالمال ويرتاح البال مش والضمان لساني والله عايزني اروح اترتش بالكلام مع البش مهندسة البش مهندسة اللي كتفكرك ضايب ها مرة تقدي غلبانة اللهي كيفانة اتخمت في واحد زيك أسره الفيلم ده ما ينعليمه مل هي الحتة دي اتقطعت صح؟ شكلها كده بتوديها فيني لبس أنا ما بوديش هم اللي بيودوا والله ما عرفش عادي خد لما تنوين بابعت لي رسالة على الاكاونت ده بتديني التمام استني عشان التلصل من الإهم اتقام بأهم كيف compliqué؟ ما هي؟ دي مامي طال المتينة انت على طول هرجعلك بس متلزيش على حاجة يهو متخافيش يقطع ماتتخرش بقى فشار سوخنة سوخنة هول انا عارف انك دخلت الوحدك بس مين يعلم مش جاي يستقلب عقلك واحنا خارجين ايه خايف اكون اعمل لك كمين بالامر ما اسلمش برضو لا 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 درواجل ده درواجل ده درواجل ده لا تضفر الشمس بيزهر منك عارف انه طويتنا غير طويتكن حتى عم التلفن بها الساعة يا حازم سوريا مستر اسعد بصلا عندي ليك اخبار تستاهل ان اتصل في الوقت ده طيب قول باختصار ابدا يا سيدي التابع تبر انه معي بس ادفع فيه فلوس عايزه؟ كمان ما بتفهم علي شو بحكي معك الديل اللي بيننا انتهى بيعني اني بتمنى لك احلام سعيدة طيب خلاص انا كنت بس باشوفك يعني بس واضح انك مش عايزه بقى انا ممكن اجيبه بقى وصرف بيه في معرفتي مهو كيف فيك تجيبه يا حازم وانا وياك منعرف ادراتك اديك بسي اصعد الموضوع ابسط من التدفعين حكاك كلها مبلغ هيدفع وانا ادفعه منك ليوصلك اديه السؤال هنا بقى ادفع المبلغ منسوي الفاتورة مع بعض ولا مليش؟ طيب هات فرجيني ادراتك لاشوف جيبه وبعدين منحكي بالمصاري وهلأ بالفرنسي بونوي بالعربي تصبح على خير تكلمت جدا انا بتهزاني يعني بعد كل اللي حكيته لك ده ولسه بتسأله يا مصطفى انا عايزك تفكر معايا اني فكر فيه يا سالونة انت تنسي ان كابلت دي روش ده نهائي انا مش مستغني عنك يا حبيبي افهم انت خايف من ايه هو كل اللي طالبه انك تساعد ويزرع حد جوه المقر الرئيسي بتاع امجة دي جديد عشان يبقى معانا دليل عالكلام اللي انت بتنقلهولي من جوه بس هتستفيدي ايه من كل ده مش انت خلاص نقلوك على صفحة الفن ولكنيش ناوي تاخدي معلومات اللي هنطلع بيها ده لو طلعنا وتعملي بيها تقريب في برنامج اللي انت شغالة فيه ولي لأ انا ممكن اعمل كده فعلا وحتى لو معرفتش انا ممكن اوشل التحيات دي في اي حيطة غير الجرمان بتاعي ده انا لو نزلتها بوست على الفيسبوك هتنزل في كل جرائد البلد اهم حاجة ان انا يبقى عندي دليل عكلام ده مش مجرد كلام مرسل سلوة اسمعين انا خايف عليك المرة دي كانت قرصة الودن تهدي اللعبة شوية بدل ما القرصة تبقى شلوطة وانا لو خفت من قرصة الودن دي بقى عمري ما هعمل حاجة عيدلة في الشغلانة دي بعدين انا مستغربات جدا انا المفروض ان انت اكتر واحد بتشجعني وبتوقف جامبي في ايه؟ عشان عارف انت عايزة ايه؟ لكن ازاي ده رويش ده اكيد وراه حاجة ايه لي خليه يضرف واحد زي امجد الدين مش عارف انا اكيد لو كنت عارف كنت قلتلك طب بقولك ايه؟ انا عايزة قابل للربل ممكن أمكم اوكي؟ انا مستغرب انت ازا خازم فيテليفون مفتوحته لفترة دي طبعا مش تعيب 24 ساعة مفتوح بس انا سايب عشان نشوف ان ابتلفت فتح ولا لأ؟ بس واضح ان انا halfway يا انه Finally وانبسطش علي وانت زي اللي ؟ والراجل لي احنا عايزين له جلنا لحد عند perse عندك عمى؟ طيب ولا بقى انفكر بقى في المبلغ اللي هو عايزو ايه اعني عايزك ايه؟ 500 ألف دوام له.. خمسة مليون.. نعم.. رجل ضعبيت أو ايه.. يقولك ايه.. اتتكلموا تاني وتجيبوا هنا.. ونأخذ الحاجة من أمه بالعافية.. اهنا انهرج.. درويج لما بيغفرش.. درويج دماغه مترتبة كويس قوي.. وعرف هو بيعمل ايه.. هذا ما كانش فيه حظه.. بعد ما تنساش ان حمش عارفين هو عارف عننا ايه.. رسولي انت بتفكر فيه.. عمره ما يجب معلتيك.. ايه.. حازم.. ما ينفعش برضو.. رجل زيدايل وترعناه.. ويقلبنا في ركاب كبير سايدا.. يا سيدي.. احنا مش خسرين اي حاجة.. هندفع الفلوس.. وناخد التاب.. ونحمل تكلفة التاب على مسي قاس عدر.. بس في الحقيقة.. مش هي دي مشكلتي.. المشكلتي انه مش ضمن درويجي ديني التاب بعد ما ياخد الفلوس.. ولا ضمن اسعد يديني الفلوس بعد ما ياخده التاب.. بس ما عنديش حل الدين.. المشكلة.. مفيش.. مالي.. شكلك مالدقة.. عادي يا.. شكل الشغل.. انت مالك.. الحال من بعضا.. لا الشغل بيخلص والهم بيتلم.. رغم.. شغلتك سهلة يعني.. ما فيهش حاجة.. ريسك الشغلاتنا ما بيخلصش.. اي قرار غلط حتى لكون صغير.. بيدمر كل حاجة.. كل مكانك قرار صعب.. كل مكانك بتكتبها صعب.. كنتش اعرف ان انت يعني.. شغلاتك معقدة قوي كده.. لا طبع.. دلوقتي واحد لما يجي يطلب حراستي.. يبقى عايز نعمله من حاجة من ممهول.. هيحصل له مجر.. قيتنا كنا نعرف نقرأ المستقبل.. انا لقل كنا عرفنا نتيجة كل قرار بناخده صح.. ولا لأ.. كنا عرفنا اختياراتنا.. كانت في محلها.. ولا لأ.. اللي بيخاف من الاختيار.. بيفضل طول عمره مكانه.. ما بيتحبكش.. بيفضل خايف.. طبعا انت شغل انت.. ماهاش اي مشاعر خوف.. مش كده.. اصلا انت بقى كارثة يعني.. لو راجني مسؤول عن امن الناس.. لي.. لي.. قا .. انا خاز.. انا خازك.. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يلا عشت بكون النهاردة هيوصلك على شركتك ظرف مقفوض وعقد بيع لحتة أرض في سهاج بقيمة 5.191.000 جني العقد هتلاقيه متوسع رسمي في الشهر العقالي وعلي اسم البائع المستشار طاهر حماد الأعصر اسم المشتري فاضي هتكتب اسمك وطلطع قمضتك الكريمة تحته بعد كده تطلع البنك بتاعك كلهم عاوز أحول النبلغ ده باسم المستشار طاهر لما تأكد ان الفلوس دخلت الحساب هقولك نتقابل فين تيجي لوحدك وما تتشقاش لو كبت حد في رجليه هاعرف وحزع لي وانت أكيد مش عاوز تزع عني الزبون وصل والمكان نظيف تماما تماما هلو ألف حمد الله على السلامة أنا مبسوط منك أوح الزومة فين التابع؟ في العربية اللبني المركوناة في قصة خرابة هاي يعني فين في العربية اللبني افتح الباب الشمال حتلاقيه هاي ايه افتح وضرب هاي هو وقالا مش هو اه اه مبروك عليك يا حزومة مبروك عليك اه هيا ميسيو اسعد عشان تعرف بس ان انا قد كلامي مبتعب معي وهيكون عندك بكرة الصبح بس اترجع العربون وباقي الديل تمام؟ غير كده مالش داهم يلا استنى الفلوس كتير منيحا رح يوصلك مني خلال ايام مبلغ عشرين بالمية من اينت المبلغ كله لا 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 بفعت ايه وبقى ايه لا يا رجل اللي هيدفع بقى يبقى يدفع كله تمام؟ بيظهر منك عارف شو صاير عشرة الاف دولار فيهن سين وجين ومنين وكيف وليش لا يا ابني انا رح اوللك يهن مع اشخاص بنفس الوقت عنا ماني مستعدة بعد عشرة مليون دولار دفع وحدة وخاطر فيهن واضح؟ ريلاكس ريلاكس حبيبي حازم انا كلامي كنترا هتاخد حقك كله وفوقا متل ما منقول عنا باللبناني حب تمسك ماشي ماشي ادخل بيش اوضع سينك بيش خليه ادخل اهلا بيك بيش اهلا بيك بيش قدم كريم زلط امن واطن رايض عشف الصندوق اهلا بيش اهلا بيش اهلا بيش او ايه لا احنا مش جاينا نتوضع لو هنشرح احنا جاينا نتكلم معك في الموضوع كده وهنمش على طول وانا تحت امرك احنا شغلين على وضية اغتيال وجهة الصحة مندور على ملف كده فارشي في النيابة فعرفنا انه عن ساعتك تظن يا عالب استيزانك ان احنا عايزين نتطلع عليك ملف ايه بالصبت ملف قديم لفضل سيد الهول فضل سيد الهول اه طبعا انا طلبته من نيابة من يومين عشان الحادسة بتاعت الساككيني الراجل وامراته اللي اتاكله كانوا بيت ملك فضل الهول ده مه عشان كده بقى احنا عايزين ملف عشان نربط ما بينه وبين درويش عبد الربط نقود الملف ننتكل على الله بس الملف مش معي حاليها مروا عميل يا فندي مع مدير الامر لسه طلبه من شوائد الزاير عنده اجتماع مع معالي الوزير اللي هارت الملف ده هي جانته الله ما عديش فكرة بس اول ما هيرجح هتطلع علي تاني ورجع الارشي في النيابة وحضراتكم ممكن تخضو من هناك ناش يا فندي شكاين جدا واصفين على الزاير بس الان اه هالفكر الرجل ده بيحور شمعه عشان رجل بتانيابة لما سألته ع الملف قال لي ان عصام واخده بقى له عشرة ايام مساء عشرة ايام عشرة ايام لان قابل حاسس اكيني وتحسن واخدب لي ايه ده مش عادة بس هو اكيد ورا حاجة ومين اللي عرفهم بس ان الملف عندك تايب خلاص خلاص ما تشغلش بالا ما نشغلش بالي ازاي ما اقول لك جايين من الامن الوطني انت عايزة تحاول لي لاتبتيش ولا ايها سيادة اللوا الملف ده لازم يرجع النهاردة يا حبيبي ارجحولك ازاي لسه محتاجه لسه محتاجه ياحبيبي لما انخلصه أبقى بعتقولك انت عبيض يا ولا أصوره ازاي يعني صوروا بالموبايل ما تعرفش زي يا خاني يا كامياء بقولك ايه انا مش عاوز كترق لها انا عاوزك تقولي دلوقتي وصلت لحد فين بالنسبة لعيلة الديب فالعيلة معدلاش اصهر في البلد اللي هي في الاليوبية دي العيلة كلها انقاردت لعم ولا خان يا بخ ولد لم لما بدل مجي ألمك مش وقت نصار دا وخبتة فاهم بقولك ايه دور على أولاد عمامته أولاد خلانه خالي انت بتقدرنه خلاص ندور ورا الناس دي علشان نعمل بها ايه هنعمل بيهم كتير قوي حبيبي هنعمل بيهم كتير قوي دور في البلد على اي حد في اسمه قديم واحطوا الغاتة عندي فاهم تجيبوا الغاية عندي أعصام بابا هنصارش معاك فاهم ولا ياه قد تهدخني دا انت غريب يا الله مع السلامة Brady بالتصف يا حياتنا اه 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 ورحمة الله وبركاته حبد الله على السلامة يا باطل حبد الله على السلامة يا مشرفنا مورت مقر قيادة يا سيادة رس كبيرة من دا يا أخوي؟ هو ابنك؟ دا شهاب عادي عادي شهاب عادي يلا شهاب يلا حبيبي يلا يلا سلم على عبك الدخش سلم على عبك التاتش لا عبك التاتش دا سلم عليه سلم عليها تاتش. سلم عليها. دايما يعني. سلم على ستك الرمش. ده مش هل سهر لمن. فيه عم ترويش. ايه تاتش وماتش وده من ناس حقيقية ولا من دوله. ايه احنا الانجر دي ام ازا حبيبي. يا اختي خلاصه حسنة. مصف تعمل زهر. مصف. ده الطفل المعجزة. سيبك منه بقى. قليف حاجة. قليف حاجة. قليف حاجة. جاهز يا باص. سربات ايه. بدل ما ترمي فارسين حتيش على صحابة البخور دول. ايه وصحية. ليه لحتي البخور الحلوة دي. اه. دي احنا يا اخويا بنبخر الكاشات لا تتحسد. الكاشات لا تتحسد يا نهار ابوك مش فايت. ايه. هو عابطة تكون صحابة الخمس ارانب. لا جنرال. ده الورك الفاكة بس. انا قلت اجرب التوكيل. قلت اصحاب لك شوية فرصة عشان تشبرق نفسك بيها. ايه يا اخيان. ايه يا اخيان. هنغلي لوحد. نصدق يعني كده ان العملية هنجحت. ما شاء الله. ده الجزء. ده الورك الفاكة بس. الورك. اه. هنغلي لوحدك. اه. يا ساتر. فيه عم انت هو قوت. امركم ما شفتوا جاتوا قد قبل كده ولا ايه. الفضل يا كينك. نصيب الاسد. بلعنة والشافة يا اخو. قعد انت بقى كلها نرجس. عالم دي مفجيح وانا عارفه. كل على الشاب ولا. كل. كله بغي نفسك. مش عارف ليه كده عندي احساس ان انت هتلايط دماغنا بالشوكولاتة وتاكل على عالينا حلاوة. ده بتقوليها ماهر. هزي نقرة وتلك نقرة اخرى. يا الله يا تعال اطباق بسكراتة وكل الحلايا ودناقرة ودناقرة يا اخوانا. في ايه. لفسكم في ايه يا حبيبي. انا احلامي بسيطة اوية. محتاج عربية فراري. يكون فيها مبالس غنانة كده. اه وكرة كفر وزاكت جلد. بكرة ان شاء الله تبقى عندك احلى جاكت جلد بالعتبة. ماشى حبيبي. ايه ده. وانت بقى نفسك في ايه يا خلاف لف. انا نفسك اشوف الدونة اللي بضرب الفاس بتاعتها. نفسك اروح ايطاليا. المانيا. فرنسا. انا عاوزة دلع نفسي. انا نفسك المانجة. يا السلام غالي والطلب رخيص. احلى قفص مانجة بضعجل. هتبقى عندك بكرة. المانجة هي قدك اده. قدك اده خلاف لف. اينها. جرغول. تبتخدها لده علينا. ايه. 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 ايه ما اعرفي ايه. والستة هو واحدة. كاملة وراسية ولا طلبت ولا قالت اي حاجة. احنا بقى مش عايزة اغلس بك ادهب. اهو. ولا كنها قالت حاجة. ولا عمدرويش. عايز بتنجل. كل اشهاب. كل اشهاب. كل. عصام خطاب ده اللي خاد الملف بتاع فضل من عشرة يام. حطوا فين ده بقى حطوا فين. قطوا على جنب بقى كده الواحد والحد ما نشوفهم ربطوا بمين. جلت بون. الله ما فاكر. خش شوف لو لقيت اعمل له اعمل لك. بقولك ايه. اه. هو احنا نعمل له دور على الملف بتاع فضل. واحنا معانا اصلا بنفضل نفسه. الواد طارق. طارق ده اللي شهاب ايرن درويش كان بيروح له الدق يصلى عنده اجهزة. بالزبط. يعني بنفضل في حضنانا او رحينا دور عليه. اه. 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 طمن ايه بكلم واحد قربان من قضية الريهاب وتقول ليه طمني. طب لما انت خايفة كده. انتت تصل ليه. فضل سيد الهول. اه. 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 للأسف الملف مش موجود حاليا. نعم. احنا محتاجين نزرعين في المواقع الحساسة. اللي مصادرك ما تقدرش توصوها. بقولك انا شفتوا همه داخل البيت وموبايل معاه. انا بعتزلك على اللي حصل مني مبارح. ماليش. يا راجل انت عرش في النياب اكلمني. وقال لي انه عارف مين اللي خد الملف بتاع عضية فضل. مين? فضلت. شابه ايه? لا احنا مش جاينا اتفضل رو هنشره. الملف تلا سي ميرجع النهار. تجيب خمسة مليون جنيه وتاخد التاب. ايه? تعالي حبيبي على حجر عبو. تعالي. مبروك عليك يا حزومة. يا عمي ابن فضل في حضننا وراحين ندور عليه. جري يا غول. الله. انا مش نعمل ايه اللي تبتر. وانت ما بتحلق لنا بجد ولا ايه? احلق لك يا عمي مهر. جري يا اخواننا. الفلوس دي لغرض تاني خالص. تبتقول ايه غول. الفلوس فلوس. لا. الفلوس سلاح. وانا دلوقتي بقى معايا نفس السلاح اللي مع زهير. وزي ما الحديد ما يفلوش الا الحديد. الفلوس برضو. ما يسدش قصادها غير الفلوس. وانا دلوقتي بقى معايا نفس الظهر. اللي مخليه ما يتدربش على بطنه. مين زهير دي عم دروش. انت مالك يا شاب مين زهير? ما تاكل يا شاب. كله انت ساكت يا ابني. ما باكل اه. كله ده. تنفونا تبرلنا اخو. اه. اه. ما نزلوكو. فالله. اللي بتحب طبع اكتر من طبع. مين يا دي انت اه. ايدي يا. بيأكل الجاتو بتاعنا الابو اللي جابك. اي انت نمت ولا ايه. يا سيدي بلانا والشفر شكرا. انا بس بكلمك عشان اقولك ان المصدر بتاعي عايزي قبلك ضروري. قصدك يعني الراجل اللي بشتغل جوا مجموعة امجد الديب. لا معلاش. معلاش بقى. انا دلوقتي ما بقابلش غير اللي انا عاوزي قابله بس. بص انا مقدره ظروفك. بس هوم عصلا جماعية وانا مش عارف اقناه بحاجة بصراحة. فممكن انت لما تقابله تعرف تفاهمه. طب ايه يعني? يعني انت مش مالي ايدك منه? متطمنا له يعني? يا ستي انا عارف انه مصدر موصوق مانه. عارف دا كويس قوي. بس انا حب اتاكد. احب اتطمن. طب. سيبيني بقى كده ارتب نفسي. وارد عليك بكرا ان شاء الله. بالسلامة ستي الكل. نظرتوا فيها. قدي اول المصاريف. خير. نرجس. عاني. عايزي ان اتجاره عربية حلوة. يا صباح الفل ع البلابي. لو عوزين تروحوا لمريلندا انا معي عربية. ليه يا عم انت انت فيه. انت مين اصلي? انا اسبانشي باب بس لبس الاصفر بيتغسل. دي الامارة. يلا يلا. بتيقسوش. يا استاذة. ما بتكليش لي مكسوفة. الحياة حلي مش جاين ناكل. انا عايز اعرف اتعايز ايه بالزبط من سلوة وصلت لها ازاي. مصطفى. استني من دي. سبي لا. وتلاقيها. والمواضيع اللي كانت بتكتبها من غير مواخزة يعني الاستاذة سلوة عن امجر الديب. كانت عندي انا ام من الجوائر كلها. انا بقى اعوزها ليه? او اعوز ايه? يعني اكيد انت عارف? ولا مكنتش جيت. اه يا بس مش عارفين انت عايزه ليه? انا جوجك يعني بطريقة مختصرة. وهتفهمها على طول. الظرف اللي خلى امجر الديب بنفوزه وعينمانه. هو نفس الظرف اللي خلى درويش الهربان الارهابي. اللي الناس كلها بتخاف باني. اوه. بعدين ما يعني انا بتخافش باني. انا انا. لو نجيتي وحشا. ما كنت شكل معك عايش مالح. صح. تفضل. كنتو صحاب من زمن? احنا نعرف بعض من ايام الجامعة يعني بس هو اكتر واحد انا بسقه. يعني سرنا لبعض. واضحة. ما غير ما افز يعني انكم اكتر من صحاب. يعني انا برضو بقول كده. هنالكس فا ام الطبق اللي انت فيه. اتناكس فا ام الطبق اللي بتاكد ماني. مادام. فيه ديوف مستنين حضرتك في الريسيبشو. طيب. شيل الحاجات جوية. حاضر. اهلا وسهلا. فضل. امن وطني. وطريق مال ومال الكلام ده. تلاقيش يا مادام نعم. احنا قالوله ان البشمهان دستارق كان قاياه في التليفون وملقناهوش في مكتبه. ما كناش جناله هنا احنا هنقومنه كمتين بس. ايوه عشان ايه ده كل. عشان حضرتك احنا منحقق في قضية بتاعت واحد بمتهم اسمه درويش عبدرب. وبالتحريات اكتشافنا ان درويش ده بيتردد على الشركة بتاعت البشمهان دستارق اكتر من مرة. طيب افرد ان ده حصل. يعني هو انتم بتحققوا مع كل واحد على اتصال بدرويش ده. يا فندم احنا عارفين ان البشمهان دستارق مش مبان في حاجة. كل حكاة ان احنا عارفنا ان الاسم درويش ده كان مزهوم مع ابوه. فضل سيدة الاول. من 20 سنة. وانا يمكن البشمهان دستارق يكون عنده اي معرومات تفيدنا. طيب انا انا هجيب الموبايل وهاتصل بيه. موسيقى موسيقى الأستاذة سانوة بتقول إنك مصدر معلماتها عن أنجل الديب بحكم يعني إنك بتشتغل جوا شركاته أيها فيه كلام كتير بيتنطور وبيوصل لموظفين كتير كمان بس في آخر كله عايز ياكل عايش طب يعني برغم واسخاته دي كلها محدش قادر اكشفه كلام كتير بس فين الأدلة في النهاية مصطفى مجرد موظف السيلز وأكيد الموظفين اللي تحت إيديهم حاجات زي دي زبالة زي اللي مؤتمنهم على بلوية مهندك حقب ده غير كمان اللي حطت قدامه مصطرحة دي بتشيل عنه كل البلوية المحامي بتاعه فريد مذكور بتسمع عنه ده بقى لي بيستفل ورقه وبيزبط له كل شغله من تحت تربيزه ووقت اللزوم كمان يخليله حرام حلال وببطل حق ترسيبك انت بقى من القانون والورق والأدلة يعني وساخة أمجرد دي بدي في السوق ما بيربيش عدوة ما بيزيش منافسين ما فيش حد بيقض فيه كل اللي حاولوا يوقفوا في طريقوا عارفوا زي حم أنا عندي حكايات كثيرة جداً على الموضى ده بس للأسف معرفت الشمشورة حلو قوي كده بقينا احنا في السديق بتفكر انت بتفكر في ايه بالزبط هقول لك بس بعد ما تاكل الجنبرياية دي كل الجنبري ده ويعرف مين يا ابني ناهي الوديدي دي يا ابني انت ناس ان احنا واحنا بير رائبها اكتشفنا ان هو رحل على المكتب قبل كده انا اسفة جداً اتأخرت عليكم لا يا فندي ما الهم حضرتك على فكرة فعلاً انا جربت كذا مرة موبايلو مقفول احنا عسفين يا فندي ما اعتبت طولي سببنا ده بس يعني كل حكاية كان مجرد نردشة انا انا فعلاً مرتبكة ومتوترة جداً وليه رجاء عندك مور يا فندي يا ريت طارق ما يعرفش حكاية سجن والده يعني يا فندي مش فهم هو ما يعرفش ان والده كان مسجون لا لا مش كده لا هو عارف بس مش عارف بتهمة ايه اصل لما والده تسجن كان طارق لسه طفل ما كملش ثلاث سنين وقلنا له ان هو كان معتقل سياسي عشان يقدر يكمل حياته في المجتمع من غير ما يتحرك على فكرة انتم معلماتكم مظبوطة طارق فعلاً كان يعرف درويشه لما حصلت حادثة الوزيرة هو فجئني بالمعلومة دي بس ما كانت يعرف ان هو مجرم ولا هربان بالسجن هو بس كان بيروح له الشركة وده كان كل التعامل اللي كان ما بينه محلش هطلب منكو تاني يا ريت طارق ما يعرفش اي حاجة لان ده ممكن يضمر حياته عفوانا ايه هتقدر تعمل اللي قلتلك عليه لا خلينا اسأل الاول وقلك وربنا اعمل فيه الخير رب الله افتح علينا جميعاً ان شاء الله عموماً متشكرين اولا زمان هالودي بده انا والشفاء بده انا والشفاء دارش طيب نستازن احنا بقى خذ بالي او ما يرجى او ما يرجى وصلوا ماما شفوا راحين فين وبعد ينرجع عشان تاخدني هلايا الاتنين فضاء شكراً مع السلام السلامة دارش بس ايوه استازة هو انت فين؟ يعني اختفيت فين كل ده؟ انا مختفيتش ولا حاجة بس اه مشوعة مشاغل بس طب انا بجد محتاجة اتكلم معيك كنت عايز اسألك عن موضوع حزم انه انت قلتلي ان احنا لازم نستنى ونحسب وبعدين اختفيت هو انت متخيل ان هو وضع يعمل ازاي؟ انا بجد مبقيتش اطيق اشوف وشه فاهم والله وحاسس برنال اللي جواك بس كان حسب عني لو انت جاهزة النهاردة تعالي نتقابل طيب فاكرة المكان ده؟ طبعا قابلتك انا اول مرة كنت حتنوتيني لما عرفت ان التاب مش معايا بحق ايه؟ النهاردة برضو التاب مش معايا مش فاهم اصبك ايه؟ انا بعتم ايه؟ باتل مين؟ انا حزم بيه؟ بوزك انا بش بس هداء نفسي بش بس هداء؟ التاب ده هو اللي تسبب في كل اللي بيحصل ده طول ما فيه ناس بتدور عليه حفضل في الدوامات للأبد انا تعبت وانتي تعبتي كان لازم نفتاح انا بعت التاب بس ما بعتكيش شو؟ انا مش مصدق اكيدا انا نايمة وبحلم انا بحلم واكيد هزح من الحلم اكيد اللي انت بتقوله ده مش حقيقي انا مش مصدق يقولي انه مش حقيقي اهدي اهدي بس اهدي ومسكي نفسك شوية وفهمي انا عملت كده دي بس انا زي ما قلتلك انا بعت من غير مغزة التاب بس ما بعتكيش يعني ايه ما بعتنيش ما بعتنيش ازاي؟ هم اللي انت عملتو داي بقى اسمو ايه؟ انا بعت تاب اقرع اقرع؟ اقرع يعني التاب ما علاهوش الفايل المطلوب انا قبلت فرق مبالع وغادرنا الفايل بفايل تاني بنفس الاسم عين العفريق بس اللي جوا بقى كلام فارق ومتشفر ومتشفر يعني اي كلام مش فاهمة مش فاهمة عن ايه؟ يعني مش وقت مجهود بسيط ممكن الشفرة تتحلم بس حيلو ايه؟ بلح بلح طيب انت ايه اللي خلاك تعمل كل ده؟ مستفيد ايه؟ اولا انا كان لازم اخف حملة من الاحمال اللي عليها التاب ده كان عامل زي عظمة بيجر وراها ميت كلب مصعور قلت المهالهم اه ميتسلوا فيها ينهاشوا فيها فين؟ قبل ان اكتشفوا انها بلاستيك وبعدين لما يحاول يجوبوني هكون انا بقى ايه؟ خدت نفسي شوية ثانياً من غير ما اخذعني انا كنت محتاج فلوس فلوس؟ ها فلوس كتير مش فلوس ماشي حالك ما قلت ليش ليه؟ وانا اقولك انت ليه انت مالك انا كنت محتاج فلوس عشان اسد قدام جابهة انجل الديب سلسن بقى وده الاهم لسه فيه سلسن؟ نعم؟ لسه فيه سلسن؟ طبعاً انت عيني كنت مزدوقة في خانتي ليك خصوصاً لما اكتشفت النجوزك ورا موضوع التاب وورا المصيبة اللي حصلت لست امك اتشليتي هو بقى في البيت في الشهر ولا على باله يعمل اللي هو عاوزه ولا كأنك عرفت حاجة على فكرة انت اللي قلت لي مفتحش معاه الموضوع ولا جبل وسير هجلب ما نقعد والرتب حنعمل ايه؟ انا المكالمة اللي كلمت هالك جات لك على التبطاب وريحتك ولا كنت حاولت تتصرف في اي تصرف او تعملي اي حاجة كان ولا الف مكالمة حتوقفت انا عازرك عازرك تماماً يعني وغير مؤاخذة يعني لو اي حد في مطرحك استحالك ممكن يتصرف بسرعة في المصيبة اللي واقع فيها دي وأنا برضو ما عنديش وقت اضيعه طيب انا ما تصرفتش مع حازم مش عشان انا بقي عليه ولا حاجة لا انا خلاص ما عدتش طيقه بس انا دلوقتي ايه انا دلوقتي مصيبتي مش في حازم انا عندي مصيبة اكبر من كده بكتير مصيبة ايه ماما اللي شي خبرية حلوية للأسف ما في ولا فالم اللي بدنا اياهنا عالتيب يا مسائل خير يا ميسي اسعد وين بدي تشوف الخير بس اسمع صوتك ليه بس ايه اللي حصل اللي حصل هو انك عم تحاول تلعب لها باكبر منك بكتير وزا مفتكر انه هاللعب بتوصلك لبقية الديل اللي عامله انا وياك فبتكون غلطان لانه رح فرجيك وجهة تاني اللي ما بتتمنى تحلمي بس ايه اسعد انا مش فهم اي حاجة من اللي انت بتقوله ممكن توضح كلامك كلامي واضح وين الفايل فايل ايه فايل عين العفريد بيقول له فتوران التاب ما بيسوى ولا دولار بدون الفايل اللي تاب علوه وانا مالجا بالكلام ده انت اللي مقرتيه لجيبلك التاب مقرتيش اجيبهولك ليه هلا عاملك الفايل اللي عالتاب بكفي وبقية الديل بكفي هو الا رح تشوف وجهة تاني اللي ما بتتمنى تشوفه عبدا مفهوم؟ هو في ايه؟ درويش ما انه درويش بعد ابن الكلب ينهر سود ومنيل بقى بعد كل العجل والطحن ده كله تطلع الست الدكتورة معالي الوزيرة هي قص كل البلاوي قلتلك هي كانت عايزة لتصلح الوضع بس حبيبتي ما لحقتش حبيبتي ما لحقتش ايه؟ دي باعت الولد بحثه وقبضت صدقني صدقني هي كانت عايزة ترجع في كل اللي حصل ده بس هما ما دوهاش فرصة بدليل ان هما حاولوا قتلوها يا السلام قلت يعني كنت دخلت جوه ضمرها مايمكن قافشت عليهم في حاجة ولاقي بيعها احسن لا 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 مستحيل مش ممكن انا عارف انها غلطة هي ممكن تكون غلطة فعلا بس يعني او من هما كانت حتى تمدى في الغلط للدرجة دي الجيل مؤفزة دكتورة يعني اللي خطي خطوة في سكة السوق مش بعيد يعني ان يكملها على طول يا أخي ما بلاش انت باعتقولي الكلام ده الله ما ببوضت من نفسك الاول قبل بتحكم على الناس معك يا حق انا اخر واحد يدوم حد على انه سلم نفسه للشطان يلا قل بنا اهديكي ووفاك لطريق الصح ايه ده تعد سميدني؟ انا خلاص يعني ما عادش ليه لازمة معاك ولو انت عايزة تكملي قل بيكي من غير مؤخش يعني عارفة طريق الفايل وفيه برضو موضوع بكر الدهان لو عايزة تكملي فيه نايم ممكن تقعد معايا ونفكر مالوش لزوم اي فكرة هتخبط نحن اللي تنف في الحيط اثبات براقتي من محاولة قتل معالي الوزيرة معناها انك بدي لي امك وانا يعني مش طمعان فكرة باخليك للدرجات دي ايه جاريك شو هام حم اخ전 يا ربا اعمرون يوم ايه عم ولا يوم ولا بتاع blacks عمPeople راعدي أشرف بشر دي النور ده يا بشر ازاك ارادي الحمدن الله عنديgies�� تامن على ساعتك بس تقش علي بقى بشوية لو انت بتوعك والله مش انت يا باشا انا لو اعرف طريقك في الامن الوطني فين كنت جيت سلمت عليك ده لعشان برضه بص انا عايز منه الخلي عيني هي بقى عينك دي فيه مقدم حبيدنا في البحث المدرية كنت عايز اعرف عنه حبيت معلومات الله 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 انت اتنقل شوم الزباط ولا ايه ما تخلص يا راضي ما تعرف تستخف في الحوار ده ولا شوف حد تاني بقوني لا يا باشا بس انت الديني اسم مقدم اصاب خطاب ايا عصام ها قولي وصلت الايه لا كويس 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 ده يبقى ابن عم امجد لزم مش كده هاجل هاجل مش تغل ايه بقى لا 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 مالوش لزوم مالوش لزوم ولا ههمك انا حروح له بنفسي مالين انت بس العنوان ماشي ماشي مالوش لزوم مالوش لزوم مالوش لزوم مالوش 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 م بدل الشحتاتة رايح جاجه ده على الفيون وولا كمار بتكلم معجزة تخليها تجيب بتاعها وانزار ويجي عوضه السلام السلام يا ابو الدرويش على اصلك معلش بقى يا تاتش هتقد انت اليومون دولة مع مبتاح مبتاح ايه اللي يقعد معاه تاتش يقعد معانا هنا تحطوها في الورة دي ومعجزة وجزة يقعد في الورة التانية والتاتش هخش يقعد في الورة الجوانية ايا اخوانا في ايه الله طب التاتش هيقعد معانا اللي كما بيت عليتنا ومين اقلك بقى ان انا استندا في اقعد معاك انا عاصر على نفس كيلو اضالي عشان اقعد معاك مش كفاية الزريبة اللي انا عاعد معاكم فيها في الفيون يا اخوانا هدو يا اخوانا اخدي اخوانا شوية كده يا اخوانا ان نستحمل بعد كابلوبه وبعد كده كل واحد عنا واحد بيته جرى ايه في اخوانا يا ماب يا تاتش ايش هولي مسكوا امسكوا ايه ده دي خطوط موبايلات جديدة ايه موبايلات جديدة بخطوط جديدة وتقفل الخطوط اللي معاك ومش عايزة تشتغل خالص عليها بس لا يا رصيد كفاية وكله تمام ضعي انا بقى ايه هتكل على الله على فين ورا مشوار كده هقضيه وانت بقى تكون عملت اللي قلتلك عليه ماشي ماشي نحبوا بعض كده يعني نحبوا بعض طب نحبوا بعض كده نفيه ايه حلو ايه تا عاوزنا اديك تجاوز يا دبي ما انا قلتلك يا عاوز حستك في التجاوز الشهر دي خلصت وانا نبهت عليك اكتر من مرة تمسك ايدك شوية ما تخلصهاش مرة واحدة يا عم فاتحي الزرعة محتاجة يا واد مش بكتر التجاوز انا جيلك الكلام ده اكتر من مليون مرة مش بكتر التجاوز لو استاذ فاتح الديب اوه جرى ايه يا عم فاتحي مش تخلصني الاول خلصنا خلصنا يا عاوز وما فيش تجاو خلصنا ازاي عم فاتحي واضح 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 ان انت حضرتك مشغول فانت حضرتك انا وانا كمان عاوزك في موضوع بسيط فحضرتك خلصين لوراك وانا مستنيك برا مستنيك فين برا تمام برا خد رحتك انت بقى مين بها عم فاتحي؟ مش عارف يا واد ممكن يكون تفتيش وبعدين ايه من المواجفك لحد دروة امشي يا واد امشي ايه؟ هو تفتيش عايزي يا اخويا؟ بي ايه؟ بيستسمح لغالله النمرة؟ اه داخل محل موبايلات هو كده وبناء نمرة صح؟ اه ادي له اي زفتة سعية اه؟ ادي له اي زفت ماشي؟ وبطن مصالح رعو ربنا بقى شوية اه؟ روح انت يا عاشد يا كريم على فكرة راضي رسها في النهاية هو المقدم من اسمه حسام خطاب قاله حب حلوين بيقوم حوالين فضي بيليه فرص زي؟ قبل حدث الساكيني بشوية نزل وعمل كبسة جبيرة على بيت فضي كبسة؟ كبسة ليه؟ لا ما اعرفش بس دي مشكلة المشكلة ان هو ما كانش لو اخده كان معالي هو متقاعد اسمه شوق السباعي لو عالمعاش ونزل في كبسة؟ ليه بقى؟ هزا الي هو نزل بنوخته اسيدي اصلي شوق ده وقته بخلها سوا والاهم من كده بقى انه كان مأمور السجن اللي مستضيف في الشلة كلها مم ماشي تحلاوة اول معلش يا بيه اتأخرت عليك شوية لا 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 ولا اهمك انا بس عندي كده سؤالين صغيرين وبعدين حسيبك ترجع تكمل شوق اه اعمر الامر لله شوف انا عندي حتة ارض كده بخلص فيها فقلت اسأل يا فاتحة انت عارف اللي يسأل يعني ميتوشش انا قلتي ممكن حتة الارض دي فيها مشاكل عليها منازعات يعني 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 يا فاتحة ارض ها ارضية بيه؟ ارض ملك ابن عمك براهيم حيبيها الارض لا 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 مش ابن عمك ده ابن عمك التاني انا مليش ولاد عمي تاني غير براهيم يا فاتحة امجد امجد لعمك امجد امجد مين يا بيه؟ امجد حسين عبداللطيف الديب مش انت برضو عندك عمي اسمه حسين عبداللطيف الديب ايوه تماما عمي حسين عبداللطيف الديب اه الله يرحم اه انما ايه؟ انما ايه فاتحة بقى اقول يا بيه عمي حسين عبداللطيف الديب الله يرحمه مات هو ومراته من ثلاثين سنة في حادثي وما كانوش مخلفين والله ايوة لا تماما تماما خلص فضل أنت مع السلامة بسيطة هي رجع كامل شغلك الله تماما انت قادر بجد في حد الدنيا تبقى مقلوب عليه كده وقايت في مكان زي ده ده المكان الوحيد اللي مستحيل حد يطن فيه قوليلي بقى هم انت عرف ايه عن الحتان اللي في السوق اللي قام جد ممكن يكون رب عدوة معهم ان جيت للحق هو ملوش عداء هو ليه ضحايا قصدك ايه اي حد كان بيحاول يقف وش قام جد الديب كان بياخد كتف يطلعوا برا السوق كله يعني عندك مثلا هشام سلطان كان معاه توكيله عربيات ألماني وبقدرة قادر اول ما قام جد قرر ينزل السوق وقع بينه من الشركة وبقى هو الوكيل هو عمل ايه؟ السنوية بتاعته كانت من اسبوعين تقريبا لا إله إلا الله ربنا ارحمنا جميعا يا رب اللي حاولوا يعافروا معاب جد كانت منه رامز أبو اليزيد وبهجة السوفي هلو قوي ومعافرتهم عابة وصلت لحد فين؟ رامز مستحملش كتير ضربة في التانية فتفتحت له مشاكل مع البنوك ولبس قضية التهرب ضريبي راح واخد بعض وطلع برا مصر وهو دلوقتي مستقر في لندن تاني السوفي كان أكبر رجل أعمال فاتح خط مع الحكومة ومسك لهم شغل كتير جدا في المجتمعات العمرانية الجديدة يعني تقريبا كل إسكان الشباب لحد 2005 كان هو اللي بينفزها ده طبعا لحد ما ظهر قام جد على الساحة وده سالفر برا برضو؟ نا ده لسه موجود هنا بس كافي خير وشره وشايفال عدايق وما حدش بقى يسمع عنه أي حاجة هلوة قوي 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 ممكن بقى توليلي ممكن ألاقي فين؟ بيقولوا إن أغلب الوقت بيقضيف مزراته اللي على الصحراوي بقى جاتباشر يضيف جاي للساعات نعم؟ يضيف جاي للساعات الصورش أنا سعيد جدا إن هجيتلي هنا أنا ما حدش بيخبط على بابي ولا حد بيظهرني ده في الأول استعجبت قلت ليه لكن بقى تعودت قادم وسهلا أهلا بيك يا رباشر مرحبا بيك أنا تحت أمرك أولا بسراحة يعني جاي لساعاتك برسالة من طرف رامز بيه أبو اليزيد رامز أبو اليزيد هو رجع مصر؟ لا لسا ساعاتك عارف طبعا اللي حصله بسبب أمجد الديب مش أنا بس اللي عارف لكل مصر عارفة اللي عملوا فيه أمجد الديب وفي غيره ساعاتك كده هتوفر علي كلام كتير قوي هو أبو اليزيد بيه بيفكر يرجع بس قبل مايرجع عايز يقمن نفسه من التعبان اللي عده عشان بعد كده العده هتبقى بموتة وهو مش متابعة هو مش عارف الظاهر إن التعبان اللي عده كبر قوي 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 وبقى حنش عشان كده ساعاتك هو عاوز يطرمه أيوة يا عبد الغدى جاهز باشر يلا يا سيدي الغدى جاهز علي الطلاقة هتتغدى معايا بفرصة عشان تفتح نفسي بفضل يا راجل قوف أنا ما بقيتش عادرة ما بقيتش عادرة يا راجل أنا ما بقيتش عادرة كل حالة بتقع حولي في الأول ماما بعد كده حاضر ودلوقتي درويش أنا بصراحة مش فهمة هو مش كان معاكي في الأول إيه اللي خلاي ينسح بفجأة كده حقه حقه الراجل عنده حرب مشغول بيها إيه اللي خليني أجبره إن يجي يحارب معايا إيه دي إيه دي بس يا مهلا مفكرتش تكلمي قم كم ينتصر مفكرت مفكرت أكلمي بس للأسف ما ينفعش دلوقتي ليه بس ما ينفعش الراجل واقف معاكي وهو بنفسه عرض عليك يساعدك بساعدته اللي هي دلوقتي ممكن تأذيني أنا مش عايز أوراده معايا أكتر من كده ويف كتير جميل أنا وماما بالعمل مش عارفة مش عارفة مش عارفة مش عارفة نعملوه بنفس أسلوبه ممكن يعني بس أنا يعني على فك أنا مش راجل طيب ولا حاجة بس أنا عجزته وكبرت بولت أحوط على شوية الشغل اللي حلتي وعيش في هدوء وليال متأمنين مسائل بسيطة وأنا كده يعني مستمتع وخلص يعني فهم من كده ساعتك إنك مش معاين يعني يعني بص في نظرية اتعلمتها ولا هنا اسمها نظرية شوي اللحمة إنت بتعرفتي شوي لا أنا في الحقيقة ما جربتش شوي لإن أنا بحب الطواجن يعني إنت طواجن طيب ما هو أنا تعودت هنا ولا بشوي اللحمة لأحفاظ الصغيرين دول إن أنا أسيبها تستوي على راحتها بهداوة استوي عشان ما تشدش تحت اسنانين وأنا بقى يا سنين عمر اللي قضيتها علمتني إن ما سيبش طواجن اللحمة على النار أكتر من جلازة عشان ما يتحرقش بغلق وتحرق من غير مؤخذ يعني هلناموا من غير عشان لا نظريتي الطواجن والشوي نظريها كويسة فيها نارة لأي الحالات إحنا نسيب النار ولعة ونرقبها وإن شاء الله إن شاء الله لو لنا نصيب حناكل مع بعض ها 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 ايو نعم مساء خير فان مساء نور قدم كريم صارت ورد أشرف الصباغ عمنا وطني ايو سهل ايخي محتاجين انتكلم مع حضرتك عشر دايسات اللي هو بخصوص ضرويش عبدالرب رحيب الهربان هو مش كان مسجون عند حضرتك برده قبل ما تخرج من الخدمة عم درويش عم درويش بص بيقولك ايه ان الحب دايما بييجي للراجل بعد الجواز بس الموام امراته ما تبسوش الحلو هو ده اللي انت فالح فيه إلى عم درويش انبوكسك بناديج ايه انبوكسك جايلك رسالة على طاير الليل المتين باينها عندك من غير ما تفتحها؟ اه يراها يقولك فين الفايل يا ابن ال يا ابن ال اه هي لا يا مدرويش تعالي اراها انت ابن نفسك مش هينفع اراها خليها بفول يا شهاب نظرتوا فيها قدي اول المصاريف خير مرجس عيني عايزين نؤجروا عربية حلوة يعني وساخة امجل الدب دي في السوق ما بيربيش عدوة طريق مال ومال الكلام ده لايش يا مادم نعم احنا هلقول لها نلبش مهندس طارق انا اياه في التليفون وملقناهوش في مكتبه ما كناش جناله هنا احنا هنقومنه كمتين بس هو انت فين؟ التامش معاي باتل مين؟ نحزن بيه جوزك ما في ولا فالم اللي بدنا اياهنا عكتب كلمي واضح وين الفايل؟ فايل ايه؟ فايل عين العفريق عمجد مين يا بيه؟ عمجد حسين عبداللطيف الديب عم حسين عبداللطيف الديب الله يرحمه مات هو ومراته من تلاتين سنة في حدسة وما كانوش مخلفين اهلا سهلا ايه خدمة؟ محتاجين اننا نتكرم مع حضرتك عشر دايسات اللي هو جايلك رسالة على طائر الليل المتين باينة عندك من غير ما تفتحها؟ ها يا راها يقولك فين الفايل يا ابن ال... لا ام درويش تعال اراها انت ابن نفسك مش هينفع اراها خليها معفول يا شاب فضل اوه صحيح ممكن افتكو بايه؟ احنا تحرياتنا اثباتت ان درويش عبدالرابو ده كان لي زميل في السجن اسمه فضل سيد لغول فضل ده مات قبل ما درويش يا ربي يوم اللي احنا عايزين نعرفه بقى من حضرتك وهم شاكلهم كان عامل ازاي مع بعض كمصحاب مسلا في اي حاجة تضلت في النبيها في الحدة دي انتو بتسألوا اسئلة غريبة قوي عن اشياء بعيدة يعني جدا تعرفين انتو الموضوع ده اللي انتو بتسألوا عن ممر عليه كده اكتر من عشرين سنة ولا انتو متعرفوش سياد تدلوة نعم احنا مش بنكلم على مجرم عادي وعلى حد علمونا برضو ان ده المجرم الوحيد اللي هرب من حضرتك طول فترة الخدمة صح؟ مم صحيح بس انا عايز اسألكو سؤال الاول يعني انتو حضرتكو مسكين قضية الارهابي دي من الاول ولا انتو شغالين مع الوزير الجديد ممكن؟ طيب بس ممكن نسازن حضرتك في كوبايت مايا؟ اوي اوي ا Şeyت اسألكو اواه شغالين موية.. موية بس متأكدة.. مو مية بس موية.. مين يا حبيبي؟ عملا إيه؟ الحمد لله ايه مفيش أخبار جديدة؟ عن إيه؟ عن أي حاجة يعني عن الصغلك مثلاً احنا بدنا كتير ما تكلمناه شنين لأ مفيش ودرويش؟ مالو يعني مفيش أخبار عامة؟ أخبار عن إيه بالصبت؟ ما يكلمكيش تاني؟ لا عملا إيه شفايل اللي اللي إنتك وجي بتقولي إنك بقشك إنه يكون هو سبب المشاكل دي كلها أخذ حتى أخبار أخبار فيه؟ هياكي أنت كويسة؟ أخبار أنا تعمل شوي سبني باديو فضلك طيب أخبار الله ينور عليك يا درش الله ينور عليك لكن لا تمام التمام فل الفل بكرة الصبح إن شاء الله إن شاء الله سلام يا درش سلام آآ ولا شهاب ولا أه مرسابة المستشار مدعك باك إعادتك دي ولا إيه إعادت وحش ولا إيه؟ ما لأ إعادتك يا عمدرويش يعني قاعد كده من غير لشغلة ولا مش غالة؟ وأنا من السكرتورك الخاص يخلوك لا أنا خلاص رفعتك ليه طيب طيب تعيش الناس وأنا عملت إيه بس عمدرويش شوف أشهاب أنا قدام مني فرصة حلوة أوي وظيفة محترمة بس عايز أوادي الزاكي ونور الزاكي ونور دي مواصفاتي بس أنا عايز أعرف مخترمة إزاي يعني شوف أشهاب هي وظيفة محترمة في مؤسسة كبيرة وفي مكان حساس مفيش حد بيشتغل في المؤسسة ديت مش هيشاور عليك تخيل ها مفيش مفيش بنا آدم بيشتغل في الشركة ديت مش هيحتاج لك بص يا حبيب هنا الشاي والقهوة والينصون عارفهم بسم الله ما شاء الله عليه وهنا النسكافيه واللاتيه والكاباتشين كلهم مشاريب ها كلهم مشاريب هنا مش في مطعم فاهمني؟ هنا السكر والسكر الضايت السكر التموين مش هتعمل معاه عشان بقى أنا ممكن كوباتي الشاي تبرد وانا بقى علق بس تيجوز عقولنا وحد بقى يقولي الشاي تقيل قوي لا درهم السكر لا هنا نفيش سكر التموين سكر التموين ده ببتة احنا الحمد لله هنا اللبن بقى لوعة الطلاتة تلاتة انواع؟ والنعمة العظيمة ايه الدهشة اللي انت فيها دي؟ اه تلاتة انواع الجاموسي والبهر والنعيزي يابني هو احنا في زريبة مش دي الحوالات اللي بتعمل لبن يابني فهمني كامل الدسم نص دسم خالد دسم وعم دسم والله يجيبه بالسلامة ويا عمنا ما تقولي اللبن البدرة اقولك على حاجة هتفرحك شاكلك كده مش هتنفع خالص لا انا اقولك بقى على حاجة ازعالك انا دي لشركة الخمستاشر اللي اشتغل في بوفيحة اشتغلت في خمستاشر شركة قبل كده؟ الحمد لله انا بالله فخر اعرف انت عايزت الشاب ايه من غير ما تطلق اعمل لي ايه شوف قهوة يا ابني ملل لقيل بس انا عرفت طب اعمل لي قهوة اديني ساعة ساعة؟ انت مش عايز قهوة بمزانك بص يا ابني انا هروح اشوف الاستاذ عاصم عايز ايه وارجع لك تكون عملت القهوة شوفك تنفع ولا لأ حاضر ماشي عمدريش اعمل داو اعمل تفضل لي شسي حبيبي قال له صباح الخير من النهلة صباح الخير يا باش مهندس ازايك؟ تمام الحمد لله ماليش كنت هاتهابك بس وكنت عايزة اسأل عنا حاجة ضروري ممكن اتفضلي تحت امرك وكان درويش قال لي ان الفايل معاك اه هو فعلا معايا ولك اعزاه في اي وقت يعني ونتفق لها خالص انا بس كنت عايزة اسأل لو في اي فرصة ان احنا ممكن نفتح الفايل والله هو فيه سوفتوير كده نازل قريب لو تحبين أن نعمل بيه محاولة تانية أوكي مفيش مشكلة لا طبعا فيه وقت خلاص اتفاقنا أوكي مع السلام وأنا سمعت اسم نهلة قبل كده ولا بيتهيق لي آه نهلة وديدي مهندسة الديكور اللي كلمتني قبل كده عشان عمل لها شغل من فترة يبقى أنا صح عمل ايه يا شاب مبسوط؟ مبسوط؟ آه الصراحة يعني الخدمة عندكو في الفندق طعفا مبسوط من أهو السيز مصطفى وأنا جاي اشتغل رئيس مك للسجارة ده أنا يا حي الله ساعد يا أخي قول الحمد لله ما قول الحمد لله بس أبسط ليه هو يعني بصراحة المرتب معقول هنا اسم الله ما شاء الله انتو ستايلات جامدة قوي بدلة حلوة قوي بغد دي فوق الثمانين جني دي نابل لما تضيق يبقى ديالي ماشي؟ ماشي ماشي بصراحة كمان يعني عندكو هنا أنا القوزس جامدة قوي أحسن ما اللي في قناوات المندد لا اهدى بقى كده وركز انت جاي تاكل عيش اهدى ماشي ايه في ايه؟ عم درويش قال لي ان انت عترسينا على الأماكن الحساسة حسي لها معوقع الحساسة يعني امتى ام 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 ايو ايو هرسيك على كل حاجة بس مش دلوقتي تبريك او في البريك ليه ما تخلقها في الشركة هن في بريك في بريك ايه ده بقى وارسيك في بريك ايه سيدة بريك وده مجمون ولا ايه؟ ده اول يوم ليه عارف مكان البريك من ايه؟ ساعي ليه عم ترويش؟ مش مانا ساعي يعني يعني يكون معك كل الملايين دي والشغال نساعي ليه عم ترويش؟ يا هلا بطل عديد يا هلا بطل عديد واتهب بحكيني عملت ايه النهاردة عمالتي يجي خمسين كبات شاي وثلاثين نسكافين وحاجة وثلاثين كابلتيشو كابلتيشو؟ يا بجم يا بجم بقولك عملت ايه في اللي قلنا عليه؟ دخلت قانية اقسام كلمت مين من الموظفين؟ اه بالنسبة لعملك wunder awaiting الجاسوس لاي ط possa انا بحكم المنسبي دخلت كباَ كتير ممم قدت الحسابات قدت الشؤون القانونية والدات أرون دخلتها وشفتها الحقيقي مخليتشي شبر شبر وحرا حرا وزنجا زنجا 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 تب اسمع شاب انا عايزك في الشركة دي تبقى العطيف مع الناس عاوج الناس كلها تحس انك كويس عايزهم كلهم يهبوك عاوز الناس كلها يهبوني يهبوك يا شاب تعاوز مني بالزبط عم تدرويش يا باكم يا باكم انا عاوز بطن الشركة دي بقى عندي في اقرب وقت عاوز اعرف كل صغيرة وكبيرة بتحصل فيها فاهم؟ ماشي دخلت على انجل الديب؟ لا لا ليه؟ مبيشربش حاجة طول النهار؟ لا باشرب وباشرب كتير كمان مم بس انا آخرا عند السكرتيرا بتاعتو بتستلم مني المشاريب وتسلمها له بنفسها مم بس ايه عمد رويتش السكرتيرا هوف المعنى الحقيقية للسكرتيرا اونسة الحرين تفكر فيها عمد رويتش كونش عايزنا سهموا اللي ايه؟ نفسي نفسي بس المدة بالطريقة دي خسارة فيه أنا حايز أعزبه الأول امشي أعمل لنسكة فين بالنعنع روح صدقت إن أنا سياعي ولي قسوس ها عملت إيه زي ما توقعت ملف فقض الغول مش موجود في المدرية كلها مصر بخده موجودهوش المدرية راح بفين مش عارف لكن الناس اللي فوق حيقولوا لي فريد الودة مش لوحده يا شغال ما حد بيدور علي حد بيحفر علشان يوصلي حد لازم يتلحد أبي ما يعرف أكتر من اللي مسموح به إن يعرفه من اللين صدقا طيب بيحفر علشان OVER موسيقى اه مش عارف انت بتعنيت كده لي وعيش لوحدك عيشت العزاة ما كنت عادت مع اماما ببيتها وقدر ما كل واحد عيش لوحد عارف ما انت عارف ان امك دي الغالي عندي بس انا اتعودت من زمان اي اتعودت من زمان يادي عصام ان انا عيش لوحده وحدين خلاص خلاصنا بقى عارف وحدين اللي عاوز الملف ما هو يقدر يديه عصام من اي حتة احد ملف حد جاب شيرت الملف ملف يا خالي فدك اي حاجة في الدنيا الملف يتسرق يتحرق المهم ان ده كويس صدق وتؤمن بالله انا حسس كده بوخ في صوتك كده بنغمة مش مريحاني متى يا لا عصام ان انت على اخر الزمن يا حبيبي بتتجاوز مع الخلك وتقوله وتنبط عليه وترغب حاجات غريبة اقولك ايه بس يا خالي اقولك ايه بس انا هتفصل من الخدمة بسببك ده تبديد اغطى يا سيادة اللي هو والله اعلم اللي خد الملف هيعمل بيه لا اقولها ده عصام مين اللي حيموت ويحصل على هزا الملف لتركة انه يرتكب كريمة عشان يخطو اقول لي مين اللي مش هيموت عليه انا النهار ده عارف ان فريد مذكور بعد عيون تعيس على الملف ده تحديدا مين فريد مذكور المحامي ايه اه ايه اتفكر فيه فريد مذكور المحامي عارف ده ايه امام حامي مين ما تقوليش امجد الديب ايواه هو ومين له مصلحة غير امجد الديب في الكون في انه هو ياخد الملف بس امجد الديب هيعرف الملف معك من ايه هيبر اصلا بني وبينك ازاي اللي اذا كان يعرفك مش انا بقولك من زمان ان شغلتنا دي عايزة واحد يبقى اكتر زكاء شوية من كده ايه ده انا مش بسد ان انت عملت كده عملت اسمها عملنا انت شريكي على فكرة عملنا ايه هو انا سرقته ولا طفشت باب الشقة ولا ضربت الرجل على نفوخه لا بس قلتلي التكل على الله وربنا معاك ربنا معانا كلنا يا حبيبي انت عارف بقى لو حد عارف ان احنا عملنا ده هيحصل فينا ايه هيعمله فينا اكتر من السجله والمجور يا بني هنبقى غفر هنبقى غفر يا حبيبي ايه بس ساعتها يكونوا اكدرنا بروحيته مكتلاش هنقض درغي بقى كتير وما نشوفش الشغل بسم الله الرحمن الرحية ايوه ايه ده ايه السورة دي وعجباتك السورة دلوقتي ده يا معدن درويش بس شكله اصغر شوي هو وده بقى امجد ايه من كحرطة يبقى اكيد بقى ده فضل سيد الغول اللي طلع عنا عشان نجيب الملفتها فضل وامجد ودرويش ايه كتير ده وقال لي جاب صورة شخصية في ملف القضية يا حم اناش عرف لي هكيد لما نبوص على الملف هنفهم كل حاجة لا 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 الموضوع ده بقى محتاج زبط الدماغ ايوه حبيبي قلنا اشرف اعمالي انها في الجاني القهوة كده عشان نوزبه الدماغة يلا ايه حبيبي اروح انت عمي انت عرف ترين البون فين ايه انت عايد ايه انت قولي انت ايه يا ابني وعندكش دم اعلمت منك اعمل معاك ما هتفتحش في حاجة لما جيلك اروح ومن ثم فقد تأكد لنا ان بصمات الاصابع المرفوعة من السلاحة المستخدم بالجريمة مطابقة كماما لبصمات المتهم الاول فضل سيد الغول حسب ما تأكد تقرير معمل الجنيه المرفق طيهو شفت المرفق طيهو دي شفت اه زمان البضايا الجميل زي زمان الفن الجميل فاكر انت يا اما ضايا رايا وسكينة تحت زمان كان المتهم يا اشرف بيتقفش قبل ما يفكر اساسا يرتكب الجريمة لا كم في بقى تاب ولا تليفونات فيها تتاب ولا كل هاري اللي احنا عايشين في ده طيب في حاجة غريبة بس اللي جاب فيش ده الوش هنا ده ثانية واحدة اللي فيش ده باسم بفضل سيد رغول يا ابني فضي ايه الصورة صورة الدرويش ما تسحى ايوة يا عم الصورة صورة الدرويش بس نرفيش باسم فضل سيد الغول اهو يعني ايه بقى هو احنا كل ما ندور على اسم نلاقي صورة الرجل ده طالع معاه انا اخيات فبص في البطاقة بتاعتي نلاقي صورته جنب اسمي بص درويش 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 كل الصورة اللي فيها درويش مختوب قصادها فضل سيد الغول تشكلك سيارات الملف الغلط يا حبيب يا عم ملف غلط ايه بص قد الملف قد رقم بتاعه والاسم سلاسي فضل سيد الغول يعني ايه يعني ايه يعني ايه بقى هو ده بقى درويش عبد الربو ولا فضل سيد الغول ولا جوس خالطي ناقينش من ايه حاجة أنا باقي اللفة خالص على فاكرة أه ما طب تعمل ايه يا أم درويش اسابت اسابت يا جحش اسابت اسابت واسخلك يا تلأميز عشان ما حدش يشك فيك معقولة معقولة ساعة يلزك بالهندامة دي كلها وفايع ما طبيعي طبما الهدوم دي بتتغسل فما اخسرت الفوندو يا نهرك اسوخ هو عالة كل اي اللي عنده في الشركة انك اااااانك عايش فقوتين لا ما قالتش لحد ولا ما قالتش غالنا امجد الديب نعم يرحبك يا عمد ليش بغزر معاك و الله بغزر هو يعني فيه حد بيعرف اتكلم مع انجد الديب ديب لما الهفك اسمعنا بلاك ويس والصحصح للي هقولك عليها. اهي اهي طيب. فهمني? فعم. تتقص للسانة ده من اللي غاليه. منين? من اللي غاليها. من اللي غاليها. واللي تقطعه من لسانك تزود بودانك وتفنجد بعنيك. طب انا عايش بعد العملية دي ما انا شغل عيبا مخيف. يا امي يا ام خفية الدم. يا ام خفية الدم. اسمعني يا بغل. اسمعني يا بغل. انت مهمتك في الشركة النهاردة. تخش قسم الحسابات. تخش قسم ايه? الحسابات. جميل. تدور على الكمبيوتر اللي بيقر شوفه فيه الميزانية بتاعت الشركة. وملفات الضرائب. والصادر والوارد. وكل الحاجة المهمة دي. ماشي. ملسك انا? لا. هايزل كمان تتعرف على اصغر محاسب في المكان. طب وده انا ما اعرفه ازاي. او صعبة ما درويش. اصلا ام اناك بنادو اسمين باسم انجليز. يعني يقولك مثلا السي اوف ايل. الدي اوف ايل. سي اوف دل. دل لا. هتعرف اصغر محاسب. هتليه اصغر محاسب في السن. ماشي. وهتلاقيه كل الشغل رمينه عليه. واحد واحده كده داعيني ورمين عليه كل الشغل. وتليه اخر واحد بيروح من المكان ده. سمعني? ماشي. بتعرف الحاجات دي من اين عم ترويش. تشتغلت على مكانت الشركة دي? اكشي لا عم. تبقلت على الله وما تبقى عشو عدت. ماشي. ماشي. ماشي بس انا بس اخطف لي سندوتشين بيكون بالبيد من المطعم بتاع الفن ده علشان انا على حم بطني. ده اختفل? بيكون بالبيد. بيكون بالبيد? خربيت هتا. البيكون ده اهلا لحم الخنزير. النعمة العظيمة? اهو النعمة العظيمة لحم الخنزير. تبقى انطلت لنا عم درويش دي شغل ما كنت سبتني على العماد انا بحبه. يبقى حرابك بس اقولك بتاكون لحم الخنزير. خلاص اعمال. خلاص اعمال طعمه مش كده اهو. خلاص انا هاختبس انت والشين بيب بس. هبقى بيت خمسين برضو. تكت على الله يبشي. انا عايز افهم دلوقتي. يعني ايه كلاينت بقى له اسبوعين طالب نيو ايدياز وما حدش فيكم فاكه يرد عليه حتى بيمين يفعاموا اللي بيحصل. انا خلاصين سكيتش ومستنيين نشير معاك قبل ما نبدأ. وانتي ما كنتش موجودة. الله طب ما تكلموني. بتكلموني او وابعتولي ما انتو عاوتون بتكلموني في عدفها من كده. انا حاسة بس ان انتو راح راحتوا في غيابي اه. وانما بقيتوش تشوفي شغلوكو كويس. يا مادم نهلة ايه دي بس. انتو في ستوري. ما حدش هيكو حامش النهار ده غيلة ما خلص حاجة الرجل ويبعت حالو. اتفضلوا. سؤولي يا مش مهندسة فيه ضفة بتقول عايزة حضرية بضروري. انا برضو اسفة جدا بس انا مش عارفة حضرتك عايزة مني ايه بالظبط. عايزك يتوصليني بدرويش. هو انا المفهوض اعرف مين درويش ده. يا حبيبتي انا مش عيالة. وعارفة ان انت بنت معالي الوزيرة اللي درويش متهم بمحاولة اغتيالها. ايوا بس واكيد مش صدفة ان درويش يعرف طارق زي ما يعرفك بالظبط. وبرضو مش صدفة انك انتش تروحي لطارق في الوقت ده بالذات. عشان تطلبي منه ويعمل شغل لشركتك. وخصوصا ان بقالها سنين شغالة. وتطلبي منه ان هو يعملك سيكيوريتي سيستم زي ما فهمت. طيب. هو لما حضرتك عارفة كل حاجة بتحصل حواليك. موفرتيش الزيارة ليه وطلبت من باش مهندس طارق ان هو ايه يوصلك بيه. لأ اني عايزة طارق يبقى بعيدة عن موضوعك وده. يمكن انتش مش هتفهمي كلامي. لكن درويش هيفهمه كويس. انا عارفة ان درويش بيحب طارق. لكن اللي بيعملو ده ممكن يدمر حياته. دي قضية امن دولة. على فكرة اللي انا بطلبه منك ده مش صعب ولا خطيح. انا كل اللي عايزة منك انك توصلي كلامي لدرويشه. وتقولي له ان انا عايزة قابله في اقرب فرصة. وهو هيعرف يوصلي ازاي. كريم. بص حياتنا. تحجي نام كل ده. يلا قوم عشان نتكمل. قوم. ايه يا ابني فيه ايه. ايه. ايه حد كده انت مش بني ادم. اعملت لك ايه. اما ما تليش ليه بتعزل تسرابه ده. عادش لابن خالص. قوم شوف ايه في الماضي اخوة من لفسك. ايه انت اتقيل. اعملت ايه في القضاء ايه. عادين اهو. طلع عيني. تعال كده نقوم ونركز مع بعض ونكمل. بص يا سيدي. يلا هاري. ارجع معاك ده اسبوعين تناتها الورا اول ما عارفنا خبر اقتلها الوزيرة. سعيدة احنا عملنا ايه. جرينا على كاميرات المرائبة وفرغناها وطلعنا صورة درويش. ودخلنا على سيستم الوزارة. صح كده. ومنخلال السيستم جبنا الملفة بتاع درويش عبدربو اللي في مصلحة السجون. وبننا شعرنا عليه. لان سعيدة الملفة بتاع درويش اللي كانت في قنة الدولة اتهرب. والدهس لقيمة تحت الثورة. وسعيدة اخلنا اقتنعنا ان هو الشخص ده اسمه درويش عبدربو. صح. دلوقتي بقى احنا عندنا ملفة تاني خالص. فيه صورة النفس الشخص. واناكن باسم تاني. ده بقى معناه ايه. ايه. ياما فيه ان واحد فيه مزور الملف. واحد فيه ممتحل شخصات التاني. صح? احنا دلوقتي عايزين نعرف انه ملفة اللي تزور. ملفة درويش عبدربو اللي كان في مصلحة السجون. ولا ملفة في فضل سيدة الهول اللي كان في ورشيه في النهابة. بص. سلامان ليه هو الشاي السباعي. كما تورد في الحوار ده. يبقى التزور كان في الملفة بتاع السجن. مش هو ساعتها كان مأمور السجن اللي هرب منه البناء دم ده. يبقى العمع العاملها دي وفجر ماكو بالوزيرها مش درويش عبدربو. بفضل سيدة الهول. هو ده كريم اللي انا عرفه. تعالى بقى نرجع كده هوريته الموضع من اوله. ده اهم جد. الديد. مافيش مشكلة. وده فضل سيدة الهول. مين بقى الحلوة بوشانة بتاعه. بص يا سيد. ده ممكن يكون دي سويلاس. الشخص اللي متسعت العملية. ممكن. بس انا مش هابني على استنتاجات تانية. مش هابني على استنتاجاتنا غير ما عرف مين ده. كل الكلمة اللي انت قدتوا ممكن يكون مترتب وممسوكها. بس مش هابني على الكلام ده اي حاجة جيدة في القضية. لازم يا اشرف فاعرف مين ده. خلص. يا بس بولي وانا هجيب لك قراره. يلا روح ديب قراره من المطبخ واجيب لي واحد شاك. هلو. اي يا استاذة. اهو. لسه حي ارزق. انت يا اخبار حضرتك ايه. انا كويسة الحمد لله. دلوقتي مادام نعمة تعدت علي في المكتب. ايه. وصلت لك زيائر. و جاية ليه. طارق جراره حاجة. لا لا لا. طارق كويس مفيهوش حاجة. بس هي بتقول ان هي عايزة تقابلك بخصوص موضوع طارق. بتقول ان انت هتعرف توصل لها. ومستنية منك تليفون في اقرب وقت ممكن. درويش. درويش انت معايا. اه. اه. معك يا استاذة. طيب انا هبقى اشوف الموضوع ده. مع السلامة يا استاذة. مع السلامة. حزم. ام الفنة. لانا جاية الواحد. مالكة. مستغربة دي. مش مستغربة ولا حاجة بس مش بالعادة يعني زيارات المفاجأة دي. وحصل حاجة. ايه يا ريكو. في ايه دي احنا عشرة عمر. ده اللي تغرفي عاننا قلناها لانا ما عرفه بش. طبعا يا معلم. تشرب ايه. تعالي تعالي يا ريكو. تعالي موضوع مش من مصلحتك ابدا انه بتقلق قدام حد. وانا عارف انك لوحدك عشان كده جتلك. فيه. الاخر كده. انا عارف ان نهلا لسه بتقابل الرابل لسه مدرويش ده من وراي. وعارف كمان انه بتحكي لك على كل حاجة. وكل تحركتها معاك. فعايزك كده بقى زي الشطرة. تركزي. وتعصر دماغك وتقولي لي اللي كان بتقول لك نهلا. بالتفصيل الممال. انت بتهزر سه? خليك بقى ظريفة كده ومتعامة. هنا. عشان ما استخدمش معاك اساليب واسخة انت في غيرها. انت زي بتكلم معايا بالطريقة دي يا حزب. ماشي. طب قولي لي بقى ايه اخبار صندوق التنمية بتاع وزارة الثقافة. كانت شغلانا حلوة. مش كده? يا طرس بتاع لي. مش اصول برضو تسألي ع الراجل اللي تحبس مكانك. وفي ايه? قضية التبديده عهضة ومش اي عهضة. دي لوحة تسوى ملايين. مش شافك يعني حطها وسط اللوحة الجميلة اللي في البيت هاد. انت عارف كوز جدا انها ما سلقتهاش. بس ده يعطيها بقى اهمالك. وكانت النتيجة رجل الغلبان عمين المخزن. اتحبس مكانك. ده غير بقى تزويرك انت وزميلك. اللي اثبت في الدفاتر انك ما كنتيش موجودة. لما اضربلك اذن الانصراف قبل وقوع الجريمة. هوها صحيحة. انت عملتي معايا ايه عشان يساعدك بالطريقة دي. انت واطي واسبعلي على فكرة. كلمة تمان وهتحصى لي امين المخزن. بتستغل السر يقتبنتك عليه انت ونهل عشان انتو صحاب عمري. وبتساولني عليه كمان يا حازم. انت ازاي واطي كده. اوه في الحقيقة انت لسه ما شفتش واطها اوه. وكلمة زيادة غير اللي انا عايز اسمعه هافتع عليكي باب جهنة. انا مبتحددش. لا بتتهددي. وهتعملي كل اللي انا عايزه. عشان الراجل المحبوز ده نفسه في دليل برقة واحدة. ولا تحب بانكلاملك باشريك في الجريمة. وستاذ هاني في الحقيقة الراجل طالع رخيص جدا وافق انه يبيعك ويقوله على كل حاجة مقابل مبلغ تافح. وتروحي بقى تقضي عقوبتك. والفضيحة تبقى بجلاجل. الفنانة العظيمة تغلق القتلين المشهور. وتودعي بقى اسمك اللي زي الطبل. تقول له باي باي. وتودعي المعارض. والصفريات الحلوة. كل ده ليه؟ عشان كلمتين مش عايزة تبنيهم. في حد عائل يعمل كده. اهلا اهلا الاستاذ اسماعيل. الاستاذ اسماعيل. الاستاذ اسماعيل. يشاف شغله. والله مفروض تتكرم. عشان انت الجندي المجهول. عامل مجهول تشكر عليه. تشكر عامل شاب. حبيبا استاس اسماعيل. وانا اقول بقى مهدش طلب مني مشاريب لهم الحسابات. اعتاري مفيش حد هنا. قال له فين بقياتي الزملائي. مفيش يا سيدي. بس لخلطة الانيسة ساندي. اللي شغالة في العلاقات العامة توفت. في كلهم راحوا يعزوا. انيسة ساندي. ام رجلين حلوة. يا ابن اللعيبة. تخدت بالك. عامة بابا ماشي بصص في الارض. ايه اللي رجلها تحت عامل ايه. عارف او استاس اسماعيل. انا بعرف انها جات من رجليها. ما تضوب بقى كده الاول. واشوف زبطة عن امبرها ولا لا. لا. مية مية. لا ولا مية مية. والنعمة العظيمة عملها لك من البن المخصوص بتاع استاس نشأت. البكو كله خلص عليك. انا ما عملتوهش منه فنجان على فكرة. شو انت حبيبي. حبيبي قلبي. ميش يا استاس اسماعيل. تمني با ايه خدمة تانية. انا خليه. يا حبيبي قلبي شيل السناعة من على الورق. انت بتحط السناعة في ايه حتة كده? اه بالراحة استاس اسماعيل. ما بوز الورق. ما الشركة مليانة ورق ايه. ما فيش اكتر من الورق. يا ابني انت عويت. بص انا ممكن انت كاشوح. لو الورق ده بالاخص حصل له حاجة. تكاشوح عشان الورق ده? اه. طب وعلى ايه الكاشوحة? ما تقدم الورق ده مهم. ما تعمل له التادى بيز. وتأركفه الحاجات دي. كله متسايف في السيرفر يا سيدي. بس برضو لازم نحتفظ بالهرد كوبي. انت جبت الكلام ده من ايه? والنعمة العظيمة ما جبته ده هو اللي جال واحده. قص انا خريج. خريج? انا ما عادوا بلونة والستاذ اسماعيل. خدتوا ليه خالص خلاص. واشتغلت في سايبر قبل كده. انا عرف الاتابيز واعرف الانتر والمسطرة والبتاع اللي انت دست عليها دي. اسماعيل. شهاب شكلك نوي تيرغي. تفضل. انا بحبك اوه يا اسماعيل. ربنا يخليك. انا بحبك اكتر من امي. ربنا يخليك يا حبيبي. يلا بقى واخد الباب في ايدك. اخد الباب في ايدي? طب مقفلو اسهل. اطلع انا برا يا شهاب. ايش اسماعيل. انا عايز انك اسماعيل. افضل. على فكرة يا حازم. اللي انت بتعمله ده اسمه ابتزاز. وانا عادي جدا. عادي جدا. ممكن اعمل منكلم التليفون وافضحك قدام نهلة. يلا. جون. كلميها. وسلميلي عليها. ولا اقولك ما تبلغي البوليس. ولا اكلمهم لك انا. على فكرة. ابتزازي لي كده مش هيغير موقفك من القضايا. اعيني انا. وهي اللي كانت فكرة اهتمامك بمواطوع داريوش ده عشان انت خايف عليها. انا عرف انت بتعمل كل ده ليه. ملكش فيه. ولاش كتر كلام. عشان الهاري ده مش هيفيد بقى ايه حاجة انا قلت اللي عندي. فكري بقى كويس. طبعا مش في القول او الرفض انت اصلا ما عندكش اختيار. انت فكري كويس في الكلام اللي كان بتقولك نهلة. بالحرف الواحد. تكلميني وتحكيلي. بس ما تتبخريش علي علي. يا رب. لو اجيب داخ زوير الارض قبل ما اجيب داخي. وصلت الحاجة ولا لا. داريوش عبد الربو اللي انا عرفته من اربعين سنة. ولا سجنتوه في زمان. مش هو داريوش عبد الربو اللي انتو بتدوروا عليه دلوقت. انا هكمل. ومش هسيبي الليلة دي كلها. قيل لما لمها. انا لازم ارجع ما خلق طبيعي. وانت كمال لازم تفكر زيه. فضل تسوي ايه. لا احنا مش جايين نتفضل وانشرف. الملف تالتي ما يرجع النهار. وساقة امجل الدي بدي في السوق. ما بيربيش عدوة. طريق مال ومال الكلام ده. لا ايش يا مدام نعم. هو انت فين. انا انا تعمل اشوي. انا قدام مني فرصة حلوة اوي. وظيفة محترمة. بس عايز عوادي الزاكي ونور. الزاكي ونور دي مواصفاتي. هو كندرويش قال لي ان الفعال معاك. اه هو فعلا معايا. لو عايزها في اي وقت يعني كلميهي ونتفق. دخلت على انجل الديب. لا. لا ليه. انا بيشربش حاجة طول النهار. لا بيشرب. بيشرب كتير كمان. بس انا اكرا عند السكرترا بتاعته. الواد ده مش واحدة. ايه ده. انا انا شو بسد ان انت عملت كده. عملت. اسمها عملنا. انت شريكي على فدري. هو انا سرعت ولا طفشت باب الشقة ولا طلبت الرجع انا كوخو. عايزك يتوصليني بدرويش. هو انا المفروض اعرف مين درويش ده. يعني ايه بقى. هو ده بقى درويش عبدربو. ولا فض ده ساد الغول. ولا جوس خالتي. مالتش غلامجة تديني. نعم يا رحمك. يا عام درويش بغزر معاك. والله بغزر. بص انا ممكن اتكاشوح. لو الورق ده كله متسايف في السيرفر يا سيدي. بس برضو لازم نحتفظ بالهرد كوبي. تركزي وتعصر دماغك وتقولي لي اللي كانت بتقول لك نعلى. التفصيل المميل. انت زي بتتكلم معاي بالطريقة دي يا حزب. اخريش علي يا ريك. انت لسه هنا بتعمل ايه? انا مش ههرب تاني يا نعمة قبل ما زبت برقتي. من ان هي تهمة بالزبط? الجرائم اللي ارتكبتها ولا اللي ما ارتكبتهاش? انت اللي زيك مالوش شجوع للدنيا. ده مش قرارك انت ولا قرار اي حد. انا قررت النواجه. عشان اعرفت كل مين هو فضل الغول. وطارق من الناس بقى اللي انت ناوي اتعرفهم حقيقتك. تصارح اجابتك حكاية لعبة المستشار اللي بتلعبها دي. تكونش فاكر نفسك هتكمل بيها بقية عمرك. فوق لنفسك يا فضل. كفاية زيف. فكر في ابنك شوية. طارق مالوش دعوة بحاجة. طارق مستقبله حيتدمر بسببك. الامن الوطن يوصل له خلاص. وصل له الشيء. ايه يا فريد. وصلت النافع دي اتفضل. لا لسه. بس ابشرك. الزابط عسام بتاع عضية السكاكيني هيطير. ما يطير ولا ما يطيرش انا مالي. انا هي علاقتي بالزابط. المهم من الملف. يا امجد افهم. مع حبيبة ما انقله الزابط. بالتالي هيسيب القضية. وهيضطر هو ماشي يرجع الملف. ساعتها بقى انا حاجبه بطريقتي. ولا هيجي وراه. مش هينخور برضو. لا ما تقلقش. عسام كد بيشتغل في القضية دي باجتهاد شخص. اول ما الملف يروح بيته. هيتنقل على بيت سيادتك فورا. قبل ما الزابط التاني يجي وقعد على الكرسيه. اسمع يا فريد. انا ماليش علاقتي بالتالي. انا اهم حاجة عادي يجيني الملف. وبسرعة يا فريد. ماشي. ماشي يا باش الله السلام. هلو? طارق لازم يبعد. يبعد يعني ايه? يعني ايه تغذيه في اي حتة وتسفر بيه برة. انت اكيد مش في وعيك. بدل من انت اللي تبعد. عايز هو يسيب شغله وعرسته والفرح اللي بيجهزله ويسافر. عشان ايه? عشان تفضل انت هنا في العك اللي انت فيه ده. مفيش قبن يضحن ابنه. انا لو علي اموت عشان هو يعيش. بس مش هو ده الحال. الشر لازم يتقلع من جدوره. وإلا حيطرح شر عليه وعليك انت كمان. طلب منك تغذيق اسبوعين بس. وتسفر بيه برة. اول مخلص اللي بعمله. اسمع الكلام يا نعمة. انا في قلب النار. انا في قلب النار. عارف يعني ايه في قلب النار? عشان كده بقولك تساعديني. وبقولك هو عشان تبعدي. ابعدي. ابعدي وبعدي طارق عن النار. ايه يا ريكو. استكارت كل حاجة ولا لسه في حاجة ناسية. واضح ما لسه. طيب يا ريكو انا مش هستناك كتير. عشان ده مش في مصلحتي ولا في مصلحتي. بس يا حازم احنا محتاجين نتكلم. انا لازم اعلا اتكلم معك. لا وانا مش هتكلم تاني. في الحالة انت اللي بحنا اتكلمي. واخرك معي بكرة بالليل. بعد بكرة الصبح انا اللي هتكلم. بس مش معيك. يا ريكو. حلو. استنى يسا ما خلصتش. عدوكم عشي كمان. اه. في برنجان. اه عايز برنجان. وهاتلي بقى مع الورع العنب الزباد واللمون. وتشيكن بكاتة. وبسطة اللي هي الاقلام دي. بالصوص الابيض والله احمر. ولو فيها الوان تاني حط. ماشي استنى بس انا مستنى مخلصتش. الحلوة هاتلي الكيك شوكولات. ماشي بقولك ايه. وصحيح البكون ده لحم خنزير. وكل اللي في الناتبخ اجمعها لكده. اخسارة. طمت اتأخر. عملت ايه؟ طلبت عكل. عملت ايه في الشغل يا بني ادم؟ اه. عرفت لك الكمبيوتر اللي بيحط عليه ملفات الحسابات. اه. وتعرفت على واحد كده شكله بإذن الله بقوشه حلوة علينا. بس اوه محتاج كم يوم كده يفك معي ويجيبه ويدي معي في الكلام. ده لسه حصلنا كم يوم؟ طبعا. تهمك ايه؟ انت عمال تاكل فأتة بحلول او خلاص. تهمك حاجة؟ يوريا انا بقدرويش مانا طلع ايني طول النهار. انا عارضك تصحصح وتنجز معي في الحوار في حسن انا خلاص. خلاص وكتبت لها. خلقي بدأ يدي. ماشي. خلقي بدأ يدي. حاضر حاضر. طبع انت رايح فيه مش هتتغدى معي. حاضر حاضر. هلوك الاوة بير ديتحبه غيره؟ لا مشكل اوة متشغلش معنا كنت. هلو ها بحاجة بيه هلا ده بترد على طول ده التليفون مالحيش هريني يعني سبحان الله كنت في بالي دلوقتي والله أخبار رمز بيه بيسلم عليك وعايز يسمع منك أخبار حلوة لا أقول له تطمن خلاص اللحم استوت على الآخر وعايزك تجيلي بقى عشان إيه نتفق حنا أكل هزاي ياريت قل لي فين وأنا نزلك دلوقتي لا ما ينفعش بس أنت حتقابلني هتجيلي هتجيلي بكرة لأن أنا عزمك في حفلة مهمة جدا حفلة عاملها بزارة الاستثمار ربنا يطول في حياتها وكتر حفلتها زار الجماعة دول ما شالولش اسمي من قائمة الناس المهمة المهمة قوي قصدي نجوم المجتمع لك خيم دي لك خيم يعني لسه حطي دي اسم مهمين انت عارف ها هتيجي ولا ايه بس حطك يعني أنا ماليش في مسألة الحفلات دي يعني ساعتك شايف يعني يعني المكان ده مناسب ان احنا نتكلموا فيه ماشي ماشي يا باشي نتقابله بكرة ان شاء الله ماشي أموما أنا معي دعوة شوف أبعاد هلك فين وعلي الحالات أنا عايزك تيجي معي لما معرفش عقد لوحد ان شاء الله عالسلام ماشي أموما ماشي أموما خالو ايه يا حالزي انا فكرت في اللي انت طلبته مني انا مطلبتش انا قمرت ماشي يا سيدي وانا تحت قمرت تحب بقى حضرتك نتقابل امتى خيرو بالراجل حيلي كمان ساعه اوكي ايا نينو خلاص تفتح روح اللي ايه انا الشغل كثير اوي في المكتب لازم اخلصه باتريه بعد اذنك ده مجد حرامة صار حرام يعني كفازن كفازن طب ما تشوفها عايزة ايه؟ هتكون عايزة ايه يعني يا نونة ما تنزل تشتير الرفايع والتخاين ومعرفش ايه فاضية هي خلصت الفستان ولا لسه؟ الفستان ايه يا نونة اللي جبته هي لسه استقرت اصلا على الموديل دي ضايعة ضايعة طب بقولك ايه؟ وهي ممكن تجيبه من دبي وانت كمان تجيب بدلتك من هناك دبي ايه بس الدلقت يا نونة احنا من سبق الزمن لو كنا هنعمل كده كنا عملنا كده من باتري وبعدين يعني عايزة تقولي ان في حد هيفضلنه نفسه مخصوص دولاتي نفسي يزون بربني؟ هو انا شوية ولا ايه؟ انا اعرف بيوت ازياء هناك كتير قوي وبعدين كده ولا كده انا مسافر الاسبوع ده مسافر فين يعني يا نونة؟ هتسيبيني ازاي دولاتي؟ مين قالك ان انا عسيبك؟ انت تيجي معي انت وصار تشوفوا كل اللي انتوا عايزينه وترجعوا على طول انت انت بتكلمي بيد وقلي الفرح خلاص مش فاضل عليه كتير ممكن ضروري يعني يسافر انت يا حبيبتي وانا احاول عيش من غيرك كم يوم دول بس انا محتاجاك معي في السفرية دي ايه الموضوع بالزبط؟ طريق اه اصلا عندي مشاكل كتير قوي في الشغل وما كنتش عايز ازعجك بيها من زمان انت عارف ان كل الناس دلوقتي بتحب البرانز وطريقة شغلي مش نافعاهم فانا اعرف حد في دبي هروح اخد كم توكيل ينفعوني في شغلي ايه يا نونة بس انا مش بقى فهم في شغلك وليه نفع تسيب الشركة دلوقتي طريق انا انا كبرت مش هقدر اسفر لوحدي لو كان ينفع ما كنتش هزعجك وعلى كل حل خلاص هبقى تصرف انا لا لا حبيبتي مش عايز ايه بتوز يعني اجل اي حاجة عرشانك طبعا ورجل اعى رجلك في اي حتة هتروحك بس بلاس صرف المصحف مبهزة بلاس صرف ما كنتش هتخيل انه هيجي يوم اخوهم في صاحبة عمري ليه انت التخصص خانم زمله بس ما بصريش كده يا ماما اخلاصي اوين اللي عندك عرفتي ايه عن نهلة ودرويش اللي عرفته انه نهلة من اول يوم ولحد دلوقتي مكانتش طريقة درويش هو كل اللي شغلو يدور مين اللي بيطردو وورطو وهي كل اللي شغله تعرف مين اللي وارعهم احاول지만 تغطيال وطدا مصرهم ايه مهيش درويش اكتشف ان اللي بيطردو طرفين مش طرف واحد واحد منهم منفود انه business man والتاني ما عرفوش ما عرفوش ما تبصريش كده انا اللي أهلة قالتوا لي قلتهsama ايوى يعني ايه هو عارف ما قالهاش ولا قالها وهي ما قلتلك إيش ما عرفش طيب قالتلك إيه بقى على الدب قالتلي إن كان عليه فايل مهم في بحث عام دكتور في كلية علوم اسمه زين السعدي والبحث ده غالبا هو السبب ورا ما حاولت اغتيال والدتها وحاولت تدور على الدكتور ده بس ما عرفتش توصل وخدت نسخ من الفايل؟ كان نفسها تعمل كده بس درويش مرديش واكتشفت بالوقت إنه باع نسخة للبيزنسمان وباع التربلت للطرف التالي اللي أنا معرفوش باع الفايل لبيزنسمان؟ هي قالتلي كده وهي منهارة عشان اكتشفت خانة الراجل اللي كانت مقتنعة من الأول ببرقته أكيد أنت يعني لاحظت أنها في الفترة الأخيرة نفسيتها زي الزفد أيوة يعني مين هو البيزنسمان ده؟ ما عرفش أنا معرفش وأكيد يعني واحد واطي زي درويش مش هيعرف حد هو بيعمل إيه مع مين بس اللي أنا فهمته بقى في الفترة الأخيرة دي إنه الطرف التاني ده هو أنت بغفري زكائك لنفسك عشان منت تعبيش وطبعا مش محتاجة أوصي دي لو نهلة عرفت حرف ما اللي ضار بيننا موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة انا مريت بتجربة صعبة قوي كنتش حب ان اي حد فدني اي مر بيها ما بالك بقى لو الحد ده كان ابني او بنتي الحياة ما بين امي وابويه كانت صعبة قوي ها بس انا بالغير معارضة يعدل ان انا كنت فيها من انتو خدتوا بعض عن قصة حب ومين اللي قالك ان امي وابويه ما كانوش بيحبوا بعض بالعكس كانوا بيحبوا بعض جدا بس لما تجيه وقت المسئولية مقدروش يشيلوها مع بعض كل واحد فيهم كان شغل بحياته ونجاحاته وطموحاته وعمرهم ما فكرو فيه وعمرهم ما حاولوا يتجاوزوا مشاكلهم عشان خطري انا كنت شهور كتير جدا بعيش من غير ام وشهور تانية بعيش من غير ام واوقات كتير قوي كنت بعيش الواحدي واللي يضحك في الموضوع ان اسمهم متجاوزين ده انا يظهر بقى ان انا مدرسش عالجرحة بس ده انا دلقت عليه سبيرته علش يا استاذي علش بس انا مش عايزك تفكري بقى بالشكل ده بعد ايذلك يعني انا اتشرف لو اعتبرتيني فهم والدك عايز انصحك نصيحك كل ما الدنيا تديق عليكي دواري على مخرج وكل ما تقابلي ناس زبالة حاولي تدواري على ناس كويس مش غريبا انت اللي تنصح لي النصيحة دي برغم كل اللي مرت بي وانا بنصحك بي حاجة ما بعملهاش بعملها وانا ما كنتش قابلتي مس نظيفة زيك خلوني وقف على رجليا لحد دلوقتي موسيقى 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 يا الاخبار زي الفول الفضل يا سيد دي صورة من الفيش بتاع دسوي لاص وعليها سورته قارن بقى سورتين ببعض اه تمام تمام، طيب، دلوقتي درويش بقى أصدق فضل آه، طيب فضل ودسوئي مفبقينها مع بعض بس فضل كان لها لوحده وقاتل دسوئي زي ما هو مكتوب في ملف القضية طب قام جادد ديب بقى، ايه؟ ايه دوره في الليلة دي؟ الليلة دي ما كانش فيها تالي لا طبعاً يا أهم كان فيها فضل قال في التحقيقات إن الشخص التالي كان اسمه زهري الملاح هو اللي قاتل دسوئي وخادر فلوس وهرب، صح؟ وحسب التحقيقات بتاعتنا احنا مستدلناش على أي حاجة تقول مين هو الشخص دوت ولا اسمه ولا أي معلمات عنه وقلنا ساعتها إن فضل ممكن يكون بيهزي بس عشان يطلع نفسه من الحوار ده احنا بقى ليه مستبعدين إن أم جادد ديب يكون هو نفسه زهري الملاح تاني، تاني يا أشرف تاني هاتبني على المجهول فيها يا أشرف احنا تهارين احتمالات واستندجات من بتوع يا ابني ركز معايا بقى شوية الوقت اللي احنا كنا مندور فيه على درويش اللي هو فضل كان أم جاد ديب برضو بيدور عليه ومكناش عافين نفسر ده بايه أهو دلوقتي التفسير باني أم جاد كان عنده معلمات ما كانتش عندنا وهو إن الشخص اللي احنا بندور عليه هو فضل مش درويش تهمت حاجة؟ أم جاد ديب قالتلك أم جاد ديب لا يا ما قالتش بس مفيش بيزنس من تاني يا وممكن يكون متورد في الموضوع ده أيوة بس أم جاد ديب ويتامن مع صفقة زي ديب عادي زي ما أمن نفسه عشان يجي بقى للتاب أمن نفسه برضو قبل ما بقى له الفايل وكده قبض التمن الدول مني ومنه أيوة بس أم جاد برضو عايزة قبل الدرويش مش ده اللي كنت بتفكر فيه قبل كده إحنا ما نعرفش هو بقى له الفايل أنت وممكن يكون قرر إنه يقتله بعد ما بقى له الفايل وممكن يكون أم جاد هو الشخص اللي أسعد بيه اللي يدرعنا بيه أيوة بس إيه؟ اللي يخلي حد في تقول أم جاد ديب يخش عملية فيها بخاطرة زي ديه رجالته وقف قدام رجالتنا بالسلاح عشان يوصلوا الدرويش قبلنا وبعديها مرضيش يتعاون معها عايزني بعد تكله ما فكرش إنه يكون هو ده الرجل اللي على العين عايش حاجة من الواحد؟ أنت اتنقلت اترأيت لا شكلك ما ترأيش يمكن تكون متجازي؟ لا لا ومتجازي بقى عارف يبقى ناقل تعسفي لا لا وحياة أمك الغالية أهد الدنيا عصام ما تتعبش نفسك يا سادة اللوى القرار اتمضى خلاص ولازم ألم حاكتي وأسافر الفجر يا ابني استنى بس علشان نفهم الموضوع من الأول إيه؟ تفهم إيه؟ واضحة زي الشمس ده اسمه إبعاد فيه حد بيحاول يبعدنا عن القضية لا أو كده مش مش ممكن اسمع أنا عندي واحد صاحبي اسمه أحمد باشا خليل ماسك مباحث المواصلات كلها عارف أنا هكلمه لك علشان يصرف الأمر عارف؟ يا خلاص بقى يا خالي أبوس إيدك سيب التليفون وخلينا نفكر نعمل إيه في المشكلة بتاعتي لا هو هو المشكلة هي مشكلة فعلا أنت مش ممكن تمتنع وفي نفس الوقت مش ممكن تبعد عن القضية تولع القضية المشكلة دلوقتي في العهدة اللي لازم أسلمها أعمل فيها إيه؟ الملف يا سيادة اللي هو أنا كده رحت في داهية قفلت كويس؟ بنا ما جبت قفيل يعني يعني يا ربنا فتعفو الشينا كلنا يا ابني فيه إيه؟ بقولك قفلت المكاتب كويس؟ أقول المكاتب قفلتها كويسة وأحنا في بانك قفلتها كويس في المكاتب كويسة وتمام ونامت دلوقتي أبس كنت هخش أشاط في النور أوعى أكون سبت كبات في المكاتب التفل في الكبات بيعفن يا ما تلاش أسابت عفن في المطبخ لماذا أعطي بيع؟ إن لم يكن مكاتب المكاتب من الجميع ويشاعر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة موسيقى اشتركوا في القناة 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 اه صح صح انا اريدك صح تب السؤال من غير مؤخذة عن ايه لما سعدتك اريدني صحة بالشكل ده طلبت تتقابلني ديه اه الملل اه الملل وحش واصل البلد دي بقت سيرك سيرك كبير قوي عشان كده الواحد برضو ايه رايك يعني مش غالبت ان الواحد ينزل في السيرك يعني يرفع عن نفسه ويعمل نمرة زي الاخرين سيرك سعبت الباشا اه كنت فين كل ده انا لسه راجع من اسكندريا دلوقتي يا باشا زيت الماكس المسحتها حتة حتة وصلت الحاجة سألت عليها للمنطقة محاديش يعرف عنه حاجة يعني رجعت زي ما روحت لا يا باشا ما انا جالك في الكلام اهو انا فتشت بيته وحسيت كده ان فيه اثر لحد كان قاعد فيه فطلقت على بيت نابوي النابوي ده ابو شهاب الاتنين اللي انتو حققتوا معهم وبلي كده تمام ساعدتك مع عشان كده اول ما شافت النابوي طلع كل اللي في قلبه من نفسه وعرفت منه ان درويش نزل منطقة قريب وكان بيدور على شهاب منطقة ايه اللي ظهر فيها دي هو ايه شبح الناس لك ايه نايم على ودنة ده اللي حصل يا رايس وعرفت كمان ان الوقت شهاب صرف الاجهزة اللي في السايبر بتعدرويش شكله كده تمع في رشاهم فبحة وخلع مم بتاليسة اخضر واي بتاليسة اخضر حبيبي درويش دلوقتي يطلع في الروح طلما ظهر في الماكس ديبقى فلس فلس ماديا ومعنى ويا درويش بيجعل منطقة للمفروض خطر عليها وملطوط فيها كمان وغالبا بعت الوهد اللي اسمه شهاب ده يبيع الاجهزة عشان يفك زينيته وارد برضو مش وارد هو ده اللي حصل وغريبا اللي اسمه شهاب ده هربان معاه اسمه هوي درويش دلوقتي بيدور في دواير مقفولة عليه وكل ما بتزود عليه الخناق كل ما بيدوخ وبيتطوح ودي فرصتنا بقى يا حبيبي ان احنا منقطو اول ما يعلم لا معلش يا بشر واحدة واحدة فاهمني اصدق ايه؟ مهر دهش وخليفة يا بودانيا درويش اكيد حتخبط على بابهم من تاني انا عايز المراقبة تبقى على بيتهم من صحصاح 24 ساعة واكيد حنوصلهم وامر ساعتك طيب ساعتك يا قالي ليه جبتيني هنا بصة اقولك حاجة اتعود لما تخش معركة انك تدرس ارض المعركة كويس وانا قلتلك انك داخل في معركة فين؟ على الارض بتاعت لك عين دي لك عين يعني حضرتك دلوقتي واقف فوق الكريمة شخصية يعني افهم كده ساعتك عاوز تدوق هالي قبل ما لبسها في وش اللي عليه العين مش كده؟ صح افرجك على مشاهد مختلفة في السرك ملق احناك ده اسمه ناصر عبد الحميد مصر عبد الحميد ده مصنع صغير كده في سيناء لكن بعد شوية حيتم احتكار الاسمنت على بركة الله الملقح جنبه ولازق فيه مين ده؟ للسيد وزير الصناعة شخصية ايوه وزير الصناعة شخصية واللي جنبه دي بقى وزد صحة؟ لا اه لا اه دي فنانة بس متحركة على واحدة ونص هو غاوي الفنانات المتعركات واضح انها يعني واضح انها موهوبة وصرفة ومكلفة نفسها وفي قول اخر يقول الشباب انها مزة او ساروخ مش بقولك سيرك اما القعد هناك ده هو ده اكبر تاجر اثار في مصر وش كده عالمي ده تاني اهي القثار والسياحة متجوزين بعض هما ده اتنين عشان كده بتعملوا بلاو كتير حواليهم بقى المجموعة الضخمة اللي هناك دي بعض اعضاء البرلمان تمام هو ده السرك اللي انا كنت عايزك تشوفه وانت فوسط الغيلان كل غول بيحمي نفسه بطريقته خصوصا انك عايز تقف قدام اقوى غول فيهم وتقوله في وشه عينك حمرة وعشان تقولها لازم تكشف القناع اللي بيداريها بيه والقناع لازق في جلده ما يطلعش إلا بالدم طارق لازم يبعد يبعد يعني ايه؟ يعني ايه تخديه في اي حتة وتسافر بيه برا عملت ايه في الشغل يا بني آدم عرفت لك الكمبيوتر اللي بيحط عليه ما لفت الحسابات انا فكرت في اللي انت طلبته مني انا مطلبتش انا امرت ما بصريش كده يا ماما اخلاصي قوي اللي عندك عرفت ايه عنها لو درويش اكيد انت يعني لحظت انها في الفترة الاخيرة نفسيتها زي الزفت عايز حاجة من الوحاق؟ انت اه اتناقلت مهد دخش وخليفة عبداليا انا عايز المراقبة تبقى على بيتهم مسحصاحة 24 ساعة واكيد حنوصلنا دي صورة من الفيش بتاع دوسوي الاص وعليها صورته قريب بقى صورتين ببعض احنا بقى ليه مستبعدين ان امجد الديب بيكون هو نفسه زهور الملاحة عايز تقف قدام اقوى غول فيهم وتقوله في وشه عينك حمرة وعشان تقولها لازم تكشف القناعة اللي بيدرها بيه warts architects المتركة 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 طاعت طاعت الرجلين أعلم سألك في جهنم جمعة من شهر بس ما تخدرش بردوان بقى وتنهب لك حتة من الجنة بس غريبة جاي وسط الناس والشك ماكشوف أنا عمري مديتك دهري وما طول عمري قدامك ولسه قدامك بس انت يظهر ان كبرك غواك زي الكلم اللي شاف نابه في المراية افتكر نفسه وحش غول حسبك كتر اهو يا نرويش والهزب يتصفى وزا كنت فاكر نفسك وحش غول اللي افتكر طير على ايدي تأديك نعمة وملست وملست على الحرير لكن ايدي يا انا تشققت تشققت من كتر الشوك اللي غرسته كتتي من خمسة وعشرين سنة ممكن على الحساب اوانه مش دلوقتي ممكن على الحساب اوانه مش دلوقتي ولد مكانه بس اوعدك حصفيف القريب العاجل وكله حيطرادك يا زويل بلايديز ام جنتللن حضرات السادة الحضور هنبدأ دلوقتي مراسم الحافظ السنوي لوزارة الاستثمار مرادك مرادك يومك يومك مرادك يا عمي ليه يا عمي تشيله رجوعه يسكت فعلا تشيله ورجوعه طيب وإحنا مان نحن يا عمي نفسي دماغنا نفسي دماغنا من أم الاستنتاجات اللي احنا عملين نحملها هتأكل دماغي يعني أنا مش عارف عمي ليه بصرف تعمل ايه؟ يا عمي هات على فكرة عادي جدا قصة بقى لها سنين طويلة مش معقول انا وانت نجي نحلها في يوم واحد ماشي يا عشر بقولك احنا نروح لأمجا يديب هنواجهه هنقوله ان احنا عارفين عنك كل حاجة كل تاريخة لسود وعارفين ان انت زهير الملاح وحاضرتك بقى معاك ما يثبت ان هو زهير الملاح وطبع معايا صورته مع درويش وانت شايف ان ده مصوّق قانوني؟ يعني انا اخفى من وشك دلوقتي وروح عشان ترتاح ولا اعمل ايه؟ تهدى كده شوية عشان تعف تفكر معايا احنا إلي خلينا ندور في الفروع ثم هنفع نروح للأصل انهى أصل فيه اهو فضل فضل سيد الغول فضل سيد الغول ده اللي احنا معرفناش نجيبه واحنا جوه القضية عايزنا نجيبه واحنا براها دلوقتي يا ابني انت هتجنيني؟ شفت قلت ايه؟ واحنا في القضية سيدها درويش هلعنده مليون مبرع عشان اهرب منها لاخن دلوقتي ما عندوش لا على اساس ان احنا اتنقلنا قسم تطريز بقى صح؟ يا ابني احنا لسه زبار وبعين انت بتكلمي زي ما كون نعم في القضة اللي جوه وهنشي معيه الغطع ونكلبشه فيه ايه يا أصرف؟ فيه ايه هنجيبه ازاي قولي؟ عادي جدا هنجيبه المفتاح القديمي فريتة فتعلى اللي حلم فوراً يعني ايه نعيب؟ اهدى يا انجاب بيه؟ الوقت المتأخر هاوي هو فيه ايه؟ فيه كارثة فيه مصيبة انبسه اللي بكون تعالي تعالي اجيلك ازاي بس؟ انا عندي الصبح بادري قبيت سيناف ارض الصلحية يعني عايز اجيلك وتروح علينا الارض والتي تستنى لما اخلصها وجيلك على طولها طيب اول ما تخلصوا معك أنا تريدي فوراً استنى هربانا تجيلي عاوزك تكلف حد من عندك يعملني حاجة مهمة قوي يا أخي معين كنت بتمنى المقابلة دي من زمان لكن ما تفهمش لما جات خطفة كده حسيت بمرارة في حلق وشوق زي ما كون زي ما كون بقى لعصبار شريت شريت بقى يسفه قدام عنايا جايب القديم الجديد من أول ما عرفت زهير لحد دي رقتي بس الحمد الله يا أخي ما تمسكت نفسك لأنا قلت أول ما هتشوفه هتجيبه سبعات في ثمانيات ايه يا ألا شاب عملت ايه؟ أخبار الجبهة عندك ايه؟ النهاردة في قصف جبهة كبير أنا جبتلك مصارين أم جديد ديب كلها على فلاشات مصارين يا ألا؟ حسابات حسابات المجموعة كلها واحد وثلاثين جيجا كل فايل ينطح فايل حلاوة يا حلاوة يا رواحد كده ديو حق بقى اللي يفتخر بيك يا شاب بجد عم درويش؟ أنا هتجيب لي حاجة حلوة معاك؟ آه هجيبلك حاجة حلوة هجيبلك بسكيلتة يلا روح نام انت ما تنساش الفلاشة هطارك كوموديين لو جنب السليل بتاعي أنا ميش زي بس عم درويش اتنا بايت مجرم أنا خاف او لأ حد شام خبر بلا أنا عملته ورفعوا البصمات حينفخونا لا ما تخافش هم ما بيرفعوش لبصمات التمنقدمين بس ها 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 اه هالله تسبح علي خير سلام الله يسلمكوا عوقان عندكوا جميعا ما بولي تقبل منك يا خالتي خالتك ايه هي اللي تتشك في بطنك هو انا يا اختي كنت شد الرحال ودفع الشيء الفلاني عشان تيجي انتي وتقوليلي يا خالتي انا دلوقتي بيت حجة او بالمفزولة انا حجة تسلملي وتعيش يا بو شايماء بقولك يا اخويا بعدي علي بعد العصر خدلك سبحة براحة يا اخويا على الميت زمزق ده انا متخنق عليها في المطار والنبي يا اختي دول مقلبين مني جركن قد كده في المطار اليها يتحمهم مطرعهم معدين يا اختي ده انت وشك منور الله مصلى على النبي عليها افضل الصلاة والسلام انتي بتقولي فيها يا حبابتي ده لمن ساعة ما رحت حجت وانا رجعت وحاسة نفسي خفيفة كده زي ما كنت رحت راملت الحموم لك ورجعت انت عفاس مرات خليفة ابدونيا ايه ده هو انا تقلت فجأة ولا ايه دي دخلت بوليس وانا حفظها النقاط التالي معاني ليه يا اخويا يا لهوي لا يكون المقوس خليفة عمل حاجة في غيابي يا اخويا استنى علي يا شبايا ده لسه رجع من حالك ها استاذ راجب فيش اي مشارك كده سواني بس يا جماعة سواني وهكون معاكم هاصلي شاكك في حاجة كده اه شاكك ايه مش عايزين شك هكتنين بو اخزة يعني انا عايزين الزبد نعم الزبد بقى يعني استاذ راجب ده دماغه وتتقل بالدهب بصبر بس عليه ها دي ثقة عتز بيها باجة بيه بص ياتك واضح من المحاسبين بتوقع مجد ديب دول شطار قوي مستفين الشغل على الاخر وبحرفانة كمان بص يعني يعني مجل ما اخزة يعني مفيش اي كده خر ممكن ننفذ منه بالعكس ده منقطر شطارتهم مخلين الشغل الاصلي في اليمين والشغل اللي ملقوف فيه في الشمال بص بقى الفولدر ده اه هو ده باشا الفولدر اللي هتلاقي فيه الزبد اللي انت عايزها بس يا عبي فولدر واحد بس يا اخويا مش بالكاترة ده انت برقم واحد ممكن تودي الراجل ده في شتين دقية وانت معاد فولدر فولدر احمد ربنا ازاي بقى الحمد لله ورب اللهم لك الحمد ولك شكروا لين ولين شكرتم لعايزي دانكم طبعا بس احنا برضو عايزين من في المواخز يعني الخلاصة لا بالراح عليها شوية الموضوع ده محتاج دراسة وبتركيز علشان نلاقي له ماسكة باشا انا محتاج اقارن اليمين بالشمال وده محتاج منش وقت وقت لا وقت جيبة مخير ماخز يعني جانا الحاجة الوحيدة اللي مقدرش املكه هي الوقت ايش يا أستاذي لاغب تعالي على نفسك شوية كده واستحب الرزلت يعني حاضر انا هحاول هحاول والله هحاول وانشاء الله خير انشاء الله هارف انت مع ما عملت في حياتك والله العظيمة أستاذي لاغب تعرفش انت الخيل اللي هتعمله لو خلصتنا الموضوع ده بسرعة يعني ربنا هيجزيك اخر جزيك والله الحمد لله الحمد لله الحمد لله مبارك الله وفيك الحمد لله انا عليك أصيل انا هحاول والله أصيل يا أستاذة والله يخليك والله يخليك فن الليموزين اللي خرجت بفضل مبارح من الحفلة كانت متأجرة باسمه مستشار اسمه طاهر حماد الأعصر تعرفه المستشار ده؟ لا عرفه ولا هعرفه لان ببساطة مفيش في سجل قضاء كله مستشار بالاسم ده لا حاليا ولا سابقا يا حديد الفضل هو اللي عنا اللعبة دي؟ ليه لأ انت مفهمني انه شخص مش ساكن ممكن يكون زور الاسم وانتح للشخصية دي؟ بس ازاي يدخل حفلة فيها أكبر رؤوس في البلد والحفلة محدش بيدخلها إلا بدعوة من الوزارة نفسية اسمع فريد في حد بيحفر ورايها ولازم أعرفه يا أمجد انت أعدائك في السوق مش قليلين لو فكرنا بالطريقة دي يبقى نص اللي كانوا في الحفلة محل شك بس كان فضل بتحرك بسهولة كده وبالصفة دي يبقى أكيد ورا خيط هيوصلنا ليه؟ خيط الليموزين مثل ما تخافش طبعا أنا وراه بس الرياض ما نوصل لحاجة عازك تخلي بالك تخلي بالك كويس قوي لأنه بيدور عليك زي ما انت بتدور عليه مش عايز تقولي برضو إيه اللي بينك وبينه فلاش أسئلة كثير يا فريد؟ أنا مش بسأل عشان أشبع فضولي أنا بسأل عشان أعرف أساعدك إزاي؟ لو في أي معلومة قديمة تفيدك ساعتها بقولها لك ماشي جوزك فاني داه يا دلوقتي عفاف والله العظيمة أسحاب تلبيه ما أعرف و أنا يعني لو أعرف هخبي ليه؟ وبعدين ساعتك خليفة دا يعني ما يتبكيش عليه وبعدين أنا لسه رجع من الحج حك دب ليه يعني؟ حج يا عفاف العمرة خدتيها حج يا بام كده؟ يا صحيحة ساعدت الباشا عمرة بس أنا كات نياتي حلك وقلنا ما لأعمله بالنياتة يا باشا تمام طالع بجوازه بتأشير مضروبين كمان مطر يا باشا وطالما مضروبين قبل العمرة يبقى الزمان هم بتغسلوا مع الزنوب اللي قبلوه ماشا عفاف كملي بقى غسيل زنوبك وقصري هتوصليني الخليفة إزاي؟ يا باشا هو أنا الحقيقة أحط رجلي في البيت يا باشا دول الجماعة المخبرين زمال حضرتك جوم خدوني قبل ما عدتب عتبة البيت وبعدين ما الهدت نمرت المحمول لحضرتك أعمل إيه تهاني؟ ما المحمول نمرته ده مقفول على طول يا عفاف ما هو ساعتك تلقيم استخسر شوية الكهرباء اللي هيشحن بيهم المحمول أصلي بعيدة عندك كده خليفة ده إيحى ومعفن مش مش عفاف خليني معاك لي لأخر أعملت جوزك بدرويش عبد الربو الإرهاب أباشا؟ الله ينور عليك أيوة كتل صاحبه وحبيبه أباشا وروح تردت له أول ما شاف أهو ده كنال كميلي كميلي إيش جيري؟ بصها أباشا هيكت بخيبة أنا ما شفتش درويش ده غير مرة واحدة بس كان جاي الخليفة عشان يضرب له كارني دكتور عشان يدخل به مستشفى وبعدين لما لقاني مزنجرة وقفلة على عيدة المغفى راح مزغل العناية بفلوس العمرة يا رب سامحني يا رب أنا مش بافتن أنا بقول الحق طبعا الفلوس دي اللي تحولت البسطة لخليفة إسم الله على مقامك يا باشا والكارني ده اللي بضربه هو الكارني اللي دخل بالمستشفى لما الوزيرة كانت هناك لا باشا أنا لحد كده ومعرفش أي حاجة لا عرف المستشفى فيها إيه ولا خليفة عمل إيه مع درويش أنا خدت حضرتك الفلوس وترد تمام باشا باشا ساعدتك يا باشا يعني أنا ممكن أروح باشا يعني لا لا تمشي تروحي فين عفاف ده كلام برضه إحنا ملاستغلاش عنك تي هتنورين هنا في قسم الأمانات شوية لحد جوزك ما يفكر كده يفتح الموبايل ولا يشحنه ويسأل عليكي ها؟ أه يا نعمة أنا فضل يا ست ما تهديش النمر على عفا بنشيل خير وراك إيه المراضي بلاش اللسان ده يا نعمة أنا بتكلم بتطمن عملت إيه مع طارق أقنعت وبالعافية إننا نسافر دبي هنسافر الليلة حس بقلق كده ولا كده؟ لو قصلك على موضوعك اتطمن ما حسش بحاجة لكن القلق موجود طبعا السفرية دي هتبوزنه معاد فرح مفيش حاجة هتبوز بإذن الله أنا وعدتك إن الموضوع مش هيطول بس إنتي بس لو سبعت يدي وتكمل جميلك معايا وتقفي معايا للآخرة خلي بالك على طارق يا نعمة خلي بالك على طارق ماشي مع السلامة مع السلامة ارديك يا سادت المستشار؟ ارديك؟ بتاع النندري ياخدوا السلبات بتاعتي يغسلوها ما رجعش لحد دلوقتي؟ أنا سلباتي لو ما رجعتش عامل مشكلة كبيرة وإنت برضو نازم شد عليهم على فكرة يا أنا يا أنا بطل هذي يا أنا قول لي حد حس بعمليتك في الشركة النهاردة؟ ما عرفش أنا عدتت لك طول النهارة عشان أفضل بعيد ما تعرفش عن إيه؟ ما روحتش؟ لا روحت بس أنا استيزنتي من المعلم بتاعي قلتوا ما عاشي معلم أنا هنزل السوبر الماركي كده جيب بقى إيه؟ أكمل ما هو إسلبه فيه؟ قال له روح يا شاب حبيبي عادت بقى أنا ضايع وقت على قد مقدر انت حمار يا هلا؟ انت حمار هلا؟ انت ممكن كده تترفل؟ ما يرفضوني مش عشان ما يتبد عليها يا عمدرويش ده بقى اللي حيشككهم فيك ولو شكوا حيشانيروك شانيرا؟ شانيرا؟ لا يا بنسبت اسبت أعمل معروف ما توضيناش في لها يا حبيبي ماشي عمدرويش حاسب بس قلنا بيشوف الموضوع السلبات ده عشان يتأخروا عليها وانا قلاني عليهم قوي أنا موصيهم 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 مروشوها كويس من عند الحجر يمروشوا إيه وسلبات إيه؟ يمروش من الحجر إيه إيه؟ السلبات بتاع تدين مفرودي يولقوا فيها بجاز روح روح مشي هلا؟ يا ريتني ما جبتوا معايا يا ريتني ما جبتوا معايا سلبات بالغيلة وتتقرش وتتقمش شكراً تسلمينة عاليش يا مدام نهلة لأن احنا أخرناك النهاردة في المكتب بس كنا عايزين دردش معاك شوية لا أبدا مفيش حاجة خالص بس هي الدردشة بخصوص إيه بالزبط؟ احنا جاينا نتكلم مع حضرتك بشكل قدي ما عرفش لو كان بلغ حضرتك ولا أه احنا خلاص بناش مرسكين قضية سيادة الوزيرة أهما هو طبيعي يعني هو ينفع بعد الفضيح اللي حصل الدين انتو لسه تبقوا مكملين؟ هو أنا كنت عايزة أسأل حياتك سؤال هو الاعلان عن الأبدع متهم بحين إنه هو هربان مش ده يعتبر برضو تضليل للرأي العام ولا إيه حضرت الزبط؟ واللي حضرتك بتقولي ده مش يعتبر إنه كفرحانة فينا ولا إيه؟ هو حضرتك كان رزق احنا كنا بناخده على الأمل إنه هو يصيب معنا وكنا بنتمنى إنه نمسك كل الأطراف اللي متورطة في القضية بس الواضح للأسف إنها خابت منكم آه آه طبعا خابت وخربت على دماغنا كلنا لإنه واضح برضو إن حضرتك من وإنت صغيرة بتحبي الأفلام الهندي طربي من بوليس وطيجري ومن حاجات دي لو كنتي تحوي إنت معنا من الأول ما كانش كله كان لحصنا ما علينا يا كريم ما علينا ما علينا طبعا هم لإيه؟ إحنا نسدنا من اللي فات يا ريت إحنا جاي لحضرتك عشان نفهم إحنا قبل ما نسيب القضية كنا مسكنا خيوط ومعلومات كتير قوي بس الأسف كلها ما كانش لها علاقة ببعض فإحنا جاي لحضرتك عشان نربطها وننظمها مع بعض واحدة واحدة وأنا حياتك مش عارفة بالزبط وأنتم مكملين ليه بعد ما سيبتوا القضية بس يعني كل اللي أقدر أقوله لكم ربنا يوثقكم تمام مده من أهلا إحنا جاي لحضرتك عشان عاوزين نقابل درويش وعرفي إن انت ديكي سكة معي وممكن توصلينه بيه طيب ماشي لو افترضنا إن ده صح إنت عايزين يبلغ عنه يعني؟ لع طبعا إحنا بس محتاجين من حضرتك تعادينا معي نتكلم ونسمعه هو شخصيا طيب ولو افترضنا إن أنا اللي هي طريقة أعرف أوصلكم بيها لدرويش إنت متخيل حياتك إن هو هيرد يقعد معكم وحياتك مش شايف إن ده الطلب خيالي شوية بس حضرتك مش هتوريه إن إحنا عاوزين نقعد مع درويش عبد الرب حضرتك هتبلغين إحنا محتاجين نقعد مع فضل سيد الرب ميسيو أسا أرجو إن اتصالي المراضي بقى يكون في وقت مناسب الوضع عندي هلأ هادي وبيحتمل كل الكلام باستثناء اللي راح ما بدي أسمع عنه شي فإذا عندك شي خبرية جديدة قولها ميش يا سيدي خد عندك بقى الخبرية الجديدة المعلومة اللي أقولها لك دي فورتري الفقلة اللي أنت بتدور عليه مع أمجل الديب والمفروض إني أعرف مين هو السيبرمان اللي اسمه أمجل الديب لا ده بيزنس مان كبير بتاعيكم كبير في السوق وصغله كله بيبقى مداري يعني طيب وشو طبيعة أعماله الكبير اللي عمتوا عنه كل حاجة بتندارك تحت اسم كلمة بيزنس أنا معملتش عنه تحريات كتير بس المعلومة دي هي الكدوب بتاعتي لكن أكتر من كده بقى هيبقى يعتبر بيزنس ومحتاج اتفاق جديد يا حاجم يا حاجم شو فايدة الاتفاقات إذا بتنخرق على كل إن أنت ما تتصرف بشي حتى أعطيك الأوردر طيب وبالنسبة لفلوسي اللي أنت حبسها عندك وشو تفرج عندها وخلي بالك أنا ديل بتاعي التاب برا كده ده بيزنس تانيخ خلص لا تطمن عن جد تطمن وكلنا حنكون راضين بالآخر بيزنس تانيخ خلص على موسيقى 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 يا أستاذا لا لا يا نصاحي تفضلي أنا سمعك يطلقوا مين الجماعة دول الزباط؟ ولا شاب فاكر الزباط بتوع أمن الدولة اللي كان بيحققه معك يلا أخر بيتك يلا أخر بيتك شاب مية أنا شاب مية اشرب مية امسك ولا ناس مصايب اشرب لا سمعك أما دروش حرام عليك حرام علي إيه؟ وأنا جيت يا بيتك حد تجيب سيرة برضو زيديك على الأكل طب سبني حتى نعرف نبلع اللقم توقف تبلحة؟ أنت طوله نيل تحشي زال حمار المهم فاكر الزباط دول ولا لا أه؟ دي حاجة تتنسع ما دروش مه؟ ده هم ما تنسوش على فاكر الزباط اللي كان بيحقق معي مه؟ كان اسمه الزباط أشرف بس ايه كان حنايم كده وراسي عوي اسمه الزبط دكتورة كان يسعب مني المعلومة بالراحة زي نفس السجارة كده لما يخرج بعد أكل السنين هشعر هشعر حبيب هشعر تاني كان اسمه الزبط الكريم ده اللي ما يتنسيش خالص بقى أجبك الله لما زربينه تطلع ما عافش الأموها بس الحمد لله كان بحقق مع نبو مه بس بصراحة عم ياريس من اخت كده أنا قلولها الخوف اللي كنت فيه أقولك إن الناس دي مننا وعلينا اه صح يعني أمن الدولة ايه أنا؟ اشق بقى اشق 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 يعني ساعتك شاف كده باشا طيب على بركة الله ساعتك مع السلامة ايوه استاذة بلاغي البشوات ان فضل الغول هيقابلهم الساعة ستة لا ستة الفجر كل ما يكون بادري كل ما يكون احسن التأجيل ملوش لزوم والانتظار مود بالبطيل الخطر حيفضل موجود تون ما الدنيا مشيا ده حال الدنيا من ابد الابدين بس الظلمة مهما طولت حتما وراها نور والبرد بعده دفا لا فيش حاجة بتفضل على حالها حتى العدو مهمزات في عدوته ممكن يجي يوم ويبقى صديق شرفتو ازاي طب مش قابل ازاي بغير ما اغزعني نتعرفوا على بعض لا احنا عن نفسنا عاركينا كويس قوي احنا مين دي مصر كلها عارفاك ربنا خليك باشا كريم باشا مش كده مش معنا لا بغيرش معنا يا ابو الفكاكة يعني كده بس حتى بقى اشرب باشا رياسي لا انت تعرفنا كويس بقى على قدي والله يا باشا على قدي طبعا انتو عرفتو انو اسمه فضل الغول من ملاف العضية اللي سرقتو من بيتي افندية مش كده اه باشا بس احنا والله كنا بس لفنيتة يعني ان احنا عايزين نعرف ونفهم كل حاجة انا اخر حاجة انا توقع يا باشا ان انتو تبقى متعاون معامل اقول انا الحقيقة كنت في الاول عاوز اجيبه زيكو كده بالظبط لما شفت صورته في التلفزيون يوم حادثة اغتيال الوزير عرفته على طول شكله صحيح كان متغير عن ايام ما هرب مني كنتش مصدق ان الدنيا بتديني فرصة تانية علشان انظف البقعة الوحيدة في تاريخي وكنت متأكد ان هعرف استغل الفرصة دي واوصله قبل اي حد تاني لانه كل الناس كانت بتدور على درويش عبدالربه لكن انا انا الوحيد اللي كنت بتدور على فضل سيد الغول من ملف قضيته القديم عرفت المكان اللي ممكن يلجأ له لما يتسرق فمدلع السلامة انت متخيل يا سادت اللي هو المجهود اللي كنت اتوفره علينا وعد دخلها كلها لو كنت قلتنا على مكانه اول ما عرفت طيب انا من غير مؤخذ يعني من انا قدامك هو كريم باشي ما قبطتوش علي اليه من غير مؤخذ يعني انا عرف انكو سبتوا القضية بس انتو لسه برضو يعني معلقين كالتفات مير يعني يعني صيدة زي حالاتي حتى اقلها وتعليكم ايوة بس احنا كان عندنا عاوزين تفهموا انا كنت في يوم من الايام ضابط زيكم بالضبط عشان كده عارف انتو بتفكروا زي على فكرة يعني اللي انا عايز اقولهلكم اعظم لحظة في حيات الضابط انو افهم القضية اللي في قديه مش انو اقفلها عشان كده يا حضرات انا حاولت ان انا افهم القضية اللي فيه زهير ده كتبة كتبة انت اختار عده بخيالك ان انا حنصدق ولا حضر عمك من العده مدروش يا شوق بير يا شوق بير حمني حرام عليك زهير مش وقت زهير اهو زهير اهو زهير اهو اهو زهير اهو ده شوي تحت درعزي ويري اليمين وانا اهو كتفي جنب كتفه يا ريتو يا ريتو كان انقاطع قبل ما ينسوا وانا انت كنت تفهم ايه كنت تفهم ان انا حجلك لوحدي يا دانويس اهو معك مباين معك مباين اخلع ايوه معايا هاتوا هاتوا برينا اسمع امسك انا سجلت لك ممرتي يلا يا حبيبي بقى الدرع في حتة جوه يلا مدعبش التنحلي انت حتنحلي يلا 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 مفيش وقت بس يا تلوة انت كويس ما تفهمش يا اخي انا تمام المهم يلا 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 ايهوه قبل ما يهرب هو فين اكيد يا اخي طلع السطوح اطلع يا بدي السطوح بسرعة ساعتها ما كنتش فاهم بيعمل كده دي بس اللي ريحني اني حسيت انه عاوز يساعدني مع اني ما كنتش عارف ازاي حيساعدني شوي باشا فاض ايوه صعدك ايه انت لسه في السكاكيني وانا مفيش حتة تانية ده الراحة دلوقتي واناوي تعمل ايه مش عارف بس حتى ساعتك تفتكر يعني لو عرفت هقولك مش عايزته بلاش? شوي باشا صعدك عنك عملت معي كده دي كنت اه عاوزني اعبوض عليك متأكيد لأ صحتك عرفت زوهير من الصورة هو البني آدم مستحيل انه هو يعرف صورة بني آدم من صورة قديمة مر عليها يجي عشرين سنة ولي عن صحتك ممكن تكون شاكك في حد تاني مش متأكد بس انا عاوزك تحاسب الفترة الجاية حاسب من كل خطوة بتخطيها خد بالك برضو ان الموبايل اللي معاك ممكن تجيبك منه تان؟ عارف انا هتخلص منه في عارب وقت بس هلتت نفسي الاول انا عارف الفضل انك انت عاوز تخلص من من البلوة اللي انت فيها دي لكن في نفس الوقت متأكد انك انت مش حتلسى وتدور على زهير بقولك اي يا فضل اذا عرفت اي حاجة عنه ابقى بلغني على طول زهير الملاح اللي هو عمكة تديب الله 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 ده انتم مذكرين الملف جامد بقى او ملفه والصورة القديمة وفضله وزهير وتسويق امم شافوا الصورة دي فين؟ يعني امم عايش في فوقها فين؟ اللي هو في الملاد في طبعا خير يا حضرات وقفين لي كده امن وطني يا حبيبي تمام يا باشي افضل 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 ولا ايه؟ مش انا انا احنا عملنا حاجات كتير او باشي جات على دي يعني عشان كده بقى ستلك انت عارف ان هو مش معنا لما نزلنا خبر القبض عليه لا ايه شيخ انا الحقيقة ليلتها يعني اا صدقت الخبر بس قعدت مدة طويلة عوزاوسة لقى حاجة تعرفني ازاي اتقلض عليه وامتى وفين معرفتش اعمل اي حاجة بس في الاخر بقى تاني يوم على طول لقيت هو بيكلمني حاولنا نفهم انتو بتعملوا كده ليه؟ الحقيقة يعني افتكرت ان انتو عارزين تقفلوا القضية وتلبسوها لأي حد وانا بقى ظنيت بصراحة يعني وغير ما اخزعني ان انتو قدتوني الامان عشان تسبوني براحتي وبعدين تعفقوني وعشان تقطعوا الشك باليقين سيادتك عملت بلاغ كاذب ان درويش في المقابل لا استريع استريع دي انا مش شغلي بقى ده شغلي هو دي فكرته هو انت معلم حبيبي حبيبة باشا بس احنا ما كناش بنجري ورا الخط ده ولا الخط ده احنا كنعزين نشوف في اطراف تانية بتجري وراك ولا لأ متأكدنا وسعدك اتأكدتوا ان عازم ولا قام جديد ديم الاثنين الاثنين اتصعروا ورا الطعم بس الاسف معرفناش نسبة علوم اي حاجة ما انت لما كنت اسكشفت نفسك يوم حادس ببيت السكاكيني كان زماننا لسه مكملين ولا كنتش عتوصروا الحاجة انا نفسي ما كنتش اعرف ان زهير هو قام جديد ديم لحد الليلة المشقومة دي يعني زهير ما اسمه قام جديد ديم ما عرفش بس العربية متسجلة بالاسم ده ولا انا شفته جواها هو زهير انا عرفته عشان شفتله صورة وسط صورة ابوها القديم تاني يوم كنت محتاجة اتأكد وتأكد ايه هو هو الدم غيلي فعروقي كان عندي استعداد اعمل اي حاجة عشان اردله ولو جزء من العذاب اللي عشتي فيه اكتر من عشرين سنة انتي اصلك مش عارفة حاجة معلوم مش عارفة ولو مش عايز تحكي ما تحكيش بس عشان خطف عشان خطف فكر كده وركز ان شاء الله هتلاقي لها الف حال غير انت بتفكر فيه ده كما ممكن تسبييني ما انا بسيش غير كده عايز اعود لحدي حاضر يا اخويا خد راحتك الو ايه يا شاوي باشا انا فضل الغول ملك انا عرفت ان زيول الملاح لابسته بواحد تاني اسمه امجد الديب عارف عارف طب ولما انت عارف ما قلت ليش ليه ساعدتك عشان ما توصلش للين انت فيه دلوقتي يا السلام مالا بقى اعمل ازاي يعني الانفعال الزيادة ممكن يعميك عن التصرف السليم يا شاوي باشا يا شاوي باشا انت مش حاسس بيا انا جوايا نار فحشايا والنار دي هتبرد لما تنتقم منه ولا لما تثبت ان هو موضوع لتنين يا باشا لتنين هنفعش لان انت لو انتقمت بالطريقة اللي في دمائك دي زهير هيفضل طول عمر وشبع ساعتها حاولت ألاقي سكة أثبت بيها ان أمجد هو زهير بس للأسف السكة الوحيدة اللي كانت قدامي كان فيها خطر على أقرب الناس لإياه طارق أيوة طارق زهير لو عارف ان انا وقفت معك في موضوع زي ده مش هيسبنا في حالنا زهير لما كان بيشتغل محاسب في شركة فراغ في السككين عمل اللي عمله معك زمان تفتكر يعني انه هيعجز هو رجل أعمال كبير زي ما انت بتقول انه يخلص علي انا وابنك وحتى لو ما عملش فينا حاجة مجرد دخولي انا في موضوع زي ده مش في مصلحة طارق وقتها حسيت اني مشلول وضهري للحيط والدنيا بتضيق علي وبتسلمني الحل واحد ملوش تاني جاز مهرب دلوقتي عشان لعنيتي ما تحلش علي حوالي واقول لهم طارق ابني خد وقتك وفكر كويس وشوف ايه اللي انت عايز تعمله وفي النهاية القرار قرارك اتوها كبرت والعتمة زادت وبقيت عامل زي اللي عنيه شايفة سواد ومستني شعاع نوري نور له سكته يعني انت جاي تاخد رأيي ولا تبلغني بقرار وانا لو كنت وصلت بالقرار ما كنتش جيت لحضرتك يعني عاوز رأيي ماشي ورأيي دا انا حاخده من كلامك انت ما صلحش الغلط بالغلط وانت عارف انه غلط يعني ايه يعني الهروب غلط وهروبك زمان كان غلط وهروبك دلوقت تكرار لنفس الغلط وما تنساش ما تنساش انها اللي مشي من العمر مش قد اللي جاي كنت محتاج اسمع اسمي من حد عارفني كنت محتاج احس ان فضل سيد الغول لسه عايش وافتكر هو ممكن يقدر يعمل ايه ولما افتكرت بقى قادرت تتعمل حاجة لو من ناحية عمل فهو عمل وهيعمل لسه كتير عندك وقت تسمعوني؟ اه طبعا احنا محتاجين نعرض كل حاجة بس الاول كده خلينا اتفق ان امجد الديب او ظهور الملاح عايا يكن مبقاش لي علاقة تماما بموضوع التاب بتاع الوزيرة صح؟ انا بقى احب التستيف اول باول اولا موضوع التاب بتاع الوزيرة ده ده حدوتة تانية خالص هحكي هالكو برضو امكان هالحساب اولو مش دلوقتي وانا ده مكانه احنا نروح لامجد الديب هنواجهه هنقوله ان احنا عارفين عنا كل حاجة كل تاريخة كليسود وعارفين ان انت زهير من الله انت عفاس مرات خليفة ابو دونيا؟ ايه ده؟ هو انا تقلت فجأة ولا ايه؟ دي دخلت بوليس وانا حفظه؟ اعلاقة جوزك بدرويش عبد الرب الارهاب يا باشا؟ الله ينور عليك ايوا كتا انا متخيل حياتك ان هو عير ده يقعد معاكم وحياتك مش شايف ان ده الطلب خيالي شوية بس حضرتك مش هتقوليه ان احنا عاوزين نقعد مع درويش عبد الرب حضرتك هتبلغين ان احنا محتاجين نقعد مع فضل سيد الرب حتى العدو مهما زاد في عدوته ممكن يجي يوم ويبقى صديق شرفته ازاي؟ طب مش قابل ازاي؟ بغير ما اغزق عني نتعرفه على بعض لا احنا عن نفسنا عارفين الكويس اول احنا مين؟ دي مصر كلها عارفاك اولا موضوع التاب بتاع الوزير ده دي حدوته تانية خالص ححكي هالكو برضا شكرا اَمُ أُسامة هاتلي البلانس بتاع الدريام ارلند أوكي ت بص أجل هالي هاتهالي كمال عشرة دقايق ماشي هاي با ايوه نون مش نوع تيجي بقى؟ بالوقتي صام طب انت كويسة؟ الحمد لله انا كويسة وحازم كويس؟ كويس اعمل صوتك بيقول غير كده ليه؟ لا لا مفيش حاجة خالص طميني ماما أخبرها ايه؟ زعلان عشان ما بتكلميهاش اماما يعني انا مكنتش عايزة تعبها بس طب قول لها بقى الكلام ده بنفسك هي معاك؟ وحاشتيني يا نحلة ماما وحاشتيني قوي طمينيني عليكي انتي أحسن دلوقتي؟ اه الحمد لله أحسن كتير انا عرفت من باباكي انك تعبت كتير الأيام اللي فاتت وحسني اني لو افتكرت اي حاجة حادرة سعدت بس مش قادرة مش قادرة افتكر اي حاجة يا نهلة مش قادرة افتكر اي حاجة فيش دعية تجهدي نفسك خالص كل كل حاجة هتيجي لوحدها مهم بتبينتي بسك وهي صدقاتي طب يا حمدتي خلي بالك بالنفسك لو قلتي كمان يا ماما خلي بالك بالنفسك لا إله إلا الله الوزيرة شخصية متورطة وبنتها بقى عارفة الكلام ده؟ عارفة ايه؟ يقولك ايه اللي قالتلك اه صح عندناك لفة بقلوكو يا بشوات انا حكتلكو كل الفرافيت دي عشان تبقوا شايفين الموضوع كله على بعضه برغم بقى ورطة الست الا ان ده ما مناعش البنية انها تسعى الكشف اللي حصل ورطة امها وورطة جزها ربنا نكون فعالها الصراحة احنا كده يا بهوات بنتكلم في قضيتين كل واحدة ملهاش دعوة بالتانية هو بس اللي مجبوك في الاتنين يعني احنا علشان نحل واحدة مش ممكن نحلها ونربطها بالتانية أبداً يعني دي حلها لوحده والتانية حلها لوحده الكلام ده أشوق إبيه كان قبل ما أعرف حيزم النفايلة ببحث موجود عند أمجد انا كان كل غرضي اني أرمي باله على زوير عشان تلهيه عن اللي بردت بهوله اهو بس خلي بالك انت كده جمعت قواتين كبار اوي مع بعض لو فقولك الاتنين هيقلبوا عليك هيا بساعتنا بس أنا للغاية ما بيتش لوحده انتوا معايا بقى واحدك ايه؟ انا خلاص جرجلطينا في بالك يا سات المستشار والمصحب حبيبي والمصحب حبيبي حبيبي دلوقتي لباشمون دستارق المفروض اللي عمل معايا نعمة وطارق لازم يفضلوا بعيد عن العك ده ده بعد يزنوكو طبعا يعني ماشا درويش في حاجة بقى في جرابك تاني ولا خلاص لا انا كل اللي عندي رميت في جيوبكو خلاص يباحنا كده متفقين بس فاضل بس النسك مع بعض اي حد بفينا تزاهر له سكة تانية هيبلغ التاني تمام؟ طبعا السلام السلام يا باشم السلام انت شايف يا باشم؟ هم عيالك واسين اسمي تنساشوا لننزل برض ايه بقى دلزباط برضو انت ساعتك كده هتيلقني لا 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 ده انت اللي ساعتك اللي شرطة عليها بالمقابلة دي؟ لا بقى تعلق العيال دي كل اللي يهمها انهم يقفلوا القضية ويشوفولها حل عشان يرجعوا المكان هون اعتقد ان ده هدف ايان كان الامر مش هيوصلك اللي انت عايزه على قل لي يشيل حاجة من على كتافك لا 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 اللي على كتافك ده محدش هيشيله إلا انته محدش هيدي ايده كده ويشيله حد تاني على فكرة انا مش واقف جنبك عشان اساعدك يا حبيبي انا واقف جنبك عشان اساعد نفسي واخلص القضية اللي خصني بس انا برضو متشكل اساتي اللي هو متشكل اول فوقت هفوز ازاي من قرف الليلة وليلة اللي وقعنا فيها دي دي متاهة عمين يدخل في خندق وسرديب و انا مش عارف بقيت هامشي قرامين عشان اعمل ايه اصلا بالعكسة بقى اللي هو اللي اسمه شوق ده واتحلهن احنا قدامنا قضيتين واحدة فيهم تخصنا اه قضية الوزيرة اللي المتهمة الاولاني فيها هي سيادة الوزيرة ذات نفسها يا ابني خلينا الركز مقلوياتنا انا كل يهمين ان اعرف مين اللي عمل كده صح؟ تورد بقى سيادة الوزيرة من عدم وضامش بتاعنا ده تفصل فيه تحقق النيابة وعلى كلام درويش السيتك هترحض تحل كل العك اللي هي عملته وده اللي خلاها مستهدفة انت بسدى يا اشرف انت بسدى يا ابو اين دول يا ابني نهلة بتحاول طباية صورتها قدام درويش كل ده ميفرقش معايا وبعدين كله هايبان بعد شوية مش بشركة الادوية ايه اللي بتدارع الملفة بالزبط هو ده اللي همنا ونسبة علاقة دوت بشركة حزم درغام فاهمني؟ سدى يا لها انت اللي هتبت سدى في الحجاب بسرعة اوي اعب عليك انا في التستيف تستيف بشكل عام كده يا باشا الداتا اللي معانا دي ممكن تلبس قام جديد دي بعشرين قضية على الاقل مش قضية واحدة ما بين بقى تهرب ضريبي وغسيل اموال ولعب في الجمارك وغيره كتير بس حسب طلب بها جاد بيه مني انا ركزت على الحاجات الجديدة بس عشان تبقى اول قضية كده على حاجة فريش بتتحرك بسرعة اه كلام ساعدتك ده بيتك على حاجة بتدقع في دماغي من المبارح يعني ليه الحرامي ماينظفش مكان سرقته وبعدين ده كلام محسوب بالارقام يعني وبعدين زي ما قلت ساعدتك يعني ده كلام يودي في ستين ده يا الله طب ساعدتك بقى لقيت لنا ايه بقى جديد؟ الجديد يا باشر من ثلاث أسابيع في ربع مليون جنيه خرجوا من حساب أمجد الديب ودخلوا لحساب محل أجهزة كهربائية في شارع عبدالعزيز وده نظير ايه؟ شراء دفيات وأجهزة تلفزيونات حديثة وبعدها بيومين اتنين خرج خمسة مليون جنيه من حساب أمجد برضو بس دخلوا لحساب محل تحف في الزمالك نظير شراء قطعة فنية جديدة طب ايه داخلينا احنا بالموضوع ده؟ اقولك يا باشر ده الورق الرسمي اما الورق التاني بقى الملقوف فيه بيقول ايه؟ ان الربع مليون اللي خرج لحساب صاحب محل الأجهزة الكهربائية اللي في شارع عبدالعزيز شرطة سكرتير المحافظ والخمسة مليون اللي خرجوا بعدها بيومين لصاحبة محل التحف اللي في الزمالك شرطة محافظ القاهرة نفسه صلاة عالنبي صلاة عالنبي اقولك محل الأجهزة الكهربائية ده بتاع مين؟ بتاع الاستاذ زوج اخت السيد سكرتير المحافظ نيجي بقى محل التحف بتاع مين؟ بتاع السيدة مرات الاستاذ ابن السيد المحافظ ايوي هذا وقت باشا كمل 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 يا باشا والصا باشا المبالغ دي دخلت حساب الناس دي بالفعل بس 1 تاني يوم اتسحبت على طول ودخلت بقى في حساب المحافظ و سكرتيري تبدأ النظير ايه بقى؟ قطعة أرض أغطل ق protagoniteة في القاهرة الجديدة من المفترض يعني أن المحافظة كانت عرضها في نزاد ميقلش تمانها عن مليار جنيه قمجد اشتراها بتلتمية مليون بس وخمسة وربعة قبل كده آه اللي فاته لا تبدأ ده بازات عالة ني لعبوها ازاي دي اقولك لا اللي بتطلوين مني ده صعب قوي صعب عشان خايفة من حازم و اللي خايفة عليه اكيد مش خايفة عليه اللي بقى خايفة انا معي الوزيرة بقى انا متأكد ان ماما كنت عايزة تصليح غلطتها وعشان كده هم حاولوا يقتلوها طيب احنا كده من تفين الحاجات اللي احنا محتاجين يتساعدين فيها دي هيا لاتعرفنا حازم كان بيعمل كده لحساب مين هيا لاتوقع اللي عملوا كده في سيادة الرزيرة طب ما انتو كنتم رأبين تليفون وعرفتوص فوصالوا الحاجة ليه فاضح انهم مع اكتر من خط بس كل خطوط اللي معاه دي اكيد مش مكتوبة باسمه معشان كده محتاجين نعمل بقى بكل الكونتكس اللي عنده يا فكرة والموضوع مش بالصعوبة اللي انت متخيلها هكيدي يعني هتلاقي وقت تجيبنا منه التدات دايت بس من خل ما هو يحس احي! احي! دا البلد بقت بظلمية باشا دا السرقة فيها بقت أسهل من تقاطيف الملوخية يعني في الشوارجة الملوخية ماتبلغش قوي كل حاجة لها سكك وخبالك وساعتك يعني من غير مؤخذة ما كانش لك سكة وسط السكك دي؟ نعم كل واحد فينا كل إنسان بشكل مطلق جواه ملاك وشطان وأقسم لك بالله لو كان ملاكي غلبني ما كنت عادت معاكل أعدى المهببة دي يعني ما فيش شطان من غير مؤخذ يعني بيقر على نفسه النشطان يعني يلا ما بيدهاش بقى بصي بقى أنا حجيبه هاد من الأقل بتوع الشغون القانونية بتاعتي وحليب كل البلاو اللي إحنا جمعناها دي وحنضرب واحد مذكرة كما الخبور الصاروخي ونبعتها لمباحث المال العام هنبال نخب صفة إيه؟ راجل فاعل خير يا ناس بيحب الوطن ما حدش هيهتم وما حدش هياخد باله وعلى يعني إن حد اهتم ولا حد خد باله أكيد الخبر هيوصل لأمجل الديب وحيكون رتب نفسه لازم تتبلغ الحكاية دي عن طريق حد معني حد مهم يروح بنفسه ويقول لهم امسك حرامي بقول لك ايه؟ امسك حرامي ايه اللي في المارك؟ سعدتك تعرف ايه عن سكرتيري المحافظة ده؟ اعرف شوية حاجات انت عايز ايه بالضبط؟ انا عايز اوصله انا كنت متأكد إنك مش هتلطعني كتير لما تعرف إن أنا منطرف أمجل الديب وانت مش منطرفه؟ لا بقول لك ايه؟ ايه ده بس؟ ايه ده؟ انا جاي أخدمك مش فهم انت مين عايزي؟ امسك ايه ده؟ الظرف ده في ربع مليون جنيه زي اللي خدتوه من أمجل الديب عن طريق عادي للشابانة جزوختك عشان تخلصوله موضوع العشيف في قدامك والقاهرة الجديدة الحقيقة انا مش هعرف انت بتتكلم عن ايه بالضبط؟ لاي انكز 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 بقولك أنا جاي أخدمك انا كان ممكن اروع على طول على مباحث الأموال العامة قالهم على كوريخ الصرف والإداع في الحساب بتاع البنك بتاعك وقالهم على تاريخ المزاد اللي تلغى فاجأة وبعدين فتحتوه بعد ما بعدتو للناس اللي معادي جديد بعديها بثلاث ساعات ممكن اعرف انت عايز مني ايه بالضبط؟ عايزة اخليك بطل عايزة نجمك تتاخد الظرف ده تطلع بيه على مباحثي الأموال العامة تقابل هناك رائد سيف عز العرب تديله الظرف ده وتقوله ان ده رشوة من أمجل الدين بس هتغير شوية في الكلام بدل ما تقوله انك كنت الوسطى مبيني ومبيني المحافظ؟ لأ! ده المحافظ هو اللي ضغط عليك وغواك عشان تترمخ على الموضوع كلام اللي انت بتقول الدولة في الحالاتة ابقى ببلغ عن نفسي يا راجل تبلغ عن نفسك ايه؟ انت موظف شريف مم؟ اتضغط عليك كنت مستني بس ان المزادي يخلص وتلم الورق وتروح تقدم واجب وطني عشان تكشف فيه الفساد اللي بين رجال الأعمال واجبار رجال الدولة بقولك هتبقى بطل طيب لو انا صدقت كلامك دوت اضرفها انت هتستفيد من ده كله ايه؟ بحبك بحبك يا اخي بحبك عايزك تتمتع من ربع مليون جنيه دول في الحلال تبقى فخر فخر لبناتك سعاد ودعاء ربنا فراع كبير وعب عظيم ربنا فراع كبير وعب عظيم شكرا شكرا كتن شكرا شكرا اشتركوا في القناة 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 اهلا سي فريد ايه يعني يا خوير موضوع اللي ما قدرتش تقوله لك التليفون في واحد من بطانتنا اتقلب علينا ايه سكرتير المحافظ قدم بلاغ لمباحث الأموال العامة عن أرض القاهرة الجديدة وضربك فيه امتى والمحافظ اقوله ده تهريك الحيوان ده هيعمل كده ده مش تهريك ده بجد يأمنك وخلال ساعات هيطلبوك للتعيين ما تقلقش قانونا مش هيعرف يمسيكوا عمي ده ايوه ايوه يا فريد العيار اللي ما بيسكش يدوش ازاي الحيوان عبدالعظيم ده يعمل كده نتكلم هيعمل صحبه الضمير عبدالعظيم ده انا بشتغل معاه بقالي عشر سنين واكتر فيه حد ضغط عليه بتع مين مين ده مش هنقدر نعرفها دلوقتي لكن فيه اسمه بيدور حوالين الموضوع فضل الغوري ايه فضل فضل الغوري ماله وما الموضوع زياده الرجل بتاعنا في مباحث الأموال العامة قال لي ان فيه لواء سابق موصي على الموضوع ده اسمه الشوق السباعي شوق السباعي هتقول لي مين شوق السباعي ده كان مأمور السجن اللي هرب منه فضل زمان وفي الوقت نفسه يبقى خالع سام خطار ظابط المباحث اللي سحب ملف قضية فضل من أرشيف النيابة هااا powered schw Nearly مممing ماقولك ايه وانت لسه مطولة اه انا لسه بالمدي الطعالى المطرب الحزيني الي هك tutorials بكرة ده لا يا ربنا معايك بقى انا حاطيم ده انا ماشي سلام هاي جو Perfect ايه ألو ألو أيوة يا أستاذة يلا بقى حضر الورق وامبري القلم علشان تكتبي تقديم قوي على فكرة مفيش صحفين دلوقتي بقى وبيكتبوا بالورق والقلم حسن تكتبي باللي تكتبي بيه المهمة تكتبي وانت الحيطة توصل لحاجة ها طبعا وصلت ونفست بكرا إن شاء الله لما قابلك حديك التفاصيل اللي حتطلعي بيها أحلى من شتات شوفي أحلى من شتات حتطلعيها هدي ماشي في نفس المكان ماشي ماشي يا أستاذ بقولك يا أستاذة سلبيلي على درش مع السلام سلام هلو آه سادة اللوة البلاغ تقدم الصبحة فاندم آه ما أنا سيف كلمني وقالي الله طب يعني لما ساعدتك عارف مش كنت تسبق وتبريك لي ما أنا اتعودت إن أنا محتفلش واستعجل في أي حاجة بتحصل يعني تساعدتك حتياغوشني دي هو رأى السيف دا انت مش واصق فيه ولا إيه هو السيف حيعمل عليه أنا فهمته إن القضية دي بداية مش أكثر بداية الغاية لما نوصل لكل حاجة عن أمجد ها وعارف ونجيب أبعد جدر ليه ما ليه بقى كما الدنيا غادشة زي الفنة ها 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 Bare هو من أمتى لما الدنيا تبقى زي الفل بنتطم نللها أنت أكثر واحد عارف ألعبها وعارف طبياتها الدنيا دايمان بتمشي بالعكس حذبتها الدنيا دايمان بتمشي بعكس كلما تقرب من هدفك تلاقي الأصور بتعلم 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 والحفر بتوسع والخطط بيزيد طبعاً وممكن في لحظة تتمنى انك ترجع وما تكملش بس انت اكيد هتكمل انا عن نفسي مبسوط مبسوط ان صلحت الغلطة بحاجة صحى موسيقى سيف بيه عز العرب عمامه الحج علي والمهندس شاكر عز العرب اصحاب اكبر محاجر للرخام في شق التعبان طبعاً عارفه مباشر وهدي اخفى القمر حائلة عز العرب في عالم الرخام نار على علق متشاكر جداً تشربه ايه؟ لا لا ولا حاجة بس انا ليه عتاب صغير حضرتك خير كلمة رشوة دي كلمة نبيرة قوي مايصحش تتقال على قام جبين تيب رجل الاعمال اللي بيساهم في تنمية البلد واللي بيساهم في تنمية البلد يشتري ارض قيمتها مليار جنيه بطراب الفلوس؟ بساعدك في تسمي تلتمية مليون جنيه تراب فلوس فانا يا مستعد اعزم عليك على فنجان قهوة في الارض عندي وتشوف بنفسك صحراء جرداء بعيدة عن المدينة يعني المرافق اللي هانا هعملها هتكلفني قدي ثمان ارض برتين ثلاثة لازم تشوف بنفسك علشان تقول علي يا رجل مجنود ولما هي كده دفعت فيها لقته 300 مليون جنيه امجة بيه امجة بيه اشترى الارض دي وهو عارف انها ريزقي وان ممكن ما تنفعش معها لكن ممكن برؤيته تنفع ويخليها جنة بس الاهم من كده ان موضوع الارض دي مشتريين وفي مزاد رسمي على عين يعني مفيش اي وجه للشبهات لا امكان علي الشبهات فالشبهات كتير قوي بيت هيا ليه احسن نفتح تحقيق رسمي خد يا السياسة مكفيني احادي بيقر ايه ده وسيو ايه ده تعال معايا ايه ده بس؟ ايه ده سيو؟ ايه ده اطلع معايا؟ شدي حلاكة باشا الله يرحمه وصبرك تعرفت الحادسة دي حزل تمدى لسه محدنش بالزبط بس شغالها بالطول كانت نوندة في الصبح خبطت عالباب مرة واثنين وثلاثة محدش فتح لها فدخلت بالمفتاح اللي معاه واكتشفت الجريمة فصوتته لامنت الناس عليها والجار اللي جنبه اتصل بينا غالبا قبل ما اتصل بيك هو معهم فعلا كان بيديه مفتح الشقة؟ ايه 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 متعودة تيجي كل اسبوع عشان تنظف ومعاه نصخ هو كان عايش لوحده؟ كل اسم قولت كتير اقناع ان انا اقل حد يجي عايش معاه لكنه كان بيرفض شاريتني كنت غصبت عليه معلش يا باشا ده قضاء ربنا انا عارف ان الوقت مش مناسب بس لو عندك اي معلومات عن اي عدوة موين المرحوم وبين اي حد تاني بريد تكلمي وتقولي على طول عدوة ايه انت كان رجل طيب وخارج علم عاش بقى له اكتر من عشر سنين على حد علمي انه كان في مصلحة السجون والسجون عدم كتير عسان باشا خالي طول عمر عايش في حاله ومع كنتش تحس عبد انه مضابط شرطة طبنا بين وابينا كده احنا قطينا ملف ميري بتاع واحد مسجون مقطوع مرمي جنب الجزة وكمان اتلنا مبل اغمالي في ايدي المرحومة ده عرب الشخص اللي في الصورة دي اسمه مكتوب عندك درويش عبد الرب لا ما عنديش فكرة ما هي علاقتك بالمدعو عادل احمد شبانة وما هو غرض تحويل مبلغ 250 الف جنيه الى حساب الشخصي مين عادل احمد شبانة ده عادل احمد شبانة عنده معرض ادوات كهربائية وشركة امجاب بي اشترت منه خمسين شاشة عرض للمعارض والشركات ومكاتب المجموعة وبالنسبة لشاهندة غنيم مادام شاهندة غنيم عندها جاليري في الزمالك بيتعامل معها كل رجال الاعمال في مصر اعتقد من حق امجاب بي ان يشتري منها شوية تحف او انتكاد شوية تحف او انتكاد بخمسة مليون جنيه وفيهم واحد انا مش شايف ايه العيف كده انا بدي هدايا للناس اللي بتعامل معاهم اكبر من كده بكتير سيف بيه لو قلتلك ان فيلا امجاب بيه الرخام اللي فيها اللي جاي من شركة عز العرب اللوح الواحد اللي فيه ممكن يزيد تمنه عن مليون جنيه يقدر ظابط زميل حضرتك هنا يتهنك بالفساد لان عيلتك بتتعامل مع امجاب بيه؟ والله لو بسهله المزادات يبقى فساد طبعا انا بقول افضل اللي نكمل تحقيقنا هل لديك فواتير تثبت اقوالك؟ ايوه موجودة تمام ما هو تفسيرك لاعادة تحويل الاموال من حسابات الاشخاص السالف ذكرها لحسابات مسؤول المزاد موضوع التحقيق ده يسأل فيه مسؤول المزاد احنا ملنا هيتسئله هيتسئله عموما ده مجرد تحيي مبدأ ايه؟ بعد اذنك نضن على الاقوال وهنبلغ النيابة والنيابة تبقى تبلغ حضراتكم لا 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 ما اعتقدش الموضوع هيوصل للنيابة ده موضوع بسيط وقع يا عام جبي يا عام جبي ايا درويش انا كريم اهلا برجال الامن الوطني لا ايه نصف ساعة فيه قبر عايزة اقولقولك مش عارفة بقولك ازاي بس في النهاية مالوش غير طريقة واحدة يتقلبيها اقولك كريم باشا انا ما عادش فيه خبري فاجئني خلاص اقولي بقى لله كمين لو شاو اسبعت قتل لا اله الا الله لا اله الا الله غير طريق موسيقى سيف مجلاكش ايه حاجة النهاردة مجهاز المركزي؟ سيف في ملك مجرد يا محصن انتو محاملين ولا الشيوخ مانصر؟ في ايه بس هساعة الباشا؟ بلا باشا بلا زفت احنا اتفاهم بنا انتو تاخدوا معلومات تحسنوا بيها موقف الموكل بتاعكم مش تاخدوا معلومات مني وتقصفوا بيها عمر الراجل اللي مالوه الزامن انا مش فاهم حاجة سياتبتكلم هن ايه فهم تحست فاهمني من نقات اللي وشاوي يبركوا؟ قتل؟ ده بنادم؟ ما تقنعنيش ان انت بتعرفش حاجة عن الموضوع مقسملك بالله باشا ما عرف حاجة عن الحكاية دي؟ واكيد ماننش اي علاقة احنا مش مجرمين يا سات الرائد احنا اتفاهم بنا مكانش كده انتو كده بتلبسوني اه طب ايه ده بس فندم يا فندم ايه ده وانا هحاول افهم وارجعلك ماشي يا فاريب بيه ساعتك فاضلية؟ لا 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 يا فندم انا هاجل ساعتك اه في حاجة غريبة حصلت اوكي يا ريت تشرفني في الانوان اللي بعضته لك طيب واحنا هنحكي لك كل حاجة البقاء اللي لها صنداشا الله ارحمه يا حسيني بيه الله ارحمه كان راجل طهيب كان راجل طهيب بصحيح انا شفت في شبابه ده فعز فرعنته فعز زعيقه اللي كان بيهز السجن لكن كنا نبص فجأة ينايه بيطبطب على راجل مسجون عبوز كأنه بيطبطب على العيل صغير انا ساعتها ده كتغدان الشقاوي لكن بعد ما تابلنا بعد السنين ده كلها تحتلق حسيت كأنه أخويا بالزبط انت عارف يعني ايه واحد يغلط من غير مغرز يعني يغلط غلطة من سنين غلطة من سنين ويتكفي عليها مجور ويبقى مصر علي انه صلاحك انا اللي كسر مخاطر اللي بخدتش عزاها بخال الله عليش يا ده رويش هتبقى انه قلني الواجب مكانك وجودك في العزة كان في خطر عليك الله ارحمك يا شوق ماشي زي ما تكون قلبك انحاسس اتكلمني بارح بالليل هل انا مبسوط يا فوق انا مبسوط ان بصلح الغلط ولو بحاجة واحدة صح تقلقاش يا ده رويش الغلط هتصلح وهنعرف من اللي قتل تعرف من اللي قتل ما فيش غير زهور الملاح بعد ما نكاش نعيش في مباحث الاموال ويعرف من اللي واشاوي هو اللي حركة البلاخ يبقى ما فيش غير الزابط بقى اللي عنده القضية تبجي بطول ان الزابط دوت تبع اللي واشاوي ايه اللي هخلي بيعه بقى ازا كان القرايب يا باشا بيكلوا بعض يبقى المعارف مش هيبيعوا بعض ازا كانش الزابط بقى يبقى حد تبع طب خلي بقى لك بقى عشان هتقير ما بتقيق على الحادسة بتقول ان رجلك جاية في الخي قصلك ايه درويش هم لقوا ملف كان بقصة اللي هو شوقي مكتوب علي اسم درويش عبد الرب ها هها ولسا عدلكو زادة شك ان مش قامجة ديب هوا اللي عملها اللي ربها خير من الاشترى يا باشا على عموم طار اللي هو شوقي عندي انا الداتة اللي معنا دي ممكن تلبس أمجد ديب عشرين قضية على الأقل مش قضية واحدة الربع مليون اللي خرج اللي حساب صاحب محل الأجهزة الكهربائية اللي في شارع عبدالعزيز شرطة سكرتير المحافظ تتاخد الظرف ده تطلع بيه على مباحثي الأموال العامة تقابل إليك رائد سيف عز العرب تديله ظرف ده وتقوله إن ده رشوة من أمجد الدين دي البلد بقت بزرمية باشا دي السرقة فيها بقت أسهل من التعطيف الملوخية الحاجات اللي احنا محتلين يكتساعدين في هديات هاي اللي هتعرفنا حزم كان بيعمل كده الحساب مين هاي اللي هتوقع اللي عمله كده في ساتة الرزيرة مالك فيه إيه على فكرة أنا مش هو أقل جنبك عشان أساعدك يا حبيبي أنا وائب جنبك عشان أساعد نفسي وخلص القضية الخصين تشكر ساتة دور بقى للنها كمين اللي هو شوقي السباة قدت هلسة عندكو زارة شد إن مش أمجد الدين بقى اللي عملها طار اللي هو شوقي عندي أنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يومين يومين اشتركوا في القناة يا دوري من الأول وتعرفون إن انتوا بشلتوا من قضية درويش بقى الظروة مع أعصان باشا استنى حضرتك كده لما تسمع الحكاية من الأول وقال لله ربنا يرحم خالك ويجعل مسواه الجنة يعني من ليلة ما روحنا نجيبك من بيت السكاكيني وهو بيرتب معك الله أرحمك يا خالي مش عارف كم بيعمل كده ليه ده ما جاب ليه سيرة خالص واضح إنك كنت عزيز عليه فخاف يعني يورطك بزيادة يقوم يورط نفسه هو لحد ما حصل اللي حصل درويش بتكلم صح الخيانة جاية من جوا ما باحث الأموال استحالة صفاز العرب ضفحتي وأعرفه كويس ولا يمكن يكون خيانة خلص بلاش نسميها خيانة خليها بلغ ضد أمجة يتديب أكيد كلهم عندهم خبر ويمكن الدخلية كلها تكون عارفة ورد إن الأخبار دي كنت تطورت هنا ولا هنا ما الأخبار تتنطور عن البلاغ آه ماشي إنما اللي وصع البلاغ ما تطلعش أخباره غير من اللي وصاها يعقلوها يعني لو هنعقلها زي ما بتقول يبقى لازم نجيب الحكاية من الآخر للأول الحيوان اللي قتل خاري رمى الورقة اللي فيها شرطة والفلوس عشان يلطك في قتله ورشوته الوقت ده لازم ييجي ونعرف مين اللي وراه ولو في خيانا هنعرف مين اللي خان انت مش بتقول إن كاميراة المراقبة بيتوشه ها وخاته له السكرينشوت دي يا ابنت لما انت يعني إيه اللي خلاك تركب الكاميرا أحسان باشا كان لازم أؤمن خالي خصوصا بعد حدث سرقة الملف بعدين هو كان عنيده وكان رفض أي حد يجعيش معاه فقلت أركب الكاميراة دي علشان لو حصل حاجة أعرف أتصرف بسرعة طيب انت عرفت أي معلمات على الودة؟ آه علابت الدنيا لحد ما جبت قراره بس للأسف مش عارف أتحرك كيف؟ لأن خدمة المفروض دلوقتي في الوحاة آه آه ماما انت كنت ينامي ولا إيه؟ بايل شوية في حاجة غولة ولا إيه؟ لا أنا عايزك بقى تفوق وتصحصح لي شوية في وقت سو عاوزك تعرف لي مكانه الودة اسمه حميدة فرغالي وشهرته حميدة خرطوشة وانت سككك بقى كلها مسارك ده عايزة الانتخابات الودة ولا إيه؟ انت هتخف دمك دلوقتي يا ابنة الخفيفة هتخف دمك ما أصدش؟ أنا عايزك تقب وتختص وتعرف لي الودة فين فاهمني؟ هاولاد معتدي لجرام آه يعني سهلة تتقصاه طيب دي نيومين ثلاثة كده وربنا يا فريجة لا يومين ثلاثة ايه؟ يومين ثلاثة يا مار أنا عاوز أنزل من هنا؟ قال لي ايه؟ ما تتصل بيه وتقول لي لقيته ما عرفش عا تعمل ايه؟ المهم؟ توصلني دي أمار أنا ايه؟ تسلم عينك تسلم عينك يا مار طول عمرك رهولة أنا مش فهمة انت زي قادر تعيش مع الاسم وحازم الحيوان ده بعد كل اللي عملوا فيك تصدقيني لو قلتلك؟ أنا نفسي مستغرمة نفسي أنا عمري عمري في حياتي ما كنت اتصور ان انا ممكن اكتم جوايا للطلقات دي وكمان ما يبانش علي بس عارفة؟ بيتهيق لي ده تأثير درويش درويش؟ ويعلاقة درويش بالموضوع؟ يا بنتي ازاي بس ازاي؟ واحد شايل جواه بلاوي وعيش بيها سنين طويلة وما حدش واخد باله أنا عايز اعرف هو الراجل ده جايب القوة دي ازاي؟ كي بس انت مش ازاي؟ ولو فضلت على الحال اللي انت فيه ده هتنفجر مين قالك ان انا مش هايز انفجر؟ ده ده انا هطأ بس أنا لحيشني عنه ان انا لسه معرفتش كل حاجة أنا عايز اعرف بيشتغل مع مين؟ ليه لقى ببكر الدهان ولا لأ؟ كان ليه ادفقت لماما ولا كان كله دروه بس نجيب التهب؟ وهتعرف اجابة على الاسئلة دي كلها ازاي بقى ان شاء الله؟ هعرف على فكرة انا روحت لبكر الدهان الشركة الادوية اكتر من مرة كل مرة السكيرتيرا بتطلع لي حاجة رهيبة زي انا يكونوا كده مش هايزيني قابله تابوا بعدين؟ ولا حاجة حافظة الوراة لحد ما لاقي السكة تغصلي ليه ربنا معاكي سوها احوالا ماشي تاني مينة اللي باتتسمى الولاي اللي اسمعها فاها في غطسة مقبتش مش عايزة ترد طب حطي نفسك في البنطلون بسرعة عشان راحنا وانت مش مقبت انت عايز تقدرني وخلاص؟ انا عايز نشوف الفيلم اخلاص يا عم يا نروح فيل دلوقت هنهبع روي انت على داصر الحنش صد رد ونرجع الحنش؟ اه ايه اللي فكرك بي دلوقت؟ هقول لك في السكة يلا اقوم اخلاص يا عم عايز نشوف اسم عالياسي مبروك على الخبط بجد عجبت؟ حلو جدا مبروك لب انا خليك بس ايه معلش تاني بس هردع مباد لأ خليك انا واح كامل شغلت اوكي ايوه استاذة عملت ايه في الموضوع اللي بتكتبيه؟ مش اخبي عليك انا واقفت واقفت دي حضرتك ليه ايه درويش؟ الموقع كلها ملهاش سيرة غير قتل اللي هو الاسم المشوقي السباعي ده وانت المتهم الوحيد اللي في الجريم انت برضو وم بصدق الكلام ده علي؟ والله لو عندك حاجة تثبت العكس تقول هاي؟ اللي عندي حيجيلي وقته اللي عندي حيجيلي وقته اللي عندي حيجيلي وقته وساعدها بقى هتبقى خبطة كبيرة قوي وهخلك انت برضو اللي تنفردي بيها ماشي؟ مهم انت بس كميلي كتبت الموضوع وهتنشر امتى وفين؟ لو خلصت كتبته يبقى هيتنشر اللي دي لا مش في الجرمان مش في الجرمان مال فين؟ موقع؟ موقع اي بس؟ ده كلام ده؟ يا سلام الموقع ده بيخشوه ثلاثة مليون في اليوم ماشاء الله ماشي علملكة يا أستاذة بقول لحضرتك يا أستاذة غير مؤخص يعني لما تبقي شكة في حاجة من ناحيتي بيكلمين على طول ما تستنيش يعني لحد أنا ما كلمتك ماشي؟ سلامة يا أستاذة تفضل يا فندي راقب غريب ازاي يعني؟ ده غير اللي فرقنا بلك ده؟ اي يا فندي ما رجعت المكتب ليه طولانا عليها مرة واحدة بس وزي ما سيتك شايف كده من غير اسم طب ما تدور عليها وعطك دوار بتعمين مش متسجل باسم يا فندي خالص هو لا حتى عطره كولر طب اسمع حتلي عفافة اوامر يا فن بحاجة متفجل رجلا شوية يا خليفة اهههههههههههههههههههههههههههه يصباح ده Harrison حنش. صباح الفل يا معلمين. اقعده. ايه ده? انا شفتك قبل كده. الله. انت انسيتني ولا ايه يا معلم? ماهر الدخش. لو كنت ماشي مع نواعب. دخش. اه. افتقرتك. ازايك? ازاي البت نواعب. بيت ايه بقى? ده زمانها بيت تيتها دلوقتي. اعرفك بخوي وصديق وحبيبي. خليفة تاتش. زمل. ايده تتلف في حديد. خليفة تاتش. خلش بالك يا معلم مش هتعرفني. ما سبق لناش سبق معرفة قبل كده يعني. مش مهم. بقعده. انا من الصبح بدور على صاحبك. تانسني للصبح. ياه. ما انا عادين نسميته ازاي نحن. تعال نقف كده خليفة. بص احنا وقفين دلوقتي. ده عادين اهو. سلام عليكم. شوفت عادنا ازاي? انا دلوقتي عادين اهو عادين. اهو سهلا. انا دلوقتي عايزك فحور عالصخان كده عشان مستعجلين. بعد اذنك يعني. مندور على واحد من حبابك العلي العشقية. اسمه حميدة خرطوشة. خرطوشة. الوقت حميدة خرطوشة. ايوة. مالو ده. مالو ايه? بيقول لك عايزين نعرف فوق فين. ده مش بيركلس خالصة ماهر. ماهر. لا لا. ما انا ماهر. انا ماهر. ده ده خلص الموضدة بالزمان وفتكرته الحمد لله. على الوقت عايزين حميدة خرطوشة. فين طريقه? نلقى فين? سكته معروفة. اه. بيبشي على طول ما همعلم اسمه. ايوة. سيد الضب. سيد الضب. سيد الضب يا سيد ايه يا خليفة انت اتعديت ولا ايه? اه ده بتاع التلات ورقات صح? الله ينور عليك. يبقى انت تعرف. وفيه حد ما يعرفوش. الله. مش زبل. وابدكار زينا. نلقى فين بقى? في مولة سيد الآآ. ها? آآ. التشطوشي. الحلة. طمار القليوبي. القليوبي. ده اخو صلاح الدين. صلاح يشتر. لا لا. انا اسف. انا قسنا انا متربتش. انا كنت مهاصب هايز كده. انا متربتش. بالإذن احنا بقى عشان نلحى طريقنا. يا باشا هو نعرف الارقام المتسجلة. عشان انت ما نعرف اللي مش متسجلة. عفاف. ما ازعناش منك ها? بوس يا باشا. الحركات دي ساعدتك بتاعت البطعة. بدي مين البطعة دي? بتاعت الجمعية يا باشا. جمعية يا عفاف. انا هحكي ساعدتك على كل حاجة. بوس يا ساعدتك. اسم الله على مقامك كده. اه انا دخلة. انا واسوانا الحركة جمعية صغيرة كده على قدنا. البطعة دي بقى يا باشا. الحكام ضربت على الجمعية. هي اللي بتقبط مننا الفلوس وترجع توزحها تاني. احنا نستقبط يا بيت. ودي انا عي خليها تكلمك من رقم غريب. ايه يا باشا ما هي دي حركاتها يا باشا. اه هي كل ما تلاقيني بعوق في الجمعية. وتكلمني من تليفونها المحمول ده على رقمي. وانا ما بردش تكلمني من ارقام غريبة يا باشا. قال ايه بتترصادلي. طماشي. اسمعها خاف. امور يا باشا. انا هتسلي بالرقم ده دي بقتي. لو المحروس خليفة جوزك هو اللي رد. هتقول لي اللي هقولك عليه بالزبط. اعيني يا باشا تحت امرك. الله ما تهبط يا همومة. موتلك يا اخنا عرفت لك كل حاجة عنه. وخليفة كمان تلا عارف المعلم بتاعه. اه ايه. طب ما تتأخرش. هنستناك على اول الطريق. يلا السلامة. سلامة. 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 ايه قالك ايه? هيجي اخدنا بالعربية. مين? بيت براتي. هلو. افوفة. وحشدين يا بيت. بس قالش عنك ازاي. ده انا بسرتك كل يوم. انت فيد للوقت. اه انا جاي عالطريق. من نوابة. طب خلي بالك انا مش في البيت. لا حصل شوية تلبش كده انت مش موجودة. اه لبش. لبش هي يا اخويا كفالة الشر. حاولك بعدين. بصي. انزل عند اختي كنتي. وانا اروح بمشوار كده مع درويش. وحبقى رد على طول. اه مشوار? مشوار ايه يا راجل. حاولك بعدين حفاف. اه طع درعي من لغلوه. ان لما كنت لايف لك على واحدة في غيابي يا خليفة. اه ايوة يعني رايح فين? واحدة ايه اولي 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 اعرفك اعرف حد. يبقى تقولي المشوار اللي انت رايحه. رايح المولد. مولد سيدة طماري القليوبي. ما ايوة فين يعني فين? ايوة فين ده يعني فين? القليوبي بقى هتبقى فين? صنطة في قليوبي. ايه ده? ايه صدا الصوت اللي عندك ده بت? يا راجل بقولك جاية عالطريق. يعني صحرة صحرة. صحرة? يعني صحرة فيها صدا صوت? اه. في السيسة رب. اه طيب يبقى فيه صدا صوت بس ببقى قبل المغرب بثمان دقايق. على حسب يا جاي من يا جاي من اين? من نوابة. يبقى تمن دقايق. الحمد لله كنت اعزل بها. لا عفاف. ازعل. افوفة. ماشي يا حبيبتي. عاطة نزيل الحاجز. او مرا كرايز. باشا حاجز تاني يا باشا. يا باشا. يا باشا. العيزة الاول هو باشا. يا خليل خليل ما شفتك. ماشا انا نحا لي وفانيا. ماشا؟ اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة خلص صادع ده من اخر ايد شفتها كالتلاتة ونص نا تبقوم باي خرطوشة نحن الابوية يتوب ويفود اشتنا تبقوم يهزين لها الزيتين حلمين كان عشان التعميرة دي جامد او اسمها هزة مسته يا ماخزة خارطش يا ماخزة طعن عليكم الخلوة كمين ياضيح تبتعيش انتوهو اسمت اسمت يا تلدقلك بصارينك على الارض اسمت كلام عمك يدقش عشان هو بيحب الدلدقة بيحب الدلدقة اي اوي اشتركوا في القناة انت والا مين اللي تكراك على دي وشوق اي شوق مين يا مولانا انت بان عليك قصد عنوان غمر انا ولا ماخزة معرفش الشوقيان ده انت ظريف قوي بقى وحتتعبني معاك اه انتو مين يا عمد اولا انت يا لأ من الوازنة بتقتل الراجل اه انتو عايزين ايه انتو بان عليكم عجالين يا عم ولا ايه اهو الزبط حوريك بقى الجنان اني على قصور اه اه انتو عايزين ايه يا عمد لو عليت سوطة التانية هشوق لسنك ايه ايه ده ايه ده خليفة والسن انت برا انا درجي انت يا ابن الخطي على اسلخ وشا اه اه ورحمة قومي لقريكم على الحرامة دي اللي هتويكو هنا توينا هنا ماشي اه انت اه انت يا لأ اه انت قبل ما ضيعك اه ممكن ربنا يهديني وسلمك للحكومة حي امسا اه اه صبح بي صبح بي اه 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 صبح مين ارحمة ساكن فين شغال فانه خرارة اه 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 في البدء كانت الكلمة والنهايات لا يعلمها إلا خالقها أما ما بين ذلك فهو موضوع حروبنا ضد الفساد ما دم نحيا والحرب معارك والهزيمة بإحداها لا تعني أبداً خسارة الحرب بل إن العزم على الاستمرار في المعارك دون انسحاب هو وحده سلاح النصر المواجهات واقعة لا مفر منها مهما طال الهروب الرماد لا يخبئ نيراناً للأبد عاصى الله أن يهدينا للحق وعاصى الحقه أن يلهمنا الثبات امشوا من هنا بسرعة ماذا كانت كيف؟ مش وقتها سلا دلوقتي من كم خليفة؟ هل يفهم؟ إيه البيع عديد؟ إيه في إيه يا عمع؟ موحا ليه كده؟ دي لما صدقت إن حدي جاب لي تليفون زي ده؟ موال ده كان عطلين كوين؟ مين دول؟ إيه الحكاية جلو؟ إيه الحكاية يا إخواننا؟ مش وقت يا درويشة أبقى شرح لك بعدين المهم؟ إنه بقيت أخد لك في السنة أخد تختفي من هنا أنت والناس دي بسرعة يلا مين دوت؟ دوت أصدقائي أمن دولة لما هم أمن دولة بيحرموك ليه؟ هتفهمكو على كل حاجة في السنة يلا بس ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر أنا فاندم بس هم هيجوا هنا يعبروا إيه؟ ورد تفتكر لسا عندهم عشان في الوضاية واعرفين يبقوا على درويشة قابلينا ما عرفوا منين انه هنا يا أساسي باقي اللي يخلي خنيفة يرد الموبايل اكيد حد ينبيه أصدق يا خمد موضوع ده في ريحة مش هتباد أول ما نوصل للمكتب الموبايل ده يتفرغ وتجيب لي اللي ببطنه فاورة مفهوم؟ نعم باقي فاور طب الخطوف جاي ايه باقي عفو عزيزة وايد بيه اهو موصل بقولك ايه انا جدتي مش خلصة من الناس دي تقبلها انت ايه هتروح فيه؟ الظاهر لما علعت الجاكت العربية بيت فاروح فوق خاصر واقضي حاجتي ايه يلا بنا ما يلا ايه انت رح معا بتعمل ايه؟ هنقولوا منديل هنقولوا منديل لا لا تتقفش ايه ايه؟ ايه يا رايس؟ هترجعت ايش تغل لوحدك؟ ده التنسيق اللي اتفقنا عليه؟ ده باشا جراءة باشا يعني وده يعني لازم اقولك على كل خطوة حمشيها ولا ايه؟ انت كنت بتعمل ايه في المولد؟ طرح اجيب حميلة خرطوشة وما قلتلناش ليه واحنا نجيبه ميري باشا من غير مؤخزة يعني انتو حبالكو طويلة وحركتكو بطيقة من غير مؤخزة يعني والتحريات بقى رايحة وجاية ورايحة وجاية يكون الوقت هرب انا جبته من غير مؤخزة في ساعتين زمن جبته؟ ايه؟ وجبت فديلك الامن الوطني ولو ما كناش لحقناك كان زمانك هناك دلوقتي بطل عند بقى انا ما بعنيتش يا باشا انا سبق وديت لساعاتك كلمة طار الشوقي بالسباعي عندنا الطار يتاخد بالعقل وبعدين الموضوع مش طاره بس احنا كنا هنستجوب طريقتنا احنا عشان نعرف مين اللي بعتينه انت بقى طلعت منه بايه؟ البقى خلاص خلاص والله كان في ايدي وحيقرب كل حاجة بس زاخ هرب وهو بيهرب جاله خانجر في ستا والبقى الضرب اللي بسكينة دا يبقى هو خارتوشة عزرائيل سبقني دي بخطوة بتقولي مش بتعند انت ضيعت مننا اهم خلط وصلنا له لحد دلوقتي استنى بس يا كريم يعني انت ما طلعتش منه بايه معلومة؟ عرفت منه اسم الراجل اللي كلفه بالمهمة دي مين؟ صبحي ايوه صبحي مين يعني؟ صبحي صبحي ايه؟ صبحي ازاي يعني؟ اوه مرر مغزق قد صبحي وهرب وراح لقضاء اقسم بالله انا ممصدق اللي دا تتعميره فينا بقولك ايه؟ انت تغير تليفونك في اصل على وقت انت والناس اللي معك دي كلها احنا مش عارفين ممكن يكونوا عارفوا عنك معلومات ايه تاني ويا ريت بعد كده تحطنا معاك في الصورة بحدش عارفوا اللي يحصل بعد شوية حاضر يا باشا حاضر ما بحبش التنطيط هتتنطيط بشوية ما هي حقيقة وموت يا باشا الوضع اللي خلص لما عليك موضوع اللوح بتعيش انت هو انت ماندكش خبر ولا ايه يا باشا هجيدي خبر من اين انا ممدش ايدي في البلك القذرة دي ولا كنت شاعتك توحد زيك ما هو يا باشا انا اقول تاجة امن نفسي ما هو انا يا باشا ما يتعملش معايا اللي اتعامل مع فهيم ومغني لما وشه تكشف في الفيديو بتاع السكاكيني يا روح ما بعدك روح يا باشا انا لو روحي طلعت كل اللي ما بيننا هيطلع معاها لا 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 ايه لا عفو يا باشا انا كل غرض يا باشا ان المصلحة اللي ما بيننا تدوم وبعدين يا باشا انا عايز اوصلك لبر الامان خلي بالك يا باشا محدش هيخلصك غيري وازن انت عارف العينة بينا السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة خلي prometنس ؟ يقضى اللي ما بيننا تق reversمت научه اشتركوا في القناة لا ده رقم جديد واضح انك انت بتغير لمرتك مع كل مصيبة جديدة بتتكلمي على ايه؟ على فكرة انا متابعة اخبار مصر كويس قوي اه لو قصدك بقى يعني على قضية شوق السباعي لازم تفهمي ان انا ما عملتش حاجة انا مش عايزة افهم حاجة انت واضح انك انت بتغرز اكتر كل شوية والاسبوعين اللي انت طلبتهم دول مش هيكفوك تخرج من اللي انت فيه يا نعمة يا نعمة عملي معروف انا مش مستحمل اي كلام في المواضيع دي انا بكلمك بس دلوقتي عشان اتطمن على طارق طارق بخير طور ما هو بعيد عنك بس انا حاجة اجي بقى خلصة اوش عرفها عدو اكتر من كده هيجي وقته هيبقى عايزة انزل مصر ارجوك يا نعمة استحمليني شوية ابوس ايدك خلي بالك علي لو بتأمني مرة قمنيتني ايه هو في ايه؟ في خطر على طارق لا 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 مفيش خطر ان شاء الله مفيش خطر ومش هيبقى فيه يا ستة عملي معروف انا مليش دماغ دلوقتي اتكلم في حاجة هكلمك بعدين يا نعمة هكلمك بعدين مع السلامة حاضر ما نشوف اخرتها ايه؟ يا نوني ملك قمنيتني عكرة مساجد بدري هاوي كده لا ابدا الناس اللي كان مفروض هيوصروا من باريس عشان اعمل معهم الديل مجوش ما تقولش هتأخروا هم يومين بس لسه حنستنى هنا يومين يا نوني قلاصي يا حبيبي لو كنت عايزة تسافر سافر انا ممكن اعدل واحدة لا لا سافر ايه ده كلام؟ رجلة يا رجلك يا نوني ربنا يخليك لايه يا عميه؟ يخليك لايه؟ طب مش هنأكل ولايه؟ تعزمني؟ يلا عزمك يا جيجي يا حبيبيك ازاي؟ عملة ايه؟ معها عشرة لا هتأخر شوي اه مرور بيصهروله ومش تابعة الداخلية؟ اي حاجة تابعة الداخلية بيصهروله لا قضية قضية كبيرة اوة حرقة كده بقى حكيلك عنها بعدين ماشي ما لك عملة ايه؟ نمت؟ معليش انا بقى صالحة بعدين يلا يلا سلام سلام عملة قد ناس يجيب بطاطس يلا اوة مش هاكله فتكارة يا له روحي بتاعي بس انا متاخنش انت كمان ماشي كده اي شاوله بس بس انا باشا منور بس انا الخير يا بشوات اتفضل يا باشا ماشي كامل اتفضل يا خير اذيك يا كريم باشا نمت بس ملا اذا لن اشدت ان طبقين مامل كان في المولد ايه؟ مولد؟ مولد مولد ايا باشا مسايل بمولد مولد ايا باشا مسايل فل استعبتك احنا في جماد الاول ولا اكتب لا مانا ما اصدتش مولد النبي انا اقصد المولد بتاع المرجيع والشخليل ده رويش انا والله اول مرة اعرف باش ان انت بتحب الموارد والمراجيع احب الموارد اه بس بصراحة بقى ماليش في المولد اللي صاحبه غاية اه اه طب اي رأيك باش هتفضل تواطش بمعانا اي حاجة معلش نعافل البيت مكاركب بقى شقة عازم انت اكيد فاهم هو انت كنت جايليه عشان نساعدك في الشغل والبناء لا 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 شغل عدنا في الامن الوطني شد على اخر ما بقيتوش اقدم اون ساعد برضو باية حاجة انت عارف شغل المرور والسجل المادة اللي في رحراحة واضح ودي بقى لزوم الرحراحة برضو لا يا ساعدتك ده شغل قديم من الواضح ان ساتك ناسي ان احنا كنا مسكين قضياتيات قبل ما انت تمسكها عايفي ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه كمان مش هيبقى عادي مفهوم؟ بس ما فرق كنت تيجي معايا دوري من الاول وتعرفون ان انت بشالته من قضية درويش اعذروا معصان باشا استنى حضرتك كده لما تسمع الحكاية من الاول اسمه حميدة فرغاني وشهرته حميدة خرطوشة انا عايزك تقب وتختص وتعرفت لو قده فين راح المولد مولد سيدة امار الاليوبي ايوه فين يعني فين؟ ايوه فين؟ ده يعني فين؟ انت اهلا مين اللي كراك عالده وشوقي؟ امشوا من هنا بسرعة بلعجانة في ايه؟ مش وقت اعسل دلوقتي من تلون خليفة؟ البيعة دي ايه في ايه يا عم؟ ليه كده؟ ده انا ما صدقت ان حد يجاب لي التلفون سيدي مبعد لك انا عطرينكو بيه؟ يعني انت مطلعتش منه باي معلومة؟ عرفت منه اسم الراجل اللي كلفه بالمهمة ليه؟ مين؟ صبحة ايوه صبحي مين يعني؟ عد صبحي وهارب وراح الأعضاء من اللي عسى يا محسى بيه بسم الله ايه؟ مكرتش في المولد ولا ايه؟ مولد؟ مولد ايه يا باشها مساء الفن؟ ساجبتك احنا في جماد الاول ولا؟ لا ما انا مقصدش مولد النبي؟ انا قصد المولد بتاع المراجيع والشخليل خليل الدرويش دول عمري بسمع عن الغباء السياسي بس عمري ما تخيلت ان يكون في منه صحفي؟ وايه بقى الغباء السحفي لحضرتك بتلمح بيه ده؟ انتي ايه اللي نشرتيه ده يا هانو؟ والله انا على حد علمي ان حضرتك مش رئيس تحرير المواقع اللي نشرت فيه ده وبعدين هو مش حضرتك صاحب مبدأ برضو طول ما تضرب بعيد عن دماغك خليك في حالك؟ انتي مش مكسوفة من نفسك وانتي وقفة قدام رئيس التحرير بتاعك وبتقولوله فوشه كده ان انت بتكتب في فجرات تانية؟ ما انا لو اعرف ان الجورنال هنا حامل نشر تحقيق زيه ده اكيد كنت هدينه الاولوية بس انا خايفة على الاعلانات اللي بتأكلنا عيش ربنا ما يجعلنا من قطعين الارزاق انت نسيتي نفسك ولا ايه؟ ازاي تكلميني بالاسلوب ده؟ انت اللي ازايك المفروض يبص في المراية ويعرف حجمه كويس قبل ما يتصرف وعلى فكرة ده مش عيب المحامل اللي تحت التمرين مايقدرش يترافع عن واحد محكوم عليه بالاعدام كمان الصحفي اللي تحت التمرين لما بيتهور بيعكم على نفسه بالاعدام يعني انت لسه بتقولي يا هادي وبكرة ممكن تعودي في البيت اكبر منك وبيحصلوه اظن ده واضح شوف يا سيف انا مش عايزك تفهم كلامي غلط او تفسره على غير حقيقته بالاخر كده فيه خيانة خيانة؟ خيانة من مين يا عصام؟ انا متأكد طبعا انها مش منك بس انا متأكد ان العلاقة اللي بين خالي وامجد الديب ما تعرفش حاجة عنها إلا هنا لا ثانية واحدة انت شاكك انه امجد الديب ما تورد فقت لله وشوء الله يرحمه؟ انا مش شاكك انا متأكد زي ما انا متأكد ان بكلمك دلوقتي والمعلومة اللي خرجت لامجد الديب انت خرجت من المكتب ده ايه يا عصام بس انت عارف ان السرية جزء من طبيعة المكان خصوصا في قضية زي دي مفيش فيش يقول لنا شيء مطلق وكمان مفيش حاجة اسمها سرية مية في المية الا اذا كان السر ده بينك وبين نفسك بس مفيش حد يعرف عنه حاجة انت فاكر اللي هو شوء السباعي؟ هذا صاحب ابوك اللي في مصلحة السجون اه هو مهم؟ تصل بيها من كم يوم وقال لي قريب هتجيلك قضية لها علاقة بانجد الديب سيف سيف انت معايا؟ اه انا معاك يا عصام معاك قل لي انت عرفت ايه بالظبط عن اوضاع انجد الديب انا متفاجئ انك حتى ما بتحاولش تنكر وايفيد به الانكر انت قلت الحقيقة واضحة زي الشمس يا ليت التمن اللي قبطه يكون كافي علشان يخرز ضميرك وينسيك دم الراجل اللي تسببت فقتله انا مليش علاقة بقتل الراجل يا سيف انا مبعتش الراجل انا بعت كلام كلام؟ زي اي كلام مالوش اي تلاتة ايمة في البلد دي مالوش ايمة مكنتش بقت وقبطت امن ويا نادر انت مش فاهم حاجة يا سيف انت مولودهم بوقت معلها ده مرتبة غير مرتبة انت لو كان بيفرم عاك اصلي انت مش تحس بحاجة يا سيف والله يا برافو انك عندك مبررات اللي بتعمله يا ربي بس تفضل بالوضوح ده لما تيجي رحزة الحساب الحساب ايه؟ او فيه حد بيغلط في البلد دي وبيتحاسب اللي بيعمل الصح بس هو اللي بيشيل الحساب طول عمره لو اللي اكبر مننا اتحاسبه كنت انا اول واحد اقدم نفسي اللي محاكمة لو كنت فكرت اصلا ان انا عامل حاجة زي دي واضح انك حسامت الامور بينك وبين نفسك من زمان ومرتاح لا انا مش مرتاح يا سيف انا جواه نار نار بتجيب اول ما ببص في عيني ابني وببقى في حيرة ايه مش عارف بعمله مستقبله بالحرام ولا سيبه اكبر ومعملوش حاجة تفيلومني لانه عرف طول عمره محروب انت مش تحس بقى يا سيف لانك ما عشتش عشتي والله انا عارف اقولك ايه مش عارف اقولك ايه مش عارف اقولك ايه ما تقولك ايه ما تقولك ايه شوف الاجراء اللي رايح في اميرك وعمله وانا مش هلوه معك لو مغلطتش في حاجة انا اللي غلطت انا اللي غلطت من هلوه مغلطتك ان في كاميرات في الشقة وزمنهم دلوقتي بيفرغوا الكاميرات وبيشوف القاتل الحقيقية هم مستغربوش حكاية الكاميرات دي؟ ما انا قلت لهم خالي مركب الكاميرات دي علشان يرقى بالشغالين اللي بيجي نظفهم بس انت تسرعت برضا معصام باشا يعني كان مفروض تكفى على الخبر مجروف لحد ما التعبين كلها تظهر من جهورها لا تعبين ايه بقى خلاص مفيش تعبين الجحر اتكشف كل اللي جواه انا كان اهم حدا عندي ان اللي قضية ما تمشيش في سكة ان دخالي زابط مرتشع واللي قتل ومسجون عنده ودي حاجة تهميني برضا لا ارحمه لا ارحمه الله يرحمه ويريحه في قبر اهرب المهمف اللي جاي اللي جاي عندنا باشا وصلت لحاجة؟ ايه يا فندم ده ملف في كل تحركات هو اللي انا عرفت رصودها ايه ومعه جميعي اتصالاته لحد اخر شهر بالاسماء والارقام طبعا سيق بالتفاصيل هات من اخر واضح يا فندم ان انا كان على اتصال بكريم واشرف من بعد ما سابقوا الخدمة في الجهاز عندنا ومصحابه اصلا في العادي؟ المفروض لا بصوضح ان الولايه كان لكريم زلط كبير بدليل ان اتصال بهم كذا مرة اسنان ما كنا رايحين نعمل مدهمة على درويش وخياف المولد مصفورة ايه يا ايه ماشا وايه وحياة امي اللي احولك معك مع اسكرية وانت لو مش شايفة ان ده تهديه تبقى مختلة وانت مستريني اقولك ايه احبسك في قطة فرانة يا ابني زهدي ده اجبا رئيس تحريب في مصر خوف مش من زهدي يا خوف من اللي انت بتخبطي فيه انت وكشفه له وشك ايه يا وحشة مالك فيه انت خايف؟ ما تنتشف شوية سأله انا ما بهزرش امجد ادي بقرصته والقبر انا مش مستخن عنك بلاش تهويله النبي يا مصطفى بلاش جمع ان انت بقى وفهمين درويش موطوس في موضوع اللي هو اللي اتقتل والملف بتاعه اللي ايه جميله وسيادتك على العلاقة بيه وفي نفس الوقت بتنخرر امجد الديب اللي انا شغال في شركته يعني من اخر اللحظة اللي امجد الديب هيجمع كل النقط دي بقى انا وانتي هنتاوي قول بقى ان انت خايف على شغلك وعلى نفسك لا بقى انت تجننت فعلا وما لا عايدني اقولك ايه انا لحد دلوقتي مخدتش من درويش واحد في المية من اللي لسه جاي في الطريق ابقى غبية لو وقفت ولو انت حسس ان انا بقيت خطر عليك يا مصطفى ايه بقى سالوه بلاش الكلام ده انت عارفاني كويس طب خلاص ما تزعلش تعالين اقول انت ماشي شوية خلاص بقى انت وافضل معامل بقى. بحول التحية يا حبيبي تعال نريف جنبي خش خش ده مالا واش regular بي ايه ايه انا اتلزعنا ابليك اوه اتبعش حاجة انا زي الفول اوه اتبعش حاجة انا زي الفول اوه اتبعش حاجة الدبوس اتبع زي الفول وقتك عاول اي كريم بيش انت مش فهم لا عاكيد حسام حضرتني في المغة ونايه من فخني بس الله العظيم قد انت بطل بعد كل ده برده وجاب اللي احنا طلبناه مني بعد ايه بعد ايه عاشرة هو عشان ورعتين كده اتامين فينا كده بحيفة كده لحد امتى بطل بقى تدهي الوات بسيبه في حالك ايه ده وايه ده كل المعلومات المتاحة من صحاب الديمار متسجلة على مبال حازم درغام ده مين ده بقى بكر الدهان ايوه ده ايه حكايته بقى هتلاقي كل التقارير الكتبت فيه من كل الجهات بحكم اصيبه في شكل الادوية تقارير من امن الوطني ركابة الادرية نجاز المركزي حتى تقرر ايش ركتة موجود لا ازا كان كده بقى براو عليك اقول سادة رب اشتغل تحت ضغط جامد والله بطلع شولي ازاي الفولي طب الحامل ايه في موضوع التحيدة دلوقتي لا متلاقش هشوف لك انا بقى وسطة تمام جدا عشان لما تتنقى ما تتبه دلش بقولك ايه تحب تروح الموطر؟ يا ريت اه الواحد يرتاح هنقل لك الموطر العريش ايه رايب؟ لا لا عريش يا عبد خلي روح الوحات احسن اه الوحات جميلة تصدق الوحات وبعدين اللي هو شاو ايه لو كان عايش كان هتبصت اقول ان انت واحد الوحات وبزوما لانك كده ده الوحات حلوة اهلا يا باشا التلفون نور امورني يا باشا عنايا ساعة واحدة وان شاء الله هكون لناك اه بس يا باشا بعد اذنك يعني انا هقابلني بالزبط استيزو مواء مسي قمجد انا كان لازم شوفك بسرعة وبسرية تامة مش ينهيك لجقت للكبير الكبير قالي لك عزيز علي يا ابا وانا بالتالي هنبقى اصحابه خطب عزيز علي يا برده الله يخليك الحقيقة انا جمعت شوية معلومات عنك فعرفت انك رجل بزنس ناجح كتير يعني مثلا انت بالريلستيت ناجح بالاسمنت والاوراق المنقضية والفنادق السياحية ناجح والاهم انك ببودرة السيراميك ناجح انت بسم الله ما شاء الله اعرف انها كان كتير قوي انما للأسف بمجال الادوي والطب ومشتقاتهم ما بتشتغل فيهم ليه؟ نا مانيش علاقة بيهم ولا افهم فيهم كمان ومدام ما بتفهم فيهم عم توقف بطريقي ليه؟ اه بطريقي ازاي؟ لكن شو بدك بفايل متل فايل عين العفريط عين عفريط؟ العفريط الو عين بيعلم العفريط بالتحديد والله يا صديقي ايه؟ انا لا اعرف عين العفريط ولا يرجلنا حتى بيدا بيدا تمحتش المرور ولا ايه؟ سحلت في ملف بكر الدهان لو بلغت مرة دي يا بغتك انا برضو تسحلت في ملفة حزم درغام بس عفلت على نفس ما بالقوضة وسبت الدنيا تدرب تقليب قلت عوضة اشتغل انا مش عايفة احنا كنا هنعمل ايه؟ لما كناش خدنا نسخة من التحاقات دي قبل ما نمشي من القضية وصلت لحاجة؟ اسعب الزغبي اسعب الزغبي ده راجل بزنسمان لبناني بيشتغل في الأدوية مقار الشركة بتاعه بايروت وده كان حزم بيأمن له ايه بقى؟ حفلات هايفة؟ ايه يا سيدي بيأمن له مؤتمرات ايفنتات حاجات شبه كده واحيانا الحراسات خاصة لما بنزل الفندق شغله كله شرعي ايه الموريب بقى؟ الموريبين بتاعها أدوية وعين العفري ده وات غالبا اتكشفنا ان هو بحث توب وحزم درهام جوز بنت وزيرتي الصحة ايوة كده هو ايوة 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 اصحى وفوق بدأت تتفهمنا هو انا عمل لك فنجلها ومكافة قولي اعملتي مع بكر الدهانة ايه ده بكر الدهانة ايه ده بكر الدهان ده طلع حدو تفائت كل التوقعات مش حد بشها انا مش مصدق ان رجل بذكائك الحد ده يصدق ان رجل فايل ده ما هو المعلومات اللي انت حازم بتقول هيك؟ طب ايه اللي خليك تصدق حازم؟ مش ممكن يكون بيضحك عليك؟ حازم أجبا من انه يضحك علي متل ما عم بتقول او يكسب علي لانه قلو معي مصاري كتير يعني باللبناني لحيته جواتي ومال بتفسر ده باي؟ باعتقد انه درويش فوته باللعب وهو بكل غباء فت فيها بدون ما يعرف فيه دي قادرة صدقها يعني ما عرف درويش كويس شو بتعرف عن درويش؟ لها كتير كتير قوي 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 حاجة طول شرحها مش مجاله دلوقت خلينا في المهم اللي هو؟ اللي هو انا شايف ان احنا الاثنين وقفينو على ارض واحدة هدفنا مشترك هو ممكن يكون درويش وقعنا ببعض بس تعرف؟ ده خدمنا مش وقعنا ببعض شو اللي عم بيدور براسك؟ اللي بيدور براسك كتير بيلف ويدور ويلف ويدور بلغاية ما استقر وساعتها اقولك انا كل حاجة اللي هو؟ انا بفكر كويس قوي قبل اي خطو باخدها بتعرف؟ ده حتصير صديقي لاني بيحترمك كتير انا عرف الجيال اللي بيفكر كتير ابني حابل ما يحكي باجة باشة الصوفي اهلاً وسهلاً مش بحتاج طبعاً عودة ساعتك ومين يعني؟ طبعاً غني عن التعريف انا اعرف حضرتك من ايام اللي ما منزل يقوت اه اعوذ بالله وانت لسه شغال معاه؟ ايوه يا فندم وسبق وقابلت حضرتك اكتر من مرة في مقر المباحث الله 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 يعني انا هطلع ثوابق؟ لا 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 العفو يا باشة العفو طبعاً انا احنا معرفناش نمسك عليك اي حاجة تحب ساعتك تتعرف على الاستاذ راغب ولا ده برضو ما سكتوه تحري قبل كده؟ لا لا ايه بحيط استاذ راغب ده يعني حقيقة موسوعة يعني اسطورة بحسبية صراحة هو هو اللي اكتشف لنا وفكنا رموز حجر امجد الدين ياه امال استاذ راغب يا عيني يا عيني عليه يا عيني عليه يا عيني عليه يريد بقى ساعتك مع استاذ راغب في ركن كده هادي تخلقوا الملفات وتفروا فيها بقى مجير ماغزة يعني يلا بينا فضله 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 يا سمو حسن الموضوع اللي ما يحتملش تأخير الزابط نادر بتاع ما باحس الأموال ساعتك ما بيبطلش زن ويزن ليه؟ هو مسابط عايزي تاني ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا الضمير هو واجع وقال إيه بقدم نقول له مرهم يا أخويا طب أنا أتصرف معاه إزاي طبعا أستاذنا وتتصرف معاه ليه ده ديل وتم خلاص إدي أنا معلومات إدينا له فلوس هنرجع له المعلومات في بقه وناخد فلوسنا تاني لا يا باشا بس أنا عايز أرد علي عشان ما يعملناش شوشارة وكده تحب معليك أقول له إيه قول له أمك في العش والله طارت ويما يا أخويا عشان عندي شوش باشا باشا بعد إذن معليك الفضل يا باشا الأرقام المثبتة هنا غير اللي في الأصول تماما حاجة تانية خالص يا مرسو إيه ده إنتوا جبتوا كل الورقة ده من إيه مزباركة في درويش بقه طيب أنت شايف إن إحنا كده ممكن نبدأ منين بقى بصة باشا أنسب حاجة نبتدي بملفات الجمالك ده رأيه قاعدة لجناك دي الديب بآخر مصمار في نعش أمجد الديب يا ربي ما غير مقاطعة ما إن شاء الله ظابط شريف محاسب عقر ده هتا بالحجم ده كله يبقى خلاص المسرحية بتخلص والستطارة حتنزل أنا شفت نهايات كتير بالشكل ده يا صلى الله من بوقك ربنا يا رب الله أمال إنت عايز إيه إيه اللي في دماغك يعني كده يبقى مش فضيل لي غير حاجة واحدة بس إن أثبت إن أمجد الديب مش هو أمجد الديب هاي بابا إزايك بحشتوني قوي وإنت كمان يا حبيبتي ماما بخير أخيرا أنا قدرت تنام شوية بقى لها كتير ما أنا متش في حد جنبك يا نهلة لا لا أنا الوحدي في المكتب مفيش حاجة وإنتوا كويسين صوتك مش مريحة نهلة حبيبتي أنا عايزك تسمعيني كويس عايزك تخلي بالك من كل الحواليك ما تسقيش في أي حد غير لي من دمك أي حد يا نهلة أي حد مهما بنك منه الوشي الطيب اتأكديني تحت منه وشي تاني ما يعرفش الرحم توقع الغدر من كل اللي حواليك وهو اعتف تكري إنك عرفت حد بنسبة 100% ما حدش بيوريك منوش الحقيقي غير اللي عايزك تشوفين منه بس سنعين يا بنتي الخيانة عمرها ما بيبقالها مقدمات أبدا مهمتي كيف تكرت كل حاجة سعر الخير سعر نور سنعك منباد فضلوا أنا مستني لعدة دي من زمان عشان نعرف نرتب ورقنا لأن فيه مستجدات كتيرة بتحصل كل يوم وغير متوقعة ما هي الأمور كانت بتمشي بمساراتها الطبيعية وبكل سلاسة لو ما البعض اتصرف متل الضئاب النافرة في الواحد لوحده بس يا أسعد أنا مستني شقية حاجة من الدنيا كل اللي تم كان بعلمك وبطلب من الله صحيح صحيح بس فيك تقلي على شغلي تمت من خلالك بدون ما تتخربط طيب خلاص يبقى اللي تحسب بقى بالوراء والقلم يا يا جماعة مش عايزين نتكلم في اللي فات عايزين نشوف إحنا هنقدر نعمل إيه مس يا أسعد تقدر تقول لي إيه الأخبار الجديدة عن الفايل بتاع عيني العفريت؟ أنا اجتمعت بأمجد الديب وحكينا كتير الفايل مش عنده يعني إيه مش عنده؟ وبعد إيه انت متخيل لما تروح تسأله عن الفايل هيدهولك بكل يسولة قوليك تفضل الفايل أهو؟ انت مفتكر إنه هيدول الشعرات البيض طلعوا هيك من العمر؟ لا هيدول طلعوا عن خبرة يعني مني هيوي ولما بقول عن شغلي ما تشكك بكلامي أبداً لا مسيو أسعد حازم ما بيشككش بس عايز أقولكو على معلومة خطيرة إن الخطر بيقرب مننا على الآخر ولازم نشوف هنعرف نواجه إزاي أصدك إيه؟ أصدي إن الزاكرة رجعت للدكتورة نادية بالكامل كيف عرفت؟ النهاردة أنا بكلم معها في التليفون عارت تتكلم وتهكي في حاجات كده غريبة قوي لكن في نهاية المكالمة عرفت وبتحميني أنا إن الزاكرة رجعت لها أيها يعني افتكرت إيه بالضبط؟ افتكرت كل حاجة من اللي حصل من شهرين لغاية محاولة لاغتيال الفشلة طب يعني يعني إنت ما فهمتش منكلمها إنها ربطت بيني وبينكو في حاجة أو كده؟ هو ده اللي يهمك؟ والله يا دكتور أعتقد من كل واعت فينا في القاعدة دي هم ومصلحته بس؟ آه بس خلي بالك إن أنا لو قعت إنت كمال هتقع خلينا بالمهمة شو استشفيت من كلمة دكتور؟ حاليا مش تدير تعمل أي حاجة لكن أنا قدرت إن أنا لجمها وبطريقتي أنا شخصيا وفهمتها إنها لو تكلمت رجلها هتيجي في الدين بس نادية صوراجية قديمة وممكن بقى تهد المعبد على اللي فيه طب ولما أنت عارف الكلام ده من بدري كان لازمي تقول لها بع المكشوف بيظهر منك مدرك كيف مشت الأمور دكتور كان على صح لأنه لازم نخلص من معالي الوزيرة بس تي بدنا نخلص منها وهي بلندن بوسطها الحراسات المشددة وضمن المجمع الطبي إذا كنت أنت ما قدرت تخلص منها بالقائمة وبشارع مزدعم وإذا كان لابد تعيش فمن الأفضل تعيش هي وخايفي منها تبقى تخاف مني؟ هي مش متورطة في حال إذا دعت أنه منا متورطة فالقانون بيقول البينة على من الدعم عارف كيف؟ أنا كنت فاكرة أن أنا من كتر الصدمات اللي أخدتها الفترة اللي فاتت زي هبطلت وجهة تالي المرات دي غير كل مرة المرات دي أحس أن أنا ظهري تقطم أعرف يا رهام لما تحس أنه كبيرك وسندك واللي أنت كنت تتكلي عليه في كل حاجة واللي كان بالنسبة لك أكتر من أبوكي تلعب الحقارة دي؟ أنا بصراحة مش مستبعبة الله يكون فاونك يا بنتي ما عارفش أنت هتستحميلي إيه ولا إيه؟ أنا مش عارفها أنا مش عارفها يا رهام أعمل إيه؟ أنا مش عارفها هزعل منه؟ ولا منها؟ هزعل 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 بصي ما تتعبيش نفسك في التفكير أنت عملت كل الصح اللي تقدري عليها أنا اللي مش قادرة أفهمه الناس دي بتعمل كده ليه؟ هياخدوا كم في الآخر يعني؟ هياخدوا كتير بل بل شهاتين شهاتين ريحة بمشبعوش بمشبعوش خالص بقولك يا نهل أنت مش صحة أبدا تسيبي نفسك للحالة دي أنا قريبة منك جدا على فكرة إيه رأيك؟ أعدي عليكي أخدك؟ ونغير جوي شوية لا حزا واحد يا رهام لا حزا واحد حاضر فيدي؟ أعوزت قبل لحضرتك برا طيب يا رهام طيب هشوف اللي جاي واحكلمك دا باي باي موسوار؟ أهلا وسهلا أهلا فيكي سوري مادام نهلة جاي من دوم موعد بتمنى ما كن ضيقتك نهلا خالص نورتي ايه؟ تفضل أنا دكتور قالين خباس جاي من بيروت تقابل معالي الوزيرة والدتك بس طبعا لما نوصلت عرفت أنه هي بلندن عم تتعالج الله يشفية؟ رحت لعنديك عالبيت ما لقيتك عطيوني عنوان من مكتب للصراحة أنا جاي بركة فيك تساعديني فضاليا قدر ساعدك في ايه؟ أنا جاي من طرف شخص ما بعرف إذا بتعرفيه أو حتى سامع عنه هو مين دا؟ زين؟ زين الساعدة؟ زين الساعدة؟ واتفقت بقى ساعدتك مع الأستاذ راغب على ايه؟ يعني ايه؟ خطة اللعبة مع قامجة الديب هتمشي زيليل احنا هنمشيله في موضوع الجمارك اجي وقبل ما يفوق من موضوع الجمارك نفتح له ملف بودرة السيراميك ثم اللي وارا بودرة السيراميك دا طبعا بالتزامن مع موضوع أرض المحافظة لا دا انت كده مش هتعلق له يا باشا دا انت كده حيفتحوا لك جهاز مباحث خصوصي عشانك البركة فيك بس أنا كان عندي استفسار تؤمرني اللي واشا والله يرحمه الله يرحمه يا سيد ديب كان قالي ان كل القضايا اللي هتوصلني عن قامجة الديب مجرد تمهيد لضربة كبيرة انت عندك فكرة كان يقصد ايه؟ عندي وحاجة هزها لك واحد اتنين ثلاثة أربعة خمسة نوبة خمسة السلام عليكم السلام رمض الله وبركاته الاستاذ فتح الديب برضو مش كده اقم هو المكان كده يعني بيفضل مهوي كده على طول ولا انا متهيع ليه؟ يعني ساعة انصراع والناس كلها مشيت حلو قوي عشان اعرفوا كده بقى نتكلموا مع بعضينا براحتنا يعناني المباحث هتبعتلي عشان تسألني اذا كان عم حسين عب لطيف الله يرحمه خلف ولا ما خلفش جبل ما يموت وشان يا مغير مؤخذ يعني بقولك ان الموضوع بسيط طب المغزة يعني اللي اسمه قام جديد حيستفاد ايه؟ ان ينسب نفسه لعم حسين عب لطيف الله يرحمه والله بقى هم بقى يدوروا زي ما بيدوروا احنا مغير مؤخذة بنساعد باللي ربنا سبحانه وتعالى بيقدرنا عليه لما اخذة يعني لما اخذة انت ايه صفتك بالقصة دي؟ والله انا راجل دايما باجي لورا الحق واصلك انك زي كده يعني ايوا 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 زي بس الموضوع دا فيه جلج وسين وجيم وانا ماليش بالمشاكل داي شو بقى دي شهادة حتتسئل عليها قدام ربنا وحيحسبك وان طلعت منك بما يود الله لك ادرك عندك وعندي اللي مغزة يعني مش فاه ايه فهمت كده؟ ايه دي؟ فلوس؟ لا انا مش عايز فلوس علش؟ يعني انا انا عارف انك مش عايز فلوس يعني ما فيش حد فينا عايز فلوس بس يعني اهو رزق وجال حد عندك يا اخي بكرا ان شاء الله حيستدعوك ان طلعت منك شاهدتك بميرد الله لك عندي زيهم موسيقى 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 ايه يا استاذا درويش انا عايز اقبلك خير في ايه؟ يا حيات كتير قوي حصلت انا محتاج ااخد رأيك فيها موسيقى بس انا بحارب في جبيحتي لوعتي ما عنديش حد خالص هتسجد عليها موسيقى وتفتكر يعني انا اللي حاضر اساعدك انا مش عايزة من مجر النصيحة موسيقى وافتكري يا درويش من انت في يوم ما تدام كنت لوحدك واحتاجتاني من غير حد ما تعرف اذا كنت حد قدرت تسجد عليها لأ موسيقى وانا جيت لك وفضلك انا فعلا بحتاج لك موسيقى 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 متشكري قوي ان انت جيت شكري على ايه؟ انت لكي دين فرقابتي وحقي اني قوي فيه خير ماما فتكرت كل حاجة موسيقى قبل ما ما نعرفه أي حاجة يعني من الأمورة ما نقولت لك يا دارويش دكتورة إليم أهلا وسهلا حصدنا الشرف بس مين برضو الحيثية يعني بتصور لازم خبرك القصة كاملة تتعرف شو علاقتي أنا بالموضوع خبرين القصة أنا متفاجئ أنك حتى ما بتحاولش تنكر وهيفيد بها الهنكر أنت قلت الحقيقة واضحة زي الشمس الله يرحمه ويريحه في قبر يا رب المهمة في قدية اللي جاية عندنا باشا سأله أنا ما بحذرش أمجد الديب قرصته والقبر بلاش تهويله النبي يا مصطفى مصدت الحاجة أسعد الزهر مين أسعد الزهر لكان شو بدك بفايل مثل فايل عين العفريط عين العفريط كده يبقى مش فضيل لغير حاجة واحدة بس إن أثبت إن أمجد الديب مش هو أمجد الديب يعناني المباحث هتبعتلي عشان تسأني إذا كان عم حسين عب لطيف الله يرحم تخلف ولا مخلفش جاب يبا يموت مين؟ ماما فتكرت كل حاجة عايزك تخلي بالك من كل اللي حواليك ما تسقيش في أي حد غير اللي من دمك أي حد يا نهلة أي حد استنيك من بادري أنا جاية من طرف شخص ما بعرف إذا بتعرفيه أو حتى سامع عنه هو مين دا؟ زيان؟ زيان السعدة؟ قبل ما ما نعرفه أي حاجة يعني من الأمورة؟ ما نقولت لك يا درويش دكتورة إليم؟ أهلاً وسهلاً حصدنا الشرف بس مين برضو؟ الحيثية يعني؟ بتصور لازم خبرك القصة كاملة تتعرف شو علاقتي أنا بالموضوع خبرين القصة السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا يعني أحنا مش عارف أبدأ مين يا فنم الله أنا ممكن أساعدك اللي أنا فهمته من الإيميل اللي إنت بعضته لي إنك عامل البحث وقدمت لوزارة البحث العلمي ورفضته لا يا فنم بعد إذنك هم ما رفضهوش هم بس أقلوا لي يعني إن الإمكانيات اللي عندهم ما تسمعش لأنهم يعني صرفوا على أبحاث التانية ورح لهم خلال سنتين طيب ممكن تفهمني أكتر يعني إنت بتقول إنك اكتشفت علاج جديد للكامية من وجهة نظري هي اللوكيمة ملاش علاج قديم بس يا فنم أنا بقى لي سنتين شغالة على مادة فعالة بتروح للمرض وتعالجوا من جدروا حياتك أنا اكتشفت إن المادة دي موجودة بالتحديد يعني في بزر تاني العفريت لا لا سمم أجيها واحدة يا بطول إيه؟ يا فنم من بزر تاني العفريت اللي هي بتتباها أنت العطارين اللي بيستكدموها بقى يعني في البخور في البيوت والله يا فنم أنا لانا دجال ولا مجنون يعني أنا مش استير علوم ورسالت الدكتورات بتاعتي إن شاء الله هتكون في المادة دي بالذات طيب ممكن تفاهمني أكتر المادة اللي إنت هتستخلصها من عين العفريت هتعمل إيه بزر؟ بتروح بقى حالتك للمخاع وتأثيرها بيكون مباشرة عليه يعني بجرعات محددة وفي خلال ست شهور النخاع يقدر ينتج قرادة مبيضة جديدة سليمة مية في المية وفي خلال سنة إن شاء الله إن شاء الله يكون المريض خف تماما يا فندم أيضا بس دا الله يا فندم أنا دي توقعاتي على حسب إنكمياتي والفرام بقى اللي أنا جربت عليها أنا كل طلب من حضرتك إن حييتك تحطيني عالطريق يعني مش لازم سنتين أنا بتكلم عن صحة ملايين يا أه يعني ليس مزين دا؟ اخترع علاج ليس سرطان؟ لا هو كان بيعمل أبحاث علشان يوصل لعلاج السرطان بس هو وصل لمرحلة إن هو محتاج حد يساعده بص دروش أنت عارف إنه الأبحاث دي مكلفة جداً بتبقى محتاجة إمكانيات كبيرة مش موجودة غير في مراكز متخصصة مش ماقول واحد بطوله وقدر عليها أمم قام الاسد للوالدة بعتته لشركة الدوة بتاع بكر الدهان لأ مش بالزبط كدة وراح لباكر عشان يعرض عليه الأبحاث تاني قاله سبها لي هعرضها على لجنة تقيمها زين خاف خد البحث ورجع على ماما وقال لها أنه هو قلقان على فكرة ماما ما كانتش تعرف باكر الديهان كويس الله طب لما هي ما تعرفوش بعتته الواد ليه هي بعتته ليه الشركة بحكم أن هي شركة حكومية وعندها مركز متخصص وهو قابل باكر بحكم منصبه لكن لما رجع لماما وقال لها على اللي هو حس أنه هو قلقان هي قررت أن هي لازم تسأل وتفهم واضح أن زين الساعدي قدر إفهم باكر الديهان بسرعة يعني إيه وارد من باكر ياخد البحث من زين يبيعو الحد تاني الحقيقة هو عملها مع ناس كتير قوي قبل كده إيه ده عملها قبل كده ولسه في منصبه شوالي جده لسه طيبة يا نادية هانم يا معالي الوزيرة اللي يقعد في منصب حساس كدير في الحكومة لازم يكون مقامل نفسه كويس إيش رشاوي إيش عملات إيش دهليز إيش حاجات من تحت الترابيزة اللي زينا مدهمش أبدا في الحاجات دي والله ربنا يخدنا منها على خير أنا رأي أن الولد ده لو قاعد في مصر حتى ولو ميت سنة محدش يعمل له حاجة إحنا بقى بمجموع علاقاتنا بشركات الأدوية اللي برا ممكن نزوقه في أي شركة يقدروا يساعدوه بكده من الأخدام ناخد متر عمر إيه رأي ساعدتك؟ دكتور منتصر كان قصوعة في شركتنا ناخنا طبعا آه السانيورة نطقت ما أنا قلتلك أن رح أحكي بالجزء اللي أنا إلي علاقة فيه طب ممكن أعرضك بقى يعني تفاهميني بس مين حضرتك بالضبط؟ أنا دكتورة متخصصة بالكيميا البيولوجية بشتغل مع شركة أدوية عالمية مالتي ناشنال مقر الرئيسة بإلمانيا ومكتبة ببيروت هو المسؤول عن الشر الأوسط صالع النبي صالع النبي طبعا أنا شغلة ما قالوا عليها أبدا بالشؤون الإدارية بس بما أنه صار لسنين بالشركة من الطبيعي أن أعرف شوية معلومات معلوم طبعا ده غير مؤاخذة يعني لو فار في خرابة يومين بيعرف مزانيقها وزواليقها مرح عليها شوية درويش في إيه؟ لمؤاخذة 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 أمورة لمؤاخذة ولا يهمك طبعا من الأشياء اللي عرفتها عن الشركة أنه بكل بلد بنتعامل معه في عندنا شخصية كتير مهمة ووضعه وكلمته بالبلد طبعا طيح يخلص لنا الإجراءات الروتينية آه والرجل بتاعك في مصر هو الدكتور منتصر بالذك طبعا دكتور منتصر عارف كتير منيح أهمية هيدا البحث بالمسبلة الشركة خاصة أنه أكتر من أربعين بالمئة من إنتاج الشركة بيروح لأدوية اللوكيميا فكننا لهيك عرفنا على زين وطبعا نازلت زين على بيروت كانت بس تحضير للخطوة اللي جاية خلال أيام رح تكون الفيزا تبعتك خلصت ورح تروح عمقر أبحاثنا ببرلين طبعا رح يكونوا سعداء بالتعاون معك وأنا سعيد بوجودك الله يكرمك يا أستاذ أسعد أنا مش عارف أقولك إيه والله طبعا إقامتك هون أنت رح تكون على حسابنا يعني ما في شي من قيمتك وكل طلباتك أهلا وسهلا فيك والله يعني ده كارم أخلاق زيادة يعني يا كابحة ده أنت وراء الشراوة يعني هتعملت معك دي بس أنت كده بتكسفني يا أستاذ أسعد يعني كان ليه عندك طلبة نعم تفضل إيه زيد فضلك أستاذ أسعد يعني عايز بس وإنتوا بتكتبوا العقد بيقوقتوا فيه بس بوضوح إن لو البحث طلع تمام والمادة طلعات فعالة إنه يتوفر في مصر بس يقوقها بسهر التكلفة مممممممممممممممم أنا اللي هراجع مكتب الشفول القانونية عندنا وإني طبعا اللي هكراجع البروتوكولات اللي بين شركتنا وبين الحكومة المصرية خير مممممم 33 لا معلش يا أستاذ أسعد يعني أنا لليه ده ولا بروتوكولات ولا بانتفاقات بينك وبين الحكومة وبعدين أنا ده شحرط الوحدي ولو مش عجبكو أنا أخد شنطاتي أرجع بلدي أعادة أسعد بيه يعني روء روء يا دكتور كل شيء رح يمشي متل ما بدك بس انتم بقى بقامرة ايه كنتوا داخلين بقلب جامد اوي كده دانتم على حد قولكم الراجل كان جاي ببحث لسه ما كملوش ويا عالم لو كمل كان حيجيب نتيجة ولا لأ ايه بقى لفتكم عليدي جات منين استاذ درويش زين ما كان اول باحث بالعالم بيشتغل على بزريت عين العفريت وبيقدر يوصل للمادة الفعالة اللي بتأثر على انخاع الله يعني يعني الدواء ده موجود ولا ايه لا لا ملاحق يصير موجود من سبع سنين كان فيه باحث اندونيسي تقريبا قدر يوصل لنفس اللي وصل له زين ببحثه كمان عن طريق بزريت عين العفريت طيب هو راجل ده عمل ايه اختفق ايه اختفق يعني ايه اختفق يعني اختفق فيه ناس بتقول انقتل فيه ناس بتقول انخطف يعني فيه كتير كلام بدور بكواليس صناعة الدواء بس ما حدا بيعرف وين الحقيقة ما حدا بيعرف وين الزرم هم والراجل ده كان بيشتغل معاك انتو برضو لا بيشتغل مع شركة منافسة لشركتنا كمال هيك لما انتعرفتنا على زين كنا عارفين كتير من يحقيه متل اللي وصلوا بالاول طبعا كنت بفكرة ان الشركة رح تستغل الفرصة وتجرب تعمل دواء فعال بس للأسف ما كنت هاي دي نيته لما نعرفت بشو عم بفكره قررت طبعا ان حذر زين خطر انا مش فاهم حياتك جبتيني هنا ليه يعني كنا ممكن نتقابل في الشركة او نتقابل في الوبل هوتيل يعني لانه بكل بساطة ما بدي حدا من الشركة يعرف ان شفتك ايه ولي انا مش عارف ان ليه شوف يا زين انت شاب محترم وبرأيي طبعا انت باحث عظيم وان شاء الله رح يكون عندك مستقبل كتير مهم وبيزعلنا انه بحثك يقف عند هيد المرحلة اللي وصل لأ الى لأ ما عليش افهدنا بساني واحد يعني انا انا مش فاهم طيك رح فاهمك انت منك مستقبل برليه ولا رح تروح تكمل البحث طبعك بالمركز التابع لشركتنا متل ما مسيق اسعد فاهمك اوكي انا الاسود ليه هو انت غير ما عندكمش ميزانية لا 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 الموضوع ما قلو عليه قلاب الميزانية ولا بالمسارك بكل بساطة بسيق اسعد بديو ياخد البحث ويقال باي زين سيو قاله معك ويحط عليه اسمه يا خيه ليه بديو يحط عليه اسمه يا زين بليز ركز بديو ياخد البحث ويكبه يخبيه بالجرور ما بقى في بحث لا حول ولا قوة الا بالله طب يعني ليه يعني ليه انا معرفوش قبل كده وبعدين يعني فيه عدوة ما بيننا يعني عدوة بابل الطاق كده زين زين بليز افهم بليز ركز معي هيدا اسمه بيزنس ما قلو عليه قلاب الصداقة ولا بالعداوي شوف يا زين تقشرح لك يا هاستب باستب اوكي هيدا البحث اذا كمل واذا طلع عن جددوة بيقضي على اللوكيميا متل ما المفروض انه يصير بيوقف اربعين بالمية من انتاج الشركة يعني تقشرح لك احسن من هيك الأدوية الحالية اللي عم تنتجها الشركة بتوقف يعني هيدا الأدوية مرصد لصدين بالسوق اذا انصحبت من السوق فيه خسايا مالية كتير كبيرة فهمت؟ ولا ما فهمت؟ يولا الكلب لا مغزة مش انتي يعني هما دلوقتي عارفين ان في بحث ممكن يجيب علاج للناس اللي بتتقطع من المرض ده ومش عايزين يعملوه طب ليه؟ ما هما اللي حينتجوه وحيبعوه وبرضو حيكسبوه لا بالنسبة لقلهم بهايد المرحلة بالزيت هيد خسارة كتير كبيرة يعني الأدوية طب عدت للشركة حتى لو ما كانت كتير فعالة هي الحل الوحيد مقلة بديل طب ما المجدي معاهم وهو؟ ما يشتغلوش عنه ليه؟ هلأ ممكن يشتغلوا عليه بعدين ما بعرف انه بعد عشر سنين بعد خمسة سنين بعد عشرين سنة ما بعرف الله أعلم أستغفى الله العظيم يا رب طب الغلبان بقى اللي اسمه زين ده عمل ايه لما عارف بالمصيبة دي؟ ما كانش قدامه حاجة يعملها غير انه هو يرجع يكلم ماما تاني عشان يحكي لها على دور أمك الملتصل اللي عمله اللي حساب الشرح ماما ما صدقتش في الأول وقررت تدور ورا كلامه عشان تتأكد ولما جابت كل تعاملات الشركة تي مع وزارة الصحة عارفت ان زين عنده حق تسهيلات كتير غير قانونية كانت بتتم بأمر مباشر من نائب الوزيرة اللي للأسف كان محل ثقة عامية من الوزيرة وما كانتش بترجع وراه انا عاوز ارجع مصر ليه حدا ان زعلك او حدا لعملك شيء؟ ياو استاذ اسعد انا بقالي هنا ازيد من اسبوعين ما عاملش هيغرقيني بقى كل قوبة نام وبعدين قلتلي التأشير هتخلص مفيش حاجة بتخلص وكل ما اسألة عليك يا في اجتماع يا مسافر طب انا ايه لازمتي وبعدين يعني ما تزعلش مني يعني انا اخد باسبوري ارجع الجامعتي وبعدين يعني انا جاست خلصت ده تعطي المصالح والبحث ما بدك تكمله؟ والله لما تفضولوا ابقى ارجع يعني لبنان قريبة مش بعيدة انا ما انا مخدتش وقت عشان اجي طيب انا في عندي لك اختراح انت تمضي العقد معي وتسلمني نسخة عن البحث وبعدين انت تسافر براحتك على مصر وتكمل جامعتك ولما فيستك تخلص بيكونوا بنفس الوقت العلماء تطلعوا على بحثك وجهزوا لك المعدات اللي لازم تشتغل فيها بترجعوا بتكمل بعثك لا معرفش انا لهم دي عقد ولا هدي ابحاث اديني باسبور يا استاذ اسعد واسبنا ارجع بلدي لا يعني ايه؟ انت دكتور طيب يا دكتور وما عندك فكرة بيظهر عن شغل الشركات الانترناشنال اولا هي غير شغل الشركات اللوكل اللي عندكم بالمصر شركاتنا وراهم تجار والتجار وراهم سياسيين بيحموهم وبعدين في ناس لو عرفوا انك انت معنا وتركت مش رح يكونوا مبسوطين منك ابدا مش رح يكونوا مبسوطين منك ابدا مش رح يكونوا مبسوطين منك ابدا فنصيحتي إلك رجعي على القتل خوت شاور عشاء خفيف واعموه للبداكية وحط راسك ونعمة تهديد كان واضح وصريح زين كان لازم يفكر كتير منيح قبل ما يعمل اي خطوة طبعا بالاول رحلة السفارة المصرية ببيروت مركب يرجعوه على مصر من دون باسبور بس اسعد طبعا كان عامل لحساب هيد الخطوة ومحضر حاله عنده عيونه وين مكان يان غرسود يان غرسود شركة الدواء دي والاعصابة لا مافيا مافيا استاذ دربيش كمال هيك زين كان لازم يهرب منه بس طبعا قبل ما يهرب كان بده يؤمن البحث طبعه فقرر يعمل ديليت للفايلز من بعد ما يبعد للوزيرة نسخة عنه وطبعا حط باسبورد كتير صعب انت ما حدا يفوت عليه غير وهو انت هاتي ليلي دلوقت طارق العيني كان حيبيض جنبه وانت يعني ست والدتك الوزيرة بكل هيلمانها ده ما كانتش قادرة انها هتحميه ما هو ده فعلا اللي هي حاولت تعمله انت يا منتصر انت تعمل كده انت كنت ضميري التاني كنت واقف معايا في كل حاجة كنت بتقولي الغلط مصح ليه؟ ليه تمديدك في الزبالة تقول منها ليه؟ ايه دي يا نادية واضح ان انت مش فاهمة اي حاجة لا انا فاهمة وعارفة كل حاجة انا كل حاجة شفتها بعيني ولا شفتي حاجة ولا اي محتاجة وده بقى لحضرتك واللي انت شفتيه ده اقل لالف مليون مرة من اللي غيري بيعمله واللي انت مستكتراه علي ده غيري عمل زيه ألف مليون مرة وعدة منها وبقى كبير من كبارات البلد كل حاجة بعدت وبقت تمام واللي انت بقى فاكرة ان انت وطنية بقى وترفع شعالات الوطن ومحبة الوطن والكلام اللي كنا بنعمله على يوفط انتخابات النقابة لا اصحي وفوقي اللي هو ده راح للبلد وقال لهم عايز حق قال له تعلننا بعد سنتين وانت عارفة في قرارة نفسك انه ولا بعد عشرين سنة اي حد هيقدر يساعده واللي بيفكر بالطريقة اللي انت بتفكري بها دي احسن له انه هو ينام ويدغطة ويحلم انما انا بقى صحيط يا حلوة من النوم انا مش مصدقة بجاحتك يا اخي لا بقى دي مش بجاحت دي الحقيقة اللي انت مش قادرة تشفيها وخلي بالك لازم تعرفوا ان البلد دي طول عمرها كده وهتفضل طول عمرها كده بس بس مش هيناسمع حاجة كفاية اعرف بقى هي كلمة واحدة تسمحها وتنفزها زين لازم يرجع وإلا وديني وما أعمد لكون قلب عليك الدنيا انت والحسنة اللي انت شغال خدام تحت رجليه وصدقني ساعتها مش هتبقى قضية تربحه بس ده انا حصحي حادث الدكتور ياسر دكتور ياسر بتاعم عمل تحليل الوزارة اللي وانا بقلفه وراءك اكتشفت ان يوم الحادث كان المفروض يكتب تقرير عن دوة من أدوية العمال بتوعك لو انت كنت فاكرة ان انا ورا الحادثة دي برضو انا خلاص مبقيتش صبعد عنك أي حاجة ة دام عرفتي كذا بتتعاملي معايا ليه ما انت وردت نفسك بنافسك كده بقى المحكمة اتنورت يعني المعافن اول ما عرف ان السته الولد بحتهدده قرر انه يخرسها عشان ما تفتحش بق�تها صح؟ غالبا هو دا اللي حصل طب من غير مؤخذة يعني ثانية واحدة بس يعني زين معافن ده عرف ان البحث على التاب بتاع ستة الوالدة زين بالليل اللي هري فيها من أسعب لقيوا السلولار طبعه بالقودة بالقوتال طبعا صبع كان كتير مرعوب ملاحظ انه واقع منه وما كان كتير صعب علي ان يعرفوا من المسجز اللي بينه وبين الوزيرة انه بعطل البحث يعني المعافن والواطي اللي هو غير مؤخذة يعني جوز حضرتك اتفقوا مع بعض على ان الواطي يقلب له التاب بتاع الوزيرة بس عشان حظهم لسود التاب بتاع الوزيرة اتبدل بالتاب بتاعت ما هم عشان كده سرقوا الموبايل بتاع أماما وابتدوا يجروا ورق هم ها هيا الى يما هيا الى يما طيب طب دلوقتي ما شاء الله يعني يعني ما شاء الله الستة الوالدة بسم الله ما شاء الله يعني فائد وافتكرت كل حاجة يعني 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 المعافن والواطي قدامهم لسجن ابو زعبل كلمة واحدة من الوزيرة ما هدف على ان انا كنت فاكراه بس الاسعب عنك المنتصر المعافن المعافن كلم ماما مبارح ولما عرف انها فائد عددها بشكل صريح وقال لها ان هو هينكر وحيشهد هو اللي معاه ان هي اللي رتبت كل حاجة مع شركة الادوية وهي اللي بعتت لهم زين السعدي احيل احيل ده ايه الفجر ده ايه الفجر ده الامل الوحيد اللي هيخلي ماما تعذب الازمة اللي هي فيها ان زين السعدي يظهر ويرجع تاني ويحكي على كل اللي حصل وزين مش قادر يرجع بيده تديك يعني المشكلة اكبر من هيك بكتير الموضوع مش بانه زين يرجع او ما يرجع زين مرعوب خايف بعد اللي صار مع الوزيرة بعد محاولة اغتيالها بس خلص صار عنده ساقة انه ممكن يعملوا فيها يلا شي هيه يعملوا شيء شرر 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 يلا فيه حضرتك يعني بتخميني يلا شيء ولا شو فكرة انه هو بتقري افكاره ولا ايه يعني لا انا بس ببساطة عاملك اللي هو قال لي اياك اللي هو قالك اياه طبعا اللي قللك هي ازاي يعني انتي مش بتقولي انه هرب هو هرب من اسعد بس ما انا مخبيته عندي اليوم زين كل اللي بدو اياه ياخد البحث تابعه ويجرب يهرب باللابنان على اي بلد اوروبا حتى لو في طريقة اللي جل يعني يعني حضرتك دلوقتي عايزة ان زين يرجع عشان يشهد في صف الست والدتك وزين نفسه عاوز ان حضرتك تبعتينه البحث بتاعه عشان ياخده ويخلع عرفت بقى انا لجأتلك ليه درويش انا مش عارف افكر فضل سيف باش اهلا زكا في بيه جاي لوحدك يعني النهاردة اهلا مش معقول حجر جر امجب بيه في كل استدعاء يعني حضرتك سيادتك حضر وكيل عم اذا كانش عندك مانح طالما بالقانون اكيد ما فيش مشاكل توضل استريح خير يا باشا هو فيه جديد في اقوال المحافظ خلكوا تطلبونا لا محافظ ايه بقى موضوع ارض القاهرة الجديدة مسكوا زميل تاني لحد ما الاقوال كلها تتجمع وكله يطلع على منيابا انما في الحقيقة فيه قضية جديدة خالص حضرتك جاي فيها افندم هي في الحقيقة مش قضية واحدة هي زي ما تقول كده كوكتيل قضية وانا شايف ومتأكد ان النهاردة مش هيكفي علشان نتكلم فيهم كلهم علشان كده أنا عن نفسي سايب لك حرية الاختيار علشان تقول لي تحب نبدأ بأي قضية فيهم النهاردة بعدين يا درويش اعمل ايه؟ ولا بعدين ولا قابلين هو ما فيش قدامك غير حل واحد انك تسافري للجدعة لسموزين ده وتربطي دماغه وتقنعيه وتجيبيه معاكي انه يشهد في صف الست الوالدة طب افرد اني سافرت له ومارضيش جميعي لا هتعرفي اول ما اعرف انك جياله ومعاكي البحث بتاعه حيقاملك انما انا بقى مش قلقان من اليسموزين ده مال انت قلقان من مين؟ انا قلقان من الزغروفة اللي قتلينا من لبنان دي ماشي بدي اقود ماشي بدي افهمشي قلت له وقال لي مش عارف يعني كقلبي كده مش مش رايح يعني مش عارف هي بتقول الحقيقة ولا لأ ما يمكن كل اللي حاكتهن ده عشان تسلت منك البحث وتبصيل اللي اسموه اسعد لك لا 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 انا حاسة ان البنت دي فعلا محل ثقة البيت ام الثقة دي اللي انت عملها الترطش بيها ع العالم دي كلها ثقة ايه؟ دي انا من ساعة معرفتك وانت اللي لم نزلت رفع عليك من كتر الثقة اللي انت وثقة فيها في الناس ايه؟ ده ما انا وثقت فيك انت بتثبتيني يعني ولا ايه؟ ومش انت برضو اللي قلتلي كل ما لايه قدامنا حي تسد نحاول ندور على مخرج كل ما نقابل نسوه حشين ندور عكوايسين انا وردو اعطيلك كده ايو انت قلتلي كده يعني يمكن يعني يمكن فلحص الضحف والله حقيقي على عموم ربينا معاك ربينا معاك تتاخذ البحث تتسافري معها يمكن يكون خلاص امك على دين الوضع الغالبان ده اللي احنا مش عارفين اراضي فين اه يا رب سلمت اهدتك لا هز على المكان اهو عم دروش وصفيت صفيت البوفيه ما خلتش ووكلت نصي بكون ربنا هسمحني ان شاء الله عشده نص بس ما خلتش حاجة ما شربتوش حتى الشعال اقدر اللي انا ما بطيهوش شربت منه مجي الوداع مجي الوداع المهمة ما تكونش نتوارت كلمة كده ولا كده وانت ماشي عبعة ما ترويش انت بتتعامل مع جسوس محترف من البيت للجسوسية ومجسية البيت رفت الهجان بسلامتك تك القرف فيك وفي ريحة رجليك ايه حطر ميت في الجسمة جريحات ترويشة ايه ايه بعدالة ايه بعدالة يش ده انتو لو بستشاغلوا في طابونة عيش ببتو احترمتوا صاحبه اكتر من كده لحيانت شاغلوا في قضية انتو مسبعدين نعملها عساسًا والجاند واحد زميل ليكن ويخون رؤساؤه في الشغل لحسابكم وتعطالوا إلى الابضع على الارهاب الهارب من العدالة ده انتو للمحاكمة العسكرية شوية عليكم. ديني فرصة فنم اوضح لحضرتكم. وضح ليها فاشل من وكيه. انتوا موقفين على العمل. تحاوليني التحقيق. السيدة وبقى لما تخرجوا من الداخلية تخرجوا منها على خير. نتنشش فيك وحكم. ما عليك احنا كنا عوزين. برة. اظن كده شبكتك اتمالي تباشى. وان اوان لمها. الشبكة مليانة انا بس في سبكة منشار عمالة بتنخر في الخيوط عايزة تطلع بقية السمك كله لبرة. قزي ساعتك ايه يعني? فريد مذكور. طول عمر اسمع ان الرجل ده عقر. لكن لما عدت معاه وشفته شفته اكتر من اللي اسمعته بكتير. الله 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 الله. ما تقديش بقى اللي ممكن يخلص امجل الديب وكل اللي عملناها. بيخلصوا خالص صعب. انما ممكن جدا ما نقدرش نوصل للي كنا عوزين. بالساعات بتسمع عن فضايح فساد. اصحابها بيختفوا سنة او سنتين محدش يعرف عنهم اي حاجة. وفجأة يرجعوا يكملوا حياتهم كما لو انا شيئا لم يحدث. انا خايف ان اللي يحصل مع عامجة تبقى حاجة زي كده. ايه باش يا. بس اللي معانا مش فضايح. لحنا معانا مصايب بالمستندات. فريد مذكور يقدر يحول المصايب لفضايح. والفضايح للخناقات والخناقات لسوق تفاهم. وسوق التفاهم يصيروا يتصلح. بس خلي بالك. السلاح ده مفيهوش غير رصاصة واحدة. لو مجاتش في مقتل ممكن تبقى مصدر الخطر. ما تقلقش. السلاح ده لعبتي. هم حاجة تشد دراعك كويس وتسحب المشت بهدوب. وتكتم نفسك. عشان ما تتهزش وانت بتضغط على الزناد. نشط حسنا دورتي فريدي ايه هتفضل بسس لكده كتير انت مين سؤال غلط معقول معقول رئيس هيئة الدفاع عن قمجد الديب ومحاميه الأمين وكاتب أسراره ما يعرفش أنا مين انت دخلت هنا ازاي سؤال صح بس سازق حبتين محدش من غير مؤخزة يسأل الغول انت دخلت هنا ازاي اقول اعذرني اصلا انا مش متعود اجي باتي الاقي واحد ارهابي مستنيني في الضلمة لا بما انك من غير مؤخزة محام الشيطان لازم تتوقع اي حاجة انت عايزي انا عايزين نعود وندلدشه مع بعض شوية ونخشه في الموضوع عشان نسبوك وتستلعيحه كلام جميل جدا الواضح انك واخد راحتك قوي اعقل 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 وهدى اعقل ما تخليش المفاكة تطير مخك ما يخلصنيش انا المدام والولاد يرجعوا من السخنة يلاقوا باباهم في حالة مش حلوة ايه دا ايه دا بسم الله الرحمن الرحيم ما هو اكبر ايه دا بس اعايزك تبقى مروع متزعنيش هو قا تزعني ما عايزك بقى ايه تركز معايا وتسمع كده اسمع ايه شه ما قولك تسمع تسمع ما تقطعنيش تسمع امسك يا سموحسن الموضوع اللي ما احتمشتها خير الزابط نادر بتاع ما بحس الأموال ساعتك ما بيبطلش زنة ويزن ليه هو مش عبط عايزي تاني اه الزار كده ما عليك ان ضمير هو عقا ايه كده ضمير دي ما كنا قفلنا الموضوع ده ايه مش بتشبه على صوت ده ولا حاجة تقريبا شبه صوتي الواضح ان التكنولوجي تقدم جدا اه هجمع هه حلاوة والتكنولوجي تقدمه اه انا عارف ان الطعن بالتزوير بيأجل في القضايا لكن في الاخر هبيطلع صوتك انت وانت عارف ده كويس اوامدر انت سجلت الكلام ده ازاي اسهل حاجة انك تلاقي حد وسخ يوقع حد اوسخ منه انت بتقول انك اكتشفت علاج جديد له كبير استي سدرويش زين ما كان اول باحث بالعالم بيشتغل على بزري تعاني العفريت وبيقدر يوصل للمد الفعال اللي بتأثر على النخيام مسيو اسعد بياخد البحث ويقل باي باي زين سيو الله معك ويحط عليه اسمه ممكن يجيب علاج للناس اللي بتتقطع ما المرض ده ومش عايزين يعملوه تسهيلات كتير غير قانونية كانت بتتم بأمر مباشر من نائب الوزيرة اللي للأسف كان محل ثقة عامية من الوزيرة وما كانتش بترجع وراه انا عاوز ارجع مصر دي احد هنزع عليك احد هنعمل لك شيء ينعرس ودي شرك الدواء دي والوحصابة يا دي يا نادية واضح ان انت مش فاهمة اي حاجة لأ انا فاهمة وعارفة كل حاجة هي في الحقيقة مش قضية واحدة هي زي ما تقول كده كوكتيلة دي اسهل حاجة انك تلاقي حد وسخ يوقع حد أوسخ منه ده انتو لو بوز الشغل وفي طابوني تعيش كنتو احترامتو صحابة اكتر من كده ما عليك احنا كلها مرة انت سجلت الكلام ده ازاي؟ اسهل حاجة انك تلاقي حد وسخ يوقع حد أوسخ منه انت فين؟ انا مستنيك مكان ما اتفقنا شوفتك انا هو اخلص اسهل فلا نادر باشا مساء الجمال يا حبيبي ازبط ازبط اهو في ايه؟ دلوقتي هتفهم اطلع اخلص يلا خلاص مضيت الشكات كلها طب يلا دل كمان معهم بالمرة لا وصولات امانة لا لا هتنقل رحمك هتنقل ايه؟ امبيالة انا تقول حاجة انا درباشا يلا عشان فيك امبيالات كتير وده هياخد وقت انتو عايزين مني ايه بالصب ولا حاجة حبيبي ولا حاجة انا عايزين نحزموك بحبة الورق دول عشان تعرف ترقص بيوم حلو انا مش همضي حاجة تاني قبل ما افعل منحقه 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 اني افعل طب بص هلا بص انت هتروح لسيدك اللي مشغلك فريد مطقور تشقل تعمل اللي المهم تجيبلي اعتراف متسجد بكل وسخاتكو اللي تسببت فقط للراجل راجل مين؟ راجل مين؟ اللي هو الشوق السباعي اه 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 انا مليش دعوة اه عندك فريد مطقور روح خد حقك منه هروح له بس مش قبل ما اخد روحك انت انا عارف ان اتمن الرصاص اخسارها اللي هتطلع وتخرق دماغك بس انا بقى مش هستخسارها فيه ابوس ايه دا يا باشا ابوس ايه دا كان عندي عياله والله العظيمة عايز يا ربيهم زنبهم ايه وزنبه ايه هالراجل اللي قتلتو يا كلا لا زنبه ايه طيب خلاص خلاص اه انا انا عامل انت عايزه بس بس ننزل السلاح اخلاص وامدي امدي انا امممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم انت حسابك في الأخرة انت عارف ده عقوبته ايه في القانون هو طبعا معلوم معلوم طبعا بلطقة تزوير تسجيل من غير اذن النهابة معلوم هيطلع يعني عقوبتهم قد ايه ها يزودوهم على لسة الأحكام اللي عنهم بس برضو في الآخر انت حتتحاكم لان دي رشوة لزابط شرطة اماتر انت عايز مني ايه مشكلتك مع قمجد الدين مالك ومالي انا احبك احبك انا كده وانت بتجيب من الآخر احبك وربنا احبك 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 يا عشرة انت يا ابني تبوني الغم خلص تبوني الغم خلص احبك تبوني الغم خلص احبك 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 انشف احبك انشف احبك ريسك اخدناه ايه يعني كمان بقى انها ازبطت معانا ولا ما ازبطتش ما احنا كنا مطاقين حاجة زي دي عادي يعني دي مش النهايات انا بعرف النهايات كويس الغفلات دي مش غفلات نهايات ولسه في حساب احبك 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 الاسمه حزم ضرغام والغاطي الوسخ الاسمه منتصر والاسمه ايه 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 اشرف عايزهم يلبسونه اطرح ولا ايه بس انشف دي ملعاش مسكة مفيش حد ملعاش مسكة اشرف الليلة دي محتاجش هو التستيف وانت بو التستيف يا هلا مو بقى مو بقى شكلك وحش كده وانت بقنضم يا هلا هلوف ازاي ياه ايه اللفة دي كلها تبتز موظف عندي عشان تبتزاني عشان في الاخر عايزني انافذ اوامرك يا سيدي ما تستكبرش اعتبره طلب مش امر وايه الفايدة من ده كله انت عايز توصل ليه ملكش فيه انت تعمل اللي بقولك عليه وبس طيب انا عندي عرض اوفر بكتير من ده ارتبلك مقابلة مع ام جبه وتقعدوا تتفهموا مع بعض راجل لراجل مع انه والله انا ما اعرف ايه الخلاف اللي بينك وبيني لغاية دلوقتي لكن الدنيا علمتني ان اي خلاف مهما كان كبير ممكن يبقى لي حل قلت ايه قلت انك محامي فاشل وهيلك مش على قد سمعتك الطلب اللي طلبته منك يتنفذ بكرة الصبح ولا انت عارف انا هعمل ايه صباح الخير صباح الفولي بقولك قريت اخبار حبايبك حبايبي مين فيه ومصطب فريت ما تقول المحامي ده منزل اعلام في التلات جرائد الرسمية بيعلم فيه يعني بما فيه معناه اللي هو ملوش اي صلة بالنصائب بتاعت ام جديد ديب خالص انا نهرب اهو ايه قري ازاي ده حصل قادر على كل شيء بقولك انا يا جعان وازا اجيب فتوري اجيبلي اتماعي اههاتلي ثلاثة فول من غير تحينة لحد ما نشوف ايه حكاية الاعلام ده الو ايوه استاذة قولي ان انت اللي ورا الاعلام بتاع فريد مذكور ده دي معجزة من السامع ها لا بجد عملتك ازاي يعني زيها زي غيرها وكده تحرمني من السابق حيبقالك سابق تاني كمان كم ساعة بسبور انت بس على رزقك اخلص اللي انا بعمله دلوقتي وبعدين باكلمك باي ما تجيب بقى مطروش احل الصدوك عايزي يلا عايزي حل الصدوك بلاش شكرا للمسوال ده بقى مش شايفني بقرى 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 بس لما انا ما احبش حدا بقودي للصدوكو ولا لو احمدوكو فين فريد عام جديدين اجازة اه قول الراجل اللي مشغالك يزهر بالزوق بدل ما يجيبه بطريقتك في ايه يا عزيه؟ عام جديد باشا بكت ابن الساس فريد مذكور بعتلك كل الملفات ما اللي عنده حلو إلا فريد مذكور بيحفر قبله بايده مشكورا حبكت حاب ينلغي كل التواجلات اللي عنده؟ يا عام الروح يروح بعد اذنك فانت في معاد حضرتك قلت لي افكارك بيه ما دي ايه؟ ما بحس الأموال اللي عم خلال ساعة سهل يا حازم وبعدين انت بتقول ان مش عارف الوقت عايز منه ايدي الزبط وماسك عليه ايه؟ وفي نفس الوقت مش عايزنا نقذيه علشان ما يفتحوش ايه المطلوب يعني؟ نسحر له؟ درايا ده انت بتفكر معايا ولا بتقفلها في وشي؟ بحاول افهم يا حازم عشان عارفه فكر اللي عندي قلته لك وبعدين من الصبح العفياجي ده شغال في الداخلية ما تشوف لها سكة معايا خلاص يا حازم انا هتصرف ما تتخيلش زال تأديه لما عرفت اللي عمله الأستاذ فريد ده صحيح الدنيا ملهاش أمان يا سيادة المقدم كل واحد بيعمل بأصلهم احنا بتهالف تحقيق رسمي ولا تحت أمرك تفضل؟ اه طبعا طبعا بس انا نستغرب من حاجة يعني حضرتك جاي علينا لوحدك يعني انا قلت هتخش بجيش من المحامين انا اعرف اتكلم عن نفس كويس تفضل انت حتى أمرك اصلاحنا كنا بنقلب كده شوية فلقنا حاجة غريبة جدا حضرتك سفرت اليونان سنة 92 فين السؤال تحرياتنا أثبتت ان حضرتك سفرك وقتها كان بفيزا مضروبة برضو فين السؤال يعني حضرتك شايف انو ده عادي انك تسافر بفيزا مضروبة عادي وما تنكرش؟ هنكر ليه شاب طموح حاوز يحقق ذاته ومستقبله حاول يسافر بطرق المشروعة مشتش معاك الطريقة سافر بطريقتي اعتبر ده اعتراف؟ ايه فعلا هو اعتراف بس اعتقد ان ساعدتك اموال عامة مباحث اموال عامة يعني الموضوع زي ده ما يهمك شو في حاجة وبعد ده انا مش هعلمك باع القانوني حاجة زي دي اكيد سقطت بالتقاضم طبعا طبعا سقطت بالتقاضم طبعا بس احنا محتاجين ان انا نقلق في الماضي شوية ايه؟ والماضي عندي ساعدتك بقى بيقول ايه؟ من اينا لك هزا؟ عشمن شافك يا باشا اللي محدش يعني سمع عنك من ساعة موضوع نادي القضاء ده ايه هو قامجة ديب قلب عليك ولا ايه؟ المصلحة اللي بيني وبقامجة ديب رحت لحلقة حلاص بس المشكلة بقى انه قلب عليك انت مع التوضع يا باشا وحفظ المقامات ولا هو ولا عشرة زيه هو بعتك تهددني ولا ايه؟ يخرب بيت الصغر تعرف اكتر حاجة عاجباني فيك انك زي البرغوط ما تتشافش بس عرصتك بدم تعال نكشف الورق احسن انت انفاهم قامجة ديب انك مزد علي حاجات والحاجة دي بربوطة بعمرك قامجة ديب بقى هيموت باخد الحاجة دي منك بس مش عايز يمسيك فهم كلفنا انا فكله المشكلة دي المشكلة دي يا باشا ما تتفكش ما بلازة ناخد دماغ بلاش انت معك كنز والكنز دا انت مش عارف تتصرف فيه وربطه بعمرك استفيد منه احسن وانت عايش يا ابن الحلال ما تتذكاش عليا يا ادهم باشا اللي معايا غرضوا ان اقامل نفسي من غدر امجة ديب فيش فايدة فيك يا صباح فيش فايدة هتفضل طول عمرك تبص تحت رجليك طب اسمعني بقى الحاجة اللي انت مسكها على قام جديد ديب مش ورق لانه ببساطة مش هيمضيك على طلب تقتله فلان ولا تسرقله علان انت مسجل ولياكم مسجل يبقى غرص تعالا بقى نلعب صح ونشوف هنطلع المصلحة ازاي من التسجيل بقى قصة مونتاج نضيفة نشيل صوتك من التسجيل ونعمل الابوم حلو بصوت امجة دول واحده انت باعت باعلو النخصة دي وتخلي النسخة الاصلية معك تجاي تخلص معي ولا جاي تخلص عرامي انا جاي خلص المصلحة مصلحة كبيرة والهابرة اللي هتطلع هتتقسم على بق اي بقك انا بدأت من الصفر زي اي حد عصاوي مع ان كان ممكن ابدأ من فوق من فوق قوي لولا المشاكل اللي حصلت على ورثة ابوي الله يرحمه وعملت عربية فول فأتينا والعربية بقت اتنين وثلاثة مش كده لا 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 انت بترغي بقى مش متحقق حضرتك بتبدأ معايا بشكل لا ارضا بقى اقولك ايه بس ايام جدي اقولك ايه حضرتك اكيد عارف ان المليارات دي كلها مش ممكن تكونت عملت في اليونان اكيد دا انت لو زعيلك نبي مش هتلحق تعمل كل دا في البزنس افيش حد بيهادي حد بيقود كبير انما السمك الصغير متاح لأي حد الشطارة انك تجمع السمك الصغير دا عشان تصطرد به العقود الكبير وده اللي انا عملته علشان اقدر ارجع ورث والدي واكبره واخليه احسن واحسن واحسن وارجعت ورثك ازاي وانت عايش في اليونان اه محامين على 1000 من يشيل بتوكل المحامي بتدي له فلوس بيعمل لك اللي انت عاوزه يعني معنى كده انه في تحولات باسمك مبعوطة بالفلوس من المحامين انت موكلهم ودي حاجة امران سهل هنبقى نتحرق عنها بعدين لكن اللي مستغرب له جدا انه تقريبا اصول صروتك كلها مبنية على ورثك من والدك الله ينحمه وده ايدي حضرتك فحاجة اصلا انا معلوماتي عن والدك الله ينحمه الحاجة حسين عبداللطيف الديب انه توفى سنة 89 وهو ما عندوش عياني هو كان متبني فيك لا ارجوك ارجوك ننتزب الادف في التحليل لا لا ايه دا كده يا امجد بيه انا عارف انا بقولك كويس لا والله انك انت مش عارف انت بتقول ايه ده افلاس ايوة ده افلاس انتو مش عارفين انت تتهموني بحاجة علشان كده هتبدأوا تستعمله معايا اسلوب رخيص انا مرداش به نخلي يا ابني الراجل اللي عندك السلام عليكم اعرفك اعرفك تعرفني ابن عمي حبيبي حاج فتحي وحشني حاج فتحي اهل الحبيبي احنا ابن الغالي اهههههههههههههههههههههههههههههed يا سلام يا حاج فتحي بقلك ماودا بصاملش عني بزي العيال والمدن بيبوسوا ايدك حاجة فاتي حبيبي ازاي انا كنت لسه معان بارح اكيد امجد الديم شاب بخبر وعارف يوصل لهو كمان لا اكيد مفيش خين تاني ماينفعش ساعتك تحصل مرتين ساعتك قلت حاجة لله اسمه نادر ده لا 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 نادر مش ممكن يكرر غلطته تاني قلت له ساعتك لا الله ام الامجد وصل لفتح الديب ده ازاي ابو ليه ما تقولش المفاتحي هو اللي راح لامجد برجليه يا سلام متطوع يعني لا خليك انت مكانه واحد قالك روح يشهد على رجل اعمال وخد ارشين طم تروح لرجل اعمال نفسه وبدل ما تاخد ارشين تاخد عشرة بس ايه رأيك يا باش ولا كأننا متربيين ساو كأننا كنا بنلعب مع بعض في الجورد ايه جبا ايه هتنسى نفسك او ايه حضر فروزي وعدناها برا يلا حاضر يا باشي اباعدهم برا دخلوا من هنا على البلد عدل ما تتحرقش من هناك اللي بإذن مني حاضر حاضر يا باشي اللي تشوفه بس وين ابي ما تنساش الشغل بتاعنا جلاء اصله هي البكرية واحنا متعشمين جوا في الشغل دي وبعدين انت دي الوقتي كابير العلم ايه ايه جلالك ايه يلا يلا خلاص خلاص يا باشي والنبي ما تزعل نفسك انا ازبط مع السيت السكرتيري وبالمرة اشرب شغل السلام عليكم يا امير يا امير ايوها يا استاذة ها قريت؟ قريت ايه؟ التحقيق بتاعي عن قصة قمجد الديم ونسبه ايه ده؟ وانتي الحيطة قوام كده تكتبي وتنشري؟ ما ليه احنا هنلعب؟ اسمها يا سيدي العانون الرئيسي هل قمجد الديم شخصية وهمية؟ وفي بقى شوية عن مين جانبها كده؟ الحاجة فتح الديم يؤكد امجد ليس من العائلة وعنوان تاني تحقيقات مباحث الاموال تكشف قولك ايه؟ لو تعرفت انسح الموضوع ده انسحيها استاذة ايه؟ طب ليه؟ درويش؟ درويش؟ ممكن ياخد مواد حضرتك دية؟ نعم فضلي هو انا عادة ما بحبش اجيب اخبار وحشة بس الخبر ده حضرتك يازم تشوفه دي الصحفية اياها بتاعتصوت الشعب واضح انها مصرة ما تشلش حضرتك من دماغها هحبسها هحبسها وهحبس اللي سبح لها بالنشة كبان طيب انا هكتمع مع التين بتاعة واشوفها هقدر اعمل ايه هلو؟ بقى لك فترة بتاعك يا امجة وانسيت ان العك ده لما بيطور ريحته بتفوح معلش يا باشا ان شاء الله خير كل الغباط اللي حصلت دي هتتسلح انا متأكش انت مش متأكد من اي حاجة انت بتطبش عشان تحمي نفسك ومش عارف تشوفه اصلا كويس خلال ساعات هيصدر قرار من النائب العام بمنعك من السفر والخطوة اللي بعدها هيتغبط عليك لازم تمشي نمشي همشي رح فين يا باشا؟ من تعرف ان كل شغل مرتبط بهنا شغلك ده يهمنا اكتر مهمك عشان كده ما ينفعش نسمحلك تغرق نفسك اكتر من كده يا حبيبي هتمشي وكل حاجة تخصك هتتنقل وانا بنفسي هشرف على ده الورق جاهز وخلصان يعني هيدي النهاية باشا النهاية ده احنا اللي بنكتبها ونهايتك لسه متكتبتش انت محتاج تختفي شوية عشان كل حاجة تفضل ايمة ولما الدنيا تهدى هنشوف هنرجعك تاني ازاي او بمعنى صح هترجع اصلا تاني ولا لقا موسيقى يا نينو على فين؟ مسافرة دبي بكرة الصبح دبي؟ رايح المعرض بتاع الديكوريشن اللي بتعمل كل سنة هناك ده لو فاكر أنا روح تصنر اللي فاتت على فاكرة بس بس السنة تعمل مخدت القرار خطه متأخر بس شوية و أنا فيين من القرار ده؟ القرار شغل وسفر ها؟ يعني هو أنت كنت عدسيب اللي وراك وتسافر معي مش جهاز كنت رتبت نفسي وجيت معك فعلا؟ الحقق مفيش أكتر من السفريات والمعارض عشي تغيرتك أنت عشان أوصلك نعم مفيش ده يخالص أنا عملت أردل لتاكسي هware أعد ياخدني بكرة الصفح بتكسي إيه وبتاقة إيه، مطلوحي بعربيتي كنا بعد أي حد يأخذها عربيتي في التوكيل وقالوا لي هالسبية لحد بكرة، لو عندك وقت بكرة ممكن تعدي تأخذها بليس منعناي، طب، ما تبحشيني وانت كمان شكراً بقولك يا أشرف، ما تجيني يشتغل على همها بيضة طيب، تعال نمشي واحدة واحدة والراتب أفكارنا بيهدو أنا شايف إن إحنا نبدأ ومنتصر وده عايز تدام عمنيهم على حسب كلام نهلة إن الوزيرة كتشكة إن منتصر لي علاقة بالدكتوري اللي مات بتاع التحليل من حوالي سنة مثلاً الدكتور بتاع الحكومة؟ بالظبط كده، الدكتور ده تقتل لما اكتشف إن في صفقة جاية من الشركة بتاعت أسعد الوزارة والصفقة دي كان فيها حاجات غير متوقعة لمواصفها بتاعت فرديلة دي مالي أنا حافرة كتير ما تيجي نبدأ بحاجة أقرب شو هي تعال نبدأ بخالد خالد مي؟ الدكتور خالد يا عم اللي ضرب كونة فلاكسيدير في المحليل بتاعت الوزيرة ورفت العمام مركزة وبعد كده طار مبالكونة بتاعته طيب، هل هنلاقي خاطير مطمئ بين خالد ومنتصر؟ والله التحيات كلها معانا يعني وبعدين لو ما أنا شكيت يربطه بمنتصر هنضعي خاطير يربطه بحزم وكده الخريطة كلها بقت مكشوفة قدامنا أخرت عليك؟ لا يا ملاد أخبارك إيه؟ الحمد لله أنا خلاص جبت أرفعج من شركة طار يبقى السفر قرب؟ لازم أبقى في المطار دي خلال ساعتين إيه ده؟ بسرعة كده؟ تشوف مين بيتكلم أنت أكتر واحد في الدنيا ما بتضيعش وقت هبتش ربي إيه؟ لا لا مشكرا ما فيش وقت خالص أنا بس أنت عايزة قبلك عشان أشكرك ما حبتش أقولها لك على التليفون تشكريني على إيه؟ طيب بنا بعتك ليا في الوقت المناسب بجد لي حكمة أنا مكتش عارفة ممكن أعمل إيه من غيرك بعتك ليا في ظروف صعبة قوي عشان تبقى السندي سندي في كل الظروف اللي مريت بيها ومن أقرب الناس ليه هو بصراحة بقى مجيتي للحق المفروض اللي يشكر التاني هو أنا أشكرك على إنك فضلت نظيفة واستجول وساخة اللي كنت فيها يا ما يا ما وقعتيني أنا في مطباط بسبب تبتك إزاي ده بس ربينا سبحانه وتعالى كان بيسطر هو أنت مالك فيك إيه؟ بي حاجة مضيقك؟ لا ما تشغليش بالك ما شغلش بالي إزاي؟ نحنا أنا حتى بأينا عشت مطاردات دلوقت ده فيك حاجة دروش أنا من إمتى يعني مفعش حاجة بس أنا هاصلي طول عمري بقى عبقوم بس خلي بالك على نفسك إنتي إنك إنتي مش حملة وقاعدتاني ربنا هذا استردت شعر لما تنصلي بيتم منيني حاضر يدخل دكتور منتصر أيها بنتي في حاجة؟ أنا أسفة في حاجة حصلت لازم تعرفها خير إيه؟ دكتورة نادي قدمت استقاطيتها من الوزارة ليه كداني تتلبخيها على الآخر؟ ليه؟ بس ولو موسيقى 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 زي حضرت الفدوة عامة المهضومة نهلة خبرتك عنه اهلا اهلا قالين قلت لبك التعرفي ع ضايفنا نياريت من فضلك تفضلوا اهلا وسهلا شكرا زين في ضايف جيل عندك زين مين حضرتك نهلة الوديدي بنت الدكتورة نازية والعزم تفضل البحث بتاعك عين العفريت مصطفى قلت لك مئة مرة انا في امان تلامة اللي انا بكتبه ده بيتنشر وبيسمع محدش يقدر يقربلي انا جدا بقيت في النور كلام ده كان زماني قام لما اللي بيختشه ما كان نرس عشين سالوا بفاية بقى ده امجد الديب بستنى كده ده راكم برايلت هلو اصرعت يا هاوي يا شطرة مين معين؟ واحد لي كان عنده حسابتي بس للأسف ما كانش عنده وقت علشان اصفي الحساب ده ده امجد الديب حظك حل وعشان لقيتلي كفاية ده وتسمعي سوتي ما لا عارف انك على صلة بدرويش عندي رسالة صغيرة لازم توصليها له بس خلي بالا الرسالة دي لازم توصل في اسرع وقت الرسالة لما بتوصل في فرير وعدها حساب الرسول بيبقى عسير خصوصا لما يبقى المرس الديب والمرسل اليه وحامل الرسالة عصورة عصورة صغيرة شاء القدر انها توصل ما بينهم ؟ اللي؟ 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 دراعلي يمسكني بلو؟ ما قللكش حاجة بعد ما بقعت الصورة دي؟ قالي ان انت هتفهم الرسالة وانه مستنيك تكلمه على رقم اللي كلمني منه هو مين اللي معام جت في الصورة ده؟ ابني موسيقى انت عايز مني مشكلتك معام جديد دين مالك وماجي انا احبك احبك انا كده وانت بتجيب من اخر فريد مذكور المحامل ده منزل اعلام في الثلاث جرائج الرسمية بيعلم فيه يعني بما فيه معناه اللي هو ماروش اي صلة بالنصائب بتاعت ام جديد دي بخلص قولي ان انت اللي ورا الاعلام بتاع فريد مذكور ده دي معجزة من السامة اعرفك اعرف ايه؟ تعرف الابن عمي حبيبي حاج فتحي وحشي حاج فتحي اهلا الحبيبي اهلا دي لبالي ايه دي لبالي دكتورة نادي قدمت استقلطها من المزارة يا نين انا فين؟ مسافرة دبي بكرة الصفح دبي؟ زين؟ مين حضرتك؟ خلال ساعات هيصدر القرار من النائب العام بمنعك من السفر والخطوة اللي بعدها هيتغبن عليك لازم تمشي اعلي عارف ان ايه على الصلة بدرويش؟ عني رسالة صغيرة قالي ان انت هتفهم الرسالة وانه مستنيك تكلموا عراقم اللي كلمني منه موسيقى 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 علو؟ طارق فين يا نعمة؟ فيه ايه؟ ردي علي يا طارق فين؟ مش هنا فيه ايه؟ فيه ايه يعني ايه؟ يعني طارق مش عندك؟ يكون راح فين؟ رجع مصر تاني؟ لا راح لبنان عنده شغل وبعدين مين اللي قالك ان هو مش هنا؟ عرفت من اللي ضحك عليك وعليه طارق؟ مع زهير يا هاني بتقولي ايه؟ جبت الكلام ده منين؟ صغير نفسه بعاتل الصورة اللي مع طارق وهم اللي اتنين مع بعض بيهددني بيها وعاوز يتكلمني ازاي تخليه بعيد عنك؟ ازاي؟ انا قلتلك خديه وبعدي ازاي تخديه عشان تأمينيه؟ يعني انت كنت واخده عشان تأمينيه؟ ولا واخده عشان تعرضيه للخطر؟ انا اللي بعرضه للخطر؟ طارق طول عمره عايش في امان الخطر معربش منه غير لما ظهرت انت وبلويك يا ريتك يا اخي كنت موت زمان زي ما قلنانه على فكرة طارق لو جراله حاجة هتبقى انت السبب هيا طارق يا حبيب انت فين؟ جنوني ومعاشتيني جداً تيه بس غنات بيروت اهو الدونيا هنا هايس على الاخر مش قلتلك تمني عليك اول باول؟ اخبار شغل ايه؟ من حياتش عامل لسه الجماعة هنا عايزين ضايفوني كده الاول قبل ما نسفل في تفاصيل الشغل ايه؟ من اسمين؟ جناعة الابنيين كده وظراف جداً ومعهم شريك مصري تقيل قوي على فكرة تقيل قوي يعني ايه؟ يعني هو ناس ما عنه كتير قبل كده بس اول مرة اشوفه بصراحة بس انت اكيد عارفان اسمه امجر الدين ايه؟ موسيقى تعرف انه ما كان باعتقادي ابداً انه ولد ما يبغى مثل طارق ما يبغى بالكمبيوتر يتم استياضه بهالسهولة هايدي؟ مبلغ الفضيع اللي احنا عرضناه عليه ما كانش يقدر الفضاء لا هو ولا اي حد ديه ياريت استياض بايو كان بهالسهولة هايدي؟ على اهم ده مش موضوع له المهم الولدي بقى تحت عينينا ما يغيبش عن عين رجالتك اللحظة واحدة ده بايت ما يجيب ابوه انت ما تقلق على الموضوع هايدي وانا مش عالقان بصراحة انا عالقان هليك يا صديقي هلقان هليك؟ بهالايام هايدي عم تتصرف تصرفات فيها شيء من الخطر عليك تشوف لما تفاهمنا وقررنا نتعاون رجحت عقلك وهزانتك هي اللي خلتنا اتمسك فيها فارجوك ما تتخلى عنك لا ما تقلقش علي ارسال صورتك مع طارق لدرويش اذا تغيرت الظلوف بتشكل خطر عليك ويداني ولا اهمك كان لازم اعمل كنا كان لازم اخلق درويش ان ابنه معايا عشان يقلق ويجي ما تخلي حقدك على درويش يخليك تتصرف بها الطريقة هدي غريبة عالدنيا واحد مجرم متل درويش بيطلع ابن نابغة بالكمبيوتر والدليل على اجرامه انه لحد دلها ما اتصل فيك هيرد وهيجاوب الاب ما تخافش كلي على ابنه بيقولوا عندي نفاص يدانا خالي عن اذنك ايوة شعرة من رأس ابني مش هيكفيني فيها دمك كلها زوير ويهي كمان طارق ملوش دخل باللي بيني وبينك وزا كنت فاكر ان ده حيجيب داغي تبقى بتحلم انت بيتدقف نعشك اخر المصامير ايه دا؟ ايه دا درويش؟ ايوة تفتكر ان اه حبة فرد العضلات اللي انت عملتهم ايوة اللي فاتي ما هيقوه مركزك كل حاجة هتتم زي ما انا حاوز وقررت تعاوزي تيجي لبنان وبأسرع وقت كل ما جيت بسرعة كل ما ربنا هيمدي في عمر ابن اكتر اقو بالمناسبة ما تنساش هتمعك الفايل فايل فايل ايه؟ فايل عين العفرين هتحكس بيه على ايه وتحكس بيه على الناس عشان توقع بنا بس ربنا كريم العبقاري طارب هيحل المشكلة قبل ما يتمسش دفر يا زوير وإلا ايه دا؟ ايه دا يا درويش؟ تعلم بسرعة بسرعة يا درويش ايه ju البحفت العشة بلو والله عشان تهدع عصابك المتعشة يعني انا بعد الكل اللي حكت ولك Folha حصل لي انا أمي برضى مش هايسترجع معاي مصر دا انا بعد كل انت حكت ايه ده؟ انا اسف موضوع ده انته يا جميع أروقوا وهدوا أعصابكم مش كلي ما بتنحل بهالطريقة العصبية والتوتر مرح يوصلكم لمطرح دكتور زين أنا أمي عدت بكل اللي حصل لها ده عشان كانت عايزة تساعدك يعني لو ما كانتش السيد تفكرت وقف جمعك كانت هتبقى عايشة في أمان طيب يا فريدي بقى إن أنا وفقت هرجع بقى إزاي وأنا مش معاه الباسبور وبعدين أنا أصلا مش عارف هوا بناحية السفارة بسبب عين أسعد اللي جوه وبراه وفي كل حبتة دي لا لا إذا كنت المشكلة في الموضوع ده لا لا ما تقلقش خالص أنا هحله لك أنا ممكن أروح قابل للسفير وأقنعه إنه هو يقل منك ونت خارج يعني أنت جبتلي البحث عشان خطف تجور الرجلي صح؟ مش معقول بجد أنا مش عارف أرد عليك أنا كنت بعمل كل ده علشان البحث تعبك ومجهودك عشان تعرف إن أنت شغلك في أمان برهمة كل اللي حصل وعشان تعرف إن في ناس عملت المستحيل وقزت نفسها عشان ترجعه لك يعني الدنيا مش كلها سودة زي ما أنت شايف عموماً البحث معيك الفايل معيك وأنا قلت اللي عندي وقرار قرارك أنا مش عارف أفكر أنا مش عارف أفكر أنا آسف يا جماعة نزنكو نحلى طولة بايك زين شاب كتير طيب بالآخر أكيد رح يتفهم الموضوع درويش أيها أستاذة الفايل لسه معاكي؟ في إيه؟ الفايل معاكي أيها يا أستاذي معايا إيه اللي حصل؟ أرجوك يا أستاذة تحفظ عليه أعملي معروف هو أعتدي لأي حد لا أصل ولا نسخة لحد ما جاء وفاهمك هجيلك لبنان هنغيلك بكرة إن شاء الله مش هينفع في التليفون لما جيلك حاب أحكيلك سلام شوفي شو صار؟ مش عارف يا أولاد الهرمة من الكلب بيهددني بلحمة خاطت حيات إدمي وسط حياتي مش أول جاب بس اللي بيهددك واضح جدا من طانبول الفايل إن هو أسعد عمل وجابها واحدة لازم تفكر كويس عشان نشوف التفكير أوانه خلاصة باشا أنا لازم أسافر سافر إزاي وفيه؟ زي إزاي أنا معايا باسبور باسبور إيه بس يا درويش باسبور إيه ده باسبور أبيض أبيض نوفي ولا فيه أي تقشير الدخول ولا خروج ولا فايز باسبور متاع مستشارة بس موسير للشبهات يعني إيه يعني مفيش مستشاريه ما بيسافرونش لأ بس هو بتكلم صح غالباً هتوبوا منك في مطار شهات التحركات غير كامان التصريح الأمني الله أمال أنا جاي لكم إيه؟ أنا جاي لكم إيه؟ مستحيل يعني؟ أنا هتصرف هتعمل إيه؟ هعمل أي حاجة هروح ماشي هروح قوم هتصرف استنى استنى أحنا بكرة الصبح يا عدي على المجمع وأشوف أي حد ما الدفع بتاعتنا ولا أي ظابط نعرفه ويخلصنا موضوعش هات التحركات والتصريح دي أبو الفيزة هادني أجبها من إيه؟ هادني الفيزة سهلة من لبنان القصة إن إحنا نهجز له دلوقتي في أي قتيل حالنت حتى لو في شنك عشان بجيه محل إقامة عشان ما ما يعديش من هنا يلبس هناك هل يشارفينه صح يعملوه بس انجزوا انجزوا وعملوا معروف ليش ربنا يا سهل أنا بقى أجد بيه؟ أبروك يا درويش؟ أنا لسه متبلغ بالخبر صاحبك خدله في سنانه وهج على برا ووضح كده إنه مستحملش الضربة الأخرينية في خدها من قصيره وهرب أمجد طول عمره غداره خاينة بقى أجد بيه؟ هو تلع من مصه صحيح بس تلع بالدم زي الخفافيش يعني إيه؟ متشغلش بقى لك يا بقى أجد بيه انت خلاص حققت غرضك منه سيبنا أنا بقى أكمل قصتي معاه بس أنا ما كنتش متخيل إن كلمتك ممكن تهيز الدكتورة لدرجة إنها تسيبي لوزارة وتستطيع بس كويس كويس إيه؟ الاستقالة دي هيجلنا من وراها مشاكل كتير مشاكل إيه؟ ما خلاص الدكتورة دلوقتي في صفوف الجمهير الكادحة ده بتهيئلك تعرف استقالة وزيرة يعني إيه؟ يعني وزير جديد والوزير الجديد أول ما بيجي بينسف حمامه الأديم يعني أول ناس هيطيروا فيها بعد ما عليها طبعاً المساعدين بتوعها آآ انت شاكك يعني إن هما ممكن يخرجوا كبيراً للوزارة؟ ده بنسبة تسعين في المية ولو ده حصل هبقى مجرد دكتور عادي عند نسي قاس عند أوله الناس دي بتجري ورا الناس اللي عندها نفوزه بس أنا أقول لي السنة شوية نشوف إيه اللي ممكن يحصل يعني ممكن يعرض عليك للوزارة؟ أو ممكن تفضل حتى مكانك على الأقل؟ حتى لو ده حصل الوزير الجديد أول حاجة هيعملها إنه هيقمن ظهره وهيفتح في الدفاتر الأديمة عشان يثبت إن اللي قابله هو اللي خربها وانت عارف بقى لو الدفاتر اتفتحت وتكشف اللي فيها إيه اللي هيحصل؟ لا يا دكتور بس ما تخنعنيش يعني انت صليل الفاتر دي كلها مش مظبط ده فترك وورقك؟ لا ده أنا مظبط نفسي على الشعر ده أنا جراح ماش بس الخوف بقى من المفاجآت والمفاجآت ساعات بتربط ده بطيرين ههلة سفرت فين؟ دبي يا سياد المستشار أنا أول ما سمعت صوتك في التليفون قلت فيه مصيبة كبيرة حصلة ما قلت ليش حاجة ليه؟ أقول لك إيه بس يا مهجد بيه؟ أقول لك إن قم ده تخطف مني الكرباج وبيحول يجلدني بيه؟ كنت تتكلمني يا أخي كنت تتكلمني عشان ما بتعرفش تتصرف كنت لأ يا واحد يفكر معاك لا المسألة واضحة ومش عاوزة تفكير أنا هروح أجيب ابني يا سلامة هتسافر لوحدك كده؟ ترزان يعني؟ بقى جد باشا ساعدتك عندك أولاد أكيد قلبك بيأكلك عليهم لما يغيبوا عنك مال بقى لو حد منهم من غير مؤخذ يعني تخطف وتهدد بالأكل لا الحكاية كده كبرت والسبق باز لحظة واحدة هلو؟ أقف الرأس هيا يا سيد ازايك؟ يا أخي الحمد لله أنا كويس يا سيد تقبرني وتقبر أمي خلصني من الآخر كده أنا عندي هنا مشكلة مهمة جدا عايز أقولك في واحد صاحبي وحبيبي قوي بس شاقي شوية ناوي ييجي لبنان عندكم لا 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 جاي يهزر ولا يلعب ولا يعني الحاجة ده جاي عمي المشاكل أقولك إيه؟ لو حبيتوا تعقوا وتتعقوا معاه في نفس المشكلة يا ربنا عيفتح عليك وتنبستو إيه رأيك؟ ها؟ موافق؟ طيب يا سيدي متشكل سلم عليهم يا سيدي متشكرين خلص أنا هكلمك بعدين مين اللي بتكلمه ده بقى جب بيه؟ ده واحد حبيبي قوي مايتخيرش عنك قولك إيه؟ أول ما تحدد معاد الطيارة كلمني وأنا هتصرف هتروح هناك حتلاقم كلهم بيستنوك هيدخل كله تمام يا حازن بيه أنا جيت العربية من التوكيد ديب هاي بس حصل حاجة غريبة هناك يا باشا خير هما بيقولوا ده الجهاز ده جوه العربية ده الجهاز إيه ده؟ ده جهاز جي بي اس ومش فيه هم بقى؟ هما بيقولوا إن الجهاز ده محظور في مصر وبيعتبروا جهاز تجسرس نقوا جمب كورسي بتاع مدام نهلة طيب الجهاز ده هتدي المونجي عشان يشوف لنا حكايته ايه؟ ومحدش يهارف حاجة ماشي ماشي ايه يا كريم باشا طب تماما باشا ربنا هيقدرنا كده على رد جميلكم ماشا باشا انا عادي على ساعات الفخلات ساعة كده عشان ناخده البسبور تشكينا باشا سلام تفضل يا باشا تفضل قولا شاب شاب اسحى هلا اسحى شاب شاب اسحى يا طور اسحى اسحى ايه عام الرويش اهم يلبس يلا اهم يلبس ولمي شنطيتك عشان هنمشوا هرقنا صايف صايف ايه قوم لما هلاقيلك لازم نسيبه القتلة دلوقت امشي طيب ما تمشي انت عام درويش انا مسجك ما انت لازم تغور معاه يلا شاب يلا اخوان لا ونبع عام درويش سيبني هنا كمل بقية الحقات عشان انا مبسوط قوينا يا ابني انتقعد هنا بصفتك ابن اخت ساعات المشسار وساعات المشسار حيتنيل ويمشي هتقعد بصفتك يا شاب خلاص اقعد بصفت من اخت المستشار اللي سكرتيرو اللي هو سابه وماشى هو ساب سكرتيرو وماشى ولا ولا اسحكينا ومتجنينيش لأضرابك على حمطور عينك اسحكينا هاتم لا ايوه بس هتسافري ازاي بالبصبر المضروب ده متقولش مضروب ده هاي كوبي مطار لندن أنا أبقون الله ورعي متزبط بمعرفة أكفأ زباط في الداخلية بس ربنا بقى يسهل ويهون في اللي جاي يا رب استنى كلك لقمة أنا قلت البت معجزة تنجز في الغد يا جوبك ألحق معد الطيارة وخلي بالك على الوقت شاب هو أغلبان السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم أنت عايز إيه من طارق ياه لحق فضل بلغت بالسرعة ليه طارق ملوش دعوة باللي بينك وبين فضل وقلت لك قبل كده ما تدخلوش في لعبة هو مخترهاش يا زهير زهير الله مدام بقى أنا طاقته باسم القديم فلازم أنت أول واحدة تكون عارفة أن أنا أحافظ على طارق طارق دائم لي بص فضل يسمع كلام قلتلك قبل كده أنا مليش دعوة بيك ولا بفضل ولا اللي بينك أنا عايزة ابني يرجع دلوقتي طارق يرجع حالا وقل الدنيا كلها هتعرف أن أمجة دي هو زهير الملاح نعمة تكن لي لا ما بهددكش أنا ممكن أعمل كده بفعل أنا مش محتاجة حد يشها أنا معي ورقة عليها إمددة فاكر ولا ناسي ورقة ايه؟ ورقة ايه يا ماما؟ ورقة نسيتة قطاحة من ورقة اللي عليه اسمك نسخة قسيمة الجواز من مراتك شوفي ناما انت اخترت الوقت الغلط اللي توقفي في المصادي وفي الشي أنا للوقت مش باقي على حاجة إذا عملت أي حاجة غلط يا نعمة يبقى أنت اللي بتبيعي طارق بتضحي طارق تاما؟ قول الست اللي وصلت معايلين بالكاهرة بتكون نهلة الودادي لانت وزيرة الصحة المصرية وأكيد الحاقتهم بعد بطلعهم من المطار أكيد سيدنا وأعرفت وين راح اللي أنا اخديت على بيت قريبة بشبير وأعرفت البيت أكيد طيب شو عمت عن الهون بابترقبهم وبتعرف لي إذا الشاب عن بينام هونيك ولا لا أنا أجيت حتى لك بس سيدنا أكيد فيك التلفل بسرعة حاضر تحتامل هيا يا مونجي وصلت لإيه؟ في حاجة يا باشي أنا شاكك فيها هنا هتبدأ تقولي الشاكك؟ هتتأكد إمتى؟ بصوا حضرتك الجهاز ده بجيب إيس عادي ده جهاز تجسس إزاي؟ يعني فيه ميكروفون بتركي في الجهاز متوصل بدايرة تسجيل وبس على الموبايل مباشر كل ده هنا؟ أيوة يا باشي وده الميكروساين كارت اللي من خلاله بيبعت التسجيلات آه يعني تعرف تجيب الرقم رقم الشريحة؟ رقم التلفون اللي ببعت له يا بني آدم حضرتك هون مش بيبعت للتلفون دايرت أكيد عامل أبليكيشن بيبعت على الموبايل بستقبل فيها التسجيلات بس أنا ممكن أحط الشرحة في التلفون وأعرف أنتا باستني إيه؟ إخلاص باشي باشي فيه رقم تلفون واحد بس هنا بتسجيل هو ده أكيد اللي بيبعت بقولك ايه بشوف لي بقى وراء وقلم في البيت البن اللي احنا عاديين فيه ده عشان انا دماغي سايحة تديني بقى ببزراميت خلاص بزراميت ايه بس يا ابن؟ ام قالها شوفت البزراميت اللي عندي ده حتى حازموا ادهم المفوض ان هم بيجروا في مركب واحدة وشركة في نفس الشركة وهدفهم واحد كل واحد فيهم عنده مصيبة توديدة في داهر ايه ده؟ سانية واحدة بقى ده ملف الدكتور خالد اللي اغتلوه بعد حاسة الوزيرة ما لك زي اللي لقى لي كده ليه؟ تفريق مكلمات التليفون بتاعت خالد بيقول ان منتصر كان منكلمه ثلاث مرات يوم الحادثة انا اغتيال فيهم اغتيالو ولا اغتيال الوزيرة؟ لا قبل اغتيال الوزيرة التاني اللي كان في المستشفى منتصر كلمه ثلاث مرات ممكن يكون وزه بشكل مباشر وده خيط مهم جدا ولازم نمشي وراه يا ابني ولا خيط ولا نيلة ده يبرقه بالثلث طبيعي جدا ان هو يستفسر عليها من طبيع المعالج سواء كمساعد وزير او كصديق شخصي او حتى كطبيب بشكل عام بتادي ده هتكلمه واحدة واحدة بس هو خيط لما تقتل مش لقه في بيت ربع مليون جنيه؟ تمام حلو قوي نيلة بقى الموضوع كده ليه ما اندورش في حسابات حازم ومنتصر مين فيهم لساحة المبلغ ده قبل الحادثة؟ ده على اساسي ان احنا خلاص متأكدين في حد منهم هو اللي اتفق معك؟ يا ابني احنا هنخسر ايه؟ ما اندور واحنا ونصيبنا الله انت تعرف بقى حد ياخدلنا في القصة دي؟ لا انا بقيت حاس ان احنا مريبين جدا كل شيء نطلب من حد خدمات واستفسارات كده هنروح في دهية مصر كلها بقيت عارفة ان احنا شعين على القضية دي؟ لا لا ما تلقش هم استفسارين كمان وهتقيب ضعينا من شاء الله عجيب انت هاشرف وبيتك بني بصراحة اهلين ساعات المستشار اهلا بيك ويسام حاش الأسامي انا بيخدمتك طول ما انت قاعد ببيروت وانا مكلف من طرف ابو فراس لحتى لبيه لك كل طلباتك ايا كانت ايا كانت ان شاء الله يعني لو طلبت اي حاجة جرب يعني اه لو عاوزت كده حتة سلاح تكرم فضل الله 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 ان شاء الله بدك شيء اكبر شيء اخطر من هك لا 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 اكبر ايه خادين على الطريق كده بمشيئة الله ماذا؟ ما تعطي الهم ان احنا بحماية ابو فراس هو لما اخذ علي ابو فراس بيشتغل في ايه؟ بيشتغل بالشاورمة في الشاورمة اه اه واضح واضح انه بيشتغل في الشاورمة طول ايه 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 انا لسه اواصل بيروت لما اجيلك هبقاشرحلك بقولك ايه وارفايل لسه معكي انتوا حلوة اوي عنوانك فين بقى؟ ايوة 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 تمام انا جايلك في الطريق لا اولا كويس بس بصراحة البلد هنا غريبة حبيتين حاسس ان في لبش كده شوية الناس هنا طيبين اوي بيزويين زي ما بيقول ويشيلوك فوق رأسهم في عز الازمة بيقدروا يفرحوا اللي عد عليهم على فكرة مش شوية بجده هم استحملوا كتير عشان كده عارفين ايمت الحياة كويس توصل بالسلامة درويش تمام مستيقاس عد بس نخلص انا ببلغك وقف عندك بولا بستيز لوين فايين شو دخلك انت رفر بو ماذا بيالي؟ طب هتحوي تقطعيه إن شاننا خلاصة باقدروا بيزة انت مين؟ مراتور ترون توقيت شيء زنفه يلي تات دكتور زين ما تخافش انا معك انا عارفك انت اللي نهاب الى تلت الوزير مش هاتو الكلام ده وما يخرب بيتك فين الفاين اخلص فين الفاين عارف الاشياء يلا بينا واتو نوسكو واركابو اماما يلا يلا اماما بينا اماما بينا اماما موين رايح؟ ما عارف عني دغري 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 على طول طريد اخر ايه؟ عطرابلس طرابلس ايه؟ ايه اللي جاي بليبيا دبوكو؟ هادي ترابلس بلبنان مش بليبيا اه احنا وصلنا لحدود ولا ايه؟ وعمت عباني بس قول قول لالدكتور ناديم قليل خباس مين ناديم ده؟ هيدا كان خطيبي وتركنا بعد من زمان قصة طويلة كتير لو وقفتوا هاي ارض اللي اجيه هيرجعوا هلا على ايه اللي ايه اللي اصف بس اشتراك بس اشتراك بس دور ناديم ده؟ بس اشتراك بس اشتراك سيطر جامل يعني طلعوا مين بقى طاقم السفحين اللي كانوا بيجروا ورانا دول والله ما بعرف بس معقول يكونوا رجال أسعد أكيد كشفني لما رحت عم مصر يعني سابق كل ده وجاي يكشفك على حظ الاسود أول ما رجلية حطت في لبنان انت ما تبصيلي كده ليه يا ابني أنا أنا مش فاهم حاجة خالص يعني هو أنت إيه اللي خلاك يتعرف الإرهابي ده غادي إني للسودة غادي إني للسودة ما تفاهمي يا أستاذة مالك بتترعش كده ليه ما عليك أكيد أعصابها من هارة من اللي صار ما اللي صار منه قليل يعني بس أنت ما قلت لنا شو جيت تعمل بلبنان لا دي حكاية طول شرحها أبقى أحكيها لك بعدين بس بعد ما الأستاذت فوق ناديم كيفك؟ أهلين زيارة مش متوقع ولا لا إلك ولا لا إلي يعني لو ما نجبرت أكيد ما كانت جيد بس ما لقيت حال تاني نجبرت؟ مهم بلاي أشاكك ونطلعين منحرب مين حضرتهم؟ طيب بحكي لك بعدين بس هلق معنا ويسام ونصر وعم ينصف كتير ليس ساعدوا بالأول وعدين بحكي كلبتك ياه رخي شوية رخي 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 شندرس نصة بعدها جوه طلع جبلي شنطة الإصحافات من فوق يلا عس تريح أدهومة إيه فانك؟ أه والله؟ طب بقولك إيه؟ أنا أحد لوحد زيان في البيت أنت عارفه مهلة سفرت وبتاعه قولي أنت لسه بتروح سيركلز؟ أه والله؟ طب حلو طب ما تيجي تقبلني هناك واحد صاحبي بقى سيدي مبصلي زي زي؟ لوز عايزة عن تيل زيك عشان ينزفها طيب خلاص تمام جد أنا نصويا وهكون عن تيل ماشي صلعني عن تيل خلاة طارق فين يا نعمت؟ راح لبنان عند شغل طارق مع زهيري هان شعره من راس ابني مش هكفيني فيها دمك كل يا زهير ها 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 يعني انت جابتلي البحث؟ عشي قطل تجوري رجلي صح؟ الفايل معاكم؟ أيوة يا سيدني معايا إيه اللي حصل؟ ابن الكلب بيهددني بلحمة وخاطت حيات إدمي وساط حياتي مش عوال جباس اللي بيهددني واضح جدا من طلبه الفايل إن هو أسعد عمل إجابة واحدة أنا لازم أسافر العارف إنت اللي نعمل هتانت الوزير مش يعته الكلام ده الله يخرب بيتك قول لدكتور نديم أليل خباس مين نديم ده؟ أنا أنا مش فاهم حاجة خالص يعني هو أنت اللي خلاك لتعرف الإرهابي ده؟ جادي نيلا السوداء جادي نيلا السوداء ما تفهميها أستاذة؟ هم بقولوا إن الجهاز ده ما حظوا في مصر وبيعتبروا جهاز تجسس نقودا بكورسي بتاع مدامنا واحد صاحب بقى سيدي مبصيلي إزازة لوز أعيز أعانتين زيك عشان ننزفها مدام نحلة نامت هو أعطيتهم سكّن كنت خبروني شو اللي صغير؟ ممكن بس قبل ما نفهم حضرتك أي حاجة حد يتصل بابه في رأسه طمانه على الرجل بتاعه شو؟ نديم إيه محترم؟ يا جدعان فيها جدعان وكل شيء يا ده المدام إيه اللي عملنا إيه؟ غبت عني كلها الفترة لترجعيلي مع حدا من طرف أبو فراس نديم في مجل تروق؟ أوصوه ورنوجة تتمرح أوص مين؟ أوص مين؟ الرجل ده بحمايت أنا دلولاه كنا تخرتقنا كلنا جرير مين أنت حتى تقول إنه بحمايتك؟ باك زيح من وجه أحسن ما يسوق أوصوه كلك نديم فيك تروق بقى فيك تروق أرباط زندك بقى حش تهو بقى ما حدا مننا أصلاً كان نوع إنه يجل عندك في مجالة تروق وتهدى شوية حتى أنا عارف نحكي طان خبرك شو سعن؟ صح روق روق شها روق شها مش معقول يعني تقبرني روق ما دومت متأكد إن دروشي لبنان وتحت سيطرة لجالتك ما بتجيبوش ليه؟ كم مرة بدي إليك روق أعصابك خيئي لأنجلت؟ أولاً أنا بهم نجيب درويش واللي معه أكتر منك إنما لو فدت هلأ للمنطقة اللي هو فيها فرحتولها حرب نسبة إخسارتها أكتر بكتير من نسبة ربحة بالنسبة إلي مي؟ هو عندي مية؟ عندي الياسجية الياسجية؟ مين الياسجية دو؟ الياسجية إني أكبر تجار مخدرات بلبنان والشرق الأوسط ويمكن بره ألاً إعلاء تدرويش بالمخدرات وبالياسجية دو؟ وشو علاقته بمقتل الوزيرة؟ وشو علاقته بفايل عين العفريت؟ بعدين ما لشي بالإذن شو علاقته بتيكون مثلك؟ طيب يعني هتزيبه كده؟ لا لا أبداً باش أنا بانتظار معلومات لعارف شو اللي وصلوا لحماية الياسجية بعدين بتصرف بقى إنا كثير ما عمناش قاعدة زي دي يا راجل لا إحنا كل يوم وشنا في وشة بعضي في المكهر لا إحنا شعر زي قاعدة شغل قاعدة مزاج زي دي آه لا لو عالكده بقى زوم بقى إني يجيت 3-4 سنين تقريباً من يوم ما اتجاوزت عندك حق سنة أخي ما حسبتهاش زيك مراتك وردك في كوكب ومزاجك ودمغك في كوكب تاني خالص زوم هي دي السيطرة الرجل من هنا عشان يسيطر لازم حاجات فلك معايا يبعد عن حاجات البيت تبعده عن المزاج والمزاج تبعده عن الشغل والصغل تبعده عن الصحابين برافو عليك حزوب بالزبط كده الماء دين ديفه قلت لك حالات اللي زي دية ما يأضرره aشغر واحد حود زيك بس تعرف يا ادهم ايه قرب حاجة فيك ايه ايه انت الرجل شاطر جدا في المزاريات بس فاشل جدا في التطبيق ليه كده حزوب لا فاشل فاشل يعني يعني انت مثلا لو ما كنتش فاشل كنت توقعت انك هاي الزي ده لما تحطه في عربية مراتي هيوصلني حاجة مانا بتسيطر عارف انك كنت بتسيطر انا فاكر الفترة دي كويس كان اسعد مغلبنا في الشغل وانت ما كانش عارب اكسب كده بس اللي كنت عايز اعرفه بقى ايه الجديد اللي كنت بتفكر فيه نهلة كانت تحت عيني يعني لو كنت جيت وقلت ايه على فكرة الجي بي اس دي كان ممكن اقولك انها فكرة كويسة جده انا فكرة حازم اسعد اللي خلاني اعمل كده شغير اوي اسعد ده واضح انه ضغط عليك جامد عشان انت ارتصني وممكن يكون كمان هاددك عشان انت خلص دي لي واحدك ودخل الفلوس كلها بس يا الله اهو اخر جزائي ودرويش ده انه وصله كل اللي بيخطط ليه ورجعنا انا وانت زي الاول ايد واحدك ام انا اروحنا مبادر وانت براحتك هتوحش لها صحيح موسيقى اما اوال اما اوال اغزيز اث دوار اوال اغزيز ابرم اغزيز اوال اغزيز اغزيز اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الحمد لله كتب دينا عمر جديد ولا قتلت من يقابل انت فديتيني وفديتي زين اه انا قتلت انا مسجت مسدس وضربت من قابل وقتلت اللي يقتل وحشه عشان يقمن شره عمره ما يتحس بقاتل انا حاسة اني بقيت واحدة تانية انا ما عرفهاش معلش معلش الدنيا ساعات كده بتحطينا في مزانق بنطلعوا منها بحاجات عمرنا ما كنا نتصوروها وانت جيت ليه؟ انا جيت عشان اخد الفاين من الوادي الغلبان ده قبل ما يسافى بيه برا نعم انا ابني مخطوف واللي خطفوه بيساوموني على حياته بعين العفريت كريم كريم اسحى يا ابني اسحى 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 داخلنا عالدهر يا ابني اسحى بقى اش بصحى حد كده يا ابني لما احنا داخلين عالدهر صحيح ليه؟ يا عم تشي كلمتك اكتر من المرة لما انت مردتش كلمتني بتفكرك بالدفع بتاعت مدرسة بنتك والله يا غومك عاصفة بيت تبوني؟ لا يا عم بون ايه لان معياتي اتهبت من جوتر القهو انا جبت الفتر قلت نفتر سوا ولي دول كمان الدول حبت جراجتهم في السكة قلت اجيبهم مناخل عليهم بدل المسبلة اللي انت معايشني فيها دي ها تقولوا اللي طعمين مكلمت لا يا عم تبوني يا انت كنت بتلحقنا من الناس اللي عايزين البحث عشان تدهلهم انت بمرضي افهمني بس يا دكتور انا لحد يومين فاتوا وما كان ليش اي دعو بالبحث بتاعك ده بالعكس ده كان بالو وحطت فوق دماغي وكنت عاوزك راس منه لكن ال.. لكن دلوقتي البحث ده وصاده حياة ابني استاذ درويش بدك تطول بالك ده تقدر تشوف الصورة بشكل اوضح اذا كل واحد فينا اخد هيدا الموضوع باستفادة شخصية ما كنت وصلنا لهون ما كان زين متارد ما كنت انا وعمت معارضين حياتنا للخطر ولا حتى دكتورا نادية اتعرضت لمحاولة اختيال كل واحد فينا فات بهيدا الموضوع كرميل مصلحة اكبر من هيك بكتير مصلحة تمليين العالم ممكن نخلص حياتهم اذا هيدا الدواء تنفس لو تنفس بقى لو تنفس انت حضرتك وانتيني بعطب انت سانك ان الدواء ده لو راح لأي شركة من البرا حتركينه عشان سوق الادوان المخشوشة اللي عندها ما يقافش وبفرضى بقى انك تلعت بيه وديته لأي شركة من الشركات اللي برا تضمن منين انهم ما يعملوش معاك زي ما عمل معاك اسعد هو انا ما عنديش دبنات بس لو في فرصة واحد على المليون ان البحث ده يتنفس همشي وراه انا بقى احتمال مية المية ان البحث ده لو وديته لأسعد حقص بيه حيات ابني انتو بتحسو بقى ازاي؟ من حساب عبداميرنا درويش لا انت حسبتك غير حسبتنا خالص بتجيتي لبنان هنا عشان تاخده الدكتور يشهد محمد بتنا يهمك الدواء يتنفس ولا علاج الناس بتي برضو يهمك مصلحتك انت على فكرة الكلام ده مش حقيقي ها؟ مش حقيقي انا صحيح جيت ااخده علشان خاطر يجي معايا ويشهد مع امي لكن لو كان طلب يدقوا وصادوا ان البحث يروح امي ما كنت عطمع منه يعني ايه؟ كلكم ملايكة خلاص؟ وانا الوحيد اللي شطان؟ ماشي! انا شطان! ماذا تعمل يا درويش؟ انا مش درويش! انا فضل الغول اللي عيشت طول عمري محروم من ابني ومستعد تعمل اي حاج عشان امقزه هادي البحث! ولو انتلك لأ! انتلك! هادي البحث! مش رح تقدر انا يا ما شفت رجال حملي نسلاح فيه اللي حمله مرعوب وفيه اللي حمله وقلبه ميت وفيه اللي بيدافع عن نفسه فيه وفيه اللي بيرفعه ضيارة لياخد شي مش من حقه السلاح بقيد الرجال موصول بعينه وانت عينك بتقول انك مرح تقدر انا ما بعرف كم مرة انت مستعمل السلاح بحياتك بس اكيد انه بعمرك ما قتلت حدا من دونزن موسيقى قالوا لو سمحت عايز عرف لو فيه طيارة النهاردة من بيروت و دبي اوكي ايوة طب كويس اوي اوكي طب انا ممكن احكز اونلاين اوكي تمام متشكل ابي مستراس عبد اعرفنا قصة اليسجيق قديم بقلو علاها بترويش لا يا بيك هيد القصة بتبتدى وبتنتهى عنده لين اللين بالضبط ايوة صمحت ايوة صمحت ايوة صمحت ايوة صمحت 512 ايوة مسترطار افضل الغول طب حضرتك ممكن ترتاح شوي باللوبي قبل ما اعمل لك تشيك على الغرفة اوكي بس بسرعة عشان وراه مع الطيارة اولا هيا ما اتخذها تكاميان اوكي اهلو طب طب بالسبب طب يعني نديم اليسجي ملوش اي علاقة بدلوش تمام يبقى لازم يستنى بقى تلفون منه يقولنا انه هو على اتم الاستعداد لا افكر هالمرة انه ما ننترو يتلفن لنا نحن اللي نتلفن له احنا انت فينا ما هو يتلفن له ايه بس كون الصيد تغير صار اكبر خلينا نحن نتلفن موسيقى 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 هو الطعم اللي معنا دي عانوا مضيعوا على صيد سمكة واحدة موسيقى حتى لو كانت سمكة كبيرة وغالية موسيقى موسيقى الصيد الماهر بدو يعرف اينت الطعم اللي معوه موسيقى موسيقى وقلا بسموه صياد فشي موسيقى 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 أنا جاهز بالمطلوب المطلوب تغير هلأ يا درويش صارت حياة ابنك مقابل البحث وصاحب البحث يعني بدي زين مفهوم؟ وبعدين يا جماعة كيف لازم نتصرف؟ شو بنا نعمل؟ معرف إيه بقى أنت ما تبصي لي كده ليه يا عم؟ هو أنت ما تفكر تسلم لي أسعد ولا إيه؟ مستحية زين أكيد ما بيفكرش في كده لا طبعا هيعمل كده اللي خلي يرفع علي أسلاح عشان قطر يديله البحث خلي يفكر إنه يسلمني ولا إيه؟ واضح إن وجودكن هون تسبب قلق كبير لناس تانية شو فيه نديم شو ساير؟ من وقت ما حطيته قجركن هون وأسعد الزغبة عم بيجرى بيجمع معلومات عن علاقته فيكم خليه لما تأكد من وجودكن عندي الشك إنه إلي علاقة بمعلومات وبالبحث اللي أنتو عم تعملوه وإنه عم جارب أعمل بيجنس محطرته أمممم ولما تأكد إنك ملكش مصلعك في اللي بيجرى أراه سخنقني في خانتي لياك يا داد بتخبروني شو اللي عم بيسير احكولوا انتوا بقى صحيح ان ربنا ما كتب ليش يبقى عندي ولاد معرفش لو كان ابني في خطر كم ممكن اعمل ايه بس انت متأكدة يعني انه خوفي على طارق ممكن يخليني ما اتحورش واعمل اي حاجة ممكن اقذي بيها ناس تانية مش كده ايه بكرا استاذا لما ربنا سبحانه وتعالى يكرمك ويرزقك بولاد بجد هتعرف ان ازية الناس هتبقى اقل حاجة تعمليها لو ابنك اتعرض لخطر يعني انت فعلا بتفكر تسلم زين عشان تفدي طارق بيه انا ممكن اعمل اي حاجة عشان انقذ بيها ابني حتى لو ضحيت بروحي طارق كان محتاج لاب يوقف جنبه ويسنده ملانيش لكن دلوقتي لازم يوقف جنبه لان كل المشاكل اللي اتحط فيها دي بسبب لما ظهرت انا ايوة طب وزان بزين اي انا عايزة فهم في كل اللي بيحصل ده انا مالي وما لزنوب الناس مال انا كفاية علي يا زنوب انا انا رقبت يا مشالة زنوب انا ماله cerه رأس اشتركوا في القناة 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 في الشفاء والسعادة والنسبة لنا في ناس مستفيدين واللي هن تعبوا لحتى لقوا الحلاج اشتركوا في القناة إيه بقى لازمة اللي أنت بتعمله ده هادي مجرد محاولة محاولة لنحافظ على التوازن لأنه كل دولار بيدفعوا المريض في مقابله مستفيدين وفي مئات وآلاف لبيوت مفتوحة وعندهن سعادة فلو عطيناه حبة تتدوتش فيه بسرعة لحيتسكر قصمناه لبيوت ويصيروا سكانة بالشوارع وبالتالي يتقلموا يا السلام يا سلام بصراحة الكلامي باني يعني أنه موزول وملفوف بالشاكة بس من غير مواخز يعني جواه فاضي طم حبة الدواء السليم بتشفي المريض برضو وبتفتح بيت بس انت بقى مش عايز تفتح بيت وبعدين يبقى قصر وبعدين جنة وجنة كبيرة تعيش فيها لوحدك الوقت اللي أعطيتك هي خلص والنقاش صار سخيف فالكلام اللي لازم يكون هو على قد الكلام اللي صار بيننا والاتفاق اه بس حالتك عارف يعني إنه لما بتتغير الظروف وتتغير الاتفاقات بس عادتك ليك عندي حاجة وأنا ليه عندك حاجة أهم من اللي انت عندي فأنا مش جاي هنا عشان أضع وقتك فإذا متل ما بتقولوا عندكم بمصر هات من الآخر موسيقى بس شhelp موسيقى اشتركوا في القناة وحزن انت أنت ها لقد أشدت صوية لصopath شكرا 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 صبح هوا باش خبت صبحي أؤمع ايضا عصم باشا هيموت في رئيدة ايضا عصم باشا ايضا ايضا عصم باشا ايضا держه طلعاً إزاي يا أخي أسعد تفتفل مع درويش؟ رؤيا يا صديقي أنا ما اتفعت مع درويش أنا اتفعت مع ابو فراث طالي؟ طالي هتقول لأبي فراث؟ إذا ما رح تروق وتهدى لتفهم شو عمقول رح بتركيك وبعدين النحو طيب أديني السبب واحد يخليك تثق في أبو فراس رح بعطيك ثلاث أسباب أولاً أبو فراس من النوع اللي ما عنده معنى للصداقة تانياً أبو فراس بهمه المكسب من مين مكان ووين مكان وبشي مريحة المكسب تالتاً هو مثل التجار اليهودي اللي بيكسب منه أكتر بينقول لعنده واللي أنا اتفقت عليه معه اللي حيكسبه أكتر يعني نعود كده لغاية ما هو بسلامته يحددين المكان والزمان المكان تحدد وفراس عارف أنه درويشي هو موجود في صيدة وبعد ساعات رجاله بيكون وونيك وبسيطروا على الوضع وبيتصل فينا وبنتحرك أنا مش رح أتحرك لوحدي رجالي رح يكونوا معي رح منتحرك كلنا سوا ورح يفوتوا معي حتى لو حصل مفاجهات يكون مستعدلة ودرويش رح يكون موجود مع رجال أبو فراس لو ابنه هيروح يبقى أنا معك مش هاسمح لدرويشي نوفيه من المتاني بكرة بس لإيه اللي ضماني بعد لكله؟ إن أبو فراس ما يحميش درويش قلتلك أبو فراس ما له صديقة ثم أنه درويش رح يفضل معك برا طارق رح يدخل معي لجوه كل اللي بتمنى عليك إنك ما تتهور ومسوك عصابك لحد ما كل شي يتم أنا بستلم زين طارق يمشي ودرويش إلك دكتور جاين وين موجود أحلين مش هنا بيقولوك غبت عني كل هالفترة تترجعي لي مع حدا من طرف أبو فراس ناديم في مجال ترويش أو صور موجودة تمرة أو سمين أو سمين الرجل دا في إحنايت هنا دلولاه كنا تخرتقنا كلنا جرأيه أسعد اللي خلانا أعمل كده الشرير قوي أسعد ده أنا ابني مخطوف واللي خطفوه بيساوموني على حياته بقيل العفريت الصياد الماهر بيعرف إنت الطعم اللي معه وإلا بيسموه صياد في أشي يعني أنت كنت بتنحانة من الناس اللي عايزين البحث عشان تدهلهم إنت المراضي رح يتحرك كلمات سوى ورح يفوتوا معي حتى لو حصل مفاجآت بكون مستعد الله بس أنه إيه الإدمان بعض لكله إن أبو فراس ما يحميش درويش قلت لك أبو فراس ما له صديق دكتور جاين وين موجود أحلين مش هنا بيقولوا كده برضو دكتور جاين وين موجود أحلين مش هنا بيقولوا كده برضو أنا خلص رتبت كل شي لبكرة قبل طلوع الفجر بتكونوا بيصيدا فيه مركب رح يخدكون لعلى مطرح آمن لهونيك ومن هونيك بتروحوا على اليونان حلو قوي وبنزوها بقى لتخل أنا السويد توصلوا على اليونان بالأول وبعدين كل شي بيكون مسهل الحمد لله طوام من غير مؤخذ يعني ممكن الترتيب ده يتغير شوية ونطلع كلنا منه كسبانين يا نهر إيه سويد ما هالمسيب أنه أنا عارف أنت بتفكر فيه يا ابني انت مش فاهم حاجة يا ابني ما تخافش مني أنا لو علي أعملك تمثال عشان علمك اللي عايز تسخره عشان راحت الناس لحظة تغيير شو بدك تعملو العداوة اللي بين سيادتك وبين أبو فراس مسماعة في البلد جامد شو خصك بينه وبين أبو فراس تقبرني تقبرني يا عمي يا عمي إيه ده روّق روّق شوي رد علي من أصغر صغر لأكبر شاخ بلبنان بيعرف شو فيه بين الياز جي وابو فراس متل السقر عنكم بالصعيد حلو قوي يعني مفيش حد في البلد يقدر يصدق أن أنت ممكن أنت أبو فراس تتفق على مصلح لك بتطربق السمع على الأرض و هالشي ما بيصير قل لي شو بدك أنا عايزكم بقى تتفقوا مع بعض شو إهدى 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 دكتور ملاش ملاش تنفق فريشك وتحمر في عينيك واسبع الكلام للأخ إهدى 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 بس دلوقتي إحنا عايزين بالوقت ده لروح سليم والدكتورة تبعد عن أي خطر و قبل كل حاجة ابني يبقى فمان ما حدش يمس شعره من رأسه و عشان ده يحصل لازم يبقى فيه طعم طعم كبير نبلعه للحيوان اللي اسمه أسعد ده التالي الطعم ده ما فيش أكبر من سمعة العداوة اللي بينك وبينه بفراس يا درويش انت مش فاهم انت بتطلب إيه أنا فاهمه عشان كده بطلب أنا لا عايزك تكلمه ولا تقعد معاه ولا يحصل بينك وبينه أي حوار طيب شو بعدك أنا عايزك تهاديني بعدودكم ها وتسيم البقاء علي أنا هلو أيها كريم باشا إيه ده درويش تتكلم من أين لا أنا لسه في لبنان لا الدنيا توحلت أكتر من أول بكتير والوحلة المراتي مش هنعرفه نخرجه منها بلدي كده زي كل مرة يعني إيه يعني لازم أخرج شارعي عشان أأمن ابني وأمن كل الناس اللي موروطة معايا في العكة دي شارعي إزاي يعني أنا عاوزكوا تبعاتوا حد عشان يقبض علي حسن باشا مش عايز تقبض علي درويش؟ تعيزنا نحط إيدنا في إيد مجرم هربان ويتعاون مع اتنين من عتاولة المافيا في لبنان بقولك يا باشا ده الحل الوحيد لو عايزين نقفل قضية الوزيرة دي بكت القضية دي مش بوكة ثلاث أطراف الطرف الأولاني منتصر مساعد الوزيرة الطرف الثاني حازم جزء بنت الوزيرة الطرف الثالث أسعد بتاع شركة الأدوية الطرفين الأوليين متهالي اتكشفوا خلاص بعد حكاية موت أدى الطرف الثالث بقى هو اللي عامل مصدقنا مش هنعرف نظبوط المتلابس غير بالطريقة اللي وقتلك عليها الطريقة الأسطورية دي تفترض أن ياسجي وأبو فراس هيتعاون مع الأمني اللبناني الزبط كده يا باشا كده كده الاتنين مش هزهروا في الصورة لهم ولا رجالتهم واللي هيبلى أسعد أن أبو فراس هجم برجالته على الهنجر بتاع الياسجي لكن اللي هيحصل أنا الياسجي هيسلم الهنجر لرجالت الأمن عشان يزبطون متلابس الموضوع دي عاوز تصبيت كبير ما بين الداخلية والخارجية والإنتربول موسام باشا أنا متأكد لو أنت اقتنعت هتراتب كل حاجة موسام أنا سامل اتماع جوه مش هوصيك الأمن اللبناني وافق على التنصيق تغيرتك بعد ساعتين أول ما هتوصل هناك هتلقي أحد من الصفرة مستنيك هو هنصك معاك هو الانتربول تمام معليك خلي بالك يا حسام موضوع تصهد وصل لأعلى مستوى المطلوب ترجع بالباحث ونهلة منت الوزيرة سلام يا حسام يا فندم ما تلقش إن شاء الله هايبقوا بعد عن أي خطر المهم نجيب الاسم يا سعد لو درويش درويش يا حسام لازم الحدود دي تتقفل وننهي القصة دي نهائل مفهوم يا فندم يلا ربنا معاك قولي يا حسام اللي تنسوا الباطن موقفين على العمل دول كانوا مكملين لوحدهم ولا كانوا منصقين معاك منصقين معايا يا فندم مع السلام يا حسام ربنا معاك موسيقى آخر حاجة توقحها إني أقابلك هنا موسيقى خلاص إحنا عدينا حدود الخيال يا حسام باشا مش حسام باشا برضو انتو التلاتة هتطلعوا من هنا على المطار على كل الظرف ده فيه الباسبورات بتاعتكم الباسبورات دي بأسماء تانية خالص غير أسماءكم الحقيقية عشان رجالة أسعد في المطار ما يعرفوش إن انتو سافرتو يعني يعني الباسبور ده مضروب؟ مدي ييدك يا ابني مدي ييدك يا ابني ده من غير مؤخذة الحكومة هي اللي ضربها يعني أنضف من الباسبور القصدي بتاعك بكتير هتشوف افتح كلا وشوف صورتك أهو أنضف أنضف كتير طيب سوريا معليه بس أنا ليه بدت سافر على مصر شو قلي بعد شغل هناك؟ سيادتك يا دكتورة شهادتك مطلوبة ضروري جدا في مصر عشان القضية دي تتقفل تماما ألا الله بس الترتيبات بتاعاتنا تمشي زي ما احنا عايزين إن شاء الله بنا كل شي تم على خير يا رب طمنيني با استفصالي على مصر أكيد مرسي كتير مدي مباشر بدأ يلك مرسي عكل شي يلا يلا باي 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 زكى بفرص الأمن خلاص بقى معنا تمام التمام نقص بس نرمو الطعم الأسعد هقابلو بكرة هات لاشوف شو الجديد اللي ما بينفع تحكيه عالتليفون شوف نحنا اول مرة نتقابل انما اللي بدي اياك تعرفوا عني اني رجل عملي وما بحب ضيع وقدي بلدكم شقوقها كتيرة ومعرفاش غل ناسها وانا رجل غريب هنا فيش حد في ظهري جل واحد بس وقف سنة ظهري وسنة خطوتي ولما حكيت له قال لي على شوات حاجات ودفعات لازم يتفق معاك عليها ومن هو ويهات الشخصة ده ابو فراس ما تقل لي انك بتعرف ابو فراس وابو فراس بيعرفك اول مفروض انك تتكلم معاه وتتفاهم معاه احسن ايه لا لا كمامة باشا ابو فراس قام بالمطلوب اتأكد انه مسجلك لو ما اصعد حصل باشا والسي دي طالع في ظرف دلاتي على الامن بالتناني بالنسبة لمعاد ومكان المقابلة المكان تحدد وفراس عارف انه درويشي هو موجود في سيدا وبعد ساعات رجاله بيكون وونيك وبسيطروا على الوضع وبيتصل فينا وبنتحرك دكتور جاين وين موجود رحلين مش هنا بيقولوا كده برضو؟ جهاز امني واضح بس انت مين؟ عقيد حسام عقرب الامن الوطني المصر عاوزك كده تهدى وتعقل وتقول للرجالة اللي وراك دي تنزل السلاح اللي في اديها عشان افهمك ازاي ده حصل عشان افهمك ازاي ده حصل جيت هنا وهنا لفيت شرق وغرب ونطيت من فوق لتحت في الاخر جيت لي برجلك لعضاك محدش بيهرب من القضا ويعالم مين اللي جاي بالتاني القضاة يا زهير يا ملاح قصة متشعلق في اسمي زهير القصة من اول للاخر بين فضل وزهير ايه وعد تكون متعلق بالورقة اللي مع نعمة نعمة الورقة دي مش هتلحق تعمل بيها حاجة لانا كنت هربان ممي دربت كتير لكن اللي لدي جيت لاخر اللي لدي مش اخر اللي لدي حتبقى مداية لحساب طويل بقى له اكتر من 25 سنة مفتوح مش بس على حساب دمي اللي حاولت تهدره مرتين بجبنك وخبسك فحطيت ايدك في ايد الموت ومشيت في طريق الموت وهدرت دمي ناس كتير ملهاش اي زن من اول دم عبد الماحي وفؤاد ومراته لحد دم شوق السباعي ازا هتعمل فيها عملات وتجابها في الدم في دم النزيكون لها فرقة بكتة انت اللي جريتهم فريجريك واستخبيت وراهم عشان تهرب مني انا عمري ما هربت منك انا طول عمري بدور عليك من اول ما هربت من السجن وانا بدور عليك في كل حتة بدور عليك في وشوش الناس القريب والغريب بنكت عليكتو بالارض بخبط على كل البيوت غرضي ان وشي يبقى في وشك واعرف منك ليه خنتني قبل مقبض روحك الخيالة لي ضربة فيك ضربة في عقلك وقلبك وبيتتك كلها علشان اعتدقت على حرمة صاحبك حرمة الصاحب انت اللي نهجتها يوم ما طمعت ورفعت سلاحك عليها حرمة الصاحب لما حد يعتدي عليها الموت ارحمني ولا كنت تباكر الهكايتك الوسخة مع الكلبة اللي كنت بتجوزها هتستخبر انت دماغك هبت منك والعرق الوساخ اللي جواك منك خليك تهلفت بقى اي كلام بل امرأة 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 وانا عمل وبسط له عرض الغريب عشان ابص لعرض صاحبي الكلام ده كان ممكن اصدقه لو سمعته من واحدة اي كلام لكن انا سمعته من واحدك اتعايشت عن سقف بيتك امرأة امرأة هي اللي قالتلك ان اخنتك راس لبيل راس لديك الستة طيبة وانت كنت بغميها اللي قالت له اختها اللي بسافت وعرفت قذرتك ووشقتك ودرت عني وعنها نعمة اخت رادي امرأة خمسة وعشرين سنة وانا كان في قلبي غصة لاني كان لازم اقولك قبل ما اقتلك حيلت وسختك وخيلتك ونزلتك علشان لا بطلق مني ارحمك ارحمك اقفل السلاح اقفل السلاح الموضوع انك ده خلاص حتى انت جايتي القصد بيتك ادخول يا خالي بشي انت عرف يا حكاة ممكن تبقى احد كتير من دير وصالصة في البقائك اه دلويش واضح ان محاولة اغتيال وزرتي الصحة دكتورة نادية ابو العزم هتفضل واحدة من اغرب العضايا الي شغلت موسيقى 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 صفاء صفاء عيه مدام مين اللي بعت الوردة ده ده واحد جيه صبح بيقوله انه هو مطرف قم جيد دي شكرا اوكي اوكي الملف ده هتلاقي فيه الحسابات اللي بقسمي في الطلب بنوك وده ده ملاك في الاملاك فيه في الفيلا والمحل وشالهات وفيه عمارة في مدينة ناصر وفيه كمان ارض فيه فيه يا نوني مالك ليه بتوريني الحاجات دي دلوقتي انا مش بوريها لك انا بجيها لك انا اتفقت مع الاستاذ نشأة المحاملة بكرة الصبح هنروح الشهر العقاري وهتنزلك عن كل حاجة ايه الكلام ده ليه تعملي كده حبيبي انا عايز اتطمن عليك محدش ضمن الموت من الحياة مش عايز اسيب احتمالات لأي مشاكل ممكن تحصل موسيقى 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 المترجم للقناة 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 وردي يا أختك اللي ترامت في مستشفى الأمراض العقلية بعد ما عقلها خف وماتت وهي فاهمة إني بخلها؟ لا يا عقلها خاف لما قلت لها اللي عملته فيك وبقية حقي منكم أخدتوا لما أخدت طارق لنفسي لي أنا بس تشتار شيطار شيطار ما يكفهوش نار الدنيا والأخرى عشان يتحرق كنت باية خلص عليكي بنفس السلاح اللي خدت بيه طاري من زوير الملاح لكن بعد اللي سمعت أخدتوا منك أي رصاصة هتطلع من السلاحي ده هتبقى رصاصة رحمة ما تستهلش تتوسخ بدمك أنا هسقيكي من نفس الكاسي لسه أتي لختك وحقول لطارق على حقيقتك وحقول له وسايتها بقى هيعرف ياخد بطارق أمه ياه 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 مكتوب لعبك والموت والحياة مفهومش ازاي ايو ما صدولش قالوا اننا خلاص سيبك سيبك من اللعلوم مش كل اللي بيتقال بيتصدق مش كل اللي بيتصدق هي تقال انت بايا في عائتك انت مين انا مين ايه يعني اسمه ولا صفه اللي اسم انا عرفه برويش لكن اكيد انت مش الارهابي ولا برضو الرجل الغالبان صاحب الصايبر اللي عرفو من زمان انت ايه بقى انا رجل غريب بعشت طول عمري غريب باتمنى من ربنا في يوم الايام اني قربني من حتى مني ترج فيها الروح انا مش فهم حاجة سدقني يا ابني انا اكتر اهم في حياتي اني افهمك رسمت في دماغي الف كلمة عشان اقولها لك وحايلت نفسي على الف طريقة للكلام لكن يظهر ان ان ساعة البوح اللي بقى لها عيبة بتعيد النسانك بسمة هيا اللي يعني بعد اللي شفته معك منحق عليك انك تفاهمي منحق يا بقى فاهم احفاهمك شاري احفا في حاجة صارة؟ اوه مستيقى واحين وصمع ماعرف بصارة خطبتين هشوف عايزة ايه و هرجع لك على طول برضه ما قدرتش اقول له وأمر ما حقدر لو قلت له أنا اللي حفرح حاخده في حضني ودف قلبي بضمته بس بعد الحضن حيتفتح باب السؤال والسؤال هيجيب سؤال لحد ما يعرف التاريخ الأسود للغول المتشعبط في اسمه ساعتها الحقيقة حتمرر له حياته وتحنيله ودهره وتكسره الكفارة ما كانتش في الغادر ولا في الهروب الكفارة كانت في وقفتي خزيان وصد ابني وأنا عاجز أقول له إني أبوه هو دعا لك يا رب على اللي فات وأنا راضي وطمعان في الباهي من عمري إني أدوء رحمتك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة